بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا واخواتنا الصوارين طلب التالت سنوي. ان شاء الله ده كادرة المهندسيين المستقبل بازنك يا رب. النهاردة ان شاء الله عاملين لحضراتك حلقة مهمة جدا جدا. الحلقة بتاعت النهاردة هي حلقة مراجعة شاملة على الملك بتاعنا شرح فقط. يعني النهاردة ان شاء الله هنشرح الملك بتاعنا التمن فصول اللي علينا في الملك بتاعنا الكهربية والفزي الحديثة. هنرجعهم مع بعض في حلقة النهاردة. في حلقة مهمة جدا جدا ليك خاصة للطالب اللي ضايع خالص طالب اللي ميح وعايز يبعد داحية ربنا كده معك ركز معنا وهتبزل مجهود مع المجهود اللي انا ببزله معاك ان شاء الله ايه ربنا هيكرمك طالب برضو يا شباب اللي هو سايب الفيزياء طبعا بقالها فترة حلوة فلازم طبعا ايه ان انت تشوف كده تجمع معلوماتك او تعمل استرجاع مرة تانية لمعلوماتك وان شاء الله ده هيساعدك بازن لها حلقة النهاردة فهي حلقة مهمة جدا لكل طالب فعايزك تركز معي في الحلقة دي لان احنا ان شاء الله هنتصارك فيها المنهج كله هنتكلم فيها على اهم الاجزاء بتاعتنا التكاتل الحاجات الفنية كلها ان شاء الله بازنك يا رب مش هنسيب اي حاجة في المنهج بتاعنا مش هنشرحها او مش هنقولها كل القوانين الاجزاء النظرية حتى كل حاجة بازنك يا رب هتتقال في الفيديو ده فهو حلقة او هي حلقة مهمة جدا لكل الطلاق ان شاء الله الحلقة دي برضو هنبني عليها جزء تاني اللي هو الجزء الخاص بالتدريبات يعني برضو النهاردة زي ما احنا هنشرح او في الحلقة دي زي ما احنا هنشرح المنهج بتاعنا هيبقى كل جزئية بنشرحها بندعمها بمسألة وبمسألتين بحيس ان انا ما بقاش عمال بتكلم وانت بتسمعني فبتمل مني لا انا بحاول ان انا برضو اشغلك معي فبنحل مسألتنا على كل جزء ان شاء الله هنشرحه اه ومنها برضو ان احنا بنسبت لايه المعلومة مع بعضينا في النهاية بعد ما يا ربنا يعني قدرنا ان شاء الله ونخلصوا مع بعض المراجعة بتاعتنا هيبقى عندك جزء تاني بقى انا كده عملت اللي علي رجعت معاك المنهج بتاعك اقعد بقى ازاكر كده مع نفسك وزبط دنيتك وتعليق لي بقى في الفيديو التاني اللي هو فيديو حلل اسئلة هيبقى فيه مجموعة اسئلة محترمة جدا ان شاء الله على المنج بتاعنا السئلة مهمة كتاب الوزارة السئلة من كتب خلاجية تحنات سنوية عامة سابقة حاجات كلها مهمة جدا ان شاء الله ما يخرجش يا رب عنها الامتحان وان شاء الله نبقى موفقين كده في الاسئلة اللي احنا هنفترها بس طبعا موضوع محتاج من حضرتك ان انت تكون مزاكر كويس وتكون محضر للحلقة دية يلا بينا بقى نبتجي اجري مع بعض اتوكل على الله ونسمي الله وصالح لعنبي كده في قلبك وتعالى مع بعض نشوف كده المحتوى بتاع المنج بتاعنا ونبدأ مع بعض كده ان شاء الله باول فاصل عندنا في المنج فاصل اللي بيكلم على طيار الكهرابي وقانوني كيرشوف طبعا اول فاصل عندنا في المنج كان فاصل بيتكلم على الفيزياء الكهربية يعني هو اعتبر فرع من فروع فيزياء الكهربية اه او بعنوان يعني فيه برضو عنوان تالي الفاصل هو التايارية الكهربية الفاصل طبعا زي ما انت شايف كده من عنوان وهو بيناقش ثلاث حاجات اول حاجة بيعرفك يعني ايه? طيار كهرابي. بعد كده درسنا حاجة اسمها قانون اوم. وختمنا الفصل ده بقانوني كرشوف او بقانونة كرشوف. قانونين طبعا كده عندنا. لها قانونين اه كرشوف. تعال نبدأ كده مع بعض. نشوف محتوى الفصل ده. كان عبارة عن ايه? اه اهم النقاط اللي كانت في الفصل. والنقيشة كده ان شاء الله مع بعض. وفاصلها كده واحدة واحدة. ونحل عليها ان شاء الله امثلا. في الفصل طبعا بتاع الطيار الكهرابي وقانون اوم كان عندنا مصطلحات مهمة جدا اهمها او اولها مصطلح الطيار الكهرابي. في البداية كده اول ما دخلنا مع بعض على الفصل ده عرفنا في البداية ايه هو الطيار الكهرابي. يعني اساسا كهربة. الكهربة عبارة عن ايه? الكهربة اللي بتمشي في الاسلاك واللي بشغل التليفزيون واللي بشغل المروحة واللي بشحن بيها الموبايل بتاعي هي عبارة عن ايه اساسا. عرفنا يعني ايه طيار كهربي? بعد كده بدأنا نتعرف على مصطلحات مهمة جدا بتقابلنا شباب واحنا شغالين فيزياء كهربية. زي مسلا ايه? زي شدة الطيار. عرفنا يعني ايه? شدة الطيار. فرق الجهد. المقاومة الكهربية. ربطنا بعد كده ما بين التلاتة دول اللي هما الاي والفي والار شدة طيار وفرق جهد والمقاومة. ربطناهم التلاتة بعلاقة واحدة او بقانون واحد كان اسمه قانون اوم. قانون اوم طبعا بعد منه عرفنا اللي في حاجة اسمها توصيل المقاومات. وده اللي دخلنا باع كده على درس اسمه اوم للدوائر المغلقة طبعا في النص كان في حاجة اسمها القدرة الكهربية. وختام الفصل كان بقانوني كنشوف القانون الاول والقانون التاني. نتوكل كده على الله ونسمي الله. ويا الله بينا نفتكر كده مع بعض. ايه هو الطيار الكهربية. نبدأ كده اولا بالطيار الكهربية. يعني ايه طيار الكهربية? قال لي والله الطيار الكهربية هو عبارة عن فيد من الشحنات. تسري خلال الموصلات. وعبارة عن ايه? فيد من الشحنات. تسري خلال الموصلات. اساس جلمة فيد يعني ايه? فيد دي كان معناها عدد كبير جدا. من ايه? من الشحنات الكهربية. عدد كبير من الشحنات الكهربية. اللي احنا بعد كده عرفنا اللي هي عبارة عن حاجة اسمها الكترونات حرة. عبارة عن حاجة اسمها يا شباب الكترونات حرة. طب مصر الكترون الحر ده بيبقى موجود فين? قال لك بيبقى موجود في الموصلات. الموصلات. طب هو يعني موصل. الموصل ده حالة من حالات المادة. زي ما احنا عارفين من و noi احنا صغيرين في العلوم. انت عندك المادة بتاعتك من حيس التوصيل ياما مادة موصلة. ياما عازلة و ياما شبه ايه? موصلة. طب ايه انه بيخلي المواد الموصلة عندها قدرة على توصيل الطائر الكهرابي. يعني مثلا ليه لما بجيب مثلا الخشب. ومسلا احط الخشب ده في مصدر كهربة. ما بتكهربش. ليه? لان الخشب مادة عازلة. غير موصلة. ليه? ليه الخشب مش بيوصل الطائر الكهرابي? على الرغم ان انا مسلا لو مساكت سلك معدني وحطته في مصدر الكهربة ده. حتكهرب. ليه المعدن وصل الطيار? وليه الخشب موصلش الطيار? قال لي لان المعايدن عندها حاجة اسمها الالكترونيات يا شباب حرة. تقدر من خلال الالكترونيات الحرة دي ان هي تنقل الطائر الكهرابي من المصدر لجسني. فبالتالي انه قهرب. انما الخشب او الازاز او البلاستيك. المواد اسمها مواد عازلة. لا تحتوى على الالكترونيات يا شباب حرة. فبالتالي لا يمكنها نقل الطائر الكهرابي. ممكن يجيلي في حيط ده سؤال? ممكن. ممكن يقولك مسلا النحاس موصل جيد. وذلك لانه نقط. اقول له لانه يحتوي على وفرة من الالكترونات الحرة يعني عدد كبير من الالكترونات الحرة. طيب المطاط او الخشب مادة او مادة رديدة التوصيل اقول له لانه لا يحتوي او ممكن اقول يحتوي على نضرة يعني عدد ضعيف جدا من الالكترونات الحرة فبالتالي مش بيقدر نويني للطيار الكهربائي. الالكترون الحرة طبعا بيجي منين? بيجي من زرة فقدت الالكترون. زرة فقدت الالكترون. فالالكترون بيتحول لالكترون حر. خلاص انا كده مستر عرفتي عن ايه طيار كهربائي? وعرفت ان هو عبارة عن الالكترونات حرة. بتمشي او بتسري جوه المواصلات. فبتعمل حاجة اسمها طيار كهربائي. طيب ايه اللي بيمشي الالكترونات? او ازاي بمعلقة صح احصل على الطيار الكهربائي? من حركة الالكترونات. كان عندنا الشروط طبعا لازم تتحقق عشان خاطر يكون عندك طيار. ايه هي الشروط دي? تلات حاجات. رقم واحد. لازم يكون عندك مصدر طيار. زي البطارية مسلا. ودي اللي دورها ان هي تحرك الشحنات. طبعا لو انا اتخيلت مسلا ان انا عندي سلك بالشكل ده. والسلك ده من مادة موصلة. يعني عنده الكترونات ايه? حرة. لسي المركزة. قلنا اي مادة موصلة عندها الكترونات حرة. طب الالكترون ده عشان يتحرك محتاج حاجات زوقه صحة كده? حاجات تديره دفعة. عشان خاطر يقدر ان هو يتحرك ويعمل طيار الكهرباء. مين يعامل اللي هيحركه? قال البطارية. البطارية طبعا بيكون عندها كتب سالب وكتب موجب. فبتعمل ايه? بتبدأ تعمل تنافر مع الالكترونات لان الالكترونات برضو سالبة. فيحصل تنافر ما بين الالكترون السالب مع الكتب السالب. يخلي الالكترون يبدأ ان هو يتحرك. وطبعا بعد كده الالكترونات تبدأ ان هي تدفع بعضها او تزوق بعضها. فيبدأ يحصل حركة دي الالكترونات داخل السلك او داخل الموصل. فده بيعمل لي طيار كهرباء. ازا اول شرط عندك للحصول على الطيار. لقم واحد ايه? وجود مصدر للطيار. زي البطارية. اتنين. لازم يكون عندك الاسلاك اساسة مما تده موصلة. عشان يكون عندها الكترونات حرة. طبا مستر انا جبت مصدر طيار. وجبت اسلاك موصلة. ايه الشرط التالت? قال لك الشرط التالت هو وجود دائرة مغلقة. او وجود مصار مغلق. من الكتب الموجب للكتب السالب. يعني لو كان السلك بتاعي مسلا. من مادة موصلة. بس اه متوصل بالسالب ومش موصل للطرف التاني بالكتب الموجب. هل يمر طيار? قال لي لا. طب ليه ما يمرش طيار? لان المصار بتاعي مش مغرق. المصار بتاعي مسار هنا مفتوح. فبالتالي ما يمرش الطيار الكهرباء. فعشان يمر الطيار لازم طبعا يكون المصار ايه يا شباب? مسار مغلق. طيب دلوقتي انا ما انا جبت لامبة وروحت موصلها في الدايرة بتاعتنا دي. عندي هنا بطارية يعني مصدر طيار. عندي اسلاك موصلة والمصار بتاعي مسار مغلق. فبالتالي اللامبة دي هتبتجي انه ايه? تنور. طب ايفرد انا مش عايزة تفضل عطوب منور. يعني عايز افصلها. في فترة من فترات مسلا انا مش محتاج ان انا شغل لامبة دلوقتي فعايز افصلها. هل بقى هتجي اه او هتجي مسلا لما اجي افصلها ومجي اشير لبطارية. وارجع تانية عشان خاطر اشغالها احطي تانية البطارية. طبعا الموضوع ده مش عملي. فعشان كده اختروا حاجة اسمها المفتاح. لازم طبعا اي دايرة يكون فيها مفتاح لان ده دوره هو فتح وغلق الدايرة. فتح وغلق الدايرة. لما بقفل المفتاح كده انا بقفل المصار بتاعي فبيمر طيار. لما بفتح المفتاح كده انا خليت المصار مفتوح او الدايرة مفتوحة فبالتالي في الحالة دي ما يمرش طيار. وينطفق ليه? المصباح. احنا هنا في الجزء ده عرفنا اولا يعني طيار كهربي. انها وفيد من الشحنات الكهربية تسلي خلال الموصلات. والشحنات هنا المقصوب بيها الالكترونيات الحرة. عرفنا كمان ان المواد الموصلة بس هي اللي بتسمح بمرور الطيار. وعرفنا ايه هو شرط مرور الطيار. تلات حاجات وجود مصدر للطيار اللي هو البطارية. دورها ايه? انها تعمل دفعة للشحنات. بتعمل حاجة اسمها كوة دفعة كهربية للشحنات. تاني حاجة لازم يكون عندك مادة موصلة. عشان يكون عندها الالكترونيات حرة تاني للطيار. زي الموصلات. وتلاتة قلنا لازم يكون المصار بتاع مصار مغلق. لو انا حققت التلات شروط دول هتدي احصل على طيار كهربي. طيب. نيجي هنا لسؤال مهم. هل الطيار الكهربي مثلا يا شباب? اللي بيمر فيه? مسلا ايه? دايرة مسلا لمبة فانوس. مسلا لمبة الفانوس مسلا. هل الطيار اللي بيمر عليها? زي مسلا الطيار اللي بيمر مسلا على مروحة مسلا. يعني هل الطيار اللي بيشغل لمبة الفانوس هو نفسه الطيار اللي يشغل المروحة? هتقول لي طبعا لا. هتقول لي مسلا المروحة بيحتاجة طيار اكبر من الطيار بتاع لمبة الفانوس. ولو مسلا عندك جهاز ثاني زي مسلا السخان. هتلاقي ان هو بيحتاج مسلا طيار اعلى. ازا انا عندي اختلاف في شدة الطيار على حسب طبعا الجهاز بتاعت بتختلف شدة الطيار. فمن هنا طرع لمستلح اسمه شدة الطيار. تعالوا نفتكر مع بعض تعريفه ايه? والقوانين بتاعة شدة الطيار. ندخل كده تاني حاجة على شدة الطيار. اولا من حيث التعريف بيقول لك شدة الطيار هي عبارة عن كمية الشحنات الكهربية. المرة خلال مقطع من الموصل في الثانية الواحدة. هي عبارة عن ايه? كمية الشحنات الكهربية. المرة خلال مقطع من موصل في الثانية الواحدة. يعني انا لو عندي موصل. بيعدي في الموصل ده الكترونات حرة. فبنيجي كده عند مقطع معين او عند نقطة معينة نشوف عدة عليها كم الكتروت في الثانية الواحدة. كمية الالكترونات او كمية الشحنات اللي بتعدي من المقطع ده في الثانية الواحدة بنسميها شدة الطيار. رمز شدة الطيار هو حرف الاي. طب القوانين بقى بتاعته. ما شاء الله طبعا زي ما انت شايف في قدام منك قوانين كتير ودي تعتبر القوانين الاسية. يعني في قوانين تانية فيها شدة الطيار بس انا طبعا مش كتبة هيدا او مش جايبها لك هنا. لان هي تعتبر ايه قوانين فرعية. زي مسلا قوانون القدرة. طبعا من ضمن قوانين قدرة في قوانين فيها الطيار فيها اه يعني. بس انا مش قيل لك انا عليه. انا كتب لك القوانين الاساسية اللي فيها شدة الطيار او اللي بنحسب بها شدة الطيار وهم ستة قوانين. طيب ايه الفرق ما بين كل واحد من الستة دول اول لك انا بقى واحدة واحدة. اول قانون تعديت عليه اللي هو اي بتساوي كيو على تي. وده كان اول قانون احنا اخدنا له شدة الطيار. الكيو هنا اللي هي كمية الشحنات الكهربية على تي اللي هو الزمن. جينا بعد جينا عرفنا معلومة. عرفنا ان الكيو بتساوي الان في الاي. فشلنا الكيو حطينا بدلها ان في اي فطلعها للقانون ده. يعني مصر لو انا معايا الكمية الكهربية اللي هي كيو اشتغل بده. طب لو انا مش معايا الكمية الكهربية هيكون معايا ايه? هيكون معايا عدد الالكترونات. ساعتها اشتغل بالقانون ده ان في ايه على تيه. تمام كده? ايه? بلو معايا كمية كهربية ده لو معايا كمية كهربية. طب ده لو معايا ايه? لو معايا عدد الالكترونات. اشتغل ساعتها بالقانون ده. طيب تعال ان كم. ايه القانون ده? ده من القانون المهمة جدا. بستخدمه امتى? بستخدمه في حالة ان هو يديني الكترون بيدور حول زرة او حول نواية زرة بمعنى صح بسرعة معينة. الكترون بيدور حوالين نواية زرة معينة بسرعة معينة. ادي لك سرعة دوران الالكترون ساعتها بنروح للقانون ده. اللي هو ان في اي في في على اتنين باي ار. ان في اي في في على اتنين باي ار. الان هنا اللي هو عدد الالكترونات وغالبا هيكون واحد. لان احنا بيتكلم على الالكترون. والاي طبعا الشحنة بتاعت الالكترون. في اللي هي السرعة بتاعته. على اتنين باي ار طبعا الار هي اللي هي نص كتر المسار او المدار اللي هو بيدور في الالكترون. طيب بالنسبة للي هناك ده اللي هو ان في اي في النيو. النيو ده اللي هو التردد. استخدم الاستخدم القانون ده لو قال لك فيه الالكترون بيدور حول نواء بتردد معين. يبقى لحظة واحدة كده مصر ايه الاختراف ما بين ده? وما بين ده? ده لو قال لك ان فيه الالكترون بيدور حوالين نوات زرة معينة. اي ان كان الزرة دي ايه بزر? بسرعة معينة. قدك سرعة الدوران. اما لو قدك تردد الدوران بتاعه ساعتا هروح بالقانون ده. ان في اي في النيو. يبقى ان تجريه عندك لحد الوقت يا ربع قوانين. او قانون كيو على تي لو معايك كمية كهربية. ان في اي على تي لو معايك عدد الالكترونات. طب لو عندي الالكترون بيدور حاجة من اثنين. يا حيديك سرعة دورانه اما تردد دورانه. لو قد لك سرعة دورانه يبقى ان في اي في بي على اتنين باي ار. ده لو بدلالة السرعة. طب لو قال لك تردده بيسوي كزا. يبقى ان في ايه في التردد اللي هو نيو. ان في ايه في التردد اللي هو نيو. فاضل كده عندي قانونين. قانون ام اللي هو اي بتساوي بيه على ار. طبعا لو معاي فرق جهد ومقاومة. والقانون الاخير اللي هو نيفة. ايه يا عم نيفة ده? ما شفنوش قبل كده. وفعلا هو مجاش في امتحان قبل كده. يعني القوانين دي كلها جات بيجي طبعا عليها السرعة في الامتحان. انما ده مجاش عليه سؤال في الامتحان قبل كده. ولكن موجود القانون في اه تدريبات طبعا للوزارة موجود القانون اه في نمازج قبل كده كانت نازده برضو اه قبل كده على موقع الوزارة وبرده موجود عليها السرعة. جات في امتحان لها مجاش في امتحان. بس عدد معاين من الالكترونات بيسري خلال مقطع معاين من موصل. واداك مساحة الموصل ده. وادا لك سرعة الالكترونات داخل الموصل. يعني دي سرعة داخل السلك نفسه. في فرق ما بينه وبين هنا. هنا كان سرعة دوران الالكترون حوالين النواية. انما هنا السرعة اللي بتتحرك فيها الالكترون جوا السلك. يعني لو دا كده السلك بتاعي. فهنا هوم اديني السرعة اللي بيتحرك بها الالكترون جوا السلك. انما دي السرعة اللي بيدور بها الالكترون. حوالين ايه ايه? النواة. يعني الفرق في سيغل السؤال نهو هنا هيقول لك مثلا하겠습니다 ايه? في مسلا الهايدروجين او في مسلا الاكسوجين ايه ان كان يعني. يدور الالكترون حول النواة بسرعة كزا. فهنا اداك سرعة دورانه. انما هنا هيقول لك مسلا سلك مسحته كزا. اه يتحرك فيه الالكترون بسرعة مقدارك هزينا دي لك سرعة الالكترون داخل الايه? داخل السلك. تمام بانت اجري عندك ست قوانين لشدة للطيار. وحدة ايات شدة الطيار طبعا هي الامبير والامبير ده بيكافئ كولوم على ثانية كولوم على ثانية. التمثيل البياني لو جاب لي علاقة بين كيو والتي كيو والتي طبعا علاقة طردية. الميل بتاعها طبعا هنقسم الصادقة على السينات كيو والتي ديني طبعا شدة الطيار. لحد هنا ان شاء الله الكلام يكون جميل. في ملحوظة مهمة جدا وبرضو مجدش في امتعان في النزام الحديث. والملحوظة طبعا موجودة في كتب خارجية وانت اكيد عدت عليك انا اكيد شفت قبل كده. لو ما عدتش عليك ادينا بنقولها. عدت عليك بكده ادينا بنأكد عليها. معلومة مهمة جدا يا شباب. لو جاب لك علاقة بين كيو وتي احنا عارفين هنا هنعمل ايه? هنقسم كيو عالتين نجيب شدة الطيار. لانه في الغالب انا هيقول لك احسب شدة الطيار. طب افرق جاب لي العلاقة مصر ما بين الاي وتي مش كيو وتي لا الاي اللي هو شدة الطيار والزمن. ساعتها هيطلب ايه? هيطلب الحاجة التالتة. ايه اللي بيربط ما بين الطيار والزمن? الكمية الكهربية. ما هي اي بتساوي كيو على تي. ففوق كان مديني الكيو والتي. الكيو والتي. فبيسألك على مين? بيسألك على شدة الطيار. اسألنا كيو على تي جبنا شدة الطيار. انما الرسمة اللي تحت مدينك علاقة بين الاي والتي. الاي شدة الطيار. وتي اللي هو الايه? الزمن. فحيسأل على مين? حيسأل على كمية الكهربية اللي هي كيو. طب الكيو دي مستراجبها ازاي? خد بقى عندك الملحوظة المهمة دي لو كانت العلاقة البيانية ما بين شدة الطيار. اللي هو الاي والزمن اللي هو تي. حيسألك على مين? على الكمية الكهربية. ساعتها الكمية الكهربية بنحسبها ازاي? قال لي بتحسب المساحة اللي تحت المنحنة. المساحة اللي تحت الايه? المنحنة. يعني بشوف الرسمة اللي هوم الدهالي دي. شكلها شبه ايه من الاشكال الهندسية? وبحسب المساحة بتاعته بالقانون. يعني مسلا لو على شكل مربع بحسب المساحة بتاعت المربع. طول الدرع تربية. لو على شكل مستطيل بجيب مساحة المستطيل اللي هي الطول في العرض. مسلس اجيب مساحته. نص طول القعدة في الارتفاع. ودي التلات اشكال اللي في الغالب هتلاقي واحدة منه ان شاء الله. لو جاب لك صالة على الحتة دي. خلاص? يبقى بالله عليك كله عارف دي. كيوة تي. كله عارفة. هيطلب الطيار هتقسم كيوة على تي. انما لو ادلك طيار وزمن. هيطلب الكمية الكهربية. هتعمل ايه ساعتها? هتقسم الايه على تيه? غلط طبعا. لان كيو مش بتسوي ايه على تيه. بتسوي الطيار في الزمن. واحد يقول لي خلاص حضرة في الطيار في الزمن. هيطلع حالة غلط برنا. هيطلع الحل غلط. فعشان كده الصح ان انا عشان اجيبي كيوة بحسب المساحة اللي تحت المرحانة. طبعا هنسيبك كده? اكيد طبعا لا. لازم هنجيب لك مثال ونحل عليه. ونحل على القانون او نحل على الفكرة دي ان شاء الله ايه مع بعض. طيب تعال لك انا نشوف مثالين على شدة الطيار. المسال الاولاني بيقول لك تبقى للموزة كبور. لزرعة الهايدروجين. يتحرك الكترون في مصار ايه? ده ايه? نص كتره خمسة وتلاتة من عشرة. فعشرة قس سالب حداشر متر. ده نصر كتر اللي هو الار. بسرعة اتنين واتنين من عشرة. فعشرة قس ستة متر على الثانية. يبقى السرعة معانا كمان اللي قال فيه? فان شدة الطيار الكهرубي ان ناشئة عن حركة الالكترون بالسوى الكامل. طبعا هنا قوة بيكلمك على الالكترون بيتحرك في مصار دا ايه? يعني بيدور. واخنا قلنا طالما الالكترون بيدور. طبعا اكيد بيدور حوالي النواع يعني. طالما الالكترون بيدور في مصار دا ايه? يبقى حيديك حاجة من اتنين? يديك سرعة بتاعة الدوران بتاعه? اديك التردد بتاعة الدوران بتاعه? ما يمنه tteokbokki تالت. الكترون بيدور حوالين نواة. يبقى اما هيديك سرعة اما هيديك ايه? تردد. مصر اداني انا واحدة فيهم. اداني السرعة. يبقى ساعتها القلوب بتاع ايه? هقول له والله اي بي ساوي. ان في اي في في على تو بي ار. طب ولو كان مديني تردد ساعتها هقول ان في اي في نيو. ان في اي في نيو. طيب يلا بنا نعود بالارقام. الان عدد الانكترونات. اساز ما ادانيش عدد الالكترونات. لأ ادالك بس انت اللي مواريتش السؤال صح او انا اللي مواريتوه الصح بمعنى صح. انا بقول لك تبقى لنموزك بورل لزروية الهيدروجين يتحرك ايه? يتحرك مين? الكترون? واللي قال لك خمسين الكترون? يا عم ده هو الكترون واحد. يتحرك الالكترون. يعني عدد الالكترون بكام? بواحد. في الايه لها شحنة الالكترون? واحد وستة من عشرة. فعشرة قص سالب تسعتاشر ده رقم سابت. والناس اللي مش حافظة السوابط كده كده وفارط الانتحاد نفسها. فيه الفي اللي هي السرعة. اتنين واتنين من عشرة. فعشرة قص ستة. الكلام ده على وعايس اعوض عنها باتنين وعشرين على السبع ماشي. عايس اخليها زي ما هي ماشي. فقار اللي هي خمسة وتلاتة من عشرة. ما تنساش هناك في عشرة قص سالب عد عشر. وابدأ ان انا هحسبها على الالة. طيب على الالة هيطلع معاك اللي جايبها واحد وخمسة من مية. فعشرة قص سالب تلاتة. طبعا واحد وخمسة من مية. يعني اكلناها واحد. لان الخمسة مش هتزود السفر. تمام? الخمسة مش كريمة. فوق الخمسة واللي كريم. فالخمسة مش هتزود السفر. يعني خلاص هي بقى واحد علامة سفر. يعني واحد. فعشرة قص سالب تلاتة امبير. وطبعا واحد فعشرة قص سالب تلاتة. يعني عشرة وسسالب تلاتة امبير اللي هي تالت اختياط. طيب الحتة بقى البياني اللي كنت بأكد لك عليها تعالى نشوف السؤال جاعة هنا على ازاي وازاي نحله ان شاء الله مع بعض. بيقولي الشكل البياني المقابل يمثل علاقة. ما بين ايه? ما بين شدة الطيار. ومين? والزمن. شدة الطيار والزمن. الاي والتي. مش كيو تي هنا الاي والتي. يبقى انا على طول مساسم كلا دماغي. داني علاقة بين الاي وتي حيسأل عالكيو. فعلا بصي بقول لك ايه? بقول لك فان الشحنة القهربية التي تمر عبر المقطع من الموصل خلال الفترة الزمنين الموضحة بيساوي كام? بيسألك عالشحنة القهربية اللي هي كيو. خلاص? يبقى اداك علاقة بين الاي والتي هيسألك عالكيو. ساعتها وانت مغمد عينك? هتقول له والله كيو بتساوي المساحة تحت المنحنة. المساحة تحت الايه? تحت المنحنة. طيب تعالك انا نشوف هو رسم لك العلاقة البيانية بالشكل اللي قدامك ده. فانا لو جبت المساحة بتاعت الشكل ده كله اللي تحت المنحنة ده. ساعتها هقدر ان انا ايه? اجيب الكمية القهربية. تعالا بنشوف مع بعض ازاي هنجيب المساحة. طبعا الشكل اللي انا مزلله ده يعني مالوش اي ايه? سلع بالهندسة. مالوش خالص علاقة بالهندسة. فانا بقى هنعمل ايه? هنعمل حاجة حالو. هنعمل ايه? بص يا باشا. اول حاجة هقسم لك كده الشكل ده. ناخد كده الحتة اللي تحدي دي كده على بعضهم. دي عبارة عن ايه? عبارة عن مستفيل صح كده? وناخد كده لون مختلف. ونظل للجزء اللي فوق ده. ده عبارة عن ايه بقى? عبارة عن مسلس. يبقى احنا كده اسمنا الشكل ليه? حاجة يعني مفهومة شوية. اسمناه ليه? جزء مستطيل وجزء تاني مسلس. اقدر اجيب مساحة كل واحد فيه. بسم الله تعالى بقى نشوف كده ازاي هنجيب الاول مساحة المستطيل. طبعا في ناس ما على الاسف يا جماعة على حد دلوقتي ما بتعرفش القوانين. ما تستغربش لو انت عارف القانون تمام. انما فيه ناس كتيرة جماعة في ضفعتنا. ما بتعرفش القوانين الاشكال وقانون المساحة. وقوانين الحجم. الحاجات دي طبعا مهمة جدا يا جماعة ان انت انت خلاص انت تالتها سنوي فانت مفروض ان القوانين دي كل عد عليك. وعندنا في الفيزياء قوانين دي احنا بناخدها من واحدة في سنة اولى. فعادت عليك اولى وتانية وتالتة. فما ينفعش ادخل الامتحان ولا مش حافظ القوانين دي يا جماعة. القوانين السرعة. قوانين مسلا العجلة. ما تستغربش انه ممكن يجاب لك مسألة على العجلة او انت الناس اللي بتحل عارف الكلام ده. في درس مسلا من دروس القوة. في مسألة كان بيسأل فيها على العجلة. فلازم اكون عارف الحاجات اللي ازاي دي. تمام? قوانين المساحة مساحة المستطيل المسلس. الحاجات دي طبعا لازم اكون حافظة. عمتا يا سيدي مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض. مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض. طيب. تعال ناخد طوله كده هو. لو الحتة دي. طوله ده قد ايه? طوله من اول سفر لحد اتنين يعني طوله باتنين. طيب ناخد العرض بتاعه من اول هنا لحد هنا. العرض من اول فين لفين? من اول سفر لحد عشرة. يعني العرض بكام? بعشرة. الطول في العرض اتنين في عشرة يطلع كام? يطلع عشرة. تعالى نجيب مساحة المسلس. طيب مساحة المسلس بتساوي يا مسطر بتساوي نص طول القاعدة. نص طول القاعدة في الارتفاع. نص طول القاعدة في الارتفاع. يلا بينا. يبقى نص فيه. قاعدة المسلس اهي. قاعدة المسلس اهي. طيب طول الحتة اللي بالازرق دي قد ايه? بصي طولها قد بالزبط الحتة دي. طولها قد الحتة دي اللي هو من اول سفر لاربعة يعني طولها اربعة. طيب في الارتفاع. ارتفاع المسلس من اول هنا لهنا. ارتفاع المسلس من اول اتنين لحد اربعة. من اول اتنين لحد اربعة. طيب من اتنين لاربعة. الحتة دي طولها دي ايه? طولها اربعة. لا هي من اتنين لاربعة. يبقى الطول بكام باتنين. او الارتفاع بكام باتنين. نص فاربعة باتنين. هيطلع معاك على الالة بتاعتك بيساوي اربعة. يبقى انا كده جبت مساحة الشكل كله. ازاي? جبت مساحة المستطيل وطلعت معايا. او مساحة المستطيل ايها وطلعت معايا بعشرين. وجبت كمان مساحة المسلس طلعت معايا باربعة. مساحة الشكل كله على بعضنا تطلع كام? اربعة وعشرين. ومساحة الشكل ايه ما دي ايه القاربية يبقى الاختيار الصح والاختيار ايه التاني. من الافكار المهمة جدا. انا عارف انه ممكن تكون عادت عليك. بس طبعا لازم اكدلك عليه. كده اخدنا مثالين على شدة الطيار. ندخل على الجزء التالت او المصطلح اللي بعد كده. وده كان فرق الجهد. ما بين نقطتين. الرمز بتاعه حرف الفي. تعالى نتقل مع بعض تعريفه. نعرف اهميته. اهميته ايه بالزبط. نعرف ازاي نحسبه. والعلاقة البيانات بتاعه. نبدأ كده الاول باسم الله بالتعريف. ايه هو تعريف فرق الجهد ما بين نقطتين. بيقول لك فرق الجهد بين نقطتين هو عبارة عن الشغل المبزول. هو الشغل المبزول. لنقل كمية كهربية مقدرها واحد كولوم ما بين النقطتين. هو عبارة عن ايه? هو عبارة عن الشغل المبزول لنقل كمية كهربية مقدرها واحد كولوم ما بين النقطتين. ما فهمتاش امسطر او نسيها. طيب تعال انا فهمها مع بعض. دلوقتي لو في هنا مقاومة كهربية وانا عايز انقل شحنة او الكترون من هنا لحد هناك. لحد النقطة دي. طبعا عشان انقل الكترون من هنا لحد هنا هتطر ان انا عد على الايه? على المقاومة. طب المقاومة دي هتعمل ايه? هتبتجي النقيقة حاول تمنعك ما من اسمها كده المقاومة? يعني ممنعة. فهتبدأ ان هي تمنع الالكترون او تحاول ان هي تمنع الالكترون من المرور. طبعا عشان الالكترون يتغلب عليها ويعدي منها هيطر ان هو يعمل ايه? مجهود او ان هو يبزل شغل. يعني مثلا انت خال كده ان انت شايل حاجات تهيلة على كتفك وعايز تمشي بيها من اول الشارع لحد داخل. بس الشارع ده كان زحمة. ففي ناس رايحة وناس جاية وعمل تخبط في ناس طول ما انت ماشي. عشان تتغلب على الناس دي مش هيباب الساهل. اكيد هتعمل مجهود عشان خاطر توصل لحد داخل الشارع. بعكس لو كان الشارع فاضي. على الاقل حتى لو حاجة تهيلة بس على الاقل هتبا ماشي ايه براحتك. انما طول ما الشارع زحمة وفي ناس. ايه اللي هيحصل? هيحصل تصادمات واحتكاكات. فده هيبتجي ان هو ايه? يخليك تعمل مجهود زيادة عشان خاطر تعدي من الناس دي صح? نفس الكلام هنا برضو. المقاومة بتعمل برضو مع الالكترون تصادمات واحتكاكات. فبتعمل اعاقة بتعمل ممنعة للالكترون عشان يتغلب عليها بيضطر ان هو يعمل مجهود او ان هو يبزل يا شباب شغل. فعشان كده قال لك فرق الجهد هو عبارة عن الشغل المبزول لنقل شحنة مقدارها ايه? واحد كولوم ما بين نقطتين. في معلومة هنا مهمة اخلي بالك انه من غير فرق الجهد ما يمرش طيار في الدايرة. يعني من شروط برضو مرور الطيار هو وجود فرق في الايه? في الجهد. ومعلومة كمان ان خلي بالك الطيار بيمشي من الجهد الاعلى. من نقطة الجهد الاعلى. لنقطة الجهد الايه? الاقل. ممكن يجي هنا سؤال? اه طبعا ممكن يجي لك هنا سؤال. ممكن يجيب لك مسلا. رسمتين بالشكل ده. مسلا رسمتين بالشكل ده. يقول لك هنا النقطة دي جهدها مسلا اربعة فولت. ودي مسلا جهدها هنقول ايه? سبعة مسلا فولت. ويجيب لك هنا اتجاه الطيار. ويجيب لك نقطة هنا جهدها اربعة بولت. ونقطة هنا مسلا الجهد بتاعها واحد بولت. ويجيب لك هنا اتجاه الطيار. ويقول لك اي اي من الشكلين يعبر بشكل صحيح على اتجاه الطيار. يعني اي رسمة من اللي تين دول فيهم الطيار هنا اه اتجاهه صح او اتجاهه صحيح. لو جينا مساكنا الاولى حتى ان الطيار ماشي من النقطة اللي جهدها اربعة رايح للنقطة اللي جهدها سبعة. يعني كده الطيار ماشي من الجهد الاقل للجهد الاعلى. وده ما ينفعش ان هو يحصل. لازم الطيار يمشي من الجهد الاعلى للجهد الاقل. الرسمة التانية الطيار ماشي. من النقطة لجهدها اربعة. رايح لنقطة لجهدها واحد. يعني من الاعلى للاقل. طبعا الكلام ده ايه? كلام سليم وكلام مزبوط. يبقى فرق جهد ما بين نقطين. سبب اه سببه ايه? احنا طبعا سببه المقاومة. ان احنا بنتغلب بنفس الشغل عشان نتغلب على المقاومة. فايدته ايه طبعا قلنا هو السبب في مرور الطيار. من غير فرق في الجهد مش هيمر ايه? طيار. يعني لو كان برضو هنا الحتة دي برضو مهمة. لو كان عندي نقطتين جهدهم متساوي. وليكن دي خمسة فولت. ودي برضو خمسة فولت. مثلا. نقطتين جهدهم متساوي بالشكل ده. ما يمرش اساسا ما بينهم طيار. لا يمر من جيل دي ولا التانية ولا من التانية للاولى. ما يمرش اساسا ايه? طيار. في حال تساوي الجهد بتاع النقطتين لا يمر بينهم ايه? طيار. طيب كده اعتقد قلنا كل حاجة تخص فرق الجهد بنحس يعني التعريف واهميته. ندخل بقى على القانون بتاعه. كان عندي طبعا هنا اه قانون الاساسي بتاعه هو دابليو على كيو. الفي بساوي دابليو على كيو. الدابليو اللي هو مين? اللي هو الشغل اللي احنا بزلناه. والكيو اللي يمين اللي هي كمية القهربية اللي احنا نقلناها. يبقى الفي بساوي دابليو على كيو. الدابليو اللي هو الشغل المفزون. الكيو اللي هي كمية القهربية. برضو ممكن نجيب الفي من قانون اوم ونقول الفي بالساوي الاي في الار. يعني دابليو على كيو احنا قلناه. وكمان ممكن نقول الاي في الار من القانون اوم. طب وده عملنا هنا ايه? شلنا بس كيو فكناها لان في ايه. فبقى الدابليو على ان في ايه? يعني يعتبر دول القانونين بتوع فرق ليه? الجهد اللي عليا في المنهج. وحدة اياس فرق الجهد هي الفولت. والفولت بيكافئ جول على كولوم. جول على كولوم. التمسيل البياني او العلاقة البيانية. علاقة طبعا ما بين الدابليو والكيو. لو جبنا الميل بتاعها هنقسم الصادات على السينات. فهنقسم الدابليو على كيو يطلع لي طبعا الفي. يبقى الميل بتاعها دابليو على كيو. فبالتالي الميل بتاعها يعتبر ليه? الفي. دلوقتي بقى ندخل مع بعض على المصطلح التالث عندنا اللي هو المقاومة الكهربية. المقاومة الكهربية. الشغل طبعا في المقاومة الكهربية اعلى من الشغل اللي كان في شدة الطيار وفرق جهد. فيها يعني اتكات وفنيات كتير. نبدأ كده اولا بتعريف المقاومة. يعني ايه مقاومة? قال لي المقاومة هي عبارة عن الممنعة التي يلقاها الطيار. هي الممنعة التي يلقاها لايه? في الطيار. يعني اللي بيقابلها الطيار. عندها مروره في الايه يا شباب في الموصل. من شوية او ترك ان المقاومة بتحاول تمنع من مرور الالكترونات لما بتمشي جوه الموصل. واحد هنا هيحصل له ايرور. يقول لي هو منين موصل يعني بيوصل? ومنين بيعمل ممنع? يعني هو ازاي بيوصل وبيبنع في نفس الوقت او استاذ. هنا حبيعش انت فهمها? اتخيل كده معايا المسال انا برضو لسه ايلولك من شوية. اتخيل الالكترون ده واحد ماشي في شارع. والشارع ده مليا الناس. يعني مش شارع فوضي لا ده شارع مليا الناس. والناس دي مش في حالة مسلا سكون لا دي في حالة حركة. اللي بيعدي الطريق. واللي ماشي في ملكوت اللاء. وعيال بيلعبه وبيجروا ورا بعض. فالشارع مليان زحمة. في عشوائية في الشارع. وساحبنا الالكترون ده عايز يروح من اول الشارع لحد اخره. وهو ماشي في طريقه. في احتى ملكي تردح صلب. ممكن يتكعمل في عائل صواير مسلا من اللي اللي بيلعبه صح. ممكن يغبط في واحد وهو ماشي. ويدخلق معاه. ممكن مسلا وهو ماشي عربية اغبطه. يعني كل حاجة ورده. يعني كل حاجة وانت ماشي بشارع كل حاجة ورده. اه واحد راكب عجلة مسلا يميل عليك. المهم ان انت طول ما انت ماشي بالشارع هيحصل يما تصدمات ما بينك وبين الناس. يما على الاقل احتكاجات. فكل ده ما يحصل لك وانت ماشي بالطريق. اكيد مش هيسهل من مرورك. انت هتمر هتمر. هتعدي هتعدي بس مش بالسهل. طول ما انت ماشي هيقابلك نوع من انواع الايه? ايه الممنعة? ايه دي اللي احنا بنسميها المقاومة الكهربية. اعكس الكرام ده واقلب الكرام ده فازية. اي موصل في الدنيا هو في الاساس عنده زرات. والزرات دي يا شباب مش بيكون سبتة في مكانها. اما الايه? اللي بيكون في حالة اهتزاز. يعني عملها تهتز. بالمنظر ده. فالالكترون هو ماشي جوه الموصل. بيبتجي ان هو يصطدم مع الزرات دي. المهتزة يعني. فبيحصل اما تصادمات اما احتكاجات وده بيعمل نوع من انواع الايه? الممنعة. كده اعتقد فهمنا يعني ايه مقامة? عرفنا يعني ممنعة بيقابلها الطيار لما بيمر داخل الموصل. الممنعة دي سببها احنا قلنا ايه? سببها هو التصادمات والاحتكاجات. ما بين الالكترونيات الحرة وزرات مادة الموصل. وكمان الاحتكاجات ما بين الالكترونيات وبعضها البعض. ده برضو بيعمل نوع من انواع المقاومة. بتؤدي ايه المقاومة دي? قالك بتؤدي الى ارتفاع درجة حرارة الموصل. يعني السلك ده بيسخن بسبب المقاومة. اي سلك بيسخن بيكون بسبب المقاومة. طيب. نحسب ازاي المقاومة? بسم الله. نمسح بقى لحاك اللي احنا عملنا ده. عشان بقى قوانين المقاومة ايه? كتير. فتعال بقى ايه? نشوف كده ايه يا قوانين بتاعة المقاومة. بسم الله. اول قانونة عندنا من قوانين المقاومة يا باشا. بيقول لك اي بتساوي. اه ار بتساوي. رو اي في الا على ايه? رو اي في الا على ايه? فكرنا بسه مين الحاجات دي. الرؤية حبيبي كانت حاجة اسمها المقاومة النوعية. المقاومة النوعية. ودي كانت عبارة عن مقاومة بتعتمد على نوع المادة. بتعتمد على نوع المادة ودركة الحرارة بتاعتها. الال اللي هو طبعا طول السلك. والال اللي هو ايه? مساحة السلك. ممكن نفك المساحة لو ما دهناش من المسألة نفك المساحة يعني في حالة ان هو خبه المساحة على طول ام جاء حاطك بدلة ايه? باي ار تربيع. فممكن اقول رو اي في الا على ايه? او رو اي في الا على باي ار تربيع في حالة ان انا معيش المساحة. طيب ده بالنسبة لي اول قانون كده المقاومة. تاني قانونة عندنا ار بتساوي دي على اي. طب ده جاملين? جامل قانون قوم. اللي احنا ان شاء الله هنتكلم عنه في اللي جاي. قانون قوم كان بيقول ان البي بتساوي اي في ار? فبالتالي ار بتساوي بي على اي. يبقى انا عندي كلا قانونين للمقاومة لحد دلوقتي. ودول اللي بنزبط يعني ايه? دسعين في المية. بنحل بيهم المسايب بتاع ده المقاومة. اي ام رو اي في الا على ايه? ولو خبه ليه بتبا باي ار تربيع. اي ام ار بتساوي مين على مين? في قوانين تانية هي مش يعني اساسية ومش من محتوى المنهج بتاعنا بس والي تجيبلي عليها سؤال. فانا كده كده ايه حطا لك برضو هقول لك تشتغل بها ام تا? في قانون تاني المقاومة بيقول ان الار بالساوي رو اي في رو رو اي في رو اي في اللي تربيع على ام. رو اي في رو في اللي تربيع على ام. وستاذ او انا ام تشتغل بالقانون ده? لو ادلك الرو والام. مين الرو والام دول? اللي هما الكسافة. والكتلة. كسافة المادة بتاعت السلك والكتلة بتاعت السلك. تمام? لو ادلك الكسافة والكتلة مع الطول. نشتغل بتساعدة بالقانون ده. رو اي في رو رو اي في رو. في اللي تربيع على ام. طب ادني كسافة وكتلة مع مساحة اروح للقانون ده.еро في ام. على رو في ايه تربية? في ام على رو في ايه تربية? بقرر تاني ياossen هفو. القوانين دي يعني القوانين اللي جاية مش قوانين اساسية. الاساسي والافكار التقليدية والعادية واللي بتيجي في الامدحان بتتحل المقاومة فيها بالقوانين اللي فوق. انما اللي تحت دي لو حجيب لك مسألة مميزة لقب لك مسألة فيها ربط بالتحديد ما بين مناك تانية و تالتة من الاخ. مسألة تربط مناك تانية و تالتة هتبقى بالفكرة دي. هيجيب لك في المسألة ومع الكسافة. هيجيب لك الكتلة. والطول او الكتلة والمساحة. جاب لك الكتلة وطول يبقى في الحالة دي حوله رؤية في رو في اللي تربيع على ام. طب الكتلة مع المساحة يبقى رو اي في ام على رو في ايه تربيع. ممكن ما يديش الكتلة ويخليها كسافة وحجم. مع طول. كسافة وحجم مع طول. هنا اه اداني هنا الحجم. وهنا المقاومة النوعية. مع الايه? مع طول. فهنا بقول رو ايه. في اللي تربيع على الحجم اللي هو الفوليوم. رو ايه في اللي تربيع على الحجم اللي هو الفوليوم. وممكن بدل الطول يكون مساحة. فساعدة يبقى قانون رؤية في الفوليوم على الايه تربيع? رؤية في الفوليوم على الايه تربيع? مش طبعا مش هيخسروا معي انا احنا عندنا ما شاء الله تاع خمسين ستين قانون. فلما يزيدوا دلاتة اربعة طبعا مش هيفرم معي ايه? اه ان انا احفاظهم يعني. ولكن طبعا زي مضترك الاساس بالنسبة لي والاهم طبعا هي قوانين اللي فوق. طيب ده النسبة لحطة المقاومة. فيبقى هنا المقاومة النوعية واحنا اتكلمنا عنها مشوية. مقاومة نوعية اولا انت عارفها ايه? هي عبارة عن مقاومة موصل طوله واحد متر ومساحته واحد متر مربأ يعني مش بتتغير الا لو المادة او الحرارة اتغيرت. يعني مسا اللي او جاب لي في مسألة قال لي سلك طوله زاد للضعف. ايه اللي يحصل لمقاوموته النوعية? اقول له لا تتغير. ليه? لان هي ملااش علاقة بالطول. ليه علاقة بنوع المادة ودرجة الحرارة. طيب ازا زادت مساحة سلك الى الضعف. ايه اللي يحصل لمقاوموته النوعية? لا تتغير. تفضل ثابتة زي ما هي. المقاومة النوعية لو انت حبيد تجيبها لوحدها في طرف فهتبقى الروق ايه بالساوي ار في ايه على ايه? المقاومة الكهربية في المساحة على طول السلك. المقاومة الكهربية في المساحة على طول السلك. وحدة اياسها هي اوم في متر. وحدة اياس المقاومة النوعية هي الام في المتر. وحدتها هي اوم في متر. التوصيلية الكهربية ودي عكس المقاومة النوعية او مقلوب المقاومة النوعية. والليها تعريفات تانية ممكن اقول هي مقلوب مقاومة سلك طول واحد متر ومساحة مقطع واحد متر مربع برضو هي صفة مميزة للمادة يعني بتعتمد على نوع المادة ودرجة الحرارة بمعنى ان لو برضو قالك ازا زاد الطول او قل الطول بتاع السلك اللي يحصل لتوصيلته اقول له طبعا تزيل لسابقة في بعض المصطلحات برضو بدلا من نقول التوصيل الكهربية بنقول معامل التوصيل هي هي لو جالك في المسال قالك احسب معامل التوصيل زي لما يقول لك احسب التوصيلية الكهربية طبعا رمز التوصيلية الكهربية كان سجما اي القوانين بتاعتها كانت سجما بتساوي واحد على رؤي مقلوب المقام النوعية او الا على ار في اي الا على ار في اي واحدة الاس بتاعتها كانت اوم قص سالب واحد في متر قص سالب واحد اوم قص سالب واحد في متر قص سالب واحد القوم قص سالب واحد ده كان اسمه سايمون قوم قص سالب واحد ده كان اسمه سايمون. فممكن بدل ما اقول قوم وسسالب واحد في متر وسسالب واحد ممكن اقول سايمون في متر وسسالب واحد. طيب ده بالنسبة للقوانين بتاعت التوصيلية الكهربية. خلي بالك. ان التوصيلية الكهربية او المقاومة النوعية ملايش علاقة بالطول. علاقتها سابتة. التوصيلية الكهربية او المقاومة النوعية ملايش علاقة بالمساحة ولا بنص الكتر هي علاقة سابتة. تمام? دي برضو من حاجات الايه المهمة? علاقة التوصيلية الكهربية بالمقاومة النوعية طبعا علاقة عكسية. يعني لو جاب لك علاقة بيانية او قال لك اختار العلاقة البيانية. اللي بتمثل علاقة المقاومة النوعية بالتوصيلية الكهربية. من القانون علاقة عكسية. ومن التعريف حتى كمان التوصيلية بيقول لك ايه? هي مقلوب المقاومة النوعية. فالعلاقة عكسية. تترسم لمنحنة بالشكل ده. اما لو كانت مقاومة نوعية مع مقلوب التوصيلية ساعتها تبقى علاقة طردية تمام ساعتها تبقى العلاقة طردية يعني هنا جايب لك سجمة مع واحد على رؤيه مش رؤيه نفسها لو رؤيه نفسها كتبقى منحنة عكسي. انما هنا واحد على رؤيه بفي الحالة دي العلاقة ايه? طردية. نيجي بقى للجزئة اللي بعد كده كل ده احنا شغالين في المقاومة. احنا كده عرفنا يعني مقاومة. عرفنا كمان آآ القوانين بتاعتها. عرفنا يعني مقاومة نوعية يعني توصيلية قهربية. ولسه مكملين في المقاومة. الجزئة اللي بعد كده هي مسائل النسبة. ودي من اهم افكار المسائلة كمانا بالنسبة لمقاومة. بنسبة كبيرة. لما بيجيب مسألة على المقاومة بيجيبها على شكل مسألة نسبة. خلي بالا. ازاي جيبت نسبة بين مقاومة سلكين? عندي تلات قوانين ان شاء الله هجيب بيهم النسبة بالمقاومة السلكين. اول قانون ار واحد على ار اتنين بتساوي. رؤي واحد على رؤي اتنين. في ال واحد على ال اتنين. في ايه اتنين على ايه واحد. رؤي واحد ده الرؤي اتنين اللي هي المقاومة النوعية بتاعت الاول عالتاني. في ال واحد على ال اتنين مساحة طول الاول على طول التاني. في ايه اتنين على ايه واحد اللي هي مساحة التاني على الاولاني. اخلي بالك ان احنا المساحة بنعكس بنكتبها ايه اتنين على ايه واحد. طب لو ما ايش المساحة معي نص الكتر. ساعتا بحط نفس القانون بس بدل المساحة بحط ار تربيع. بدل المساحة بحط ار تربيع. يعني بقول رو اي واحد على رو اتنين. في ال واحد على ال ال اتنين. بدل ما كنت بقول ايه اتنين على ايه واحد. هقول ار اتنين تربيع على ار واحد تربية. يبقى انا ممكن احفظ ده. وابقى عارف انه ما ادنيش مساحة والداني ما دالها نصر كتر اعود بالار تربيه. يبقى بدل ما هي ايه اتنين تبقى ار اتنين تربيه. وبدل ما هي ار ايه واحد تبقى ار واحد تربيه. طيب في فكرة كمان. فكرة يا جماعة ما جاتش الا في امتحان الفين وتمانية يعني من زمان قوي. ورجع قررها تاني في الفين واحد وعشرين. ايه الفكرة? انه يطلب النسبة بينه قومتين ويدي لك كتلة السلكين. كتلة السلكين. ساعتها القانون بتاعك هيبقى ار واحد على ار اتنين بالساوي. رو اي واحد على رو اتنين. في رو واحد على رو اتنين. في ال واحد تربيه على ال اتنين تربيع في ام واحد في ام اتنين على ام واحد. تاني تاني. رو اي واحد على رو اتنين. في رو واحد على رو اتنين في ال واحد تربيه على ال اتنين تربيع في ام اتنين على ام واحد. وبنسبة كبيرة لو الاتنين من نفس المادة هنشيل الرو اي والرو. فهيبقى لك الل واحد تربيع على الل اتنين تربيع في ام اتنين على ام واحد. خلصت كده? لا لس تعال في فكرة كمام ام ام اوي بقى. فكرة اعادة التشكيل. كل ده مصر افكار المقاومة? افكار المقاومة كتير عشان كده بيبقى السؤال بتاعها مهم. تمام? فتخلي بالك من الحتة دي يعني لو حاب يجيب سؤال على الدرس الاول في الغالب بيكون سؤال عالمقاومة. وبيبقى في الغالب مسألة نسبة. يعني افكار النسبة دي لازم تهتم بيها. لو جاء بقى في مسألة قال لك ازا اعيدة تشكيل سلك. او قال لك شكلة سلك. او اعيدة يعني تشكيل سلك. او قال لك في المسألة صحيباء سلك. صحيباء سلك. او قال لك حولة سلك. قال اعيدة زاشكيل صحيباء. الكلمات دي يا جماعة بيبقى لها قوانين معينة. شفين كلمة من الثلاثة دول! هيبقى لحل عندك بquакиون من الثلاثة اللي جاي. يا اما شكرا لك في الغالب أعلى عر تنين بتساوي؟ agueه عيلا لوحد تربية على اهل لاتنين تربية؟. يا اما ر واحد على الر اتنين بتساوي ايه اتنين تربية على ايه واحد تربية? يئم ار واحد على ار اتنين بتساوي ار اتنين قصة اربعة على ار واحد قصة اربعة. يعني لو جافت مسلا قال لك اعيد تشكيل سلك. بحيس. وبدأ يكلمك على طوله. قال لك طوله زاد. مسلا للضعف او طوله قل مسلا للنص. ساعتها اشتغل بدول. ار واحد على ار اتنين بتساوي. ايه اللي واحد تربية على ايه اتنين تربية. يا امم. قال لك صاحب مسلا او ايه تشكيل سلك. بحيس مسلا مساحته حصلها ايا كان. ساعتها تقول ار واحد على ار اتنين بتساوي ايه اتنين تربية على ايه واحد تربية. طيب لو قال لك بعد اعادة التشكيل نص الكتر بقى كزا كزا. ساعتها اقول له ار اتنين قصة اربعة على ار واحد قصة اربعة. ودي برضو من افكار المهمة جدا للامتحال. تعالوا بقى تشوف كده السؤال اللي اعنا ده على المقاومة وهنا احنا مختارين مسائل اللي هي النسبة اللي اعناها زي ما قلت لك هي طبعا من الافكار المهمة جدا. واللي ممكن بتلقبطنا. فتعالوا نشوف كده ازاي بنتعامل مع مسألة النسبة. السؤال انا بيقول لي سلكان. اولا عرفت من ايه مسألة نسبة. من كلمة سلكان. او موصلان. اي كلمة تدل على المسنة. تمام? يعني حاجتين. فهنا هي مقارنة بين حاجتين. او النسبة بين حاجتين. فانا مسألة نسبة. بيقول لك سلكان من نفس المادة? فازا علمت ان كتر السلك الاول تلت امثال كتر السلك التاني. ومقاومة التاني اربع امثال مقاومة الاول. فان طول السلك التاني نقط طول السلك الاولين. طبعا انا قاريتها بس لسه هقراها معك واحدة واحدة وطلع على المواطئة. الاول بس لما اجي حل المسألة طالما هي نسبة بقسم الصفحة كده على جنب بالنص. اكتب سلك رقم واحد. واكتب الناحية التانية سلك رقم كام? اتني? يلا بينا واحدة واحدة بقى. الرجل قال لي سلكان من نفس المادة. ايه المقصوب بنفس المادة? قال لي يعني نفس المقاومة النوعية. فاحنا عندنا حاجتين بس بيعتمدوا على نوع المادة. المقاومة النوعية والتوصيلها لايه القارب ايه? فمن نفس المادة يعني نفس المقاومة النوعية. يعني انت لو فرط المقاومة النوعية بتاعت الاولاني رؤية واحد وهنا رؤية اتنين. اللي اتنين نفس المقاومة النوعية. يعني لو هنا واحد فهنا برضه هتبقى ايه? واحد. فايزا علمت ان كتر السلك الاول تلات امثال كتر السلك التاني. اه دي هنا ار واحد وهناك ار اتنين. فالراجل بيقول لك كتر الاول تلات امثال بتاني. يعني افرد الاول بتلاتة والتاني بواحد. انا عارف ان فينس هنا الزولة في حاجة كرة معانا اصبر علي اتقل كده حفاق مالك كمان شوية انا عارف انت اطلق بط في دلوقتي. بيقول لك ومقاومة السلك التاني مقاومة السلك التاني اربع امثال مقاومة السلك الاولاني. طب المقاومة اللي هي اركبتها. فالراجل بيقول لك مقاومة التاني اربع امثال الاولاني. يعني مقاومة التاني اربعة والاولاني بواحد. فان طول السلك التاني نقط طول السلك الاول. الحتة اللي معظمكم او ممكن يعني يكون فيه حد فيكم يا شباب. اتلغبت فيها هي حتة مصر. كتر السلك. ده انتقرتها كزا مرة. واتكيت كده على جملة كتر السلك الاولاني. ومع ذلك. جيت هنا عوضت بنص الكتر تلاتة واحد. هو انا مش المفروض الكتر ده بقسم على الاتنين. بص يا سيدي. في المسائل المفروض او بنقسم الكتر. لما يجيلي كلمة كتر يقسم على الاتنين. لان انا بشغل بنص الكتر. بس في مسائل النسبة في مسائل النسبة وكلامي محدد. في مسائل النسبة. ما يفرقش معي يقول لي في السؤال كتر ولا نص كتر. كده كده اللي اتنين يعتبروا زي بعض. ليه? في علاقة او قعد اليادي بتقول لك العلاقة بين الاكتار هي نفسها العلاقة بين انصاف الاكتار. يعني ايه? يعني لو قال لك فيه مسلا سلك كتره ضعف كتر الاول. هي هي لو قال لك سلك نص كتره ضعف نصف كتر الاول. يعني لو كانت كتر بتاع السلك مسلا التاني ضعف الكتر بتاع الاولاني. فبرضو نص الكتر بتاع التاني هيبضع في نص كتر بتاع الايه? بتاع الاولاني. تمام كده? فمش فرق معي في مسائلة النسبة يقول لي كتر. او يقول لي نص ايه? كتر. تمام كده? فانا اتعاملت مع الكتر كأنه نص كتر. عاجي جدا ما فيش ايه مشاكل. الراجل عايز يعرف تقول السلك التاني ايه علاقته? بتقول السلك الاولاني. احط جلو قانون النسبة بتاعي وابدأ ان انا عوض معك. يلا بين ار واحد على ار اتنين بتساوي. رو اي واحد على رو اي اتنين. في ال واحد على ال اتنين. في اشوف بقى مديني مساحة ولا نص كتر? لو كانت مساحة كنت اقول ايه اتنين على ايه واحد? طب لو نص كتر زي ما الراجل عامل هنا في المسألة يبقى هنقول ايه? ار اتنين تربيع على ار واحد تربيع. يلا بينا بالارقامة باشا. ار واحد على ار اتنين يعني واحد على الاربعة. بتساوي. رو اي واحد على رو اتنين يعني واحد على واحد. فمش محتاج اكتبها. لان واحد على واحد في الواحد. فيه. ال واحد على ال اتنين. فار اتنين تربيع. ار اتنين بواحد. لما تتربع هتبقى برضو واحد. على ار واحد تربية. ار واحد بتلاتة. لما تتربع هتبقى بايه? هتبقى بتسعة. طب انا عايز اجيب ال ال واحد على ال ال اتنين. هي مش مضروبة. في واحدة التسعة اه. طب انا عشان اتخلص من ال واحدة التسعة اعمل ايه? اقسم عليها. ما هي مضروبة في واحدة التسعة. بنا اقسم على واحدة التسعة عشان اجيب ال ال واحد على ال 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 اتنين. فعايزك تمسك القلق بتاعتك وتقسم. واحد على الاربعة على واحد على التسعة. وقبل ما تعملها على القيام الله عليك اسمع مني لان انا عرف انتو بتعملو احياني غلط. انت هتمزي قلتك. هتعمل كسر تكتب واحد الاربعة وبعدين واحدة تسعة هطلا وماك الحل غلط. اول حاجة اعمل شرط لقاسر بعدين اعمل كسري تاني وكتب واحدة على ربعة وانزل تحت اعمل كسري تاني وكتب واحدة التسعة في راس ممكن تستغرأ بتقول لي اي اعمل انا اكيد من اعمل كده. لا والله معظمنا مش بيعمل كده. معظمنا بيعمل ايه? بيعمل كده يكتب واحد على الاربعة ويمجي اعمل كسر تاني وكتب واحد على التسعة. فبيطلع الحل مختلف تماما عن الحل اللي احنا عايزينه. تمام? فانت لازم تعمل كده واحد على الاربعة على واحد على التسعة. فهيطلع الحل تسعة على الاربعة. هيطلع الحل تسعة على الاربعة. طيب هو مش عايز النسبة بين اه الطولين هو عايز يعرف طول التاني بيسوي من طول الاولاني. انا عايز يعرف ال اتنين بكام من الاخر يعني. طب يلا بينا نجيب ال ال اتنين. نعمل بقى مؤسس كده صغير. ال اتنين هتساوي اربعة ال واحد عالتسعة. اربعة ال واحد عالتسعة. اربعة ال واحد على التسعة. يعني الاجابة هتبقى اربعة على التسعة. آآ ال واحد. اللي هي عندنا تاني اختيار. طيب مسألة كمان بيقول لك موصل معدني مقاومته ار. صوح يبقى. صوح يبقى. ودي كان من الكلمات المهمة اللي احنا قلناها. صوح يبقى حولها وعيد بمشكيل. صوح يبقى حولها وعيد تشكيل. المسائل دي ببالية قوانين خاصة بي. او تلك في تلك قوانين بتستخدمهم لو قال لك صوح يبقى او حولها او عيد تشكيل. بقول لك انا صوح يبقى سلك. بحيس. قلت مساحته للربع. يا ترى مقاومتها هيحصل له ايه? برضو دي مسألة نسبة. هتعمل كده. سلك واحد سلك اتنين. سلك ومقاومته ار. يبقى ار واحد كانت بالسوى ار. طب ار اتنين. يا ترى هتبقى في كام? هنشوف دلوقتي مع بعض. طيب ايه اللي حصله لما تسحب? قال لك قلت مساحته للربع. قلت مساحته للربع. طيب ده معناه ان مساحته لو كانت بواحد بقت بربع. وممكن اقول لو كانت باربع بقت بواحد. ما كده برضو اعتبر قلت للربع خلي بالك كانت باربع وبقت بواحد يعني قلت برضو ايه? للربع. طيب عايزين نعرف مقاومته هتبقى بكام? كلمة صاحب احنا قلنا جماعة لها قانون خاص بيها. صاحب احولها وعدة تشكيل. اقول ساعته ار واحد على ار اتنين بالساوي. لو معايا طول هقول ال واحد تربية على ال اتنين تربية. طب لو معايا مساحتها هقول ايه اتنين تربية على ايه واحد تربية? وده اللي انا هعمله هنا هقول ايه اتنين تربية على ايه واحد تربية. طب الناس اللي مركزة. لو قال لي نص الكتر بتاعه هقول ساعته ار اتنين قصة اربعة على ار واحد قصة اربعة. يلا بنا نعود? ار واحد هشيلها وحط بدلها ار. ار اتنين عايزين لعربك. ايه واحد اتنين تربيع? اتنين بواحد. لما تتربع هتبقى ورده بواحد. على ايه واحد تربية? ايه واحد باربعة? لما ربعها هتبقى ستاشر. انا عايز اجيب الار اتنين فهيعمل مقص. هيبقى ستاشر في ار على الواحد. ستاشر في ار على الواحد. يعني ستاشر ار. يعني من هنا ار اتنين. هتساوي ستاشر ار. والحل هيطلع تالت اختيار. بنقول حكم. بعد كده بقى عندنا قانون قوم. قانون طبعا اه قوم طبعا لشباب اهميته ان هو كان بيربط ما بين التلات مصطلحات دولة مع بعض. الاي والفي والار في العلاقة واحدة. تعالى نفتكر كده مع بعض نص القانون كان ايه? وايه هي الصيغة بتاعت القانون او القانون نفسه اللي احنا بنحل بيه المسائل. وشوية كده تكات وحاجات فنية مهمة قوت. نبدأ كده الاول بنص قانون قوم. قوم قال ايه في القانون بتاعه او في نص القانون بتاعه? الراجل قال لنا شباب شدة الطيار تتناسب طرديا مع فرق الجهد بين طرفين موصل عند سبوت درجة الحرارة. نص القانون بيقول لي شدة الطيار ملا يا عمهم. يا دنيا يا سبتر دي. مع مين? مع فرق الجهد بين الطرفين الموصل عند سبوت ايه? درجة الحرارة. طيب ده بالنسبة لنص القانون. نفهم من كده ان القانون بتاعنا باب يقول ايه? القانون بتاعنا بيقول ان وطبعا ده من اشهر القوانين اللي تقريبا كلنا حافزنا في الفيزياء الكاربن. ممكن نحطها في المسلس اللي ازيز ده. طيب بالنسبة للتمسيل الباني بتاع القانون ده حاجة من اتنين. ممكن يجاب لك علاقة بين الاي والفي. بحيس يبقى الاي هو اللي على الصادات والفي على السينات. وممكن العكس. ممكن يبقى الفي هو اللي فوق على الصادات. والاي هو اللي تحت على محور السينات. طيب هل هيختلف شكل الرسمة في الحالتين? قال لك لا. ليه? لان كده كده العلاقة بين الطيار. وفرق الجهة ده علاقة ايه? طردية. فحط لك الفي فوق الاي تحت. مش فرقة معايا. لو كانت الاي هي اللي فوق الفي ايه? اللي تحت. تمام كده? ده من حيش شكل الرسمة. طب مين اللي هيختلف? الميل. لو انا بجيب الميل هنا. حقسم صادات على الصينات. طب مين الصادات مين اللي فوق? الفي والصينات اللي هي مين? فانا حقسم مينة الفي على الاي. لو رحنا للمسلس الجميل بتاعنا واسمنا الفي على الاي يطلع علي مين يا رجالة? يطلع علي الار. يبقى الميل في الحالة دي مقاومة مين السلك اللي هي الار. طب لو عكس خليها لك فوق الاي وتحت الفي. هو هنا عمل ايه? شكل بالمحاور. بدل ما كانت الفي فوق خليها لك تحت. والاي اللي كانت تحت بقيت ايه? بقيت فوق. هنا هو شكل بالمحاور. ايه اللي هيختلف هنا بقى بسطر? قال لك الميل هنا هو اللي هيختلف. مش انت شكلبت المحاور? يبقى هتشكلب معها مين? الميل. طب الميل كان لما كانت الفي فوق والاي تحت كان الميل مين? كان الار. طب لما نشكلب المحاور هيبقى الميل شكلوب او مقلوب مين? الار. مقلوب الار يعني ايه? يعني واحد. على ار. يبقى الميل في الحالة دي هو مين? هو مقلوب المقاومة. واحد عليه? على ار. طب الحاجات دي يعني مهمة او يركز فيها ده مهمة جدا. اقول لك انا ليه بقى? ممكن يجيب لك مسألة بالشكل ده. يقول لك انا عندك علاقة بين الفي والاي. وعندك انا علاقة بين الفي. حلو الكلام? حلو الكلام. ويمكن جاية عامل لك كده. بس اللي هتقول لك بقى ايه في الوان ما بتبانش? هنحاول نقطور لون غم اهو. ده مسلا اه نسميه مسلا اكس. والتاني هنسميه مسلا واي ونشوف كده ايه? لون بعيدة عنه اهو. ادي واي اهو. بالشكل ده. ويجي في المسألة يطلب حاجة واحدة ايه هي? هيقول لك في الشكل المقابل سلكان اكس ايهما اكبر في المقاومة. ايهما اكبر في المقاومة. نبدأ كده بالحالة الاولى مين الاكبر في المقاومة اكس اكبر ولا واي اكبر? كلنا حافزين. وعارفين. هو بيسألك مين اكبر فشوف مين عامل زاوية اكبر. طبعا بالنسبة لواي عامل الزاوية اللي تحت دي. وبالنسبة لكس عامل الزاوية ايه? كلها. فهتقول لي مقاومة اكس اكبر من مقاومة واي وكلامك هنا كلام مزبوط. طب ليه كلامك هنا مزبوط? لان هنا لما اجي اجيب الميل هي علاقة بين الفي والايفا الميل هيساوي مين الار. فبالتالي اللي ميله اكبر هو فعلا اللي مقاومته اكبر. وطبعا اللي ميله اكبر اللي هو عامل زاوية كبيرة يعني. فهنا اكس عامل زاوية كبيرة يعني ميله كبير وبالتالي مقاومته ايه كبيرة. انما لما يجي هنا بقى هنا الاي فوق الفي تحت. مين الميل? الميل هنا هيبقى واحد على ار. مش الار نفسها لا ده الواحد على ار. فخلي بالك. هنا الميل ما بيسويش المقاومة. هنا الميل بيساوا مقلوب المقاومة. يعني العلاقة اللي بينه علاقة عكسية. علاقة ايه? عكسية. بمعنى هو عايز ايه? عايز اكبر مقاومة? فانا هاختار اصغر ميل. يعني اصغر زاوية. اللي هي مين? اللي هو واي. اللي عامل الزاوية الصغيرة. مش هختار ساعتها اكس اللي عامل الزاوية الكبيرة. يبقى فيه فرق اما بين الاتنين? اه طبعا في فرق اما بين الاتنين. لو كانت الفي فوق والاي تحت. يبقى الميل هو المقاومة. ولو جاب لك لو جاب لك سلكين وقال لك مين مقاومته اكبر? اختار اللي زاويته اكبر. انما لو كانت الاي فوق والفي تحت. الاي فوق والفي تحت. الميل مقلوب المقاومة. طب سألك مين اكبر مقاومة? اختار اللي عامل اصغر زاوية. الحتة دي برضو من الحاجات مهمة جدا اه في المساء. مرخوزة كمان مهمة قوي. ومعظمنا بيتلغبط فيها مع الاسف. طب بتقول ايه بقى المرخوزة? بص يا باشا. المرخوزة بتقول ان مقاومة الموصل تؤثر في شدة الطيار. المقاومة تؤثر في شدة الطيار. ولكن او بحيث شدة الطيار بتقل لما المقاومة ايه? بتزيد. تاني المقاومة بتاعة الموصل بتأثر على شدة الطيار اللي بتمر في الموصل. بحيث ان شدة الطيار بتقل لما المقاومة ايه? بتزيد. ولا يحدث العكس. يعني ايه? يعني نختصر الكلام ده كله في جملة واحدة. انه شباب المقاومة تؤثر ولا تتأثر. المقاومة ايه? تؤثر ولا تتأثر. يعني يا باشا. المقاومة بتأثر على الطيار. بس ما بتتأثرش بالطيار. يعني ايه? يعني المقاومة لو زادت الطيار يقل. المقاومة لو قلت الطيار يزيد. ليه? لان المقاومة بتأثر على الطيار. طب هل الطيار بيأثر على المقاومة? يعني هل لو قال المقاومة هتزيد? قال لي لا المقاومة زي ما هي. طب الطيار لو زاد المقاومة هتقل? قال لك لا زي ما هي. ازن هي ما بتتأثرش بالطيار بس بتأثر عليه. يعني اللي بيحصل او تغير المقاومة يقصلك على الطيار. مقاومة لو زادت الطيار يقل? مقاومة لو قلت الطيار يزيد. انما العكس ما يحصلش الطيار ما يقصرش على المقاومة والجهد برضو ما يقصرش على المقاومة هي اللي بتقصر فيه بتقصر في الطيار بتقصر في الجهد انما مش بتتقصر بيه يعني لو زادت مقاومة موصل للضعف شدة الطيار حتقلل النص طيب لو زادت شدة الطيار للضعف المقاومة اللي هيحصلها تظل ايه سبتة ولا تتغير تظل سبتة ولا تتغير والسبب طبعا يا شباب في كده ان احنا لو رجعنا ليه نص قلول اوم حتلينا هو بيقولك ان شدة طيارة التناسة ترضيهم مع فاري جهد عند ثبوت مين? درجة الحرارة. درجة الحرارة او ثبوت الحرارة المقصوب بيه ثبوت المقاومة كلبالة. ما طول ما الحرارة ثابتة طول ما الحرارة ثابتة السلك طوله مش هيتغير لان الطول بيتقصل بالحرارة بيتمدد يعني بيزيد لو الحرارة زادت وبينكمش لو الحرارة قلت. فطول ما الحرارة ثابتة الطول ثابت. وطالما الطول ثابت يبقى المسيحة ثابتة. فبالتالي المقاومة اعتبقى ايه ثابتة? يبقى المقصوب بثبوت الحرارة ثبوت ايه? المقاومة. يبقى خلاصة الكلام المقاومة ثابتة لا تتأثر ولا بالطيار ولا بالجهد. المقاومة تؤثر ولا تتأثر بروزها واحفظها. تعالى نشوفها باشا سؤال على الحتة دي عشان ما ننساش. جاب لي هنا مسألة بيقول لي موصل مقاومته كم? خمسة اوم. مرة عليه طيار واحد امبير. فازا مرة في نفس الموصل طيار شدده اتنين امبير. مع ثبوت درجة الحرارة? ايه اللي هيحصل للمقاومة بتاعة الموصل ده? واحد يقول لي مستر ده كان الطيار بواحد وبقى باتنين. يعني الطيار زاد للضع. يبقى المقاومة هتقل للنص. اقول له انت كده مركزش معايا. انا قلت لك المقاومة بتأثر بس لا تتأثر لا تتأثر بالطيار. يعني الطيار لو زاد للضعف هي مش هتتأثر. هتفضل زي ما هي بخمسة. الطيار لو قل هتفضل زي برضو ما هي ايه? بخمسة سابتة. يبقى المقاومة ما تنساش اللي هي ما بتتأثرش بالطيار فبالتالي هنا الاجابة طبعا هتبقى ايه? خمسة اوم مش هتتغير قيمتها. سؤال كمان على قانونهم بيقول لك هنا تتصل بطارية قوة الدفع قاربية. تمانية فولت. ده كده اللي هو الفي بي. مهملة المقاومة الداخلية يعني الار سمول بصفر. فبالتالي هنا الفي يعتبر هو نفسه الفي بي. يعني هتعامل مع الفي بي اكلنا في عديد. بمصباح مقاومته تلاتة واتنين من عشرة اوم. دي كده المقاومة اللي هي ار. فيكون عدد الالكترونات المرة خلال مقطع من فتيلة المصباح كل دقيقة بيساوي كم? عايز عدد الالكترونات يعني عايز الان? اللي بتمر كل دقيقة طبعا كل دقيقة يعني كل ستين سانية باشتغل طبعا بالسواني. ازا من هنا يبقى ايه? ستين سانية. عايز عدد الالكترونات تعال كلا واحدة واحدة. نشوف ازاي هنجيب عدد الالكترونات. بص يا باشا. دلوقتي انا عشان اجيب عدد الالكترونات عندي سكتين ممكن اششغل عليهم. ممكن ان انا اجيب عدد الالكترونات من ال 3. لان هي بتساوي ان في اي صاح كده? فهاتطر طبعا اجيب وممكن اجيب عدد الالكترونات من ال Firma ده اي بتساوي في اي على تي. برضو من هنا ممكن اجيب عدد الالكترونات. طيب في جميع الاحوال انا عشان اجيبي لازم اجيب الاول شد للطيار فانا كده كده لازم هاجيب شدة الطيار. هاجيبها منين? من بقى المعتاد اللي معايا. انا معايا الفي. ومعايا الار. فابدأ كده حلي. اقول له والله من المسلس بتاع قانون قوم. في بيتسوى اي في ار. من هنا لو انا عايز اجيب الاي. حقسم الفي على الار. طب الفي بكام? الفي اللي لقى الفي بي هنا في المسألة كاملة اللي هي تمانية. على الار اللي هي كام? لها تلاتة واتنين من عشرة. هيطلع معايا الحل اتنين ونص امبير. كده انا جبت شدة الطيار. والله اي بقى عايز تدرب الطيار في الزمن تجيب الكيوب. لان الكيوب يساوي الاي في تي زي ما احنا عارفين. فممكن ادرب الاي في تي. اجيب الكيوب وبعد كده اجيب الان ماشي. عايز اعود مرة واحدة في القانون ده وتعمل مص برضو ماشي. انا شايف ان عود مرة واحدة هنا يكون احسن يعني. الاي باتنين ونص. هتساوي الان اللي احنا عايزينها. في. ان اي شحلة الالكترون. بواحد وستة من عشرة. فعشرة قصة سالب تسعة عشر. الكلام ده ما نسومه على تين اللي هي الزمن او اللي هو الزمن اللي هو ستين سانية. هعمل طرفين فواسطين اجيب منها الان. يلا بينا. الان هتساوي اتنين ونص فيه ستين. اتنين ونص فيه ستين. على واحد فيه شحنة الالكترون. اتنين ونص فيه ستين. على واحد فيه شحنة الالكترون. يعني شحنة الالكترون اللي هي واحد وستة من عشرة. فعشرة قصة سالب تسعة عشر. يلا اكتبها كده على القناة بتاعتك وشوف هيطلع معاك الاجابة ايه? لازم يطلع معاك ان شاء الله الاجابة التالتة. تسعة واربعة من عشرة. فعشرة قصة عشرين الكترون. نكمل كده بعض. والمصطلح اللي بعد كده الكدرة الكهربية. كدرة الكهربية اولا رمزها هو الربز بتاعها بي دابليو. كدرة الكهربية هي عبارة عن الطاقة. الطاقة المستهلكة خلال موصل في الثانية الواحدة. الطاقة اللي بنستهلكها في الموصل خلال الثانية الواحدة. قوانين بتاعة القدرة. عندنا قوانين كتير. عندنا اربع قوانين لقدرة. اول قانون ممكن اقول ان البي دابليو بالساوي دابليو على تي. مين الدابليو ده? الدابليو ده اللي هو الشغل. او الطاقة. الشغل او الطاقة. على تي اللي هو الزمن. من هنا ممكن نطلع بوحدة اياس ليه القدرة? الطاقة طبعا بالجول والزمن بالسواني يعني الجول على ثانية. جول على ثانية. خلاص دي واحدة. طيب عندي كمان قانون ليه القدرة? القدرة بالساوي اي تربيع في ار. اي تربيع في ار. اي تربيع في ار. يعني شدة الطيار تربيع في المقاومة. نطلع برضو من هنا بقانون بوحدة لها اي تربيع يعني امبر تربيع. في الار اللي هي بوحدة الام يعني امبر تربيع في اوم. اي في قانون كمان للقدرة في او اي في في الاي في الفي شدة الطيار في فرق الجهد والوحدة هنا امبير في فولت امبير في فولت واخيرا في تربيع على ار والوحدة هنا فولت تربيع على او فولت تربيع على او لبنا عندي اربع قوانين للقدرة لو جاب لي مسألة عليها هشتغل بواحد منهم ممكن اديني الطاقة والزمن اقسم ساعدة ده بيو على تي طيار ومقاومة اي تربيع في ار طيب فرق جهد ومقاومة في تربيع على ار طيب طيار وفرق جهد بال اي في الفي ده بالنسبة لقوانين القدرة طيب في مسائل النسبة لان برضو القدرة بيجي عليها مسائل النسبة وعندي هنا فكرتين لمسائل النسبة لو هتقارم ما بين القدرة المستهلكة في مقاومتين والمقاومتين بيمر فيهم نفس الطيار هيبقى ساعدة القانون بتاعك قدرة الاول على التاني باور واحدة لو باور اتنين بتساوي ار واحد على ار اتنين يعني مقاومة الاول على مقاومة التاني اما لو كان المقاومتين ليهم نفس فرق الجهد فساعدة قدرة الاول على التاني بتساوي مقاومة التاني على الاول يعني R2 على R1 يبقى لحقار ما بين القدرة المستهلكة فيه مقاومتين بيمر عليهم نفس الطيار او متوصلين مع بعض على التوالي ساعتها بقول R1 على R2 طب لو حقار ما بين قدرة موصلين او القدرة المستهلكة في الموصلين متوصلين بنفس فرق الجهر او متوصلين على التوازي ساعتها بقول R2 على R1 مقاومة التانية على مقاومة الاولان. الواحدة طبعا الاساسية بتاعة القدرة هي واحدة. خلاص يعني انا في المسال في الغالب ما بعوضش باي واحدة من دول بكتب على طول ان القدرة بالساوي القيمة بتاعتها بواحدة. طيب عندي هنا مسائل على القدرة اول سؤال كده. نسبب بس القوانين يا شباب مش اكتر. السؤال هنا بيقول لك جهاز يعمل على قدرة سبعين واط. هنا تم تشغيل هزا الجهاز لمدة دقيقة وانه طبعا دقيقة يعني ستين سانية الزمن بيساوي ستين. عايز الطاقة المسالك. مش القدرة. بتساوي الطاقة. على الزمن. قال لك اه. يبقى انا عشان اجيب الطاقة. هعمل مقص الطاقة لما اضربها في واحد تنزل زي مية. فهتساوي القدرة في الزمن. يبقى الطاقة بالساوي ايه? في ايه? قدرة في الزمن. القدرة في الزمن. القدرة بسبعين. حضربها في الزمن اللي هو ستين. وعلى الالة بتاعتنا هنحسب بقى سبعين في ستين. تعالي شو بيطلع معنا بقى كم جول? هيطلع معاك طبعا لما تحسب مع الالة هيطلع باتنين او باربع تلاف ويتين جول. اربع تلاف ويتين جول. بسألة كمان على القدرة ومن المسائل الجميلة. يعني دي مسألة امتحان. انا شايف مسألة امتحان. ليه? اللي بيحط الامتحان زكي جدا. هو بدل ما يستهلك مسألتين عشان يجيب لك مسلا سؤالة على اه وليكن مسلا على المقاومة وسؤالة على القدرة. فكده مسألتين. لا هو ممكن يجيب لك مسألة واحدة يشغلك فيها بقوانين الدرسين بقانون المقاومة بقانون القدرة كمان. زي ما حصل هنا في المسألة دي. بص المسألة هنا بيقول لك ايه? بيقول لك سلك ومقاومته ايه? ار. بيسهل القدرة بي دابليو. عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه في. المفروض يعني هنا في. فازا سحب السلك بانتظام حتى زاد طوله للضعف. ووسل طرفيه بفرق جهد برضو في. فان السلك يسهلك قدرة مقدرها قد ايه? يسهلك قدرة مقدرها قد ايه? واحدة واحدة جينا علي. الراجل بيقول لك سلك المقاومة بتاعته ار. يعني ار واحد كانت ار. بالسهل القدرة الباور كان مقدره بي دابليو. لما كان متوصل بفرق جهد ايه? في. يعني في واحد كانت في. فهم جايب عكلا قال لك ايه? قال لك صحيبا. صحيبا السلك بانتظام حتى زاد طوله الى الضعف. طبعا صحيبا حولة وعيدة تشكيل دي كلها مساء النسبة. عشان كده تلاقييني اسامة الصفحة بتاعتي بالنص. ليه? لان انا وانا بكره السؤال معاك شفت كلمة ايه? صحيبا. صحيبا حولة وعيدة تشكيل با دي مساءلت نسبة. اه طب تقسم الصفحة بالشكل ده. صحيبا السلك بانتظام حتى زاد طوله للضعف. زاد طوله للضعف يعني ايه? يعني هنا اللي واحد وهناك اللي اتنين. زاد طوله للضعف يعني لو كان الطول بتاعه مسلا بواحد بقى بكام بقى باتنين. واوصلها بفرق جهد في. يعني ال في اتنين كانت فيه برضو زي ما هي. فان السلك يستهل قد ايه? عايزين نعرف القدرة بتاعته هتبقى بكام. قبل ما تعرف قدرته بكام لازم تعرف مقاومته هي اللي بقى كام. ده الاهم. قالك صحيبا. فاحنا قلنا لو في المسألة بتاعتنا صحيبا او حولة او عدة تشكيل. عندي تلات قوانين. ياما ال واحد تربيع على ال اتنين تربيع. ياما ايه اتنين تربيع على ايه واحد تربيع. ياما لو معي نص الكدر يبقى ار اتنين اوصل ارباح على ار واحد وص ارباح. طبعا هنا انا معايا ال ال واحد ومعايا ال ال اتنين. يبقى حقول ار واحد على ار اتنين بتساوي ال واحد تربيع على ال اتنين تربيع. ار واحد كانت ار. طيب ار اتنين ما عرفش بكام فانا هشوف دلوقتي ايه بكام. بتساوي ال واحد تربيع اللي هي بواحد. على ال اتنين تربيع. هي باتنين. لما ربعها هتبقى اربعة. يلا بنا مص يلا بنا مص. ار اتنين في واحد هتبقى ار اتنين. هتساوي اربعة ايه ار اربعة ار. تعالى بقى ناخد المقاومة جون ونحن نحطها هنا اربعة ار. حلو. عايزين بقى نعرف القدرة هتبقى في كام? لسه ما بنقول في مسائل القدرة لو انا بقارن ما بين قدرتين. بي دابليو واحد على بي دابليو اتنين. عندي حالتين. يما اقل لك نفس الطيار. يما اقل لك نفس الجهد. لو نفس الطيار هتقول له ار واحد على ار اتنين. لو نفس الجهد هتقول له ار اتنين على ار واحد. طبعا هنا نفس الجهد. ال في كانت في وبقت زي ما هي بي. يبقى هقول له ار اتنين على ار واحد. هانت خلاص ركز معي اخر خطوة ايه? بي دابليو واحد كانت بي دابليو. بي دابليو اتنين ده اللي احنا عايزين. هتساوي ار اتنين اللي هي اربعة ار. على ار واحد اللي هي ار. الار هتروح مع الار. فحيبقى لك بي دابليو على بي دابليو اتنين. بتساوي لما شلنا الار مع الار بيقالي اربعة على واحد. اخر حاجة اعمل مقصبة يبقى بي دابليو اتنين هتساوي. واحد في بي دابليو على الاربعة واحد في بي دابليو على الاربعة. يعني بي دابليو على الاربعة. فبالحل بتاعها هو داب. طبعا انت شفت الخطوات بتاعت المسألة. وشفت دي ان هي فيها شغل. يعني اولا فيها نسبة بين مقومتين. وفيها تركاية اللي هي بتاع الحت الصحبة. وبعد كده نسبة بين القدرتين. فطبعا فيها تشغيل طبعا ايه اه دماغه وطبعا فيها خطوات كتير. فعشان كده انا بقول لك ايه النوعية دي من المسائل. اه لما بيحب يجيبها في امتحان بيجيبها في امتحان عشان خاطر ايه? يعلي بيها من اولا اه المستوى اللي امتحان. سانين عشان خاطر يربط بيها اكتر من درس مع بعض في سؤال واحد بدل ما هو يحط لك على الكل جزء مسلا من سؤال فيسهلك ثلاثة اسئلة لا هو السؤال واحد ايه يلم الدنيا مع بعضها. طبعا بتبقى نوعية تقيلة شوية. بس ان شاء الله ايه طالب اللي بيحل كتير. وان شاء الله كلنا طبعا هنحل طبعا كتير. فهتبقى ان شاء الله الدنيا ايه سهلة معنا. طيب دي كانت مسألة كمان على القدرة. نروح بقى مع بعض لجزئية اللي بعدها وهي طبعا من الاجزاء المهمة جدا عندنا في الفاصل الاول اللي هي جزئية توصيل المقاومات. جزئية توصيل الايه? ايه المقاومات? طبعا توصيل المقاومات من الاجزاء اللي هي علينا من زمان اول. يعني من واحنا في اعدا دي. واحنا بيدرس في العلوم طبعا جزء بتاع الفيزياء كنا بنعدي طبعا على توصيل المقاومات. وكلنا عارفين ان احنا عندنا نوعيب من التوصيل. عدي حاجة اسمها التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي. انما ايه بقى التوصيل على التوالي? ايه التوصيل على التوازي? تعال ارفتقر مع بعض. اولا توصيل على التوالي بيكون عندي المقاومات كلها متتلية او متوالية بالشكل اللي ده. طيب ممكن تكون بالشكل ده برضو خلي بالك. عادي برضو. ما ده توصيل عالتوالي. هده هي المقاومة دي. ودي. ودي مصر عالتوالي. طبعا التوصيل هنا على التوالي. طب انا انا بعرف منين ان التوصيل عالتوالي. من الطيار. خلي الطيار يبدأ كده من عند نقطة او من عند الطرف يعني لحد الطرف التاني ده. وشوف المصار بتاع الطيار. لقيت المصار بتاع الطيار. مصار واحد. الطيار مقدموش غير مصار واحد. مصار اجبالي بمعنى صح. يبقى ده هنا توصيل على التوالي. طبعا الطيار هنا عشان يبدأ من عند نقطة لفوق ويوصل نقطة لتحت. مصار واحد. يعني يا سكيته واحدة. لازم يعدي على ار واحد. وينزل يعدي على ار اتنين وبعد كده يروح ل ار تلاتة عشان يطلع من النقطة التانية. في هنا هو مصار واحد للطيار لازم يتحرك فيه. نفس الكلام هنا برضه. عشان الطريق يجيب من هنا لهناك لازم يعدي على المقاومات كلها. خلاص يبقى لو كان مصار الطيار واحد او مصار الطيار اجباري يبقى توصيره على التوالي. ساعت هنحسب ازاي بقى المقاومة بتاعة التوالي. قال لي والله يبقى يساوي مجموع المقاومات. يبقى لو كان المقاومات مختلفة بقول مجموعهم. يبقى ازاي يجيب مقاومة او مقاومة مكافأة في التوصير على التوالي لعدة مقاومات مختلفة اقول له مجموعهم. طيب في التوازي. طبعا شكل التوازي بيكون عندك اكتر من مصار للطيار. اكتر من فرع بمعنى صح يعني. الطيار طبعا لو جاي من هنا ورايح هناك. عنده كزا سك. ادي سكة ادي التانية ادي التالتة. فده اسمه التوصيل طبعا زي ما احنا عافينا على التوازي. ساعتها ازاي اجيب المقاومة الكلية? بقول واحد على الار داش بتساوي واحد على ار واحد زايد واحد على ار اتنين زايد واحد على ار تلاتية يعني ايه? يعني مجموع المقلوب. مجموع المقلوب. وزود عليها كده في الاخر. يعني ايه? يعني بعد ما تجمع المقلوب ده الناتج اللي هطلع لك شقلبه. بمعنى. لو مسلا عندي مقاومة هنا بتلاتة. ومسلا هنا مقاومة بستة. وهنا مسلا مقاومة هنقول بكام? نقول مسلا باتنين. مسلا خلاص. آآ فانا مجيب المقاوم بتاعتكم هقول ايه? واحد عالتلاتة? زايد واحد عالستة. زايد واحد على الاتنين. هيطلع لك رقم. الرقم اللي هيطلع ده تشقلبه. يعني سي مسلا طلع تلاتة. طلع الحل تلاتة. يبقى الاجابة واحدة على التلاتة. طب لو طلع الحل مسلا اتنين يبقى الحل ايه? واحدة على الاتنين. ومقاومة يعني المكافأة كان بواحد على الاتنين. طبعا في المسألة دي هيطلع لك الاجابة واحد. لما تشغل بها تبقى واحد برضو زي ما ايه. طي. لو كانت المقاومات متساوية في التواصيل على التوائل لو كانت المقاومات متساوية المكافأة بتاعتهم ساعتها بتساوي ايه? قال لك بتساوي. واحدة منهم في عددهم. واحدة منهم في عددهم. يعني عرف ان. يبقى لو كان المقاومات مختلفة مجموعهم. متساوية يبقى واحدة منهم في عددهم في التواصيل على التوازي لو المقاومات متساوية وعايز اجيب مكافئته بقول واحدة منهم على عددهم واحدة منهم على عددهم يعني ار على ان يبقى توالي واحدة منهم في عددهم ار في ان توازي واحدة منهم على عددهم ار على ان في التوالي لو المقاومات مختلفة بقول مجموعهم في التوازي لو المقاومات مختلفة بقول مجموع مقلوبة. مجموعة مقلوبة. طب لو هم اتنين بس بقول حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. لو هم مقومتين بس بقول حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. من خواص التوصيل على التوالي ان شدة الطيار بتكون ثابتة في كل المقاومات. فرق الجهد بس هو اللي ايه? اللي بيبقى متغير. يعني الطيار اللي بيعدي على ار واحد هو نفسه ار اتنين هو نفسه ار تلاتة. نفس الطيار بس مش نفس الجهد. فرق الجهد على المقاومة الاولى غير فرق الجهد على المقاومة التانية غير فرق طبعا الجهد على المقاومة التالتة. في هنا ملحوظة عايزك تبع عارفها ان فرق الجهد هنا ترضي مع المقاومة. يعني المقاومة الكبيرة فيهم هيبقى الجهد بتاعها كبير او فرق الجهد بتاعها كبير. والمقاومة الصغيرة هيبقى الجهد بتاعها ايه? صغير. طب لو عايز اقارن ما بين فرق الجهد. ما بين مقاومتين. يعني عايز اجيب مسلا النسبة بين في واحد على في اتنين. اعملها ازاي? قال لي والله لو عايز في واحد على في اتنين. فدي هتساوي ار واحد على ار اتنين. ار واحد على ايه? على ار اتنين. طيب. اللي فهم يقول يقول بقى معايا. طب لو عايز اجيب النسبة ما بين في واحد وفي تلاتة. اقسم مين على مين? اقسم ار واحد على ار تلاتة. طب عايز اجيب نسبة ما بين في اتنين وفي تلاتة. اقسم مين? ار اتنين على ار ايه? تلاتة. يبقى خواص التواصيل التوالي اولا شدة التوالي سابتة ثانيا فرق الجهد المتغير على المقاومات. على حسب القيمة بتاعة المقاومة. ترجي مع المقاومة. المقاومة كبيرة ببقى فرق الجهد بتاعها هو كمان ايه كبير. طب لو حقار ما بين جهدين بقول في واحد على في اتنين بتسوى ار واحد على ار اتنين. طب ايه يا خواص التواصيل على التوازي? يالله في التواصيل على التوازي كان العكس بقى. كان فرق الجهد هو اللي سابت وشدة الطيار هي المتغيرة. بيتجزق الطيار. طيب لو انا عايز اجيب اه نسبة بين الطيارين او عايز اجيب الطيار بتاع اي فرع مسلا. اولا لو انا عايز اجيب نسبة بين الطيارين. هنا ار واحد وهنا ار اتنين. وهنا طيار اسمه اي واحد وهنا طيار اسمه اي اتنين. لو عايز اجيب نزمة بين الطيارين. اي واحد على اي اتنين. هقول برضو ار واحد على ار اتنين? قال لي لا. هتقول ار اتنين على ار واحد. طب اش معنى? لان الطيار بيتناسب عكسي مع المقام. الطيار بيتناسب عكسي مع المقام. يبقى اي واحد على اي اتنين بالسوى ار اتنين على ار واحد. من الاجزاء المهمة في توصيل على التوازي انه ممكن يجي في مسألة يقول لك احسب لي الطيار اللي ماشي في الفرع اللي فوق. او الطيار اللي ماشي بالفرع اللي تحت. يطلب منك طيار اي فرع بمعنى صح. وعشان نجيب طيار الفرع احنا عندنا تلات طرق بازن الله. طريقة رقم واحد. لو مديك فرق الجهد. لو قال لك فيه مقاومتين متوصلنا على التوازي. فرق الجهد ما بين طرفينهم بيساوي كزا. ادي لك فرق الجهد. ساعتها بتشغل عاجب قانون قوم وبتقسم ال V على ال R. يعني عايز تجيب اي واحد هتقسم ال V على ال R واحد. عايز تجيب اي اتنين حتقسم ال V على ال R اتنين. ده امتى لو كان مديك الراجل فرق الجهد. راجل طيب بديك فرق الجهد. بيعمل كده في المسائل بنسبة كبيرة لا. اه صعب بيعملها بس بنسبة كبيرة لا. طب بيعمل اي في الغالب حاجة من اتنين. في الغالب بيكون مديك على الرسمة مثلا اي واحد. ويطلب منك الاي اتنين. يعني يديك طيار الفرع اللي فوق يطلب اللي تحت. او العكس. يديك طيار الفرع اللي تحت ويطلب ايه اللي فوق. لو كان معاك طيار فرع من اللي اتنين وعايز تجيبي التاني تروح للقانون ده. اي واحد ار واحد بتسوي اي اتنين ار اتنين. والناس اللي بحب تعمل مؤسس ممكن تعود بالصيغة اللي فوق دي. اي واحد على اي اتنين بتسوي ار اتنين على ار واحد. امتى اشتغل بالقانون ده? اللي هو نفسه ده يعني? لو كان معاك طيار فرع وعايز تجيبي فرع التاني اللي قصد منه. طب لو معيشة مصر الطيار بتاع الفرع اللي فوق ولا اللي تحت. ايه اللي هيحصل هنا? هنا هيكون مديلك الطيار الكلي بقى اللي برا ده. فلو معاك الطيار الكلي تروح تعود في القانون ده. اي فرع بيساوي. اي كلي فقار التوازي على ار الفرع. اضرب اي كلي فقار التوازي اللي هي بتاعة المقاومتين دول. على ار الفرع. يعني مسلا عايز اجيب اي واحد. اضرب اي كلي. في ار التوازي اللي هي المكافأة يعني بتاعتهم. على ار الفرع. انت عايز تجيب اي واحد بتقسم على ار واحد. طب عايز اجيب اي اتنين اضرب اي كلي. في ار التوازي واقسم على ار اتنين. خلاص ده بالنسبة لو انا عايز اجيب ايه? طيار اي فرع من الفروع في حالة التوصيل على التوازي. حتة طبعا من الاجزاء المهمة جدا جزء دي. في برضو عندنا من افكار طبعا توصيل المقاومات يا شباب هي حالات الغاء المقاومة. حالات الغاء المقاومة من حالات المهمة جدا. وانا عندي حالتين بلغي فيهم المقاومات. يعني المسألة مصر وميديالي فيها مقاومات. الغي منهم واحدة? اه. في عندي حالة او حالتين بلغي فيهم المقاومات. حالة رقم واحد لو كانت المقاومة متوصلة على التوازي بسلك فادي. الغيها على طول. مقاومة متوصلة على التوازي بسلك فادي تلغيها وانت متطمت. خلاص كده وتكمل حل مسألتك. طبعا هنا ده شكل مبسط او شكل يعني ايه اه يعني بيعبر عن 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 الليه سبب بمعنى صح? انه لما يكون النقطتين متوصلين بسلك فادي فاكنهم نقطة واحدة. تمام? اي نقطتين متوصلين بسلك فادي فاكنهم ايه نقطة واحدة. تمام? فبالتالي هنا الطيار طبعا مش هيمر لان الطيار بيمر ما بين نقطتين. ولو معداش طيارة على المقاومة في الحالة دي اعتبر اه زي عدمها يعني مش موجودة. معلنا بالتفسير انا اهم حاجة عندي مقاومة متوصلة على التوازي بسلك فادي. نلغيها. مش دي الحالة الوحيدة لأ ده احنا عندنا حالة تانية من حالات بها المهمة قوي اللي بنلغي فيها المقاومة. في عندي حالة تانية في حالة تساوي جهد النقطتين اللي متوصلة بهم المقاومة. في حالة تساوي الجهد ما بين طرفين المقاومة بنلغيها. يعني المقاومة دي برضو بتتلغى. يمكن الحالة دي من الاجزاء او من الافكار بمعنى اصح اللي مش اساسية في منهجنا. لان دي كانت في المنهاج القديمة جزء دي كانت اساسية. يعني من الاجزاء اللي كانت في المنهاج القديمة. وكان بيسموا نوعدي من مسال مسال الانطارة. وطبعا الكلام ده ايه? مش مطالبين بيه. بس عامتا فكرتها موجودة في كتب خارجية. فوارد تجيدي في الامتحان او وارد تجيدي في الامتحان. خاصة ان هي موجودة في الكتب الخارجية. من زمان? فمعظمنا عدى عليها وعارفة. فممكن تجيدي في الامتحان. فكرتها عامتا ايه? فكرتها يا بيش ان انت لو عندك مقاومات متوصلة بالشكل اللي قدامك ده كده هو. وفي مقاومة متوصلة مسلا بالمنزر ده. يعني كلها مسلا ماشية توازي مع بعضها في مقاومة هنا ايه? قطعاهم بشكل جدا ايه? بالعرض مسلا. وكانت قيمة المقاومة هنا قد المقاومة هنا. ونفس الكلام برضو هنا المقاومتين دولا قد بعض. يعني الاربعة قد بعض. ساعتها تلغي المقاومة. يعني مسلا المقاومة هنا تلاتة قوم تلاتة قوم تلاتة قوم تلاتة قوم تلغي عطول اللي في النص. طب لازم يا مستر تكون المقاومات متساوية? لا مش لازم تبقى المقاومات برضو متساوية. في حاجة في حالة تانية. لو كان ناتج اسمت المقاومة دي على دي. بيسوي ناتج اسمت المقاومة دي على دي. برضو تلغي المقاومة. مش فاهم يعني ايه. بص يعني لو مسلا. جاب لي مسألة بالشكل ده. هو عامة ان لما شوف المنزر ده قدامي. فبيجي بالا عطول فكرة الغاء يعني وارد بنسبة بنسبة كبيرة اوي ان دي تتلغب. بس عشان اطمن وبعرف وانا بلغيا ان انا شغل صاح. لازم حاجة من اتنين. يا اما المقاومات كلها كون متساوية. ايا كان بقى خمسة وخمسة وهكذا يعني متساوين. يا اما مسلا المقاومة هنا مسلا بخمسة وهنا بعشرة. المقاومة هنا مسلا بتلاتة وهنا مسلا بستة. لو اسمنا دي على دي هيطلع خمسة على عشرة فيها النص. ولو اسمنا تلاتة على الستة تلاتة الستة برضو فيها النص. لو كانت نسبة المقاومتين دولة على بعض. هي نفسها نسبة المقاومتين على بعض. نلغي المقاومة اللي بينهم. خلاص كده. ودي فكرة مهمة جدا. طيب. ففي الحالة دي طبعا قلنا هنلغي المقاومة. وكأنها مش موجودة خلاص بقى شلناها. حطنا بدلها كده ايه? زي نقطة كده. واصبحت الرسمة عبارة عن المقاومتين دولة توازي والمقاومتين دولة ايه? توازي. خلاص الفكرة دي من افكار ايه? المهمة برضو جدا يا شباب. هنحل طبعا عليها. طيب تعال نحل كده الاول مسألة على توصيل المقاومات عادية. بيقول لك اي مجموعة من المقاومات اللي قدام منك. هتبقى الكلية بتاعتهم المكافأة بتاعتهم بتسوي ار. توكلنا الله تعالى نبدأ كده واحدة واحدة. عندي هنا كم فرع على التوازي? تلات فروة. واحد بتلاتة ار واحد بواحد ار وده باتنين واربعة يعني بستة ار. يبقى عندك فرع بستة. وفرع بواحد وفرع بتلاتة. يلا بينا نجيب مكافأتهم? يلا بينا. هنقول واحد على ار داش بتسوي. ها واحد على الستة. زائد واحد على الواحد. زائد واحد على التلاتة. هتجمع وتشقلب. اوها تنسى. تجمع وايه? وتشقلب. لما تيجي تحسب الحزبة بتاعتك دي? واحد على الستة زائد واحد على الواحد. وتشقلب الاجابة هيطلع لك المكام والمكافأة. بتسوي في الحالة دي اتنين عالتلاتة ار. اتنين عالتلاتة ار. طبعا دي مش الاجابة اللي هو عايزها لان هو عايز الاجابة تطلع ار. طب نروح للحالة اللي بعدها او للرسمة اللي بعدها. تلات فروع برضو على التوازن. ده اربعة ار. ده اتنين ار. هنا ار وتلاتة ار يعني اربعة ار. يلا بينا. واحد على ار داش بتساوي. طبعا مختلفين فحقول مجموع المقلوب. يلا بينا. واحد على الاربعة. زائد واحد على الاتنين. زائد واحد على الاربعة. اللي هيطلع شقلبه. اللي هيطلع شقلبه. هيطلع لك هنا اي بقى. هيطلع لك هنا واحد. هيطلع الحل بواحد. فطبعا لما تقلبه برضو هيفضل زي ما هو بواحد يعني هيطلع واحد ار. واحد ار يعني الحل هنا هيبقى بار. طبعا دي الاجابة صح. ومش محتاج ان انا اكمل اللي بعدها. بس عمتا لو انت حابب تكمل. فعندك هنا برضو فرعين عالتوازي. الفرع ده اربعة ار. الفرع ده ستة ار. طبعا دول مكاومتين مختلفين. فحقول حاصل ضربهم على حاصل جماعة. يعني ستة فاربعة على ستة زائد اربعة. على الالة بتاعت حضرتك يطلع لك الحل اتنين واربعة من عشرة ار. هنا. عندك فرعين عالتوازي تلاتة ار. وهنا اتنين واربعة يعني ستة ار. مش بس جده. ده معاوم واحدة كمان على التوالي. فهتعمل ايه? هجيب مكافئة الاتنين دول. وتزود عليها الار اللي برا. يعني ايه? هنا تلاتة وستة فهتقول تلاتة في ستة على تلاتة زائد ستة. اطلع لك باتنين. اتنين ار. هزود عليها الار. فهيطلع لي الحل كله او المقامة كلها بتلاتة اي ار. طبعا زي ما قلنا الاجابة بتاعتنا هو كان عايز الدايرة اللي فيها المقامة بار. فالاجابة طبعا هتبقى به. السؤال اللي بعده من الاسئلة برضو اللي فيه طلبة كانت بتسأل عليها. وعايز اتعرف فكرة بيقول لك هنا سلك معدني ممتزم اه المقطع مساحته ايه? طوله هو ايه? مقاومته هي ار. سونية طول السلك حتى انطبق جزء منه كما بالشكل المقابل. فان مقاومة السلك في الحالة التانية اعتبقى بكام? بداية كده. لو انا عندي سلك مقاومته بواحد اوم. وامتماسك حاجة وبدأ تقطع السلك ده لتلت اجزاء متساوية. فبقى عامل كده. انا قطعت السلك بتاعي ايه? لتلت اجزاء متساوية. كل جزء من دول هتبقى المقاومة بتاعته تلت اوم. بو لما تيه جمع تاني تلت زي التلت زي التلت في الواحد. ولو كنت قسمته على الاتنين كنا هيبقى نص ونص صح كده? ولو قسمته على الاربعة يبقى ربع وربع 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 صح كده? يبقى لو كان السلك مقاومته واحد واستمنال تلت اجزاء هيبقى كل جزء من دول بكام بتلت اوم. طب ايه رأيك لو انا اخدت تلت من دول وصلتهم على التلت ده? يعني مسلا عملت كده. تلت. وتلت وصلتهم توالي. وجد اخدت التلت التالت وصلتوا على التوازي. بالشكل ده كده قدامك. فاصبحت الدايرة سهلة. دول توازي حاجموا كفيتهم وبعد كده اجمع عليهم التلت اللي فاضل لانه هيبقى معهم على التوالي. او ده بالزبط اللي حصلين. السلك ده مقاومته ار. جزقناه احنا لتلت اجزاء. فكل واحد فيهم هيبقى تلت ار. وروحنا موصلون بالشكل ده. الشكل ده هو نفس الشكل ده. في عندك هنا جزء جزء توازي مع جزء ومعهم التالت عالتوالي. اللي هو ده كده من الاول هنا ده كده عالتوالي معهم. يعني انت عندك هنا تلت ار مع تلت ار توازي. دول اللي هم بيمثلوا الحتة جي كده. اللي هم الجزءين التوازي دول. ومعهم تلت ار عالتوالي. بس خلاص كده. طيب تعال نجيب بها المكامل مكافأة. الفرعين دول توازي مع بعض هجيب مكافأتهم. ممكن تقول ضربهم على جمعهم. ممكن. وممكن بما انهم قد بعض. فممكن اقول واحدة منهم على عددهم. يعني واحدة منهم اللي هي تلت. على عددهم اللي هو اتنين. فتلتة على الاتنين. يطلع لك. الدكرة هطلع لك على الالة واحد عالستة. هتجمعوا بقى الواحد عالتلاتة. واحد عالستة. زائد واحد عالتلاتة. يطلع لك واحد عالتنين. واحد عالستة زائد واحد عالتلاتة. يطلع لك واحد عالتنين. ازا المكامل كلية. واحد عالتنين ار. نص ار يعني. نص ار او 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 ار على الاتنين. لان هي الموجودة عندنا في الاجابات ار على الاتنين اللي هي نص ار. السؤال اللي بعده. بيقول لك امامك جزء من دائرة كهربية. فتكون المكامل المكافأة ما بين النقطتين ايه وبيب السوق كام? عايز المقاومة من اول ايه لحد بيه? واحدة واحدة ما تسترعش. اول حاجة طيار جاي من عند ايه? جينا هنا. فلاقينا توازي. صح كده توصيل على التوازي هو. ما هو عندك هنا فرع. وعندك هنا فرع. وعندك هنا فرع. ايه ده? لحظة واحدة كده. ده اللي فوق ده فرع مقاومته عشرة. واللي تحت فرع مقاومته عشرة. اما اللي في النص ده عبارة عن ايه? عبارة عن سلك فادي. سلك فادي متوصل على التوازي مع المقاومات. يعمل فيها ايه? يلغيها. يعني انا قولة الوحيدة هعمل ايه? هلغي المقاومتين دول. ليه? لانه متوصل معهم على التوازي سلك فادي. في الحالة دي الطيار خلي بالك مش بيتوزع الطيار. كله بيتسحب في السلك طبعا ايه? الفادي وانا عارف ان فيه دس مركزة وعارف طبعا من قبل ما اقول. خلاص ايه بخلي بقلك. توصيل على التوازي او توصيل على التوازي. في عدد مقاومتين بس معهم سلك فادي. يلغيهم. على طول. فيبقى لك الجزء ده بس اللي هو المقاومتين دولة. سهل جدا اجيب المكافعة بتاعتهم ان شاء الله. عايز اقول ضربهم على جمعهم. شغال عشرة في عشرة على عشرة زياد عشرة. اول احسن بما انهم متساويين. اقول واحدة منهم على عددهم. يعني عشرة على الاتنين. والاجابة ان شاء الله طبعا تطلع ايه? خمسة قوم ايه? اول اختيار. السؤال اللي بعد كده. بيقول لك الشكل الموضح يمثل جزء من دايرة كهربية. فان المقاومة الكهربية او المقاومة المكافعة ما بين النقطتين. اكس. واي. بكام. النوعية دي من المسائل هي مسائل يا شباب بيختلط علينا احنا. اه طريق توصيلها. يعني انا كطالب مسلا بيحل السؤال. فانا متلغبط. مش عارف ايه توالي مع مين توالي ومين توازي مع مين. حاسس بلغبطة وانا بيحل المسألة دي. فعشان كده لما يقابلك النوعية دي من المسائلة اللي هو انت مش عارف مين مع مين توالي ومين مع مين توازي. وهل هنا في حاجة تتلغى ولا لا. هتسب بلغبطة ساعتها بنروح لطريقة الترقيم. وفيه اللي بعض بيسميها طريقة النقاط. او طريقة النقاط. تمام كده? ايا كان اسمها ايه? الطريقة دي بيكون احسن طريقة بنشتغل بها عشان خاطر نحل النوعية دي من المساء. طب ايه هي القواعد بتاعتها بس. ولا اي حاجة. بص اول حاجة بنظلل كل النقاط اللي في اله اللي في الدايرة. ايه دي نقطة ايه? وبنظلل برضو النقطة دي. والنقطة دي. والنقطة دي. بنسمي المؤدرة مع عقد. عقد يعني ايه? اللي هي بنقعد فيها اكتر من سلك مع بعض فبتسمي العقدة. طيب واحد يقول لك طيب واللي فوق ده? ما بيتظللش لا لان دي مش عقدة. هما لايه? دي مجرد اه انحناء. تمام في السلك. يعني بالبلد كده تانية في السلك. السلك هنا ايه? اه متني بالشكل ده. انما دي مش عقدة. تمام? فمش بتتظلل. بس ظلل النقاط اللي هي ايه? عندها كزا سلك داخلين مع بعض. هي دي بس اللي تتظلل. وطبعا النقطة اللي هناك دي ما عليش ناسف. خلاص كده انا كده اتظللت كل النقاط. طب وبعدين. ببدأ بعد جده ارقم النقاط دي. من اول واحد لحد بقى ايه? زي ما يكون. لحد بقى تلاتة انا بقى على حسب المسألة بتاعت. بس مع مراعات حاجة مهمة. ان لو كان ما بين النقطتين مقاومة. فالنقطة الاولى بتبقى اخد رقم. والنقطة اللي بعدها الرقم اللي بعده. اما لو كان ما بين النقطتين سلك فادي بقرر نفس الرقم. تاني لو عندي نقطتين ما بينهم مقاومة. والاولى مسلا دي كانت بواحد. يبقى اللي بعدها تبقى الرقم اللي بعد اللي هو اتنين. طب نقطتين ما بينهم سلك فادي. بقرر نفس الرقم. يعني لو هنا واحد اكتب برضو هنا واحد. طب تعالوا نشوف كده ازاي نحل المسألة دي. احنا ازللنا النقط. ابدأ رقمها يلا بينا. حقول هنا واحد. اروح للنقطة اللي بعدها. ما بين النقطتين في مقامة. يبقى خط رقم جديد اللي هو كام? اتنين. اروح للنقطة دي الاول. معلش. انا عارف في ناس عايزة دي مش كلا بس انا حمش اكد. لو انا طلعت فوق ما بين النقطتين دي ودي. مقامة ولا سلك فادي? هتقول لي سلك فادي. اعمل ايه? اكرر نفس الرقم. مش هو اتنين? يبقى انا اتنين. طب تعالي بقى للي تحت. النقطة اللي تحت هتقول لي هنا نقطتين ما بينهم مقاومة يبقى المفروض هنا اتنين فاحط هنا تلاتة. اقول لك كلامك مصبوط. لان فعلا انا اقول لك ما بين النقطتين لو كان في مقاومة بتحط رقم جديد بعد اللي تين تلاتة على طول. بس في حاجة. نفس النقطة دي برضو هتلاقي متوصلة مع النقطة الاولى بسلك فادي. فبناءا عليه المفروض اكرر نفس الرقم. هنا بقى تحصل عركة او خنقة كبيرة. طب انا المفروض الاولوية المين? لو انا ربطت ما بين النقطة دي واللي قبلها دي. ففي ما بينهم مقاومة فالمفروض احط تلاتة. ولو انا حاخد العلاقة اللي بين النقطة دي مع النقطة الاولى فما بينهم سلك فاضي فالمفروض ان انا حط كام واحد. مين اللي يكسب الخنقة دي? قال لك السلك الفاضي. لما تتحير كده في نقطة تبقى مش عارف تحط رقم جديد باعتبر ان اللي قبلها في ما بينهم مقاومة. ولا تقرر نفس الرقم باعتبر ان هي بتوصلها مع نقطة معانة في سلك فاضي? لا هنا تقرر نفس الرقم. تلحالة دي بتقرر نفس الرقم. يعني هنا الصح? ان انا مش هحط تلاتة. لما رحط كام? هكرر نفس الرقم ده اللي هو واحد. يعني هكتب هنا ايه? واحد. طيب اخر بقى نقطة هنا هتبقى تلاتة. طبعا مش اتنين لان دي اللي كانت اتنين. فبعد اللي اتنين عندك كده ايه? تلاتة. حاجي بعد كده اكتب هنا واحد اتنين تلاتة. واروح للرسمة بتاعتي اخد مسلا المقامة الاولى اللي هي رقم اربعة اشطب عليها كده. الاربعة ما بين الواحد والاتنين. فحاجي ما بين الواحد والاتنين واكتب اربعة قوم. حاخد بعد كده مسلا الاتناشر هشطب عليها. الاتناشر ما بين الاتنين والواحد. يعني الواحد والاتنين يعني. فياجي برضو من واحد واتنين واكتب اتناشر قوم. تعالى ناخد مسلا كمان الستة دي. الستة دي برضو ما بين الواحد والاتنين. يعني ما بين واحد واتنين هكتب ستة. فاضلي لسه مقامتين كمان. الستاشر. من اول الاتنين لحد التلاتة الستاشر. يبقى حاجة من اتنين لتلاتة واكتب ستاشر قوم. يا مساهد. طب فضل ايه تاني? فضل الستة. الستة دي من ايه منين? من الواحد للتلاتة. من واحد لتلاتة. ايه دي يا سيدي اهي? السبتة او. يلا اتعامل بقى كده في المسألة بتاعتك ان شاء الله هتبقى سهلة كده بقى. اول حاجة انت عندك هنا الستة والاربعة والاتناشر على التوازي مع بعض. الستة والاتناشر والاربعة التوازي مع بعض. تعالى نجيب المكافة بتاعتهم كده على جنب. يلا بينا. هقول واحد على ستة. زاد واحد على اربعة. زاد واحد على الاتناشر وهو هتنسى تشقلب. لازم تشقلب الاجابة. تمام كده? طب هي هتطلع كم اساسا? هتطلع واحد على الاتنين. هتطلع واحد على الاتنين. لما شقلبها تطلع اتنين. تمام كده? لما تشقلب تطلع كم تطلع اتنين. يعني انا ممكن اشيل الليلة دي كلها وحط بدلها كام? اتنين. تعالى نشيلها ونحط بدلها اتنين. يا الله بينا نحط بدلهم مقاومة واحدة باتنين. انا مش هيا معاك واحدة واحدة كأننا لسه بناخد الدرس الاومر. بقى عندك الفرع اللي هنا اتنين وستاشر يعني كام? يعني طمانتاشر. والفرع اللي دحت كام? ستة. على التوازي بقى يا الله بينا. هنقول حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. يعني طمانتاشر في ستة على طمانتاشر زائد ستة. احسنوا على القلة بتاعتك يطلب معاك الاجابة اربعة ونص اوم. اربعة ونص اوم. طيب لان الفكرة ممكن ما تكونش ثبتت او ما تفهمتش. فتعالى نحل واحدة كمان بنفس الطريقة او بنفس الفكرة. السؤال هنا بيقول لك في الشكل المقابل يوضح جزء من دائرة كهربية. فعايز المقاومة ما بين النقطين اي وبيل. برضو هنا ممكن تكون بالنسبة لك مش واضحة. طريقة التوصيل هنا ممكن ما تكونش ايه واضحة بالنسبة لك. فهنا الصح هنعمل ايه? نرقم المسألة نرقمها. اول حاجة هنظلل كل النقاط اللي عندنا. يعني النقطة دي. والنقطة دي. وهنا هو. وكمان دي كل دور هيتظللوا. ابدأ ارقم. هبدأ من عند نقطة ايه? حط هنا واحد. هروح للي بعدها. حكتب ورد واحد. طب ليه مستر قولته واحد? لان ما بين النقطتين سلك فاضي. بقى تكرر نفس الرقم. حلو الكلام. حنزل ايه بس ارتحت بقى حط اتنين. ما بين النقطة دي. والنقطة اللي تحت فيه مقامة. يبقى هنا اتنين. ماشي بس برضو بص بصة كده هتلاقي ان برضو النقطة دي. متوسلة بالنقطة اللي هناك بسلك فاضي. فالمفروض تكرر نفس الرقم. قلت لك لو حصل بقى هنا ايه? اختلاف. ازود رقم. ولا اكرر نفس الرقم? لا. لو بتختار ما بين الاتنين? لا اكرر نفس الرقم. تمام? فبرضو هنا هيبقى ايه? هيبقى واحد. طيب هنا واحد والنقطة اللي بعدها هنا هتحط هناك اتنين. يبقى انت عندك الدايرة كلها عبارة عن نقطتين. اول حاجة لو اخدنا المقاومة الستة اللي فوق دي فاجي من اول واحد لحد اتنين. عندك مقاومة ستة ار. عندك برضو الاتنين ار من الواحد للاتنين? عندك نفس الكلام التلاتة ار برضو من اول الواحد لحد الاتنين. طيب فضل لي مقاومة اخيرا اللي هي ار. طيب دي من اين اللي من اين? من واحد الواحد. من واحد الواحد. المقاومة دي ما بين نفس النقطة. يعني متوسلة بنقطة واحدة. معنى انه النقطتين نفس الرقم يعني يعني معنى ان هما نفس الجهد خلي بالك. نفس الرقم يعني نفس الجهد. ولو كان الجهد زي ما قطي لك من شوية لو كان الجهد متساوي ما بين طرفين المقاومة بتلغيها على طول هنغي المقاومة طبعا الف نص. فيبقى لك تلاتة ار ستة ار اتنين ار. اقدر اجيب المكافة بتاعتهم. هقول واحد عالتلاتة. زاد واحد عالستة. زاد اشعالي. وطبعا هو هيطلع لك الناتج بتاع الحزبة دي واحد. لما تقول واحد عالتلاتة زاد واحد عالستة زاد واحد عالتنين هيطلع لك واحد. يعني الحل هيطلع واحد ار. واحد ار يعني الاجابة هتبقى ار اللي هي اول اختهار. نكمل بقى دلوقتي مع بعض يا شباب وندخل على الدرس اللي اقتالي الدرس اللي كان بيتكلم على قانون اوم للدائرة المخلقة. وفي البداية طبعا ممكن تسأل نفسك او تقول لي كده مصر فكرني هو ايه الفرق ما بين اوم اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية. وايه اوم للدائرة المخلقة اللي احنا لسه هنتكلم عنه دلوقتي. طبعا الاتنين قوانين حطاها نفس العالم اللي هو اوم. ولكن الفرق بين الاتنين انه اوم يا شباب في البداية لما جاه حط اول قانون. حطرنا القانون ده لما درس العلاقة ما بين شدة الطيار وفرق الجهد ما بين طرفين مقاومة. يعني الراجل قال لك لو في طيار عد على مقاومة. طيار عد على مقاومة. فساعتها شدة الطيار حتتناسب طرديا مع فرق الجهد ما بين طرفين المقاومة. شدة الطيار تتناسب طرديا مع فرق الجهد. بين طرفين موصل او بين طرفين مقاومة عند سبوت دراكة الحرارة ده كان طبعا نص القانون. ومنها طلعنا طبعا بالصغة بتاعتنا اللي احنا كنا بنحل بيها اللي هي الاي او في ال اي في الر. اما بعد كده او لما جاي حط القانون الثاني اللي هو قانون او من الدارة المخلقة. فهنا هو كان بدرس العلاقة ما بين برضو الطيار. مع فرق الجهد بس هنا مش ما بين طرفين بقى مقاومة او مش ما بين طرفين موصل. لا ده هنا كان بيتكلم على دايرة كهربائية كاملة. يبقى هنا ده بيتكلم على اللي بين الاي والفي في جزء من الدائرة اللي هو ما بين طرفين مقاومة. اما هنا احنا بيتكلم على علاقة الطيار وفرق جود بس بدايرة كهربية يا شباب كاملة. طيب نص القانون ايه? مصيغة القانون بتاعة الحل ايه? اولا لو جينا اتكلمنا كده على نص القانون فنص القانون بتاعنا بيقولك انه شدة الطيار شدة الطيار المار في ايه? المار في دائرة كهربية. شدة الطيار المار في دائرة كهربية. تساوي النسب بين القوة دافع لكهربية اللي هي في الدائرة. الى المقاومة الكلية للدائرة. شدة الطيار المار في دائرة كهربية. بتساوي النسبة بين القوة الدفع كهربية الى المقاومة الكلية. تعال كده نشوف كده القوانين بتاعة واحنا هنا عندنا حالتين. لو انا عندي دائرة كهربية مفتاحها مفتوح. هيبقى عندي قوانين. ولو عندي دايرة المفتاح بتاعها مغلق هيبقى عندي قوانين تانية خالص. نبدأ كده بسم الله باول حاجة. اول حاجة لو انا عندي دايرة المفتاح اللي فيها مفتوح. هل هيمر فيها طيار? دايرة بالشكل ده المفتاح مفتوح. يعني المسار مفتوح. فبالتالي مش هيمر طيار. يعني في الحالة دي لو انا بجيب شدة طيار فهقول له والله شدة الطيار بتساوي سكر. طب لو عايز اجيبكوا رائد الفلتاميتر رقم اتنين. الفلتاميتر هنا رقم اتنين دا بيقرأ ايه? بيقرأ فرق الجهد. بيقرأ فرق الجهد. ما بين طرفين مقامة. ما بين طرفين مقامة. فبالتالي لو انا عايز اجيب القراءة بتاعته. هشتغل بقانون قوم العادي. لو ال في بيتساوي اي في ار. ايبا بيتنين دا بيساوي ايه? بيتساوي الاي في الار. طب الاي احنا لسه قالين بصفر. فحيبقى قراءة الفلتاميتر دا هي كمان بكام بصفر. اما بلتاميتر واحد فبلتاميتر واحد دا محطوط على البطارية. طب دا بيقس ايه? قالك بيقس الجهد بتاعة الدايرة كلها. الخارجية. بيقس جهد الدايرة كلها. تمام كده? الدايرة الخارجية. طب القراءة بتاعته نحسبها ازاي? ايه القانون يعني? هنا بنطبق قانون قوم للدايرة المغلقة. شوف بقى الصيغة بتاعت القانون بتقول لك ايه? الصيغة بتقول لك في بتساوي. في بي ناقص اي فقار سمول. الفي بتساوي في بي ناقص اي فقار سمول. طبعا في الحالة دي الاي بزيرو فبالتالي هنا الفي حيساوي في بي. لان الاي بصفر وصفر في اي حاجة طبعا بصفر. فايبقى لك هنا ان الفي بتساوي ايه? بتساوي الفي بي. طيب لو كانت الدايرة مقفولة. ساعتها حيمر طيار. يعني الطيار هنا مش بصفر. استاذ نحسب ازاي الطيار? هقول لك ازاي تحسب الطيار. من نص القانون هو الراجل قال لك ايه? قال لك شدة الطيار بتساوي ايه? بتساوي النسبة بين القوة الدفعة القهربية الى المقاومة الكلية. يعني بتساوي في بي على ار توتل. في بي على ار توتل. ار توتل اللي هي عبارة عن المقاومة دي الخارجية زائد المقاومة طبعا الداخل ايه? طيب قراءة الفلتابيتر وتنين بتساوي ايه? والنها بتساوي الفل aquele? لانه. لانه المقاومة تب صاحبنا اللي فيها ده المقاومة على بطارية يبقى القانون بتاعه. بتساوي في بي نا bucks, خلاص يبقى اتميز كده وانت بتحسب كورادي الفلتاميتر هو على مقاومة ولا على بطارية. على مقاومة يبقى على بطارية يبقى. با في بي. ناقس اي ار اسمول. ده قانون اوم. ده اوم للدائرة المغلقة. نقول بقى الحالات اللي احنا لسه اللي انا دي نكتبها بقى مع بعض. غيرا في الحالة دي قلنا الطائرة بصفل. وبالتالي قرائد فولتاميتر واحد هتساوي في بي. اما قرائد فولتاميتر اتنا هتساوي برضو سبر. في حالة الناحية التانية المفتاح مغلق. طبعا الفي بي نفسها بتساوي اي في ار كابيتل زي ارسمول. ومنها طبعا دي ممكن خلائباك نكتبها كده اي في ار توتل. ومنها ممكن نقول ان الاي بيساوي في بي على ار توتل. في بي على ار توتل. اللي هو القانون اللي فودة. طب عايز اجيب في واحد هقول والله في بي ناس اي ارسمول. عايز اجيب في اتنين هقول اي في ار. التمسيل الباني بتاع اوم للدائرة المغلقة. اللي هو القانون دائني. لو رسمنا علاقة بين الفي والاي هنا فهي علاقة عكسية. مش علاقة ضردية. بسبب طبعا الاشارة السالب. يعني السبب هنا ان الطيار هنا بيكون اشارته ايه? سالبة. فبالتالي في القانون طبعا فبالتالي بيكون العلاقة ايه? اه عكسية بالشكلها. هنا العلاقة البيانية ما بين فرق جهد. بين طرفي المصدر. او بين طرفي يعني البطارية. وشدة الطيار ده اللي خطية ميلها سالب يعني عكسية. والميل بتاعها بيكون سالب. الميل هنا سالب. في هنا مرحوظة مهمة ان العلاقة العكسية الوحيدة اللي في المنهج عندنا بتترسم بخط مستقيم هي القانون ده اللي هو العلاقة اللي بين في ايه? فقوم للدائرة مغلقة. اي علاقة عكسية عندك تانية عندك تانية في المنهج بتترسم بمنحنة. اي علاقة عكسية عندنا في المنهج كلها بتبقى منحنة. الوحيدة هي العلاقة دي. دي الوحيدة بتبقى خط ايه? اه مستقيم. خط مستقيم. طيب اه ما تنساش ان في قانون اوم نفسه اللي هو الفي بتساوي اي في ار? كان العلاقة اللي بين الفي والاي علاقة طردية وكان المل بتاعها ار كابتل. اما. في القانون اللي هو SAYVB بالساوي علاقة عكسية والميل بتاعها سالب ار. في مسائل برضو اوم للدائرة المغلقة اللي هي المسائل اللي بيكون فيها دايرة كاربية. وجوها بطارية او مرسوم فيها يعني بطارية. في عندنا حالة بتقابلنا سعب في المسائل. هاي حالة البطاريتين برضو فاتعا نتكلم برضو عنها في حالة انت عندك بطاريتين فانت عندك حالتين. يا اما اكتب متشابهه متوسرة مع بعضها زي دي كده سالب وسالب يا اكتب مختلفة سالب وموجب. شبه بعضهم بنسمية حالة الشحنة لو الاكتاب شبه بعضها بنسمية حالة التفريغ. حالة الايه التفريغ. يبقى انا عندي في مسائل البطاريتين حالتين. يا اقطاب متشابه اسمها شحن. يا اقطاب مختلف اسمها التفريغ. طب لو هي مسألة شحن بيكون فيها بطارية عالية كبيرة والتانية صغيرة. بسمي الكبيرة شاحن والصغيرة مشحول. يعني لو كان الفي بي مسلا واحد اكبر من الفي بي اتنين فده بسميه شاحن. وده بسميه مشحول. او انا لازم اعرف الاسابة بتاعتهم? اه لازم تعرف في الدارة دي بالذات لازم تعرف الاسابة. ليه? هقول لك ليه? لان هنا في مرحوظة مهمة قوي. لو الفولتاميتر مخطوط لك على البطارية اللي هي الشاحن زي في واحد ده كده. ما احنا قلنا في بي واحد هي الشاحن. ففي واحد ده مخطوط على الشاحن. القانون بتاعه بيبقى في بي ناقص اي ار اسمول. طب ايه الجديد ما احنا عارفين عمسطر فولتاميتر على البطارية بيبقى في بي قراءة بتاعته في بي ناقص اي ار اسمول. ايه ما اخلي بالك بقى التاني اللي مخطوط على المشحون اللي هو فولتاميتر اتنين ده. هيبقى القانون بتاعه وفي بتساوي في بي زائد اي ار اسمول. زائد مش ناقص اه زائد مش ناقص. مش انت قلت امسطر فولتاميتر على البطارية بيبقى قانون في بي ناقص اي ار ايه. بس لو كان الفولتاميتر على البطارية بتاعت المشحون البطارية اللي بتشحل يعني بيبقى القانون بتاعي هنا في بي زائد اي في ار اسمول. اما في حالة التفريق طبعا مش فرقى معي الفولتابيتر علىedar عالحة البطارية كده كده في الحالتين القانون هيبقى عادي بتاع القانون العادي بتاعي اللي هو وبروس ويusement نفس الكلام برضو ايم audiobook بتاعتي او المسألة بتاعتي داير الشحنة ولا داير التفريق? لو داير الشحنه خلي بالي ميني الكبير ومين الصغير مين الشاحن ومين مشحول لان الشاحن لو حط لي عليه الشاحن حيبقى القانون بتاعه في بي ناقص. اما المشحون لو خط عليه بولتاميتر حيبقى القانون في بي زاد. في حالة التفريق مش فرق معي حطناك على البطلات كبيرة او على الصغيرة. كده كده دايما في بي ناقص اي ار اسمون. بالنسبة لك رائد بولتاميتر تلاتة فده بولتاميتر متوصل على التوازي مع المقامة وبالتالي القانون بتاعه هيبقى اي ار عادي خالص ونفس الكلام برضو هنا القانون هنا هيبقى اي ار عادي خالص. في طبعا طريقة تانية ممكن اجيب بيها قراءة في تلاتة حلقول او احنا شغالين دلوقتي ما اولا كده لو عايز تجيب الطيار فقال لك هنا الطيار بيساوي في بي واحد ناقص في بي اتنين على ار توتل في حالة طبعا الشاحن. قراءة بولتاميتر واحد احنا قلنا على الشاحن فبيبقى القانون بتاعه في بي ناس اي ار. قراءة بولتاميتر اتنين اللي هو عالمشحون بيبقى في بي زائد اي ار. قراءة بولتاميتر تلاتة قلنا اي في ار وممكن نقول في واحد قراءة بولتاميتر واحد مقص قراءة بولتاميتر اتنين. بالنسبة للحالة التانية اللي هي حالة التفريغ في حالة التفريغ يا شباب عندنا هنا زي ما قلنا لو عايز اولا تجيب شدة الطيار حتقول في بي واحد زائد في بي اتنين في بي واحد زائد في بي اتنين على الار توتل. حطي لك البولتاميتر على البطارية كبيرة حيبى في بي ناقص اي ار. حطولك على البطارية الصغيرة حيبى برضو في بي ناقص اي ار. قراءة بولتاميتر تلاتة قلنا اي في ار. وبرضو ممكن نقول بتساوي قراءة بولتاميتر واحد زائد قراءة بولتاميتر اتنين. في حالة ودي حالة برضو مهمة انه يجيب لك دايرة كهربية ويقول لك وصلنا فيها مقاومة معينة. فمر فيها طيار معين. وبعدين استبدلنا المقاومة دي بواحدة تانية. فمر طيار تاني مختلف. وسألك قال لك انا عايز القوة الدفع بتاعت المصدر ده. المصدر اللي في الدايرة ده. اعمل ايه? بص يا باشا. هتقول له والله انا في الحالة نقول لك انا عندي مقاومة ار واحد فمر طيار اسمه اي واحد. تعال انجيبي الفي بي. هقول له اي في ار كابتل زيت ار سمور. واعمل معادلة. وفي الحالة التانية لما المقاومة بقت ار اتنين مري طيار اسمه اي اتنين. هقول ما اعوض في نفس القانون في بي هتساوي اي في ار كابتل زيت ار اسمور. وبعدين اساوي المعادلة. اساوي المعادلة اللي هناك بالمعادلة اللي هنا. وحلهم مع بعض هل رياضية وحل جابري وحنشوف طبعا فكرة عادلة. طيب معي مسألة هنا على اهم للدائرة المغلقة بيقولي في الدايرة الموضحة بالشكل ازا كان قراءة الاميتر والمفتاح كيه مفتوح بواحد ونص امبير. فان قراءة الفولتاميتر والمفتاح كيه مغلق بالسوء الكامل. مساء المفاتيح دي يا جميع مساء المهمة اوي. لما يجي في مسألة ويطلب مني قراءة حاجة او قراءة مسلا جهاز من الاجهزة. في حالة فتح المفتاح او في حالة غلق المفتاح لازم اشتغل السؤال مرتين. دايما اشتغل المسألة مرتين. اي مسألة يجيب لك فيها مفتاح مقفول ومفتاح مفتوح او لعكس مفتاح مفتوح ومغلق تشتغل المسألة بتاعتك مرتين. في الاول الراجل قال لك في الشكل القدامك لما كان المفتاح مفتوح كان قراءة الاميتر بواحد ونص. لما كان كيه مفتوح كان قراءة الاميتر اللي هي شدد الطيار واحد ونص ام بي. طيب. لو انا رحت للرسمة بتاعتي. المفتاح مفتوح. تعالى نحل لها كده. اي مسألة مرسومة جماعة بنحل لها بخطوات سبتة. اول حاجة بتطلع بالطيار بتاعك من القد بالموجب. تحسب المقاومة بتاعت الداير. فطلعت بالطيار بتاعي من الموجب. الطيار هيعدي على المقاومة ار. وبعدين هيعدي على المقاومة خمسة ويرجع للبطارية. يبقى المقاومة بتاعتي هي عبارة عن ايه? عبارة عن ار زائت خمسة. ار زائت خمسة. يبقى مقاومة الدايرة. ار زائت خمسة. حسبت المقامة الخارجية زود عليها المقامة الداخلية. لها بواحد. الار اسمول بواحد. فلما زود عليها واحدة تبقى عبارة عن ار زائت ستة. ومعك شدة الطيار ما تنساش بواحد ونص. تاني. حسبنا طلعنا اول حاجة طلعنا بالطيار من موجب حسبنا المقامة. طلعت ار زائت خمسة. زودت عليها المقامة الداخلية اللي هي بواحد فبقيت ار زائت ستة. الخطوة اللي بعد كده تخط قانون شدة الطيار. اي بيساوي في بي. على ار توتل. يبقى ايه هي الخطوات التانية بتاعت المسألة مرسومة اول حاجة. بطلع بالطيار من موجب. احسب المقامة الخارجية. هزود عليها الداخلية. وبعدين احط قانون الطيار. يلا بينا كده نعوض باللي معنا. انت معك الاي بواحد ونص. بيساوي. في بي عندك على الرسمة هنا باتماشر. على ار توتل ار توتل اللي هي ار زائت ستة. من هنا هنحسب الار. الاول كده تعالى هاخد ار زائل ستة برا. ونعمل مقص. هيبقى واحد في اتناشر على واحد ونص. واحد في اتناشر على واحد ونص. يلا على قلتها كده هحسب قلي. انتها هيت معك بتمانية. ودي الستة بعكس الاشارة. فيبقى الار بكام بتمانية ناقص. ستة فيطلع الار بكام باتنين. تمام كده? حاجة على الرسم هنا وشيل الار دي وقت بدلة كام اتنين. انا كل ده بحل المسألة والمفتاح ايه? مفتوح. طيب تعالى بقى نروح للحلقة اللي بعد كده. لما المفتاح يكون مغلق. نقفل بالمفتاح ونعيد حل المسألة تاني. تعالى نقفل بال مفتاح ده. ونعيد حلها تاني. هطلع برضو بالطهار من الموجب. الطهار هيطلع من الكتب الموجب هيعدي على المقاومة اتنين. طب وبعدين. هيجي هنا بقى. هنا انت عندك فرعين عالتوازهم مع بعض. الفرع ده يوازي الفرع ده. بس خلي بالك. هنا مقاومة وهنا سلك فادي. واحنا قلنا لما يكون سلك فادي ميتوصل على التوازي مع المقاومة بيعمل ايه? بيلغيها. يعني المقاومة دي هتتلغى. فالطهار بتاعك هيعدي على الاتنين وبعدين حيمشي بالسلك الفادي. يعني الخمسة دي مش هنشوفها. اكا ان الطهار معداش عليها. يبقى المقاومة بتاعتنا تبقى كام? هتبقى اللي اتنين بس. هزود عليها المقاومة الداخلية. اتنين زايد واحد بكام تلاتة. يبقى انا كده حسبت المقاومة الخارج ايه? زودت عليها الداخل ايه? احط قانون الطيار اي بي ساوي في بي على ار. الفي بي باتناشر. طب والار توتل بتلاتة. بيطلع شدة الطيار بكام? باربعة امبير. هل بقى هو كان عايز قراءة الاميتر اللي هي شدة الطيار? قال لك لا انا عايز قراءة الفولتاميتر. اسأل نفسي بقى. يا عام الفولتاميتر. انت محدود على بطارية ولا على مقاومة? بتسأل ليه? عشان القانون. ما انت لو على بطارية هقول في بي ناقص اي ار سمول. انما لو انت على مقاومة هقول القراءة بتاعتك بتساوي اي ف ار. قال لك خلاص انا على مقاومة يا عام. يبقى القانون بتاعك اي ف ار. الاي باربعة. طب والار اللي تحت رجليك. يعني ايه? يعني اللي اتنين. يعني يا بصر مش هاضرب في التلاتة لا التلاتة دي الار كول لا الار توتل. انا باضرب في المقاومة اللي تحت الفولتاميتر اللي تحت رجلي الفولتاميتر. طبعا اربعة في اتنين يطلع الحل بتاعها تمانية فولت. بس انا كمان بيقول لك اتصلت مقاومة قيمة احداشر اوم ببطارية. فمرة خلالها طيار ستة من عشر امبيل. وعندما استبدلت المقاومة بدلنا المقاوم بواحدة تانية قيمتها اربعة اوم زادت شدة الطيار لواحد ونص امبيل. بيسألك القوة دفعة قرابيب كامل. لسه يديل الفكرة بتاعتك. بتقول لك لما يكون عندك مقاومة بتوسلها بدايرة ومر طيار معين. وبدلناها بمقاومة تانية. تعمل ايه? تحل المسألة بمعدلتين. الاول كانت ار واحد باحداشر وكان اي واحد بستة من عشر. بعد كده الار بقت باربعة دي كده ار اتنين. والاي بواحد ونص. هتعمل معادلتين. المعادلة الاولى بتقول في بي بتساوي اي في ار كابتل زاد ار سمول. اي اللي هي ستة من عشرة. في ار كابتل اللي هي احداشر زاد ار سمول. طبعا ما جابش سيرة عندناه. فهغليها زي ما هي ار سمول. ومرة تانية هكتب نفس القانون بس اعود باي اتنين وار اتنين. يعني هاول اي اللي هو واحد ونص. في ار كابتل اللي هي اربعة زائد الار سمول. الخطوة اللي بعد كده هنساوي المعدتين دولة ببعض. هنساوي المعدتين دولة ببعض. يعني نكتب بينا هنقول ستة من عشرة في حداشر زاد ار سمول. بتساوي واحد ونص في اربعة زائد ار سمول. يلا نوزع الستة من عشرة هنضربها في احداشر هيطلع لك ستة وستة من عشرة. وهنضربها في الار فهيطلع لك ستة من عشرة ار. بيساوي. واحد ونص تضرب في اربعة فيها ستة. زائد واحد ونص تضرب في الار يبقى واحد ونص ار. ودي الار دي جنب اختها. بتروح بعكس الاشارة. فيبقى واحد ونص ناقص ستة من عشرة هيطلع لك على الالة ان شاء الله تسعة من عشرة ار. ودي الستة دي برضو الناحية التانية بعكس الاشارة. فيبقى ستة وستة من عشرة. ناقص ستة. فهيطلع لك على الالة ستة من عشرة. هنقسم على التسعة من عشرة هنا. وعلى التسعة من عشرة الناحية التانية. دولة يروحوا مع بعض ويبقى لك الار. ده على الالة هيطلع لك اتنين على التلاتة. انت انا بسطر عملت كل ده. وفي الاخر جبت الار اسمول مش الفي بي. ده هو اصلا كان عايز الفي بي. ده بيقول لك انا عايز قوة دفع قربية. ايهما انت مش هتعرف تجيب الفي بي الا لما تجيب الار اسمول. يعني الكل اللي انت عملته ده بفايدة. انت جبت الار اسمول خدها بقى وعوض بيها سواء في المعادلة دي. او في المعادلة دي هيطلع معاك الحل ان شاء الله. بالتعويض في اي معادلة. وليكن المعادلة اللي تحت. هقول له ايزا في بي بي بتسوي واحد ونص في اربعة زائد الار اسمول اللي هي جبناها باتنينة على التلاتة. وتحسبها على قلتك يطلع ان شاء الله الحل بتاعها بسبعة. ولو عوضت برضو في اللي فوق هيطلع نفس الحل سبعة. شوف كلا مسألة بس على بطريتين. بيقولك في الدايرة قاربية المقابلة عند غلق المفتاح كيه? لو وفدنا المفتاح ده. تصبح كراءتي فولتاميتر واحد واتنين على الترتيب كده. ده هيقرأ تسعة وستة من عشرة. وده هيقرأ سبعة واتنين من عشرة. فإن قيمة المقاومتين داخل يتين ار واحد وار اتنين بيسوي كيف? اولا مسألة بطريتين لازم احدد الحلقة بتاعاتها. سالب وانا سالب. اكتاب متشابهة يبجي دائرة شحن. نا. وطالما هي دائرة شحنة بقى لازم. لازم. اشوف مين الشاحن ومين المشحون. الكبير ده الشاحن. اللي القانون بتاعه هيبقى في بي ساوي في بي. ناقص اي ار سمول. وده المشحون. اللي القانون بتاعه هيبقى في بيتساوي في بي. زائد اي في ار سمول. طبعا هو الراجل عايز الار سمول. فهنا مسلا ال في واحد بتسعة وستة من عشر. هتساوي في بي اللي هي اتناشر. ناقص اي في ار سمول. انا معيش الاي ولا الار سمول. وهنا عند اللي هو ستة المفروض ان هو بيساوي في بي زائد اي ار سمول يعني بيساوي. او كراءته معلش السبعة واتنين من عشر. في اتنين ده بسبعة واتنين من عشر. فالمفروض ان هو بيساوي في بي اللي هي ستة زائد اي في ار سمول اللي هي المطلوبة. بس طبعا عندي هنا مشكلة ان انا مش معايا الاي مش معايا الاي. طب ايه الحل? واحنا بنرجع قوانين مع بعض قلت لك لو كان فيه فلتميتر تالت مخطوطة على المقاومة اللي برة. فاكر القانون بتاعه كان هيبقى ايه? كان هيبقى اي فار صح? او او كان هيساوي فيه واحد نقص في اتنين. ارجع كده معايا القوانين هتلاقي ان الفلتميتر تلاتة كانت قراءة واي فار او فيه واحد نقص في اتنين. فانا من هنا اتبع بقى هناك من هنا هقول اي فار اي فار اللي هي بواحد يعني بتساوي حالها فيه واحد نقص فيه اتنين. اي واحد كرة واحد بتسعة وستة. قياس كارايس بلتميتر اتنين اللي هي سبعة واثنين. اي في واحد بتاي تسعة وستة من عشرة. نقص سبعة وتنين من عشرة هي الاتنين واربعة من عشرة انبيتر. كده الحمد لله جبنا الاي تعالى بقى اني اخد ايها ونعود بيها هنا ونعود بيها هنا يلا بيها. يبقى تسعة وستة من عشرة هتساوي اتناشر ناقص اي اللي هي اتنين واربعة من عشرة فقر واحد هوادي الاول لتناشر بعكس الاشارة تسعة وستة من عشرة اطرح منها اتناشر فهيطلع سالب اتنين واربعة من عشرة الكلام ده هيساوي سالب اتنين واربعة من عشرة ار واحد طبعا سالب رحمة سالب. وهقسم هنا على الاتنين واربعة من عشرة وهنا نفس الكلام على اتنين واربعة من عشرة. حيبقى لك من هنا قر واحد. وده لما اسمه على ده يطلع لي واحد اوم. يبقى ار واحد بواحد. كده انا عرفت ان الاجابة هتبقى يا اما جيمي اما دالي السبعيدنا خالص الف وبت. اجي هنا سبعة واتنين من عشرة هتساوي ستة زائد اي فقار. بص عشان حضرة بالاي فالار فانا بعملها بينك وسين عشان ما لغبطش نفسي. اي فار. يلا ودي الستة الاول بعكس الاشارة سبعة واتنين من عشرة اشيل منها الستة يبقى لي واحد واتنين من عشرة. بيساوي اتنين واربعة من عشرة ار سمول اتنين. حقسم على الاتنين واربعة من عشرة. هنا هيتبقى لك ار اتنين. ده كده هيطلع لك عالالة فيها النص اوم. يعني الاجابة تبقى واحد وبعا كده النص يعني مفوض ان هنا اخطور الاجابة الاخيرة اللي هي ده. مسألة برضو جميلة. وفيها طبعا ايه? فكرة اللي هي ان انا اشتغل بالقانونين دولة او اساوي الاتنين دولة ببعض. فكرتها طبعا ايه جميلة. شوف كده الجزئة اللي بعدها كانت طبعا الدرس الرابع والاخير اللي هي قانوني كيرشوف. طبعا كيرشوف هو في الاساس عالم اه طبعا طبيعة يعني عالم فيزياء وعالم رياضة. الراجل ده شباب حطرنا قوانين بقدر من خلال ان انا احسب شدة الطيار او فرق الجهدة او المقاومة او حتى كمان القوة الدفعة القاربية. بس بطريقة رياضية بمعادلات رياضية. اولا سؤال كيرشوف من السؤال صعبة جميعا. بس محتاج حد فيه مش اكتر. انت عندها قانونين. الاولاني بسيط. سهل. اللي هو قانون الاول ده قانون الطيار. التاني هو اللي في الشغل شوية. نبدأ بالقانون الاولاني وكان القانون ده بستخدمه عشان احسب الطيارات. المتجمعة حوالي النقطة. يعني لو عندي مجموعة الطيارات متجمعة حوالي النقطة. وفيهم طيار مجهول. ممكن احسبه. ازاي? ده قانون كيرشوف الاول. القانون بيقول لك محصلة او مجموعة الطيارات اللي دخلة بتساوي مجموعة الطيارات اللي خارجة. سجما اي ان بتساوي سجما اي اوت. مجموعة الطيارات اللي دخلة بتساوي مجموعة الطيارات اللي خارجة. يعني في المسال ده مسلا اي واحد اتليه ان هو داخل رايح للنقطة فانده كنا طيار داخل. اي اتنين داخل. طب اي تلاتة ده بيبعد عن النقطة يعني خارج. فالقاعدة بتقول لك ان مجموعة الطيارات اللي داخلها بيساوي مجموعة الطيارات اللي خارجها. يعني اي واحد زايد اي اتنين بتساوي اي تلاتة. في ناس بتحب التطبق بشكل مختلف. لان في صيغة تانية للقانون ده بتقول لك ان محصلة الطيارات بشكل عام بيساوي سفر. اللي داخل واللي خارج مجموعة كنا على بعضه بيساوي سفر. طب ده يحصل ازاي? اللي يحصل لو انت هنا احنا قلنا ده داخل وده داخل صح? وده ايه? خارج. لو عايز تساوي من تلاتة بالصفر الساعة هتعمل ايه? هتجمع الطيارات اللي داخلها وتطرح منها اللي خارجها. وتساوي الكلام ده بالصفر. يعني تقول اي واحد زايد اي اتنين ناقص اي تلاتة. وساوي المعادلة بالايه? بالصفر. لبانا عندي شكلين? انا براح تطبق فلا انا عايزه. يما اساوي اللي داخل مجموعة اللي داخل من اللي خارج? يما اجمع الطيارات اللي داخلها واطرح منها اللي خارج واساوي المعادلة بالكام بالصفر. ده قانون الاولين. عندنا مسألة عالقانون الاول? ههلالك بالطريتين ان شاء الله. بيقول لك انا عندك مجموعة طيارات ايه اربع طيارات وفيه طيار اسمه اي مجهول? عايز اعرف الطيار اي ده بكام? شدته بكام? وكمان عايز يحدد الاتجاه بتاعه. فاولا تعال نفرد احنا اتجاه للطيار. وليكن ماشي في الاتجاه ده. عايز تفرد العكس براحتك. هحلالك مرتين? المرة الاولى هساوي مجموعة الطيارات اللي داخلها بمجموعة الطيارات اللي خارجة. طيب اول حاجة الخمسة امبير ده داخل. الواحد امبير بيبعد يعني خارج. الستة امبير بتبعد يعني خارجة. اللي اتنين امبير نفس الكلام خارج. طب الاي لا ده رايح عن نقطة يعني داخل. مجموعة الطيارات اللي داخلها يعني اي زائد خمسة. بيساوي مجموعة الطيارات اللي خارجة يعني اتنين زائد واحد زائد ستة. يبقى اي زائد خمسة. اتنين زائد واحد زائد ستة طبعا فيها تسعة. ودي الخمسة بعكس الاشارة يطلع معاك ان قيمة دي الطيار ده كان اربعة امبير. وبما ان طلع معي الحل بالموجة بيبانى فرد اللي اتجاه مزبوط. يعني اتجاهه من بيه الى ايه? فالي جامعة تبقى اربعة امبير من بيه الى ايه بالحل طبعا عندنا ده. طبعا ايز احلها القرنية التاني. اللي هو السيغة التانية بمعنى صاحب. السيغة كان بتقول لك ايه? اجمع اللي داخل. واطرح منه اللي خارج وساوي المعادلة بالسفر. طيب. نقولنا اللي داخل اي زائد خمسة. اي زائد خمسة. ده كله اللي داخل. اطرح بقى اللي خارج. فقلت نقص. اللي خارج اللي هو ايه? اتنين واحد وستة. اتنين زائد واحد زائد ستة. الكلام ده هيساوي ايه? السفر. يعني من هنا اي زائد خمسة ناقص اتنين واحد وستة قلنا تسعة. الكلام ده بيساوي سفر. فهيبقى اي خمسة ناقص سسعة في السلب اربعة. يعني اي ناقص اربعة بيساوي سفر. حوادي بعكس الاشارة يبقى الاي بيساوي ايه اربعة. من الاسهل? انا شايف طبعا الاسهل ان انت تطبق الشكل الاولاني اللي هو مجموعة اللي داخل بيساوي مجموعة اللي خارج? حيكون طبعا اسهل لك شوية في التعويض يعني. عامة اللي اتنين طلعوا نفس الاجابة اللي هي اربعة امبير. نفس القانون برضو الاول هنا بس هنطبقه على النقطة اكس هنا بيقول لك بتطبيق قانون كرشوف الاول عند النقطة اكس فاني معادلة من الاربعة دونسا. واضح ان الراجل هنا منساوي المعادلات بالسفر يبقى انا هشتغل بالصيغة التانية اللي هي اجمع الى داخل واطرح منه الخارج واساوي بساوي. طيب اي واحد انت ايه انا رايح لنقطة يعني انا داخل اي اتنين لا ده انا مبعد خارج. اي تلاتة انا رايح للنقطة يبقى انا داخل اي اربعة رايح للنقطة يعني داخل اي خمسة خارج. يبقى مجموع اللي داخل اي واحد زاد اي تلاتة زاد اي اربعة اطرح منه اللي خارج يعني اقول ناقص اي اتنين ناقص اي خمسة. الكلام ده بيساوي الصفر. تعال اشوف كده المعادلة دي موجودة عندنا ولا لا? اي واحد زاد اي تلاتة زاد اي اتنين زاد اي خمسة بيساوي الصفر طبعا المعادلة دي مش مزبوطة واصلا ما فيش اي اربعة وده ما ينفعش. سالب اي واحد ناقص اي تلاتة ناقص اي اربعة زاد اي اتنين زاد اي خمسة بيساوي الصفر طبعا مش شبه اللي احنا عاملنا فبالتالي مش هختارها. مؤقتا. وهتعرف ايه مؤقتا دلوقتي. سالب اي واحد ناقص اي تلاتة زاد اي اربعة زاد اي اتنين زاد اي خمسة بيساوي صفر طبعا ده برضو مش شبه اللي انا عملتها فبالتالي طبعا دي مش هينفع برضو ان انا اختارها. اي واحد زاد اي تلاتة زاد اي اربعة لحد دلوقتي احنا مشين حبايب اي واحد زاد اي تلاتة زاد اي اربعة. ناقص اي اتنين يا جماله. زاد اي خمسة وانا عندي ناقص اي خمسة فمع الاسب دي مش هينفع ان انا اختارها. اذا بالتالي ما بيش اجابة? لا طبعا اكيد في اجابة. طيب ايه الحل في موقف زادتي. انا اتحطيت في موقف زادة انا متأكد ان انا بيطلع المعادلة صح بس مش لقاء في الاجابات. ايه الحل? الحل في حالة زي اضرب المعادلة في سالب واحد. يعني اعكس الاشارة بتاعت المعدل. فعندك اذا 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 ا اي واحد لما اتضرب في سالب. مش عارف ليه جاي مع ان اي واحد. سالب واحد قصدي في سالب اي خمسة. فهتبقى موجب اي خمسة. والكلام ده هيساوي السفر. طبعا سالب واحد سفر بسفر طبعا. فبالتالي هيبقى سالب اي واحد سالب اي تلاتة سالب اي اربعة او مقس عين اي اربعة. زائد اي اتنين زائد اي خمسة بيساوي سفر. وبالتالي ده طبعا اللي الاختيار المزبط. والسؤال ده برضو كان من دمنا سالة اه امتحان سالب عاما سابق برضو. تمام? فالاجابة هتبقى بها. طيب امتى اشتغل بالقانون التاني? القانون التاني يا شباب. بشتغل فيه على دايرة كهربائية كاملة. اولا اتبعرف ازاي شكل الدايرة. مسألة كرشوف بتتعرف من شكلها. بتلاقي فيها بطريتين في الغالب او اكتر. بطريتين او اكتر. واحد يقول لي طبا مصر ما دي كده ممكن تعتبر حالة شحن وتفريغ. اقول لك اي وا بس في حاجة بقى. البطريتين مش هتلاقيهم متوصلين بالشكل ده. حيفصل ما بينهم يا اما مقاومة يا اما بطارية تلف. ساعتها الشكل ده تعرف ان هو مسألة ايه? كرشوف. من غير المقاومة اللي في النص. تبقى مسألة عادية. مسألة الشحنة او مسألة التفتيق نحن لاها عادي. انما لقيت في فاصل ما بين البطاريتين بمقاومة او ببطارية. يبقى دي مسألة كرشوف. نطبق ساعتها القانون التاني لكيرشوف. القانون التاني بيقول لك ان مجموعة. القوة المحركة يعني مجموعة الجهود البطاريات يعني. في مصار مغلق في دائرة كهربية. يساوي المجموع الجابري لفروق الجهد عبر المقاومات في هذا المصار. يعني بالقوانين كده بصغة بصغة قانونية. سجما في بي بي ساوي سجما اي فار. او المجموع الجابري اللي فروق الجهد بشكل عام في المصار بيساوي سفر. اللي هو سجما في بي ساوي سفر. اللي عندنا صغطين طبعا للقانون. السيقة اللي احرف لاشتغل بها دايما سجما في بي بي بتساوي سجما اي فار. او سجما في بتساوي سفر. من الملاحظات المهمة وانت شغال في كرشوف ان لو انت بتتحرك في مصار معين وكان اتجاه الطيار نفس اتجاه المصار فبنعوض عن الطيار بالموجب. يعني واحنا بنحسب مسلا ال في بنضرب الاي في الاي. انما لو انا اتجاه المصار بتاعي مسلا من ناحية الشمال والطيار رايح ناحية اليمين. فهنا الطيار عكس اتجاه المصار. الطيار هنا يركز عكس اتجاه المصار. نعمل ايه? قال لك تعوض عن الطيار بالاشارة السالبة. فيبقى ال في هنا بيساوي سالب اي ار. بيساوي ايه ايه سالب اي 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 ا طيار مع المصار اعوض عنه بالموجب لو كان الطيار عكس المصار اعوض عنه بالاشارة. السالبة تعال نشوف كده كم مسال على قانون كرشوف. المسال الاول بيقولك انا الشكل المقابل يمثل جزء من دائرة كهربية. فان مقدار القوة الدفعة في بي 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 سوى كان. في برضو هنا تعليق ممكن يجي في معك انت مصر احل مسألة كرشوف بالالة. مسألة كرشوف ما تمسك لهاش الالة الا لو لقيت عندك في السؤال اي واحد اي اتنين اي تلاتة مجهيل. يعني عندك على رسمة تلات طائرات مجهولة ساعتها تتحل المسألة بالالة وحنا بنشوف ان شاء الله زيها في الفيديو بتاع التدريبات. اعتقد مش هيقابلنا حاليا فكرة لمسألة بتتحل بالالة. لو لقيت المسألة بتاعتك ما فيهاش تلات طائرات مجهولة يبقى اتأكد ان هي مش هتتتحل بالالة هتتحل عادي حل ان شاء الله من غير ما تمسك الالة خالص ممكن تحلها على طول. والحل انا بيكون بخطوة واحدة ان انا بطبق القانون التاني وبس. في الدايرة المخلقة دي هنطبق القانون التاني. ايه دي الدايرة ايه بتاعتنا? بالاسهم اهي. اهي اهي اهي. دي كده الدايرة بتاعتنا. هنطبق القانون اللي هو سجما في بي. بتساوي سجما اي ار. صلوا على النابي بقى وتعالي شكرا مع بعض. اول حاجة سجما في بي. المصار بتاعنا ده فيه بطريتين. اتناشر وفي بي. متوصلين ازاي? ادي موجب اهو? رايح لموجب زيه. يعني اكتب متشابهة. يبقى دي حال الشحن. اجمع ولا اطرح? اطرح. يعني هقول اتناشر ناقص في بي. اتناشر ناقص في بي. الكلام ده بيساوي سجما اي في ار. يلا بنا نضرب بقى الاي في الار. انا بدأت من البطارية دي فانا حبدأ من عندك. راح اضرب الاي في الار. هنا كده عندك الاي باتنين والار باربعة. يعني اتنين في اربعة. اهو اربعة في اتنين مش فرق يعني. بص هكمل اهو. اهو. هكمل اهو. في مقاومة اهي بكام باتنين. طيارها بكام برضو باتنين. بس خلي بالك. انت ماشي ناحية الشمال. الطيار جاي لك ناحية اليمين. يبقى تعمل ايه? تحط سالب. وتضرب عادي الاي في الار. ان هو اتنين في اتنين. طبعا اربعة في اتنين بتمانية. وهنا اتنين في اتنين باربعة. تمانية ناقص اربعة فيها اللي اربعة. الكلام ده بيساوي اتناشر ناقص الفي بي. حواد دي بعكس الاشارة. اللي اتناشر تروح بعكس الاشارة فيبقى لك هنا سالب بتساوي. اربعة ناقص اتناشر لان اللي اتناشر تروح العكس الاشر. اربعة ناقس اتناشر فيها السالب تمانية. وطبعا سالب راح مع سالب. يعني هدبقى بالساوي تمانية. السؤال اللي بعده بيقول لك الشكل المقابل يمثل جزء من دايرة كهربية. فاذا كان فرق الجهد ما بين النقطتين اكس واي بستة عشر فلت. فان شدة الطيار الاي بيساوي كام? مسألة جميلة خلي بالك. الفكرة دي برضو من افكار المشهورة في الامتحان. الراجل هنا كان في المسألة دا لك جزء من دايرة. وقال لك فرق الجهد ما بين اكس واي بستة عشر فلت. هي فين اكس وفين واي? اكس اهي. وقال لكم ان دي كده اكس. وقال دي واي اهي. طبعا هي اكس هنا اهي. وي واي اهي. بس انا عادي ممكن اعتبر ان دي اكس ودي واي. فرق الجهد ما بينهم كان بستة عشر فلت. طب هل النقطتين دولة اصلا متوصلين مع بعض? لا. في الحالة ازا دي? لما يجيب لك نقطتين. ويجيب لك فرق جهد ما بينهم وهم اصلا مش متوصلين ووصلهم انت. حط انت ما بينهم بالطريقة. واكتب عليها الجهد اللي هو ادهولك اللي هو ستتاشر فلت. خلاص كده? وابدأ حل مسألتك. عندك كم طيار مجهول? اي واحد واي اتنين. هل في اي تلاتة? مفيش اي تلاتة. يبقى المسألة بازنك يا رب مش تتحل بالقالة. اما ليه? هتطبق القانون التاني. مرة عشان تجيب الاي واحد ومرة عشان تجيب مين? الاي اتنين. وشكرا. لو انت فكرت تشتغل على الدائرة اللي فوق دي. فهتبقى غلطان. ليه? لان الدائرة دي فيها طيارين مجولين. فمش هتعرف تحلها. عشان كده الصح. ان انت تشتغل بص تشتغل بص بالمسار من فوق كده. وتطلع برة على البطارية اللي اسستاشة. يعني تاخد المسار من برة خالص. مرة. ومرة تانية تاخد المسار من تحت كده برضو مع البطارية اللي اسستاشة. يبقى انا مرة هياخد الجزء اللي فوق ده مع البطارية. ومرة هياخد الجزء اللي تحت مع ايه? مع البطارية. يلا بنا ناخد كده الاول الجزء اللي فوق. سيجما بي بي بتسوي سيجما اي فار. يلا بنا. لو انا ماشيك كده الاول في المصار بتاعي اتفرج على المصار? هتلاقي ان هو فيه كان بطارية بطاريتين. الستاشر. والبطارية التسعة صحي كده? موجب. رايح لموجب. يعني اكتاب متشابه يبقى انا هطرح. ستاشر نقص تسعة. بيساوا الايفل ار يلا بينا طلعنا من البطارية بتاعتنا ما بيش طبعا هنا طيار خالص يلا. قابلني هنا طيار اهو اي واحد. طب والمقاومة كام? بتلاتة. بس معها على التوالي مقاومة كمان بنص فاعتبرها تلاتة ونص. يعني الكلام ده هيساوي تلاتة ونص اي واحد. ستاشر نقص تسعة فيها السبعة. بتساوي تلاتة ونص اي واحد. اقسم على التلاتة ونص هنا وهنا. هنا هيبقى لك اي واحد سبعة على التلاتة ونص فيها الاتنين امبير. تعالى ناخد المصار او الجزء اللي تحت مع البطارية. نفس الكلام لو انا مش كده في المصار ده كده من تحت حيعدي برضو على بطاريتين. الستاشر والستة. وادي الموجب. فهنا موجب برضو متوصل مع موجب يبقى حطرح. ستاشر نقص ستة. سجما في بي ستاشر نقص ستة. سجما ايف ار. يلا اطلع من الموجب. اول طيار قبلك لو اي اتنين. اي اتنين ده هيعدي على المقاومة اربعة والمقاومة واحد. يعني هيعدي على خمسة. مقاومة كمية خمسة. اربعة زاد واحد. يعني الكلام ده بيساوي خمسة اي اتنين. ستاشر نقص ستة فيها العشرة. بتساوي خمسة اي اتنين. هقسم على الخمسة. فيبقى اي اتنين بيساوي. عشرة على الخمسة فيها الاتنين. السؤال هنا بقى هو كان عايز الاي واحد ولا كان عايز الاي اتنين. لا ده ولا ده. ده كان عايز كمية اتطير اي. طيب ما هو اي ده اساسا المفروض ان هو الجزة بعد كده وبقى اي واحد وبقى اي اتنين. يعني اي اساسا هو عبارة عن اي واحد زاد اي اتنين. اقول له بقى ازا اي اللي حضرتك عايزة هي عبارة عن اي واحد زاد اي اتنين. يعني اتنين زاد اتنين. يعني قيمة الطيار اي كام بتساوي اربعة امبير اللي هي تالت اختيار. دلوقتي ندخل بقى مع بعض على تاني فاصلة عندنا في المنهج. الفاصلة بعد طبع الفيزياء المغناطيسية. عنوان الفاصلة كان بتأسير المغناطيسي للطيار الكهرابي. واجهزة القياس الكهرابي. يعني عندنا هنا موضوعين ان شاء الله مهمين جدا في الفاصلة احنا اتكلم عنو. الفاصل ده ما يقلش اهمية عن الفاصل الاول. تقريبا الاتنين نفس عدد الاسرة ونفس عدد الدرجات. فمهمين جدا. الاتنين على بعض على فكرة تلت الامتحان. الفاصل الاول مع التاني. تلت الامتحان. ففاصل طبعا فصوله مهمة جدا. عرفنا فيه في البداية كده يعني ايه مغناطيس? ايه هو المغناطيس? اه تكوين اي مغناطيس في الدنيا عبارة عن ايه? بعد كده دخلنا على الظاهرة نفسها بقى اللي هي ظاهرة التأسير المغناطيسي للطيار الكهرابي وان شاء الله نشرحها مع بعض ونعرف كالب بتقول ايه? وختمنا الفاصل ده بحاجة اسمها اجهزة القياس التناظر ايه? او اجهزة القياس الكهرابي. فخلينا كده في البداية نفتقل مع بعض ايه هو المغناطيس? اي مغناطيس صبعا في الدنيا او اي حجر مغناطيسي عندنا في الدنيا تكوينه او تركيبه في الاساس هو عبارة عن حاجت ايه? طيب ايه هم الحاجتين دول? قال لك والله اول حاجة كده اي مغناطيس في الدنيا بيتكون من كدبين. واحد منهم بنسميه كدب الشمالي والرمز بتاقيه حرف الان والتاني اسمه كدب الجنوبي والرمز بتاع الجنوبي ايه? اسي بانت عندك شمالي انه جنوبي اسي. طيب الاقطاب دي بتعمل ايه? اللي بيخرج منها حاجة اسمها خطوط المجال المغناطيسية او بنسميها خطوط الفيد المغناطيسية. خطوط المجال او خطوط الفيد. وده عبارة عن خطوط بتخرج من الكدب الشمالي وايه? بتروح او بتدخل على الكدب اللي ايه يا شباب? الجنوبي. تمام كده? يبقى ايه مغناطيس عبارة عن ايه? عبارة عن كدبين احداؤنا شمالي والاخر جنوبي. وخطوط مجال بتطلع من الشمالي تدخل على الايه? على الجنوبي. طيب الخطوط اللي بتخرج من الشمالي وبتدخل على الجنوبي اللي هي خطوط الفيت دي بقى. هل بيبقى عددها مسلا محدد او ليه عدد معين? قال لك لا بيبقى عددها كبير جدا جدا. يعني مش بيكون عدد قليل لا ده بيكون عدد كبير جدا جدا. فلو احنا تخيلنا مسلا مع بعض كده ان احنا عندنا شريحة. او ملف مسلا معين. والملف ده بيتعرض لمجال مغناطيس. يعني بتنزل كده عليه او بتختاركه خطوط المجال المغناطيسية. الخطوط دي زي ما احنا اتفعنا قلنا عددها كبير جدا. عشان كده بنوصفها بوصف كده حاجة اسمها الفيد المغناطيسي. عندك وصف الخطوط بنسمي الفيد المغناطيسي. او مصطلح اسمه الفيد المغناطيسي. وكلمة فيد قلت لك لما كنا بنعرف في طهير القهربي. قلت لك فيد يعني وفرة يعني عدد ايه كبير جدا. فاحنا بنوصف خطوط الفيد بان هي عددها كبير جدا. فبنسميه الوصف ده بنسميه الفيد المغناطيسي. اولا الفيد المغناطيسي الرمز بتاعه في ام. في ام اللي هو وتعريف الفيد المغناطيسي بيقولك هو عبارة عن العدد الكلي لخطوط الفيد المر عموديا خلال مساحة الماء. يعني عدد الخطوط دي كلها اللي حيمر على مساحة الملف بنسميه الفيد المغناطيسي. تمام كده? واحدة اياس الفيد المغناطيسي طبعا كانت الويبر. طيب واحد يقول لي لو انا اخدت جزء معين من الشريحة او من الملف ده. والجزء ده مساحته محددة. مساحته بتساوي كم? قالك بتساوي واحد. سنتيمتر مربع او واحد متر مربع. المهم ان المساحة بواحد. هل هيمر فيه الجزء ده كل خطوط الفيد? طبعا لا. هيمر عدد معين من خطوط الفيد. طب هل العدد ده ينفع سميه برضو فيد مغناطيسي? قال لي لا. كلمة فيد تتقالى على الخطوط كلها اللي بتمر على الشريحة. انما لو انت هتاخد جزء من الشريحة مساحته بتساوي واحد. سواء بقى واحد متر مربع او واحد سنتيمتر مربع. فالخطوط اللي هتمر بيه. الحتة الصغيرة اللي انت محددها دي. بنسميها كسافة الفيد. وده كان تقالي مصطلح عندنا اسمه كسافة الفيد المغناطيسي والرمز بتاعها كان حرف الفيد. كانت عبارة عن ايه? قال لك هي عبارة عن عدد خطوط الفيد المغناطيسية. المرة عموديا على ايه? على وحدة المساحات. وحدة المساحات معناها مساحة مقدارها واحد. مساحة مقدارة ايه? واحد سواء سنتيمتر مربع زي ما قولنا او متر ايه مربع. تمام كده يا شباب? ده بالنسبة ليه? تعريف الفيد وكسافة الفيد. طب لو انا عايز اربط ما بين الاتنين. عايز اربط ما بين الفيد وكسافة الفيد. طبعا كسافة الفيد كان بتتقاس خلي بالك برضو بوحدة اسمها التسلا. لو انا عايز اربط الاتنين مع بعض في علاقة واحدة. نربطها ازاي? قال لي والله دلوقتي لو كان الملف بتاعك ده ميل على خطوط المجال. بزاوية معينة وليكن اسمها سيتا. فساعتها هيكون الفيد بيساوي البي في الايه في ساين سيتا. الفيد اللي هو في بيساوي البي لكسافة الفيد في مساحة الملف في الساين والسيتا هنا هي الزاوية مع المجال هي الزاوية ايه? ما بين مساوي الملف وخطوط الايه? المجال او خطوط الفيد. عندنا شوية كده ملاحظات مهمة جدا تكون اعرفين. اولا لو عندك ملف مأيل على المجال. وقال لك احسبه الفيد. هتقول لو الله الفيد بيساوي البي في الايه في الساين سيتا? طب لو كان الملف ده موازي للمجال. قال لك والله لو كان الملف ده موازي المجال حتنعدم خطوط الفيد. ملف موازي حتنعدم خطوط الفيد. ليه? لان لما بيكون الملف موازي بتبقى الزاوية بصفر. وصين صف لو اخدت كده الزاوية عوضت بيها في القانون. صين صفر بصفر. فهيطلع معاك ان الفيد بصفر. يبقى امتى ينعدم الفيد لو كان الملف ايه موازي? انا اغمض عيني قال لي ملف موازي وطلب مني الفيد اقول له عطول ايه? بصفر. لان الزوية هتبقى بصفر بالحدي. طيب لو كان الملف بتاعي عمودي على المجال. ساعتها هتبقى الزوية بكم? بتسعين. وهنا الفيد هيبقى اكبر ما يمكن يعني هيبقى قيمة عزمة. يبقى اولا كده. ملف موازي الفيد بصفر. ليه يعمل ان الزوية بصفر? طيب ملف عمودي الفيد هيبقى قيمة عزمة. او اكبر ما يمكن لان الزوية في الحالة دي كام بتسعين طيب ولو مايل طبعا حضرت في صين الزاوية عادي خالص طب لو كان الملف بقى ميل على المجال بزاوية تلاتين ملف ميل على المجال بزاوية تلاتين في الحالة دي بيكون الفيدة شباب نص قيمة العظمة يبقى امتى يكون الفيد المار في الملف نص قيمة العظمة لما يكون الملف ميل على المجال بزاوية مقدرة كام تلاتين لان صين تلاتين على الايلة هيطلع لي نص. يبقى انت عندك تلات مراحوزات. التلاتة طبعا مهمين والتلاتة احنا اكيد عارفينهم. اول حاجة امتى بين عدم الفيد? لما يكون الملف موازي. ليه? لان الحالة دي بتبقى الزاوية بصفر قبل تالي الفيد هيبقى بصفر. امتى يبقى الفيد كيمة عظمى? لما يبقى الملف عمودي. عام الزاوية تسعين. امتى يبقى نص الكيمة العظمى? لما يبقى الملف مائل على المجال بزاوية تلاتين لان صاوية تلاتين بنصف. في بقى فكرتين تانين مهمين جدا. لو قالك في ملف موضوع على مجال وبدأ ان هو يدور. وبدأ ان هو يدور. وداني في المسألة زاوية دورانه. زاوية الدوران. هلا مش صار اخد زاوية الدوران دي وعوض بيها في القانون? يعني قال الملف مثلا موضوع في مجال معيب. مجال مغناطيسي معيب. ودار دار من الوضع اللي هو فيه مثلا بزاوية مقدارها ربعين. هلاخد الزاوية اللي هو الدهالي واطلق احساب الفيد? قال لي والله هنا الموضوع بيعتمد على حكتين. الحاجة الاولى هل الملف بدأ من الوضع العمودي? ولا الملف بدأ من الوضع الموايزي? لان ده يفرم معي. لو الملف بدأ من الوضع العمودي على المجال ودار تاخد زاوية الدوران اللي لięcy هو الدهالك وتتراحى من تسعين. يبقى تاني كده لو قالك ملف موضوع عموديا على المجال. وبعد كده قال لك دار الملف مسلا بزاوية اربعين. تعمل ايه؟ تاخد الزاوية اللي داي لك تترحها من تسعين. تطلع لك خمسين. وتعود في القانون. تمام كده? طيب قال لك مسلا ملف موضوع مديا على المجال ودار بزاوية تلاتين. اعود بيها? لا اطراحها الاول من câم من تسعين? اجيب الزاوية اللي هي تطلعلي في الحالة دي الستين? وان جاي عادي ما اعود في القانون. طيب لو قال لي الملف موازي ودار موازي ودار تاخد الزاوية اللي دار بيها عادي خالص وتعود بيها في القانون. يبقى زاوية الدورات ممكن اعوض بيها وممكن اطرحها من تسعين. امتى اطرحها من تسعين لو كان الملف عمودي ودار. طب لو كان الملف مويزي تاخد الزاوية اللي دار بيها وتعوض بيها في قانون عادي خالص. المسال معنا هنا بيقول لي اطار مربع طول دلعو خمسة سنتيمتر. اولا هنا مربع دي انا محتاجة في الحل. طول دلعو خمسة سنتيمتر طبعا هتتحول تدارف عشرة وسسالب اثنين. طب امسر هو انا هحتاج طول الدلع ده فيه? هتحتاجه عشان تحسب منه المساحة. مساحة الشكل هنا هو مربع. فمساحة المربع بتساوي ايه? بتساوي طول الدلع في نفسه او طول الدلع تربية. طول الدلع تربية. طب طول الدلع كام? خمسة سنتيمتر يعني خمسة في عشرة سالب اثنين. هيطلع من هنا المساحة بتساوي اثنين ونص في عشرة وسسالب تلاتة. اثنين ونص في عشرة وس سالب تلاتة متر تربية. ووضع في مجال مغناطيسي. كسافته كسافة الفيض اللي هي البي. اتنين في عشرة وس سالب اتنين. فازا كان الفيض اللي هو الفي ايم الفيض اللزي يمر خلال الملفة او خلال الاطار بسو و اتنين ونس في عشرة وسالب خمسة. ده كده الفيض اللي هو الفاي ايم. فان الزاوية التي اصنعها مع خطوط المجال او مع خطوط الفيلم كام? هين عايز الراجل الزاوية سيتا. ممكن نكتب القانون بتاعنا في مسلس لطيف كده خالص عشان نجيب الزاوية على طول. القانون بتاعي في بتساوي. في ايه? في صاين سيتا. طب انا لو عايز اجيبي صاين سيتا هقسم الفاي على البي في الايه? هقسم الفاي على البي في الايه? يلا بي. يبقى من هنا صاين سيتا. هتساوي الفاي اللي هي اتنين ونص في عشرة سالب خمسة. على البي اللي هي اتنين في عشرة سالب اتنين. في المساحة اللي احنا جبناها مع بعض اتنين ونص في عشرة سالب تلاتة. همسك الكلام ده واحسبه على الالة بتاعتي. هيطلع لي كله بيساوي نص. يبقى صين سيتا هتساوي نص. تعمل ايه بقى عشان تجيب السيتا? هتعمل 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 نص يطلع لي على الالة الزاوية بالساوي ايه تلاتين. طيب مسألة كمان بيقول لي الشكل المقابل يعبر عن منظر جانبي لملف يعني مفروض ان في ملف محطوط جوه مجال بس انا شايفه من الجنب. طيب اللي انا شايفه ايه? اللي انا شايفه ملف ميل على المجال. خطوط المجال اللي بالاسود دي. الملف هنا ميل عليها. لهو بيوازي الخطوط ولا هو عمودي عليها. ده هنا ميل. ميل بزاوية كام? بزاوية تلاتين امستر. طب لما يكون الملف ميل بزاوية تلاتين. بيبقى الفيد في الحالة دي نص القيمة العزمة. نص القيمة لايه? العزمة. نص القيمة العزمة طيب. موضوع على ملف موضوع على مجال مغناطيسي فازا دار الملف بزاوية مية وعشرين درجة. فعكس اتجاه دوران عارب الساعة. يعني عارب الساعة تمشي ناحية اليمين? لا الملف حيدوره العكسي على دورها حيتلاقيه ناحية الشمال. بيقولك فان الشكل الذي يمثل تغير الفيد خلال الملف بتغير الزاوية هو نقط. احنا اتفقنا مع بعض ان الملف في الوضع ده كده الفيد اللي بيأصل عليه نص القيمة العزمة. يعني هيبدأ يدور من عند نص القيمة العزمة. فلو جينا مساكنا الاجابات بتاعتنا. هتلاقي ان الملف هنا مسلا بدأ الفيد بتاعه من عند قيمة اعلى من نص القيمة العزمة. الفي على الاتنين دي لها النص ايه? هو بدأ من قيمة اعلى منها. يعني اقل من قيمة العزمة حاجة بسيطة. وطبعا احنا قلنا البداية بدأة من عند نص القيمة. هنا نفس الكلام برضو بدأ من فوق برضو من عند ايه? اقل شوية من القيمة العزمة فبالتالي برضو مش هينفع ان انا ايه? اختارها. هنا البداية من عند بالزبط نص القيمة العزمة. وهنا البداية برضو من عند نص قيمة العظمى. ازا الاجابة بالنسبة لي. اما الف اما بها. الفكرة كلها بقى هل الملف لما يدور الفض حيقل ويرجع تاني يزيد ولا العكس الفض حيزيد ويرجع تاني قل. دي بقى احنا محتاجين نفهمها. الراجل قال لك في المسألة انه حيدور مية وعشين ضربة في اتجاه ايه? عكس دوران عقاري بالساعة. يعني حيدور ناحية الشمال. تخيل ده كده الملف بتاعك. حيدور ناحية الشمال وهو بيدور بالشكل ده. كده هو بيقرب من الوضع العمودي ولا بيقرب من الوضع الموازي? لما يجي الملف يدور من الوضع اللي هو فيه ده. ويتحرك بالشكل ده. كده هو بيقرب من الوضع العمودي ولا الموازي? هتقول لي والله بسأل هو كده بيقرب من الوضع العمودي. واحنا عارفين ان الملف لما بيكون عمودي الفض بيبقى اكبر ما يمكن. ازا المفروض انه لما يدور الفض حيزيد. لانه بيقرب من الوضع الايه? الى عمودي. انما لو كان العكس لو كان بيدور مع عارب الساعة. كان ساعتها كده بيقرب من وضع الموازي. اثناء الدوران هيقرب من وضع الموازي. فكان ساعتها الفيت هيقل وهو بيدور. يبقى هنا الملف بتاعك. هيدور عكس العارب يعني هيدور آآ ويقرب من الوضع. العمودي فبالتالي الفيت اللي هياصر عليه بيزاد مش بيأكل. ازا الصح ان الفيت بدأ من نص كمال عظمى وزاد. وطبعا ده هيخليه اختار اول اختيار ان شاء الله اللي هو قلب. طيب ليه رجع تاني يقل? اقول لك انا ليه رجع تاني يقل? لانه بعد ما وصل الوضع العمودي كمل طبعا دوران فرجع تاني يقرب من الوضع الايه? موازي. فرجع الفيت ان هو يقل. الجزء اللي بعد كده كان التأثير المغناطيسي للطريق العربي. فكرة الموضوع هنا شباب ان احنا في عالم عندنا اسمه وارستد الراجل ده اكتشف اكتشاف كده ايه هو? الراجل ده اكتشف ان اي موصل بيمر فيه طيار موصل زي الطيار بيده مجال. مجال مغناطيسي. موصل زي الطيار بيده ايه? مجال. فدي القاعدة السابتة اللي احنا نشغل عليه ان شاء الله في جزئة دي. ظاهرة التأثير المغناطيسي للطيار معناها ان اي موصل زي الطيار يده ايه? مجال. الموصل ده بقى مهما اختلف الشكل بتاعه. الفكرة سابتة طالما عد عليه طيار يبقى حينشأ ايه? مجال. ممكن يبقى الموصل ده سلك مستقيم بيمر فيه طيار يبقى حيديني مجال. ممكن يبقى ملف دائري بيمر فيه طيار برضو حيديني مجال. ملف الاولابي ايا كان شكله اطار على شكل مربع. ايا كان شكل الملف او شكل الموصل طالما مر فيه طيار يبقى حينشأ عنه ايه? مجال. احنا في المنطقة بتاعنا درسنا ترات حاجات. درسنا لما يكون الموصل ده على شكل سلك مستقيم. ودرسنا لما يكون على شكل ملف دائري. ودرسنا لما كان الملف بتاعنا على شكل ملف ايه? لا ولا. طيب في كل جزء هندرسه او في كل جزء هنرجع دلوقتي مع بعض. هنفتكر اربع حاجات ان شاء الله. اولا لما بيمر طيار في الموصل بتاعي. وبينشأ مجال. انا عايز اعرف شكل المجال اعمل ازاي? ايه هو الوصف بتاع المجال? اتنين عايز اعرف ازاي احسب او ازاي احدد اتجاه المجال. تلاتة ازاي نحسب كسافة الفيد? تمام? وازاي اتعامل لو كان عندي موصلين مش موصل واحد. نبدأ كده من اول السلك المستقيم. اولا السلك المستقيم لو مر فيه طيار. حينشأ ايه? مجال ما احنا قولنا موصل وطيار حيده مجال. ايه هو شكل المجال بتاع السلك? زي ما انت شايف كده بالزبط. شكل المجال بتاع السلك بيكون عبارة عن دواير. متحدة المركز مركزها السلك نفسه. يعني دواير بتدور كلها حوالين ايه? نفس السلك. دواير متحدة المركز مركزها السلك نفسه. تتزاحم بالقرب من السلك? وتتباعد كلما ابتعدنا عن السلك. يعني لو افترضنا مسلا ان ده كده السلك بتاعي. فحيكون دواير حوالين منه. ورايبة او من بعضها بالشكل ده. وبعد كده الدواير دي تبتجي ان هي تبعد او المسافات اللي بينها تبتجي ان هي تزيد كل ما بنبعد عن السلك. بشكل المجال عبارة عن ايه زي ما قلنا دواير متحدة المركز مركزها السلك نفسه. تتزاحم بالقرب من السلك وتتباعد كلما ابتعدنا عن السلك. طيب لو انا عايز احسب كسافة الفيد عند اي دايرة من دواير المجال يعني مثلا هنا او هنا او هنا ازاي نحسب كسافة الفيد? تعالي نشوف. قال لي والله القانون بتاعك اللي انت بتحسب بيه كسافة الفيد? بيقول ان بيه بتساوي ميو في اي على تو باي دي. ميو في اي على تو باي دي. الميو دي حاجة اسمها معامل النفازية. ولو كان في الهوى فبنعبر او بنعوض عنها باربعة باي فعشرة وسالب سبعة. الميو بتساوي اربعة باي فعشرة وسالب سبعة. عشان كده ممكن ممكن نقول ان القانون بتاعنا بيه بتساوي اتنين فعشرة سالب سبعة. اي على دي. طب وده جاب نينا مستر شلت الميو عوضت عنها باربعة باي فعشرة وسالب سبعة. فالباي راحت مع الباي. وهنا على الاتنين فيها الواحد. وعال الاتنين فيها الاتنين. فبقى لي اتنين فعشرة سالب سبعة. اي على دي. يبقى لو السؤال كان على سلك مصطقيم. وكمان ما قال لكش نوع الوسط او قال لك ان الوسط هو. ممكن تشتغل بالقانون لتحت ده. لانه ابسط اتنين فعشرة سالب سبعة اي على دي. ايه التركات اللي ممكن يلعبني عليها في مسألة سلك مصطقيم. بص يا باشا لو مسألة بتاعتك مسألة سلك واحد فانت عندك لعبتين يلعبك عليهم. اول حاجة ممكن يلعبك على حتة شدة الطيار. يعني ممكن ما يدكش. في المسألة شدة الطيار بتاعة السلك. يعمل ايه? يدي لك مسلا كمية الكهرباء اللي عادت في السلك خلال زمن معين يعني يدي لك الكيو والتي فتحسب الطيارة عادي بالقوانين بتاعته الكيو على تي. يدي لك فرق جهده والمقامل بتاعة السلك. تون جاي جاي بالطيار بالفي على الار. ايا كان المهم ان لو لعبك على الطيار هتبقى قوانين باب اول عادية. الاهم عندي هنا هو حتة الدي. مين الدي? فهتقول لي الدي هو بعد النقطة عن السلك. ما هو ايه دي النقطة ايه? بعدها عن السلك. بسموا لي دي يا مصر. ايه بس انت لازم تفاهم حاجة. ان دي اسمها بعد النقطة. بعد النقطة العامودي. بعد النقطة العامودي. عن مركز الموصل. بعد النقطة العامودي. عن المركز الموصل. في التعريف ده بتاع دي عندك نقطتين مهمين. اولا هي بعد النقطة العامودي. يعني لازم تكون المسافة اللي بين النقطة والسلك مسافة عامودية. زي ما هو عامل لها كده انا في الظبط. ولازم تكون المسافة دي بعد النقطة عن مركز السلك. عن مركز الايه? السلك. هقول لك ليه دلوقتي انا بأكد على حتتين دولة لان فيه تركتين ممكن لعبك عليهم في المسافة بتاعت الامتحان ان شاء الله. نبدأهم كده باول فكرة. او اول تركت. اول حاجة ممكن يجيب لك سلك. ويقول لك السلك ده بيمر فيه طيار مسلا معين. ويقول لك يحسب كسافة الفيد عند نقطة تبعد مسافة معينة بس ما يقول لكش عن مركز السلك. يقول لك عن سطح السلك. الاكس هنا دي بتعبر عن البعد عن السطح. البعد عن السطح. طيب هل انا بعود في القانون ببعد النقطة عن سطح السلك ولا عن مركز السلك? هتقول لي عن المركز. فلو جاف مسألة دي لك البعد عن السطح. لازم تزود عليه نص الكتر. بتاع السلك اللي هو الحتة اللي جوه دي. خلاص? لان المسافة بتاعتنا لازم تكون من اول المركز لحد لايه? لحد النقطة زي ما اتفقنا. يبقى في النوعية دي اولا جاف مسألة قال لك سلك بيمر في طار كزا. احسب كسافة الفيدة عند نقطة. تبعد مسافة معينة عن سطحه. تعلم كده على كلمة سطحه وتقول لي ايه? ازود نص الكتر. لازم اجيب البعد عن المركز. فازود نص الكتر. يبقى دي الفكرة الاولى. ان دي بتساوي البعد عن السطح زائد نص الكتر. بعد عن السطح زائد نص الكتر. دي فكرة رقم واحد. فكرة رقم اتنين ان هو ممكن يدي لك البعد عن المركز بس ما يكونش بعد عمودي. هما ليه عم يبقى بعد مائل. يعني يجي في مسألة كده يقول لك في نقطة. تبعد عن مركز السلك. مسافة كزا. بس المسافة دي مش عمودية. المسافة دي مائلة بزاوية. في حالة انه تدي لك بعد مائل بزاوية تدرب البعد في صين الزاوية. تدرب البعد في صين الزاوية. يعني في العالة دي بتساوي اكس بصين ايه? سيتا. اكس في صين سيتا. يبقى فكرتين ان شاء الله بالنسبة للمسافة. ممكن ادي لك بعد عن السطح تزود عليه ايه? نص الكتر. وممكن ادي لك بعد مائل تدربه في صين الزاوية. خلي بالك لما بيكون البعد اللي مديه لك بعد مائل. في الحالة دي بيكون البعد. المائل ده. او بيكون انا قاسب البعد العمودي اللي انت هتحسبه ده. اقل من البعد المائل. يعني مسلا. قال لك في نقطة بعيدة عن السلك مسافة عشرة سنتين. بس المسافة دي مائلة. لما تيجي تحسب البعد العمودي هتعمل ايه? هتدرب المسافة في صين الزاوية. هيطلع لك رقم اصغر من عشرة. هيطلع رقم اصغر من عشرة. فبالتالي كل ما المسافة تقل الكسافة كسافة الفيد حتزيد. لان ما تنساش ان البي اساسا البي هنا اكتبها لوحدة كده. ميوف اي على طوبة دي. البي اساسا عكسية مع مين? مع المسافة. فكل ما المسافة كانت اقل كل ما كسافة الفيد تكون ازياد. تمام? يبقى لو كان البعد مائل بزاوية باطم روه في صين الايه? الزاوية. ازاي نحدد اتجاه المجال بتاع السلك المسافة? بنستخدم هنا قاعدة انبير لليد اليوم. قاعدة انبير لليد اليوم. قاعدة بتقول لك طبعا تخيل انك تجبض على السلك في اليد اليومنا. تخيل انك تجبض على السلك بيد اليومنا. بحيس يشير الابهام لاتجاه الطيار. يبقى الابهام بيعبر عن ايه? عن اتجاه طيار. بقي الصوابع بتشمع على المجال. يبقى انت عندك انا الابهام الطيار باقي صوابع المجال. طيب لو انا مسلا عايز احدد اتجاه المجال في السلك ده اهو الابهام مع الطيار لفوق. صوابع ايه هتشاور على اتجاه المجال. طبعا صوابعك هتبقى داخلة الصفحة من الناحية دي. من هنا هيبقى الصوابع بتاعتك داخلة ومن الناحية التانية هتكون طبعا ايه? خارجة. بنعبر طبعا عن المجال الداخل باكسات وعن المجال الخارج بنقط. كده احنا عرفنا كل حاجة في السلك المستقيم. فاضل بس ان احنا ازاي نتعامل مع سلكين? لو عندي سلكين بيمر فيهم طيار وعايز احسب كسافة الفئه بتاعت السلكين. هنا عندي حالتين. الحالة الاولى لو السلكين بيمر فيهم طيار في نفس الاتجاه. وعايز احسب كسافة الفئه ده عند ده نقطة ما بينه. هاجيب بيه بتاعت الاول بيه بتاعت السلك الاول وبيه بتاعت التاني. واطرحهم من بعض. اطرح اللي اتنين من بعض. طيب لو عايز تحسب كسافة الفيد عند نقطة برة السلكين خارج السلكين. هجيب بي واحد وباتنين واجمعهم على بعض. يبقى الخلاصة ان انت لو عندك سلكين تقولون في نفس الاتجاه. المحصلة جوه بالطرح. وبرة بالجمع. يعني موجب سالب موجب. نقطة التعادل طبعا دي نقطة بيتساوى عندها مجال الاول مع مجال السلك التاني. وبيكون عندها محصلة المجالين بتساوى سفر. لان الاتنين بيكونوا قد بعض. فالمحصلة بتاعتهم بصفر. بلاقي فين نقطة التعادل لو كان الطيار في نفس الاتجاه بلاقيها ما بين السلكين. وقريبة شوية للسلك اللي طرى ضعيف. يبقى اين تقع نقطة التعادل لسلكين طيارهم في نفس الاتجاه? اقول انه تقع في المنطقة بين السلكين او تقع ما بين السلكين اقرب للسلك زي الطيار الاضعف. طيب امتى تكون في النص بالزبط? لو السلكين طيارهم كان ايه? متساوى. لو السلكين كان طيارهم متساوى. يبقى لو سألني ما كان نقطة التعادل يقع فيه لو كان الطيار في نفس الاتجاه. اقول له بين السلكين اقرب للسلك زي الطيار الاضعف. طب مدى تقع او مدى تكون فيه منتصف المسافة? اقول له ازا كان السلكين طيارهم متساوي او في نفس ايه? الاتجاه. في حالة نقطة التعادل. في حالة نقطة التعادل بستخدم القانون ده. اي واحد على دي واحد بسوء اي اتنين على دي اتنين. تمام? اي واحد على دي واحد بسوء اي اتنين على دي اتنين. طبع مثل لو كان السلكين طارهم في عكس الاتجاه. لو كان يا باشا طار في عكس الاتجاه هنا بنعكس بقى. هنا في الحالة دي اهو في عكس الاتجاه. بيبقى جوه جمع وبرا طرح. يعني عايز احسب كسافة الفيد عند نقطة هنا. اعمل ايه? اجيب بيه بتاعت السلك الاول وبيبتاعة التاني واطراحهم. نقطة مسلا هنا او هنا او هنا اعمل ايه? اجيب بيبتاعة الاول وبيبتاعة التاني واجمعهم. يعني بين السلكين جمع وخارج السلكين طرح. هنا بيكون جمع خارج السلكين بيكون طرح. نقطة التعادل هنا بتبقى موجودة فين? قال لك بتقع هنا خارج السلكين خارج السلكين. اقرب للسلك زي الطار برضو الاضعف. يعني لو كان السلك ده مسلا هو اللي طاره ضعيف هتلاقي نقطة التعادل الناحية دي. اما لو كان اللي هناك هو اللي طاره ضعيف هتلاقي نقطة التعادل الناحية دي. طب امسا لو كان طيار السلكين متساوي نقطة التعادل هنا هتبقى فين بالزبط. قال لك هنا لا توجد نقطة التعادل. يبقى متى لا يمكننا الحصول على نقطة التعادل? اقول له اذا كان لدينا سلكان طيارهم متساوي وفي عكس الاتجاه. طيارهم متساوي وفي عكس الاتجاه. ساعتها ما بيكونش في نقطة التعادل. برضو لو كان عندك نقطة التعادل في السلكين في الحالة دي. بتشتغل بنفس القانون اللي هو اي واحد على دي واحد بتساوي اي اتنين على دي اتنين. تعالى كده نشوف كم مسألة على السلك المستقيم. السؤال اللي اول بيقول لك الشكل المقابل يوضح سلك مستقيم كتره اكس. يحمل طيار شدته اتنين وعشرين ونص امبير ده كده الاي. فينتج فيض مغناطيسي كسافته واحد وتمانية من عشرة في عشرة اسسية لباربعة تسلا ده كده البي. عند نقطة تبعد اتنين سنتيمتر. حلو كلام هنا هو ادى لك بعد النقطة. اركز بقى. اولا هل هو بعد عمودي ولا لأ? من عرسم كده المسافة دي عمودية على السلك. تمام. طيب هل هي مسافة او بعد عن المركز ولا عن السطح? لقيتوا بيقول لي ان ده بعد عن ايه? عن السطح. يبقى انا مغمض عيني كده? المسافة دي ما ينفعش اعوض بيها. ثم لاعمل ايه? لازم ازود عليها نص الكتر. لازم ازود عليها ايه? نص الكتر. يبقى انا القانون بتاعي في الحالة دي بي بتساوي. ميو اي على تو بي دي. او ممكن نقول اتنين في عشرة سالب سبعة اي على دي حيكون اسهر. طيب. البيب كام? البيب واحد وتمانية. في عشرة قص سالب اربعة. هتساوي. هنقول اتنين في عشرة سالب سبعة. اي اللي هي اتنين وعشين ونص. على دي. من هنا هاجيب مين? هاجيب ايدي. هعمل ما اصر. يلا امسك القانون وادرق يلا واحد في الرقم اللي فوق اتنين وعشين اه اتنين في عشرة سالب سبعة في اتنين وعشين ونص على واحد وتمانية في عشرة وساس سالب اربعة. حيطلع لك اتنين. ونص. هيطلع لك اتنين ونص. سنتيمتر طبعا. اتنين ونص ايه? سنتيمتر. طيب كده انا جبت مين? جبت الدي. هو عايز كتر السلك. طب انا عارف ان الدي بتساوي البعد عن السطح زائد نص الكتر. البعد عن السطح زائد نص الكتر. الدي احنا جبناها باتنين ونص. ودي بتساوي البعد النقطة عن السطح اللي هو اتنين. زائد نص الكتر. هادي الاتنين بعكس الاشارة. يطلع معايا نص الكتر بيساوي نص سنتيمتر. نص الكتر هيطلع بيساوي نص سنتيمتر. طب هو عايز ايه ا Ethan? Sage العايز الكتر بتاع السلك. عايز الكتر كله. طيب احنا جبنا نص الكتر بنص سنتيمتر. طب الكتر اللي عبى بكام? عابى بواحد سنتيمتر اللي هو مستقيم طويل. في مستوى الصفحة ويمر فيه طيار عشرة امبير. كده انا معي الاي بتاع السلك. وموضوع داخل مجال مغناطيس. لا واقف كده لحظة واحدة. انت بتكلمني هنا على سلك بيمر فيه طيار. وموضوع داخل مجال اه. يبقى ده كده مجال خارجي. ده كده اسمه ايه? مجال خارج يا شباب. مجال خارجي. في مسائل السلك اللي جوه مجال خارجي خلي بالك. بنعمل خطوتين عشان نحل المسألة. الخطوة الاولى. بنحسب بيه سلك. الخطوة التانية بنحدد اتجاه مجال السلك. لازم اعمل كده. يعني اول حاجة تعالى نحسب الاول او نحدد الاول مجال السلك. اتجاهه يعني. طيار لفويبا المجال من هنا هيكون داخل اكسات. ده كده مجال السلك اكسات او. ومن الناحية دي هيكون نقط. لازم تعمل الخطوة دي. طالما السلك مخطوط جوه مجال لازم تحدد اتجاه المجال بتاع السلك هو كمان. خلاص فانا حددت اتجاه المجال بتاعه. طيار اللي فويبا المجال داخل ومن هنا يكون ايه خارج. بعد كده اشوفه عايز ايه بقى. بيقول لك انا عايز النقطة اللي هتنعدم عندها مخصر الكسابة الفيد. طيب عشان تنعدم مخصر الكسابة الفيد لازم النقطة دي تكون نقطة تعادل. وعشان تكون نقطة تعادل يبقى لازم يكون بيه سلك. قدل بيه التاني اللي هي بيه خارجي. عشان تكون نقطة تعادل لازم يكون بيه سلك قدل بيه ايه? قدل بيه خارجي. طيب بيه خارجي الرجل يديه لي في المسألة باتنين فعشرة سالب خمسة. طيب بيه سلك تعال انا بفوك اتنين فعشرة سالب سبعة اي على دي. الاي بكام يا عم? قال لك الاي بعشرة. طب بتديب كام? بعض النقطة بكام? بعض النقطة عن السلكة عندك كزا نقطة. عندك النقطة اي وبي وسي ودي. فانا ما عارفش اني واحدة فيهم هي نقطة التعادل. فعشان كده انا هسيبك دي مجهولة زي مية واحسبها. يلا بينا على واحد ونعمل ماس اعمل طرفين فواسطين يلا واحد في اتنين فعشرة سالب سبعة فعشرة على اتنين فعشرة سالب خمسة. هيقوم يطلع معاك من هنا المسافة بواحد من عشرة متر. اللي هي عشرة سنتيمتر. يبقى انا كده عرفت ان بعد النقطة عن السلك عشرة سنتيمتر. ايه دي السلك? في نقطة هي? بعدها عنه عشرة سنتي اللي هي النقطة سي. وعندي نقطة تانية برضو بعدها عن السلك عشرة سنتي اللي هي النقطة بي. طب اختار مين فيهم? اللي اتنين بعضهم عشرة سنتي. عشان تنعدم كسافة الفيد ويطلع المحصلة بسفر. لازم يكون المجالين قد بعض في المقدار. ولازم برضو يكون عكس بعض في الاتجاه. فهنا في الجنب اللي علمين المجال بتاع السلك اكسات والمجال الخارجي اكسات. فالاتنين نفس الاتجاه. انما الناحية التانية المجال الخارجي اكسات. ومجال السلك نقطة. يعني الاتنين هنا عكس بعض في الاتجاه. ازا ان انا هختار النقطة اللي هي في المجال اللي هو عكس بعض في الاتجاه. يعني في المنطقة اللي هي على الشمال. فبالتالي هختار النقطة اللي هي ايه? اللي هي بي. صحيح بي وسي اللي اتنين نفس المسافة عشرة سنتي زي ما احنا طلعناها. بس انا محتاج نقطة عندها المجالين عكس بعض في ايه في الاتجاه? فعشان كده ان شاء الله يبقى الاجابة صحية ايه? هي بي. طيب نكمل كده بس هندخل بقى على الملف الدائري. لو انا جبت سلك وشكلته علية ملف دائري. ومر فيه طيار. هيعمل ايه? هيديني المجال. شكل المجال عامل ازاي? ازاي نحسبه? ازاي نحدد اتجاهه? نتعامل ازاي لو عندنا ملفين. نبدأ كده باول حاجة ان احنا لو جبنا ملفه ومر فيه طيار. حينشأ المجال. المجال ده شكله عامل ازاي بتاع الملف بقى? قال لي والله مجال الملف. لو مر فيه طيار يعني. بيبقى خارج الملف او عند اطراف الملف عبارة عن دوائر بتفكد دائرياتها كلما بعدنا عن المركز. طيب في المركز بقى نفسه خطوط المجال بتبقى عبارة عن ايه? مجال منتظم. يعني خطوط مستقيمة بالشكل ده كده. يبقى في مركز الملف بيكون المجال مجال منتظم. شبه ايه بالضبط? قال لك شبه المجال اللي بينشأ عن مغناطية قصير او كرس مصمت. والحاجات دي بيسأل عليها خلي بالك وبتيجي في الامتحان. المجال الناشئ عمروه طائر في آآ في ملف دائري. يشبه المجال الناشئ عن نقط ويجيب لك اختيارات. منهم مسلا مغناطيس قصير. او منهم كرس مصمت. وجاب قبل كده اعطيت في الامتحان 2019 او 2020. فيها جزء اموان. طيب تاني حاجة ازاي نحسب كسافة الفيض في مركز الملف الدائري. اجيب ازاي الكسافة في المركز. قال لي والله في الحالة دي القانون بتاعك بي بتساوي منير. بي بتساوي منير. منير ده اللي هو مين? اللي هو ميو ان اي على تو ار. ميو ان اي على تو ار. الميو معامل النفسية. لازم حجيالك. الطيار طبعا عرفنا الفكرة بتاعته. يا اما معانا اما. هيخبيه عني انا وحالا عرف تيجيبه. الاهم هنا حتة الان دي اللي هي عدد لفات الملف. عدد اللفات. في الغالب لو المسألة فيها فكرة هتبع الفكرة هنا على حتة عدد اللفات. ممكن ما يدينيش عدد اللفات في المسألة ويخبيه عني. اتعامل ازاي في الحالة دي? تعال اشوف افكار عدد اللفات. اولا ممكن تبع الفكرة لفزية. يعني ممكن يقول لك حلقة. او يقول لك اه اطار او يقول لك لفة دائرية. كل الكلامات دي معناها ان عدد اللفات بواحد. حلقة يبقى حلقة واحدة. اطار يعني اطار واحد. اه لفة ازان هي لفة واحدة. طيب ممكن ما تبقاش الفكرة لفزية. ممكن تبقى الفكرة انه ما يدينيش عدد اللفات بس تلاقي في المعطيات معك طول السلك. ينطلع مصر من طول السلك نجيب عدد اللفات قال لي اه. عدد اللفات بيساوي طول السلك على المحيط. اللي هو اتنين باي ار. محيط اللفة. تمام كده? عدد اللفات بيساوي طول السلك اللي هو الال على محيط اللفة اللي هو اتنين باي ار اللي هو نص كتر ايه? الملف. طب ايه الفكرة التانية? الفكرة التانية بتبقى مسألة مرسومة. لازم حتكون مسألة مرسومة. وهيجيب لك في الرسمة ملف بس مش كامل. يعني جزء من الملف. طب الجزء ده قد ايه? ربع لفة مثلا خمس لفة. اعرف ازاي عدد اللفات مصر. في الحالة دي حتاخد الزاوية اللي في وش الكوس. تاخد الزاوية اللي في وش الكوس وتقسمها على تلتمية وستين. تاخد الزاوية اللي في وش الكوس وتقسمها على تلتمية وستين. طيب لو جاب لك مسلا رسمة بالشكل ده. ها? عايز اجيب طول الحتة دي او عايز اعرف هنا الجزء ده قد ايه? باخد الزاوية اللي في وش الكوس يعني تاخد الزاوية الكبيرة اللي من هنا. الزاوية الكبيرة اللي من هنا دي. تشوف تطلع معاك بكم? وبعدين تم جاء قسمها على تلتمية وستين. طب افرد ما كانش مديني الزاوية اللي برق اللي جوه ده بس. يعني ما كانش مديني الزاوية اللي انا عايزة. هيعمل ايه? هيديك الزاوية اللي هنا. طب اخدها وطرحها من تلتمية وستين. يعني سيقولت لك مسلا ان الزاوية هنا ستين درجة. تعمل ايه? تطرحها من تلتمية ستين. فيطلع معاك الزاوية الكبيرة اللي جوها تلتمية. اهو التلتمية دي اللي انا هقوض بيها هنا. في القانون ده. واجيب منه عدد ليه? اللي فات. يبقى انت عندك تلات افكار. لفزية يقول لك لفة اطار او حركة يبقى النبوات. يبقى يدي لك في المعطيات طول السلك. اجيب منه عدد اللي فات. ازاي? اقسم طول السلك على المحيط. اتنين باي ار. اللي على يما مسألة مرسومة. ويجيب لي كوس بالشكل ده او كوس بالشكل ده. اجيب ازاي عدد اللفات? اقسم الزاوية. اللي فوش الكوس على تلتمية وستين. طيب ازاي نحدد اتجاه المجال بتاع الملف الدائري? عندنا قواعات كتير. اهمها او اسهلها قاعدة عقارب الساعة. وفيه كمان عندك بريمي تلياد اليوم نخلي بالك. ممكن نشتغل بيها. طيب لو قلنا عقارب الساعة. بنشتغل بيها ازاي? قال لي والله بنستخدمها اولا في تحديد اتجاه المجال بتاع ملف الدائري. او ممكن نحدد بيها الاقطاب كمان. قاعدة بتقول لك ان يكون الوجهة اللي زي يبدو فيه الطيار في اتجاه دوران عقارب الساعة كتب جنوبي. اما الوجهة اللي زي يبدو فيه الطيار في عكس اتجاه دوران عقارب الساعة كتب شمالي. يعني من الاخر. لو الطيار بيلف ناحية اين مين? مع العقارب كده? يبدو كتب جنوبي. الطيار بيلف عكس العقارب يبدو كتب ايه? شمالي. والكتب الجنوبي يخلي بالك معناها ان المجال داخل اكسات. والشمالي معناها ان المجال طبعا خارج اللي هو ايه? اللي هو نقط. طيب لو كان عندي ملفين وعايز اجيبي المخصرة بتاعته. اعمل ايه? لو كان الملفين يا شباب طيارهم في اتجاه واحد هتجيب بيه الاول وبيه تعد التاني وتجمعها. طب في عكس الاتجاه هجيب بيه واحد وبيه اتنين وهتراحل. طب ملفين متعامدين اشتغلها بقاعدة في يعني بالجازر. بيه واحد تربيع زي بيه اتنين تربيع تحت الايه? تحت الجازر. طب افرد كان ملف دائري وسلك مستقيم نفس الكلام. لو طيارهم في نفس الاتجاه تجمعهم في عكس الاتجاه برضو ايه? حد اتراحهم. يعني الحالة مسلا دي كده. طيار الملف اهو. ده اتجاه ده ورانه. صح بيدور في الاتجاه ده. الطيار بتاع الملف نفس اتجاه طيار السلك تجمعه. طيب بص هنا طيار الملف اهو. بيتحرك كده. جاي كده اهو بيتحرك كده. فاتجاه وعكس اتجاه طيار السلك هنا طبعا ايه? نتراحهم من بعض. يعني ما فيش اختلاف ما بين ملفين او ملف وسلك. في حالات خاصة مهمة جدا عايزين برضو نفتكرها مع بعض. لو جاب لك سلك وملف بس الاتنين ممسين لبعض. بالشكل ده كده. الملف والسلك متمسين مع بعض. اللي يزئين في بعضها. وقال لك ان محصلة كسافة الفيد في المركز منعادي ما. فين عدام في كسافة الفيد. يعني فين شرطين هنا للقانون اللي انا لسه هقوله دلوقتي. لو جاب لك اول شرط. جاب لك ملف مماس مع سلك. الحاجة التانية قال لك ان محصلة كسافة الفيد في المركز ملها منعادي ما. ساعتها ممكن تشغل بالقانون ده. اي سلك بتساوي اي ملف. اي سلك بتساوي اي ملف. تمام كده? اللي اي هنا بنفس الطريقة هنا اللي اي اي اتنين ده اللي هو اي سلك. بيساوي لو ضربنا الباي الناحية التانية هيبقى اي واحد اللي هو اي اي ملف. فممكن نحفظها بالعربي اسأل اي سلك بتساوي اي اي ملف. قانون مهم جدا نخلي ملف. فكرة الاخيرة من افكار الملف الدائري هي مسائل النسبة. لو حقار ما بين كسافة الفيد في ملفين فدي سهلة. بنقول بي واحد على بي اتنين. بتساوي اي واحد على اي اتنين. في اي واحد على اي اتنين. في ار اتنين على ار واح. ده لو بقار ما بين كسافة الفيد فملفين. طب لو نفس الملف بس قال لك ان احنا عمل نلوقع عن التشكيل. يعني انا كان عندي ملف. الملف ده مسلا بيكون من تلات لفات. فكيته وعملت منه ملف جديد بيكون من عشر لفات. يعني انا هنا عملت اعادة تشكيل للملف. جاب لك في المسألة كلمة اعيدة تشكيل ملف. اعيدة تشكيل ملف. في الحالة دي باشتغل بالقانون ده. بي واحد على بي اتنين بتساوي. ان واحد تربيع على ان اتنين تربيع. او ار اتنين تربيع على ار التربيع. على حسب اتنين معك عدد اللفات ولا معك نص الايه? الكتر. الفكرة دي موجود عليها مسألة في كتاب المدرسة. جعلها سؤال في امتحان الفين واحد وعشرين. في فكرة برضو من افكار ايه? المهمة. ده كده بازن الله بالنسبة لأفكار الملف الدايلي. كلها تعالى نحل مع بعض كام مسألة عن ملف الدايلي. السؤال انا بيقول لك معدنية. على شكل جزء من دائرة. نص كترها اللي هو الار باي سنتي. يعني باي في عشرة قس سالب اتنين. لازم احاولها. اتصلت نهايتها ببطارية قوتها الدفع اربعتاشر فولت. ده كده كما بالشكل فكانت كسافة الفيب اللي هي البي اربعة وتسعة من عشرة في عشرة قس سالب اربعة تسلة. عايز ايه? قال لنا عايز المقاومة بتاعة السلك اللي صنع منه الملف ده. تمام. اولا في بس هنا مرحوظة ان انت عندك هنا المسألة مرسومة وزي ما انت شايف هنا الملف مش كامل. فانا عايز اعرف هو الملف ده متكون من كام لفة. قلنا في المسائل المرسومة ازاي نجيب عدد اللفات بنقسم الزاوية اللي في وش الكوس اللي هي الزاوية اللي من جوه دي على تلتمية وستين. طب الزاوية دي تجاب ازاي? هو مش مدهالي. بعمل ايه? بطرح الزاوية اللي هو مدهالي من تلتمية وستين الاول. لو طرحنا كده على الآلة تلتمية وستين نقص خمسة واربعين هيطلع لك تلتمية وخمستاشر. اه دي كده الزاوية اللي جوه اللي انا عايزها بقى. وبعدين اقسمها على تلتمية وستين فيطلع معي عدد اللفات سبعة على التمانية. يطلع معي عدد الافات سبعة على التمانية او ممكن يطلع لك الالة تمنمية خمسة وسبعين من قلب. طيب. هو عايز الار. واحنا عارفين ان الار بتساوي الفي بي على الار توتل اه على الاي قصد. خاصة ان الار سمول هنا بصفر يبقى ار بتساوي في بي على اي. الفي بي معي. بكام باربعتاشر. طيب شدة الطيار بتاعة الملف معي. قال لي لا مش معيك شدة الطيار. طب هنجيبها من اين? من باقي المعطيات. انا عرفت ان انا هستخدم الفي بي اللي قال الاربعتاشر خلاص. باقي المعطات اللي معي ايه? معي كسفت الفيد. معي لص الكتر. معي كمان عدد اللفات. فممكن اجيب شدة الطيار من قانون بي دا ايه? يلا بينا. مونير ميو ان اي على اتنين ار. معنا البي اربعة وتسعة من عشرة. فعشرة قصة سلب اربعة. هتساوي ميو اللي هي اربعة باي في عشرة قصة سلب سبعة. في الان اللي هي سبعة التمانية. في الاي مش معي انا عايزة. على اتنين ار يعني اتنين في ار اللي هو كام اللي هو باي في عشرة قصة سلب اتنين. هنعمل طرفين في وسطين عشان نجيب شدة الطيار. هضرب ده في ده. شرط الكسر واضرب ده في ده. على واحد في باي اه او ميو ازي في سبعة التمانية. هيطلع معي من هنا على الالة. شدة الطيار بتساوي تمانية وعشرين امبير. هيطلع معي على الالة. شدة الطيار بي كان بتمانية وعشرين امبير. تعال ناخدها ونعوب بيها هنا. الار هتساوي اربعتاشر على التمانية وعشرين. هيطلع لجابة نص اوم. مسألة كمان بيقول لك سلك مصطفين. صنعة منه ملف ده ايه لي عدد لفاته ان? ومر بيه طيار شدته اي. فكون فيد كسفته بيه. فاذا اعيد تشكيل. وركز معي في الكلام فاذا ايه? اعيد تشكيل. نفس السلك مرة تانية. بحيس اصبحت عدد لفاته اتنين ان على التلاتة. ومر بيه نفس الطيار يا ترى كسفت الفيت حتبقى كام? بص يا باشا. المسألة هنا عندك حالتين. يبقى مسألة نزلة. الحالة الاولى كان عندك ملف مكون من ان لف. مر فيه طيار ايه فاداني فيد كسفته بيه. بعد كده عملنا له اعادة تشكيل. فاصبح عدد اللفات اتنين ان على التلاتة. يا ترى كسفت الفيت هنا هتبقى بكامل نسميه بيه اتنين مثلا هتبقى بكامل. في حالة اعادة التشكيل قلتلك هتقول بيه واحد على بيه اتنين بتساوي. يا اما ان واحد تربيع على ان اتنين تربيع يا اما ار اتنين تربيع على ار واحد تربيع. انت معاك انا ايه? معاك عدد اللفات يبقى هتقول ان واحد تربيع على ان اتنين تربيع. بيه واحد كانت بيه. بيه احنا عايزينها. ان واحد تربيع اللي هي ان تربيع. ان اتنين تربيع. تعالى ناخد ديوم نربعها. لما ربع هنا هيبقى اربعة. ان تربيع. على التسعة. تلاتة تربيع بتسعة. بدل ما قوله على التسعة مقام المقام يطلع في البص فتبقى التسعة فوق. وهوادي الان تربيع مع الان تربيع. طب انا عايز اجيبي البي اتنين. يلا بي. طرفين في وسطين. هتبقى بالساوي اربعة في بي. يعني اربعة بي. على التسعة. اربعة بي على التسعة. هيبقى الحل بتاع هيبقى في الاخر. ده الاربعة تسعة بي. برضو الفكرة جيزا مطلق. فكرة مفكور ايه? المهمة جدا. بعد جدا دخلنا على تالت حاجة اللي هي كانت الملف الاولابي. برضو نفس الكلام. ملف الاولابي مع طيار يده مجال. شكل المجال عامل ازاي? ازاي نحسب كسافة الفيد? ازاي نحدد اتجاه المجال? اول حاجة يا باشا. شكل المجال زي ما انت شايف. برا الملف عبارة عن ايه? خطوط بيضاوية. خطوط بيضاوية. خرجها من كطب الشمالي اللي هو الان اهو? ودخل على كطب الجنوبي. خطوط بيضاوية. خرجها من الشمالي دخل على الايه? على الجنوب. طيب في قلب الملف جوه الملف. شكل خطوط المجال عامل ازاي? شكلها خطوط مستقيمة زي ما انت شايف. اتجاهها من كطب الجنوبي لكطب الايه? الشمالي. يبقى خارج الملف خطوط بيضاوية. من الشمالي للجنوب. جوه الملف خطوط مستقيمة. من الجنوبي للشمال. طب انا بحل المسائل بنانة على ايه? على المجال او خطوط المجال اللي برا الملف ولا اللي جواه? قال لي بنانة على اللي جواه. خلاص يبقى لما يجي يقول لك حدد اتجاه المجال. بتاع الملف بنحدد اتجاه المجال اللي داخل ايه? داخل الملف. مش اللي خارجه. ماليش دعو باتجاه المجال اللي خارج الملف. انا بتعامل بالاتجاه اللي داخل الملف. تمام كده? يبقى اتجاه المجال داخل الملف من الجنوبي للشمالي خطوط ايه? مستقيمة. ازاي نحسب كسافة الفيت بقى في مركز الملف? من قانون بي لولا بي. وبي لولا بي بتساوي منيل. منيل اللي هو ميو ان اي على ال. ميو ان اي على ال. ميو اللي هي معامل النفذية. ان عدد لفات الملف اللولا بي. اي. الطيار اللي اللي طول الملف. استاذ حيلعبني على ايه هنا مصر? ما احنا خلاص بقى حياتنا كلها افكار. الفيزياء ما ينفعش من غير افكار. ما فيش حكا سالك. اللعبة برضو هنا على عدد اللفات. عدد اللفات برضو اه. هنا طبعا مستحيل الملف لو لا بيكون مكوم من لفة واحدة. وقال لي حيبقى ملف دائري في الحالة دي. فهينا احنا عندنا فكرة لعدد اللفات. الفكرة الاولى ان هو ميديناش عدد اللفات. فروح اجيبها طبعا هيدي لك طول السلك فروح اجيبها زي ما قلت بجيب. عدد اللفات في الملف الدقيدي. اقسم عادي. طول السلك على المحيط. الا على طوبة دي فكرة عادية. الفكرة التانية انو ميدينيش او ناخد الرعداء انو يقول لك عدد اللفات انا او يقول لك ان اللفات انا متمسة. يذكر في المسألة اللفات هنا متمسة. لو قل اللفات متمسة ممكن اجيبها من القانون ده. اللي بتساوي ان في اتنين ار. اللي بتساوي ان في اتنين ار. اللي اللي هو طول الملف. طول الملف. الان عدد اللفات. اما الار هنا اللي هي نص كتر السلك. نص كتر السلك. مش نص كتر الملف خلي بالى. لو القل اللفات متمسة يبقى الملف بتساوي ان في اتنين ار سلك. اتنين في نص الكتر بتاع السلك. يبقى لو اللفات عادية ما قلش نوم متمسة بقسم ال على طول الار currently بي في ار بتاعت الملف. اما لو قلك ان اللفات متمسة اجيب ازاي عدد اللفات من القانون ده. اللي بتساوي ان في اتنين. طول الملف بيسوي ان في اتنين في نص الكتر بتاعسك. طب لو ما جابلش لعدد اللفات ولا طول الملف. للان ولا الان معايا. خبع عني الان والان. حيديني بدلة حاجة اسمها عدد اللفات في وحدة الاطوال. عدد اللفات في وحدة الاطوال. ودي رمزها ان سمول. وبالنسبة لي بعتبرها بديل الان على الان. بديل الان على الان. يبقى لو خبع ان ويل ولا يهمك. شلهم وحط بديلهم ان سمول. طب مين الان سمول? قلنا اسمها عدد اللفات في وحدة الاطوال. ساعتها القانون هيبقى بيه بتساوي ميو في ان سمول في اي. ما نشلت ان على ال وحطيب بديلهم ان سمول فهيبقى ميو في ان سمول في اي. عرفنا كده شكل المجال? عرفنا ازاي نحسب كسافة الفد? مجال الملف لو لا بيخلي بقلك يشبه المجال الناشئ عن مغناطيس طويل? الدقاني كان مغناطيس قصير خلي بالك. او يشبه المجال الناشئ عن قديب مغناطيس. قديب مغناطيس. اما في الملف الدقاني كان شكل المجال شبه كرس مصمت. فاضل دلوقتي بالنسبة ان انا اتعامل مع ملفين او ملفه سلك. اه وازاي نحدد برضو اتجاه المجال. طيب بالنسبة لاتجاه المجال بنستخدمه قاعدة امبير الياد اليوم نه. زي ما كنا بنشتغل بيها في السلك بالزبط. قاعدة هنا بتستخدم خلي بالك في تحديد اتجاه المجال. في السلك وفي الملف اللي اولابي. في الملف اللي اولابي. وبحدد برضو بقى الاقطاب. بنقول تخيل انك تقبط على الملف بلياد اليوم نه بحيس يشير. خلي بالك بقى. في السلك كان الابهام طيار وصوابع مجال. هلال عكس. الصوابع طيار والابهام بيشورع الكتب الشمالي. صوابعك هنا الطيار والابهام بيشورع الكتب الايه? الشمالي. لو عندي ملفين طبعا طيارو في نفس الاتجاه زي ما عرفنا بقى هنجمع بي واحد وفي اتنين. عكس الاتجاه نطرح. آآ متعامدين يبقى قاعدت في ساورس. طيب ملف وسلك بص يا حبيبي. لو جاب لك في مسألة ملف الاولابي وسلك مستقيم. دايما تيجيب المحصرة بتاعة الملف وسلك وبقاعدك في ساورس. دايما. ملف مع سلك مستقيم قاعدة في ساورس. تجيب بي ملف بيه سلك وتعود في الجزر او تعود بقانون الجزر. اللي حالة واحدة بس حالة واحدة بس اللي مش بشتغل فيها بقاعدة في ساورس ايه الحلقة دي? انو يجيب لك ملف الاولابي. وسلك مستقيم عمودي على الورقة. بالشكل ده. ويكون السلك فوق الملف. او السلك تحت الملف. الحالة دي الحالة الوحيدة اللي انا مش بشتغل فيها بالجزر بشتغل المسألة بتاعتي بالجمع او بالطرح. يعني بجيب بيه سلكه وبملكه وبجمعه او بطرحه. طيب عايزين مسألة عليها حناخد مسألة عليها بازمك يا رب. انما عمتا اي حالة تانية جيلة لمسألة ملف الاولابي وسلكه مستقيم وانت بغمض عينك تاخد بيه سلك. بيه ملف تاخدهم تحت الجزر. انما الحالة دي بس حالة خاصة ان يكون عندك سلكة عمودي على الورقة. فوق الملف او تحت الملف في الحالة دي بنجيب المحاصلة بالجمع او بالطرح وهنبقى ناخد عليها مسألة بازن الله. الفكرة رقم اتنين لو جاب لك ملف دائري وقال لك اتحول للاولابي. شدناه بعدنا لفاته فاتحول للاولابي. او العكس جبنا ملف لولابي ضغطنا عليه فبقى ملف دائري. يعني من الاخر كده. دائري اتحول لولابي او العكس. دائري اتحول لولابي او العكس. في الحالة دي بشتغل بالقانون ده بيه دائري على بيه بتساوي الا على اتنين ار. الا على اتنين ار. كده احنا اتكلمنا على تاني فكرة. تالت فكرة ودي برضو من الافكار المهمة جدا. في حالة انه يجيب لي ملف الاولابي ومن الافكار المتكررة يقول لك جيبنا ملف الاولابي. اطعنا جزء منه. اطعنا جزء منه واخدنا الباقي. اطعنا نص واخدنا نص الباقي. اطعنا ربعه واخدنا الباقي اللي هو التلاتة اربعة. تمام? اخدنا بشكل عام. اطعنا من الملف جزء واخدنا جزء الباقي. لو قال لك اخدنا جزء الباقي. ووصلنا بنفس الطيار او مرينا عليه نفس الطيار ايه اللي يحصل لكسافة الفيد اقول له تظل سبتة. على طول. يبقى اذا قطعنا جزء من ملف الاولابي ووصلنا الجزء الباقي او اخدنا الجزء اللي احنا قطعناه ووصلناه بنفس الطيار كسافة الفيد تظل سبتة. ما تتأثرش هنا بالنقص اللي هيحصل في طول الملفه في عدد لفاته. هنا هتفضل تظلت سبتة كسافة الفيد. اما لو قال لك ان احنا قطعنا جزء من ملف الاولابي. ووصلنا الباقي بنفس المصدر او بنفس فرق الجهد في الحالة دي كسافة الفيد هتزداد. والزيادة بتاعتها هتبقى بتساوي مقلوب النقص في الطول. مقلوب النقص في الطول. لا 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 واحدة واحدة علي. يعني مستر لو انا جبت ملف الاولابي وقطعت نصه. كسافت الفيد اللي يحصل لها في الحالة دي. هو انت مش خليت الطول قلل للنص. كسافت الفيد هنا اقلب هتبقى بتنين. يعني هتزيد للضعف. طب مستر لو انا جيت على ملف قطعت ربع. فبقالي تلتة اربعة. كسافت الفيد في الحالة دي هتصبح قيمتها اربعة على التلاتة من القيمة الاديمة. وليكن دي مثلا بيتو. وهنا بي واحد. تصبح اربعة التلاتة من القيمة الاديمة. يعني بشوف الجزء اللي باقي ده طول وقت دي ايه? وشكل بالطول بتاعه. هو ده كسافت الفيد. هنحل عليها ان شاء الله واحنا نشغالين دلوقتي. بس الفكرة دي من الافكار المهمة جدا جدا للامتحان يا شباب. حيطة ان انا اقطع من الملف جزء ووصل الباقي بنفس الطرق او بنفس ايه? المصدر او نفس الفرق الجهد. خاصة اللي تحت طبعا دي فيها طبعا شغل اكتر من اللي فوق. ان اللي فوق هتقوله تزل سبت وخلاص ان اللي تحت فيها شغل. طيب. تعال نشوف اي سئلة على الملف الاولابي كده مع بعض. باسم الله. السؤال هنا بيقول لك الشكل المقابل الملف الاولابي. تمام? طوله اللي هو بتاعه. عشرة باي سنتي يعني في عشرة قصة سالب اتنين. وعدد لفاته اللي هو الان خمسمية لفات. متوصل ببطارية ومقاومة ار على التوالي. فكانت كسافة الفيد عند نقطة او عند منتصف طول الملف بالساوي اتنين واربعة من عشرة. فعشرة قصة سالب اربعة دي كسافة الفيد اللي هي البي. والطرف دي كتب جنود. اجيد هيسألك على اتجاه الطيار طالما هحددلك نوع كتب هيسألك على اتجاه الطيار وهو فعلا عمل كده بيسأل على اتجاه الطيار. وكمان بيسأل على شدة الطيار. طيب الاول تعال نجيب شدة الطيار بالقانون. حقولنا بي لو لبي بتساوي من ايل. البي اتنين واربعة من عشرة. فعشرة قصة سالب اربعة بتساوي ميو اللي هي اربعة باي. فعشرة سالب سبعة. في ان اللي هي خمسمية. فاي اللي انا عايزها. كل ده على ال 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 اللي هو عشرة. فعشرة قصة سالب اتنين. تعرف تجيب الطيار? تعرف ان شاء الله. هتعمل مقصة باعا او طرفين في وسطين. ده ده. على واحد في باي او او ميو في خمسمية. هيطلع معاه من هنا شدة الطيار بتساوي اتناشر من مية امبير. تطلع معاك شدة الطيار اتناشر من مية امبير. يبقى احنا ان شاء الله كده هنستبعد. جيم وحنستبعد ده. لان الاجابة فيهم اربعة عشرين من مية. الاجابة يا ام الف يا ام بي. طيب ازاي احدد ابتجاه الطيار? هنا اقول راجل عكس لك الفكرة. يعني بدل ما يخليك تحدد انت نوع الكتب. هو ادي لك نوع الكتب. عادي. هو قال لك دي كتب جنوبي يبقى اللي هناك ده شمال. وانا المفروض القاعدة بتاعتي بتقول لي ان صوابعك هي الطيار والابهام بيشور عالشمالي. فانا هخلي الابهام يشور عالشمالي كده اهو. يبقى الطيار هيبقى طالع لفوق الشكل ده. يبقى الطيار هيكون طالع لفوق الشكل ده. طيب هو عايز اتجاه الطيار في المقاومة. سهلا. انت الطيار بتاعك طالع لفوق. امسك كده اخر اخر لفة. هتلاقي الطيار هيطلع لفوق. يلف من ورا الصاق الحديد. ويمجاي ايه? نازل لتحت بالشكل ده. اهو. ماشي كده. فاتجاه جوه المقاومة من ايه لي بي? من ايه? لي بي. يبقى الصح اختار اول اختيار. المسألة اللي قدام مني هنا مسألة ملف الاولابي. بيمر في طيار فنشأ عنه فيد كسافته اتنين في عشرة سالب سبتة. وجنب منه سلك مستقيم. عمودي على الورقة. بيمر في طيار فنشأ عنه فيد كسافته اربعة في عشرة سالب سبتة. حضرتك كده معاك بي ملف? حضرتك معاك بي سلك. ايه المطلوب? عايز كسافت الفتح كلية. عايز انه حصله? قلت لك دايما ملف الاولابي وسلك مستقيم تحت الجازة اعطوه قاعدك في سورس. الا حالة وحيدة. لو كان رقم واحد السلكة عمودي. وهنا السلكة عمودي اهو. هو رسم لك السلك كده? رسمولك كده? ولا عاملولك عمودي بالشكل ده? هنا السلكة عمودي طبعا. وكان السلك فوق الملف او تحت الملف. هنا ما بنشتغلش بقاعدة في سورس. هنا بنجمع او بنطرح. وعشان اعرف جامع ولا طرح بتبقى المسألة هنا فيها شغل شوية. ليه? رقم واحدة هتحدد مجال الملف. رقم اتنين هتحدد اتجاه مجال السلك. بالنسبة للملف في صوابع طيار ابهام بيشورع كدب الشمال. الطيار نازل لتحت. يبقى صوابع يلف لتحت كده. يبقى هناك كده كدب الشمال. وهنا الجنوبي. واحنا عارفين المجال بيمشي من الجنوبي للشمالي جوه الملف. طيب بالنسبة للسلك. هنشغل برضو بامبير. بس هنا العكس بقى هنا. الابهام طيار والصوابع هي اللي مجال. طب الطيار اكساية. يعني الطيار داخل لجوه. يبقى الابهام داخل اوه. المجال هيكون مع عقارب الساعة. اتجاه المجال هيكون مع عقارب الساعة. طيب تعال نكمل كده مع اتجاه المجال هتلاقي ان هو ده كده الاتجاه بتاعه. ما هو بيدور ناحية اليمين مع عقارب الساعة. فده كده اتجاه نكمل اهو فده كده اتجاه المجال بتاع السلك المستقيم هتلاقي ان اتجاه مجال السلك المستقيم هنا عكس الاتجاه بتاع المجال بتاع الملف اتجاه الملف هو رايح ناحية المين اتجاه المجال بتاع السلك رايح العكس رايح ناحية الشمال يبقى ببتالي طالما اللي تناع عكس بعض هجيب المخصلة بتاعتهم في الحالة دي بالطرح هطرح بقى بي ملف ناقص بي سلك او بي سلك ناقص بي ملف. مش برقة يعني بس هنا طبعا الكبير بي سلك اكبر من بي ملف. هطرح اربعة في عشرة سالب ستة ناقص اتنين في عشرة سالب ستة. يبقى بي توتل هتبقى عبارة عن بي سلك ناقص بي ملف. على الايه لو طرحنا اربعة في عشرة سالب ستة ناقص اتنين في عشرة سالب ستة هيطلع برضو اتنين فعشر اوس سالب ستة. مسألة اللي بعدها بيقول لك ملف لو لبي طوله اللي يتصل ببطارية مهملة المقاومة الداخلية. فاذا يكتع من الملف ربع طوله. قطعنا من الملف ايه? ربع طوله. وصلنا اللي ايه? الباقي. الباقي اللي هو التلات اربع. مش انت قطعته ربع. فيبقى لك تلات اربع. قطعنا التلات اربع اللي باقيين بقى. او اخدنا التلات اربع اللي باقيين. وصلناهم بايه? لو قال لي وصلناهم بنفس الطيار اقول له كسفت الفيتة ظل سابتة. طب لو قال لك بنفس البطارية اقول له والله كسفت الفيت هنا هتزداد. طيب هتزداد قد ايه? هتزداد بمقلوب بمقلوب نسبة النقص في الطول. يعني في الحالة دي بيتنين هتصبح قيمتها بتساوي اربعة على التلاتة بواحد. اربعة التلاتة بواحد. طيب اربعة التلاتة اللي هي كام اللي هي لو فكرتها كده لا تطلع لك واحد علامة تلاتة تلاتة تلاتات كتير او يعني. طيب هو الاول كان بيه واحد. بعد كده بقى واحد وتلاتة وتلاتين من مية بيه واحد. يعني زاد قد ايه? يعني الزيادة مقدارها التلاتات الكتير دي. مش فاهمة بسا. بص حبيب انت كان معك مية جنيه. بقوا مية وخمسين. الزيادة ايه? هتقول له الزيادة اللي هي الخمسين? مأنا كانت مية بقت مية وخمسين. يبقى الخمسين هي الزيادة. كان معايا مية بقت مية وتمانيين. الزيادة ايه? الزيادة تمانين. ما كانت مية وبقت مية وتمانين. طب هي كانت بي وبقت واحد وتلاتة وتلاتين من مية بي. يبقى الزيادة ايه? التلاتة وتلاتة وتلاتين من مية? صح كده? يبقى دي كانت زيادة. طب هو عايز نسبة الزيادة عشان اجيب النسبة حضرة في مية فهتبقى تلاتة وتلاتين وتلاتة من عشرة في المية اللي هي عندنا اخر ايه اختيار. دلوقتي بقى رجال هندخل على الدرس التالت ومن الدروس برضو مهمة عندنا في الفاصل التالي الدرس كان بيتكلم على موضوع مهم اسمه القوة المغناطساب. طبعا في الدرس ده عرفنا انه اي سلط او اي موصل بيمر في طيار ده رقم واحد. اتنين موضوع داخل مجال تلاتة قل لا يكون موازي. يعني بشرط قل لا يكون موازي للمجال لو تلاتة شروط دولات حققه. السلك ده حيتقصل بقوة مغناطسية وهيتحرك من مكانه. قوة دي هتحركه من مكانه. يبقى هي الشروط التالي شرط رقم واحد ان انا يكون عندي سلك بيمر في طيار. موضوع داخل مجال بس ما يكونش موازي للايه? للمجال. لو تلاتة شروط دولات حققه السلك بتاعها هيبتجي ان هو يتحرك من مكانه. تماما بسر? انا دلوقتي عندي سلك وهطو جوه مجال. وبيمر في طيار وما كانش موازي. بدأ السلك يتحرك. مش الحرك اجيب سبب قوة? قال لك اه ازاي بقى احسب القوة? بص يا سيدي اول عشان تحسب القوة انت عندك كزا حالة. مسائل القوة عندنا مسائل هتبقى القوة المؤسرة على سلك واحد. عندك حالة تانية اللي هي قوة المؤسرة او قوة متبادلة ما بين سلكين. وعندي حالة تالتة اللي هي مسائل التلات اسلاك. يبقى في مسائل القوة عندك ياما سلك ياما سلكين ياما ايه? تلات اسلاك. وعندي حالة كمان رابع اللي هي حالة اسمها حالة الارتزان. فاحنا ان شاء الله هننسي كل حالة منا ونفتقارن كلا مع بعض. زائد كمان ان احنا هنعرف ازاي نحدل اتجاه الحركة بتاعة السلك ان شاء الله. اولا بيقول لك الكوة طبعا هي او زي ظاهرة المطور يعني اه فكرة الدرس. ظاهرة المطور وهي هنا بنتكلم على القوة اللي بتأثر على سلك او اللي بيأثر بها مجال على سلك بيمر في طيار ايه? كهرابي. وزي ما قلنا مش موازي للمجال. فحنفرض ان احنا مسلا عندنا سلك مصطقيم بيمر في طيار كهرابي. فحيتولد قوة على السلك دي تحركه من مكانه عموديا على المجال. نحسب بقى ازاي قوة? او طبعا ولو عكسنا هنا اتجاه الطيار هنعاكس طبعا اتجاه القوة وده طبعا هنعرفه لما ناخد القاعدة اللي بتحدث اتجاه لايه القوة. نحسب بقى ازاي يا شبابي القوة? عندنا طبعا حالات للكوة. زي ما قلت لك من شوية عندك اربع حالات. حالة الاولى اللي هي حالة السلك الواحد. كمان عندنا السلكين. عندنا التلات اسلاك. وكمان عندنا حالة الاتزام. تعالى كده نبدأ نتوكل على الله ونشوف كده مع بعض حالة رقم واحد لو هي مسألة سلك واحد. لو انا عندي سلك واحد موضوع داخل المجال وبيمر في طيار. نحسب ازاي قوة المؤسرة عليه? قال لي والله القانون بتاعك. اف بالساوي بل ساين سيتا. بل ساين سيتا. بي في اي في ال في ساين سيتا. البي اللي هي كسافة الفيد? الاي طيار السلك والال طبعا هو طول السلك. في انا ملحوظة ان انت بتعود بطول الجزء من السلك اللي داخل المجال. عشان الحتة دي ممكن يلاعبني عليها برضو خلي بالك. ازاي? ممكن يجيب لك منطقة من المجال. المنطقة دي مسلا الحتة دي كده اتنين سنتي. ويجيب لك سلك طوله خمس سلاف سنتي. خمس سلاف سنتي. محطوك جوة المجال. هتعود بالطول كله اللي هو الخمس سلاف طبعا لا. هتعود بالحتة اللي جوة المجال من السلك بس. يعني هتعود به الحتة دي بس اللي هي طولها هيبقى اتنين سنتي. يبقى ممكن يجيب لك سلك مسلا عشرين سنتيمتر. بس اللي جوه المجال منه فعليا خمسة سنتيمتر. تعود بالخمسة بس. تمام? يبقى القل هي طول الجزء المحصور من السلك داخل المجال. هي طول الجزء المحصور من السلك داخل المجال. طيب كده عرفت ازاي احسب القوة. طبعا لو كان السلك بتاعي موازي للمجال فده معناه ان الزاوية بصفر يبقى قوة المؤسرة عليه بصفر. ولو كان السلك عمودي على المجال هيبقى ساعته طبعا القوة قيمة عزمة لانه ساعته الزاوية هكون تسعين. لو كان السلك مايل بزاوية تلاتين هيبقى قوة هنا طبعا نص القيمة العزمة زي ما احنا عارفين. ماشي. ازاي بقى نحدد اتجاه القوة او نحدد اتجاه حركة السلك بتستخدم قاعدة للياد اليسرى. للياد اليسرى. قاعدة طبعا بتقول لك ايه? حركة مجال طيار. حركة مجال طيار. حركة مجال طيار. بشاور على المجال. وبعدين بشاور على اتجاه الطيار. بقدر حدد اتجاه الحركة. مساء على الكلام ده او هنا طبعا نص القاعدة بيقول لك ايه على الاصابع الياد اليسرى السبابة والابهام المتعمدين على بعض. وعلى باقي الاصابع. فبيقول لك السبابة يشير الى اتجاه المجال. الابهام بيشير الى اتجاه الطيار او بيشير الى اه اتجاه القوة المفروض. فيكون الابهام مشيرا اتجاه القوة. باقي الصابع طبعا هي اللي بتشير الى اتجاه الطيار. يبقى انت عندك ده مجال طيار وده قوة او ممكن نقوله قوة مجال طيار. قوة مجال طيار او حركة يعني مجال ايه طيار. هنطبق طبعا على القاعدة بس واحدا ان شاء الله ايه بالحل طيب ده بالنسبة لو كان سلك واحد طيب مسلوا سلكين. 믿وازين نحسب ازاي القوة اللي ما بينهم. اللي والله في الحالة دي قوة اللي بين سلكين بتساوي مي اي واحد اي اتنين ل علي توبة دي مي اي واحد اي اتنين ل على توبة دي. يعني لو عندك سلكين بالشكل ده. بيمر赤 ده طيار. ودا برضو نفس الكلام طيار. مبينهم مسافة معينة اسمها دي. اه ده راحسب القوة اللي مبينهم اه. اقول مي... اي واحد اي اتنين ال ال اللي هو طول اي واحد من الاتنين على اتنين بقى دي طب بص برضه هنا فيتر الكاية افري كان طول السلك ده اطول من التاني اعود بقاني طول بطول الكبير ولا طول الصغير تعود بطول الصغير لو كان واحد من السلكين اطول من التاني تعود بطول الصغير طب ازاي احدد نوع القوة اللي بين السلكين لو كان الطيار في نفس الاتجاه تبقى القوة اللي بينه منه قوة تجازم طب لو كانت طيار في عكس الاتجاه تبقى قوة تنافر. ونفس الكلام اهو ازا كان الطيار في نفس الاتجاه ده بقوة تجازه بعكس الاتجاه ده بقوة تنافر. طيب بالنسبة لمسائل التلت اسلاك لو انا عندي تلت اسلاك. اجيب ازاي قوة المؤسرة على سلك من التلاتة. بص يا سيد. لو انا عندي سلك اتنين تلاتة. ده مسلا رقم واحد ده رقم اتنين ده رقم تلاتة. عايز احسب القوة اللي بتأثر بيها او اللي بيأثر بيها السلك مسلا رقم واحد. ورقم تلاتة على رقم اتنين. اعمل ايه? قال لي رقم واحد بتاع السلك رقم واحد. وبعدين تحسب بتاع السلك رقم تلاتة. وتجيب المحصرة بتاعتهم. على حسب بقى لو طارن في نفس الاتجاه. يبقى جوة طرح وبرا جامع. فعكس الاتجاه جوة جامع وبرا طرح. ازاي ما احنا عادتين عادي? اكنا ما اسأل السلكين عادي. تجيب بي واحد وبي تلاتة وتجمعهم او تطرحهم من بعد. كده انت جبت بي توتل. طيب بعد ما تجيب البي توتل كده انت جبت مجال الاول مجال التاني. تجيب المحصلة بتاعتهم سواء بالجامع او ايه? او بالطرح. بعد كده تعود في القانون ده بقى. اف بالساوي بي توتل اللي انت جبتها. في اي في ال تضرب بقى في طيار السلك. نفسه في طول السلك نفسه. وطبعا ان شاء الله هنشوف السلع على اقوة. اقوة بتاعة التلات استاك. اخر حالة اللي هي حالة الاتزان بستخدم القوانين اللي هنقول عليه دلوقتي في حالة انه يقول لك سلك متزن او يقول لك سلك معلق. او يقول لك سلك وزنه منعدم ظاهريا. او يقول لك سلك محصلة القوة عليه تساوي سفر. امتى يعني استخدم القوانين جي تاني? اربع حالات. لو قال لك سلك متزن او سلك معلق او وزنه منعدم ظاهريا او السلك محصلة القوة عليه في سفر. الاربع كلمات دول فكرتهم واحدة. فكرته من القوة المغناطيسية بتساوي الوزن اللي هو ام بجي الوزن ده بيتفك الام بجي قطلة في عجل الجاذبية قطلة في عجل الجاذبية قولا وحيدا. اي مسألة في واحدة من الاربع دول اشيل او hover qui M vs G. قوة المغناطيسية بتساوي باشا ايه? بتساوي الوزن اللي هو الام في الجي. لو في المسألة اداك كسافة سلك ساعتها بتقول في البي بتساوي الرو في ال اي في ال جي بس احنا فكنا المساحة بس هو عمتن ال اي في البي بتساوي الرو في ال اي في ال جي ده في حالة انه كان معاك الكسافة بتاعت مادة السلك في المعطيات خلاص كده يبقى التزان معلق منعدم ووزن منعدم على طول اقول اف مغناطسية بتساوي ايه في وزن اللي هي اما لو كم يديك كسافة بقول اه في بي بتساوي رو في ايه في جي. ده كده بالنسبة لحالات القوة كلها. تعال نحل اقسلة على القوة. نخل ده اخو كده اقسلة على سلك وسلكين وتلاتة وكزا. طيب بسم الله بيقول لك هنا يوضح الشكل الباني علاقة بين القوة المؤسلة على سلكين مستقيمين اكس و واي. ادي السلك اكس وسلك واي. وصين الزوية. علاقة بين القوة وصين الزوية. انا بتعود في المسألة اللي بقى لي مش بكمل حل المسألة غير الاول لما بحط في القانون بتاعها. طبعا القانون هنا اف بتساوي بي في اي في ال في ساين سيتا. وبعد كده بقى شيل من القانون ده الصادات اللي هي الاف والسينات اللي هي ايه? ساين سيتا. فيبقى لي الميل بي اي ال. ماشي. بيقول لك واتجاه الكوة او اتجاه المجال المغناطيسي المؤسر اللي هي الزوية يعني. واللزي كسابت فيدو بي. يعني كسابت الفيد هنا في المسألة بي. فازا علمت ان النسبة بين طيار السلك اكس لطيار السلك واي. تلاتة على اربعة. عايز النسبة بين طول السلك اكس لطول السلك واي. تمام. دلوقتي انا لو قسمت الميل بتاع اكس على الميل بتاع واي. ده هيساوي البي في الاي في الاي بتوع اكس. على البي في الاي في الاي بتوع مين بتوع واي. السلكين في نفس المجال واقل لك ان المجال كسافته بي كده 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 اللي بتأثر على السلكين. فبقى لك الاي في الاي بتاعت اكس على الاي في الاي بتاعت واي. يلا بينا. اول حاجة كده. الميل بتاع اكس ادي اكس هو لو انا عايز اجيب الميل هو ما يديني زاوية فما تنساش ان لما يديني زاوية بيكون الميل بيساوي تان الزاوية الميل بيساوي تان الزاوية باخد الزاوية اللي بين الخط ومحور الصادات ولا الزاوية اللي بينه وبين محور الصنات لا باخد الزاوية اللي بينه وبين محور الصنات طب هو عامل مع محور الصادات زاوية تلاتين يبقى مع محور الصنات هتبقى الزاوية ستين يبقى تان ستين بالنسبة لميل وي اي دي الخط الورنج دا او الاحمر دا اللي هو وي عامل مع محور السينات الزاوية تلاتين يعني الميل حيبقى تلاتين. الكلام ده هيساوي الاي في الاي لبتاع اكس على الاي في الاي لبتاع وي. دلوقتي نحو بدي لك المسألة الطيار بتاع اكس على الطيار بتاع وي تلاتة على الاربعة. فهيبقى لك بس الطول بتاع اكس الطول بتاع اكس على الطول بتاع واي. على الالة بتاعتك هتعمل مؤس عشان تجيب طول اكس على طول واي تعمل مؤس. هيبقى اربعة فتان ستين. على تلاتة فتان تلاتين. لو اشتغلت على الالة يطلع ان شاء الله الحال بتاعي بساوي اربعة على الواحد. اربعة على الوا. مسألة اللي بعدها بيقول لك سلكان متوازيان. الطول المتقابل بينهما عشرين متر ده الطول اللي هو ال. والبعد بينهما اللي هي المسافة اللي بينهم اللي هي دي. خمسة سنتيمتر فلازم طبعا تتضرب في عشرة واي سلوب اتنين. يمر بكل من هما طيار شدته عشرة امبيل. بكل من هما ده معناها ان ضيار الاول عشرة طيار التانية عشرة. يعني العشرة دي عبارة عن اي واحد واي اتنين برضو. وفي نفس الاتجاه الطيار اللي بيمر هنا بيمر في نفس الاتجاه. عايزين مقدار ونوع القوة. اولا نوع القوة بما ان الطيار في نفس الاتجاه يبقى قوة تجازب. يبقى انا الحل بتاعي اما به اما جيم حسبعد الف ودال. مقدار القوة نحسبها هما سلكين. والقوة اللي بين سلكين. قانون بتاعها ميو. اي واحد اي اتنين ال على تو باي دي. بالاركام الميو اربعة باي في عشرة سالب سبعة. طيار الاول احنا قلنا طيار كل واحد من دول بعشرة. يعني طيار الاول بعشرة وتاني بعشرة. فممكن اكتبها عشرة في عشرة او عشرة تربيع. هي هي. في الطول اللي هو عشرين على اتنين باي في المسافة اللي بين السلكين اللي هي خمسة في عشرة او سالب اتنين. على الالة لحسابها يطلع بإذن الله الحل بتاع تمانية في عشرة او سالب تلاتة ونوع قوة تجازب زي ما قلنا يبقى الحل به. طيب الفكرة اللي بعدها مسألة قوية جد نخلي براك المسألة دي وهي مسألة امتحان. جات في امتحان ابل كده. بس جات في امتحان ايه? كان تجريبي. وآآ جات في امتحان برضو السنة اللي بعدها او في امتحان نفس السنة يعني في امتحان السنة والعامة. بس مع اختلاف الاركام. بس دي جاء في امتحان تجريبي قبل كده وفكرة ده كانت في نفس السنة في امتحان السنة والعامة. بيقول لك هنا الشكل بيوضح سلكين اكس وواي المسافة اللي بينهم تلاتين سنتيمتر. الاول طياره تلاتة امبير والتاني طيارة اربعة امبير. حلو الكلام حلو الكلام. وقال لك السلكين دولا بيتعرضوا لمجال خارجي كسافتو بيه. هنا ستوب بقى. فيه فرق ما بين مسألة سلكين. ومسألة سلكين جوه مجال. في فرق تاني ما بين مسألة سلكين وسلكين جوه مجال. لو المسألة سلكين هو بس القانون هنا في الحالة دي بيبقى قانون السلكين اللي احنا لسه حلين مسألة عليهم شوية. ما يوقع يواحد اي اتنين ال على طوب اي دي. اما لو المسألة سلكين جوه مجال بنحلها كأنها مسألة تلات اسلاك. بنحلها كأنها مسائل التلات اسلاك. تحل مسائل التلات اسلاك. وهقول لك دلوقتي يعنيه. المجال ده اتجاوة عمودي على الصفحة زي ما احنا شايفين للداخل. فاذا علمت ان القوة المؤسرة على واحدة الاطوال واحدة الاطوال يعني يعني الطول بواحدة شباب. واحدة الاطوال من السلك اكس اللي هو ده. بتساوي اتنين في عشرة قصة سالب خمسة. احسب كسبة الفيدر الخارجية. بص يا باشا. تتحل ازاي كانها تلات اسلاك? هنا هو مدينك القوة المؤسرة على اكس. اكس عشان يتأثر بقوة لازم يتأثر بمجالين. اولا المجال الخارجي اللي هو البي ومجال السلك اللي جنب منه اللي هو واي. طب تعال انجيبي البي بتاعت السلك واي. البي بتاعت السلك واي هنحسبها الاول. ميو في اي على تو باي دي او اتنين في عشرة سالب سبعة. اي بتاعته اللي هي اربعة. على دي اللي هي كام? اللي هي تلاتين سنتيمتر. يعني تلاتين في عشرة قصة سالب اتنين. احسبها باشا على القال. طيب لان انا طبعا مش معايا الا فانا هحسبها كده ايه? هيطلع تمانية على التلاتة في عشرة سالب ستة. اللي هي اتنين طيب تمانية على التلاتة اللي هي اتنين وسبعة وستين من مية في عشرة سالب ستة. كده انا جبت مين? كده انا جبت البي بتاعت السلك اللي اسمه واي. ماشي. طب احنا قلنا السلك اكسي بيتأثر بكم مجال بمجالين. مجال السلك واي والمجال الخارجي. طب المجال الخارجي بيه خارجي. كسفته بتساوي كام? قال لك بتساوي بيه. طب المحصلة بتاعت المجالين دولة جمع ولا طرح تعال نشوف. السلك واي ده طياره الفوق. يبقى مجاله من هنا اكسات داخل يعني. ومن هنا هيكون نقط يعني خارج. هل مجال السلك واي نفس اتجاه المجال الخارجي? لا. المجال الخارجي اكسات ومجال السلك واي نقط. يعني المحصلة بتاعتهم طرح. المحصلة بتاعتهم طرح. ازن عبارة عن بي خارجي. ناقص بي السلك واي. دي نقطة مهمة جدا. لازم كنا نوصل لها او لازم نعملها. دلوقتي بقى قوة المؤسرة على السلك اكس دي عبارة عن ايه? عبارة عن البي توتل في طيار السلك اكس في طول السلك اكس. القوة هو بتديه لك في المسألة باتنين في عشرة قصة سالب خمسة. بتساوي اللي هي بي ناقص بي السلك واي اللي احنا جبناها مع بعض باتنين. وسبعة وستين من مية في عشرة او سالب ستة. الكلام ده في طيار السلك اكس اللي هو تلاتة. في طول السلك اكس احنا قلنا الطول بتاعه بواحد. اصبح كده المسألة عادية اقدر منها ان انا اجيب كسافة الفي. نقدر عادي نجيب كسافة الفي. طيب خطواتها بخشن تعملها انت على الاول حاجة هنقص مع التلاتة. يعني اتنين في عشرة سالب خمسة. حنقسمها على التلاتة. طب واللي يطلع او مجي اجمع علي ده. لان ده حيروح بعكس الاشارة يعني نروح بالجمع. باول حاجة اتنين في عشرة سالب خمسة على التلاتة. اللي هيطلعته مجي ايل زائد. اتنين وسبعة وستين في عشرة او سالب ستة. هيطلع الحل تسعة وتلاتة وتلاتين ان شاء الله. في عشرة او سالب ستة تسعة. آآ تسلة. تمام كده? آآ يبقى هنا نستفاد من المسألة دي بفكرة ان لو مسألة سلكين. بس اعود عادي بقانون سلكين. سلكين ومجال احلها كانها مسألة باب آآ كانها مسألة تلات اسلاك. ناخد طيب مسألة كمان على تلات اسلاك بيقول لك الشكل الموضح تكون النسبة بين القوة المؤسرة على المتر الواحد من السلك اكس. الى القوة المؤسرة على المتر الواحد من السلك آآ زبد. بتساوي كام? طيب. بص يا باشا. هو عايز على مش دي مسألة تلات اسلاك? قال لي اه. يبقى انا عشان احلها هقول بيه في اي في اي. طبعا يا مسألة نسبة في انا قرأت القانون مراتين. بالنسبة لعشان يتقسر بقوة. فلازم يتقسر بالمجالين. مجال وي وزد. فانا محتاجة اجيبه بتاعت وي وزد. وبعدها اضرف فيه طيار السلك اكس في طول السلك اكس. طب بالنسبة لزد. عشان يتقسر زد بقوة لازم يتقسر بالمجال بتاع وي وي X. يعني لازم يجيب والتوتال وي وي وي. وبعدها اضرف في طيار زد. وطول زد. طيب تعالى كده في اول حالة نجيب المحصرة بتاعة مجال واي وزلد. بالنسبة لوي وتأثيره على السلك اكس. واحدة واحدة بقى لان المسألة مفاش ارقام فهتتحل رموز وانا عارف ان معظمنا مش بيحب الرموز بس لما تفهمها هتلاقيها سهلة جدا. واي وتأثيره على السلك اكس. واي الطير بتاعه ايه? هتقول لي اي. البعد اللي بينه بين السلك اكس ايه? هتقول لي دي. يعني اكنها واحد ايه على واحد د دي. فهتعمل فتكة سفت واحد بيه. طيب بالنسبة لزد بقى. بص يا بش. الزد. طياره تلاتة اي. المسافة اللي بينه وبين السلك اللي هناك اتنين د. المسافة كلها اتنين د. يعني تلاتة اييه على اتنين د اكنها تلاتة على اتنين. يعني كم? يعني واحد ونص بيه? واحد ونص بيه. طيب. طيار السلكين وي وزد في نفس الاتجاه يبقى جوه طرح وبره ايه جمع بره جمع طبعا السلك اكس بره فالمحصرة هتبقى بالجمع يعني هتبقى اتنين ونص بي هتجمع واحد ونص بي زائد بي يعني اتنين ونص بي هضرب في طيار السلك اكس اللي هو اربعة اي في الطول بتاعه اللي هو عايز دلوقتي اجيب الكوة اللي بتأثر على زد فلازم اعرف مجال وي بكم ومجال اكس بكم طيب بالنسبة اي اي الطيار بتاعه اي 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 قصدي الطيار بتاعه اي والبعد اللي بينه وبين السلك زد اسمه دي فاكني بقى سم واحد اي على واحد دي يبقى واحد بي طيب بالنسبة للسلك اكس الطيار بتاعه اربعة اي المسافة اللي بينه وبين السلك اللي هناك اتنين دي يعني اكلناها اربعة على الاتنين في الاتنين يبقى ده كده الكسافة بتاعته اتنين بي يبقى انت كده عندك الاولاني كسافته بي التاني كسافته اتنين بي دي زد طبعا ده كسافته بي ده كسافته اتنين بي نفس الكلام السلكين طيارهم في نفس الاتجاه يبقى جوة طرحوا برة جمع. وطبعا السلك زد برا يبانى حجمها. حجم البي على الاتنين بي تبعى تلاتة بي. واضرب في طيار السلك زد. السلك زد طياره تلاتة اي. والطول بتاعه ال. طبعا البي تروح مع البي. الاي تروح مع الاي. الال تروح مع الال. هيبقى لك فوق اتنين ونص فاربعة فيها العشرة. هيبقى لك تحت تلاتة في تلاتة فيها التسعة. مش هقول لك ان دي حتة من الاعتار في المعلقة. ولكن طبعا تعتبر فيها فكرة. تمام? ولكن هنحل طبعا حاجات اتقل من كده. واحنا طبعا في الفيديو بتاع اللي هي بتاع السيلة ان شاء الله. طيب تعالى نخش على الجزء اللي بعدها ودي كانت بتتكلم على او السؤال اللي بعده يعني بتكلم على الاتزان. ودي كانت اخر حالة عندنا. اللي هي حالة الاتزان. ناخد واحدة اتزام برد. بيقول لك هنا سلك بيمر فيه خمسين امبير. ده كنا الاي. موضوع افقيا في الهواء بحيس بحيس يكون حر الحركة. وموازئا لسلك اخر يعني فيه سلك تاني. دي كنا ما استقال للسلكين. طياره تمانين امبير ده كنا الاي بتاع التاني. ببقى ده كنا اي واحد وده كنا اي اتنين. على بعد ستة واربعة من عشرة سنتي دي كنا المسافة اللي بين السلكين. وطالما بالسنتي بقى لازم اقول في عشرة قصة سانب اتنين. فاذا كانت القوة المحصلة. المؤسرة على اكس بتسوي كام? اه صفر. محصلة القوة بصفر. دي كانت من ضمن الحالات اللي اتزان. قلت لك يا ام هيقول لك سلك متزن. يا هيقول لك سلك معلق. يا هيقول لك سلك وزن ومنعدم. او القوة المحصلة بتسوي صفر. دي كلها حالات اتزان. فان كتلة وحدة الاطوال منه بتسوي كام? في حالة الاتزان قلت لك بنقول اف مغناطسية بتسوي ام في جي. قوة المغناطسية هنا احنا بنتكلم على سلكين فانا هفكها لميو اي واحد اي اتنين ال على اتنين باي دي. بتسوي ام في جي. يلا بينا. الميو عندك اربعة باي في عشرة سالب سبعة. اي واحد خمسين. فاي اتنين تمانين. طب والطول بكام? ايلك وحدة الاطوال. يبقى طول بواحد. خلاص مش عبر عنه او مش عوض عنه. الكلام ده على اتنين باي في المسافة. المسافة عندي هنا ستة واربعة من عشرة. فعشرة قص سالب اتنين. كل ده بيساوي الام اللي هي كتلة اللي هو عايزها في الجي اللي هي بعشرة. على الانة بتاعتنا هنحسب كل ده. هيطلع لي واحد عالتمانين. وما تنساش تقسم على العشرة. عشان تجبيه هتقسم على العشرة. فاللي هيطلع قطي لك واحد عالتمانين. هتقسم على عشرة فتطلع لك واحد عالتمانين اللي هي تاني اختيار. الجزء اللي بعد كده او الدرس اللي بعد كده او استكمال بمعلق صح درس القوة كانت ظاهرة اسمها عزم الازواج والدينمو. عزم الازواج طبعا ده الفكرة الرئيسية للمطور. يعني دي فكرة عمل المطور هو عزم الازواج. ايه موضوع عزم الازواجة مستر? اتفقنا شباب في جزء دي. ان احنا لو جبنا سلك وشكلناه على هيئة اطار مربع او مستطيل. ومر في طيار جوه مجال. هيتأثر الاطار ده بحاجة اسمها عزم الازواج. ليه بقى? طبعا هي كلها نفس الملف بس هنا انا باصس من الجنب هنا بص عليه من فوق. هنا بص عليه بزاوية. المهم كلها واحد يعني. لو جبنا اطار او ملف جوه مجاله وبيمر في طيار. قال لك هتأثر بحاجة اسمها عزم الازواج. ازاي بقى? الفكرة ان دلوقتي لما يمر فيه الملف ده طيار. هتلاقي عندك لو المجال ماشي من الشمالي للجنوبي. هتلاقي عندك فيه ضلعة. هنا وضلعة هنا بيوازي خطوط المجال. فدول مش هتأثره بقوة. لان احنا قلنا شرط القوة. قال لها يكون السلك ايه موازي. طب الضلعين التانيين اللي هم الضلعين الطوال. دول هتأثروا بقوة. كل واحد فيهم هتأثر بقوة. يعني هيتأثروا الاتنين بقوتين. القوتين دول هيكونوا قد بعض في المقدار. وعكس بعض في الاتجاه. فاكنك بترفع ايد من ناحية وبتزوء التانية لتحت. فايه اللي هيحصل? هيحصل زي دوران. فيبتجي الملف بتاعك ان هو يدور بفعل الزاهرة اسمها عزم ايه? الازواج. عزم للزواج الرمز بتاعه. وعشان نحسب عزم للزواج طبعا. عندنا قانون هنقوله بس في حالات طبعا الاول اللي عايز اه يعني افكارة بيان. اول حاجة لو كان الملف بتاعك ميل هتقول تاو بتساوي بيان ساين سيتا. طبعا هنحن بتعملها تاو يعني بتعمل بالشكل ده. بيان ساين سيتا. كسفت الفيد في الطيار في مساحة الملف في عدد اللي فات في ساين سيتا. وهنا في تعليق هنتكلم عنه. تاني حاجة لو كان الملف بتاعك عمودي على المجال تاو بصفر. موازي هيبقى ساعتها العزم اكبر ما يمكن. يعني قيمة عزمة وساعتها بيساوي بيان. طيب منين عمودي ومنين العزم في سفر? ومنين موازي قيمة عزمة? قال لي والله كل ده بسبب ان احنا في مسائل العزم بناخد الزاوية اللي بين الملف وايه بقى مش المجال? لا. والعمودي على المجال. يعني الطبيعي ان لو ده مثلا المجال. وده العمودي على المجال. الطبيعي لو انا عندي ملف بالشكل ده. الملف ده المفروب باخد الزاوية اللي بينه وبين المجال اللي اللي تحت. هنا باخد العكس الزاوية اللي بينه وبين العمودي اللي هي الزاوية اللي فوق من هنا. تمام? فلو كان مسلا الملف موازي هتقول لي الزاوية بسفر اقول لك اه بس ده الكلام ده لو انت بتاخد الزاوية اللي بين الملف والمجال. انت بتاخد الزاوية اللي وبينه العمودي. اللي هي هنا في الحالة دي هتبقى زاوية قايمة تسيعين. فعشان كده موازي بتبقى زاوية تسعين. اما لو كان الملف عمودي هتقول لdf عمودي يعني عميز زاوية تسعين. ايوه ده عالم جاء. انما انا باخد الزاوية اللي بينه والبين العمودي. اللي هي في الحالة دي هي بتبقى بصفر لان هو على منطبك على عمودي. فين الزاوة في الحالة دي ايه? بصفر. يبقى الملحوظة المهمة هنا ان احنا في العزم. خلي بالك في مسائل العزم باخد الزاوية اللي بين الملف. والعمودي على المجال مش المجال نفسه. يعني لو بدي لك الزاوية مع المجال اتراحها من تسعين. في مسائل عزم للزاوية. الزاوية هنا الزاوية بين المجال والعمودي على الملف. طيب وبعد كده كان عديد له حاجة اسمها عزم سناء الكطب. رامزو كان ام دي ماغنيتك دايبول. وكان بيساوي ايان. عزم سناء كطب بيساوي ايان يعني اي اي ان. او تاو على بيب ساين سيتا. او تاو على بيب ساين سيتا. عزم للزاوية. على كسافة الفيت ساين الزاوية. مسألة او مسألتين على عزم للزواج. المسألة هنا بتقول لك سلاسة ملفات واحد واتنين وتلاتة لها نفس المساحة وعدد اللفات. يعني كلها نفس الايه ونفس الان. يوري بكل منها نفس الطيار برضو اللي هو اي. تمام? موضوعها في مجال كما بالاشكال عايزين نرتبها من حيس عزم للزواج. طيب. اول حالة انت عندك هنا ملف موازي لخطوط المجال. حبيبي خطوط المجال مش دخلة على الملف عمودي. لا هي معدية من فوق الملف يعني موازية للمستوى بتاع الملف. فهنا الزاوية تسعين. لما اجيب العزم هنا هقول ايه? بيان بي في اي في ايه في ان في صاين سيتا يعني صاين تسعين بواحد. هنا الملف مائل على المجال بزاوية ستين. اعوض بيها? قال لك لا. تعوض بتلاتين. لان انا باخد الزاوية اللي مع العمودي هنا. فالعزم هنا هيبقى بيان. بيان اللي هو بي. اللي هي تلاتة بي. فاي في ايه? في ان? في صاين تلاتين. طبعا لو ضربنا تلاتة في صاين تلاتين تطلع لك واحد ونص. يعني ده كده واحد ونص بيان. طب هنا هنا الملف محطوك جوه مجال. طب المجال ده اتجاهه ايه بالزبط? نقط. نقط يعني خارج. تخيل كده ان في خط من المجال طالع من من الشاشة كده. هيبقى طالع بشكل عمودي على الملف. حتى كبير لو كان داخل. هيبقى داخل برضه عمودي على الملف. فهنا في الحالة دي الملف عمودي. وبالتالي العزم بيساوي صفر. ازا انا بختار لازم يكون تلاتة اقل حاجة. ودي مش هتلاقيه اصلا في الاجابات الا في الف وبه. يعني الاجابة هي الاولى هي اما التانية. طيب مين الاكبر بقى واحد ولا اتنين? واحد كان البيان اتنين واحد ونص بيان. فطبعا الاكبر واحد ونص اللي هي اتنين. بقى كده واحد. بس صاح ان انا اختار تاني رسمة اتنين اختيار اتنين واحد تلاتة. ملف مستطيل يامور بيه طيار كهربي. موضوع في مجال مغناطيسي كسفته واحد واتنين من عشر. ده كده البي. فاذا كان عزم سناء الكطب خمسين امبير في متر تلبيع ده كده الام دي. ومستوى الملف ياميل بزاوية. على المجال. انا باخد الزاوية مع العمودي. الزاوية انا ستين اعوض انا بكام بتلاتين. لان انا باخد الزاوية مع العمودي في مسائل العزم. عايز عزم للزواج. ماشي. فيه قانون بيربط ما بين عزم للزواج. وعزم سوناء كطب كان بيقول ان الام دي بتساوي تاو على بي في ساين سيتا. الام دي بخمسين. العزم احنا عايزينه عزم للزواج. على البي اللي هي واحد واتنين من عشرة في ساين سيتا يعني في ساين تلاتين. هتعمل مقاص. طبعا تاو في واحد يبقى تاو بيساوي خمسين في واحد واتنين من عشرة. في ساين تلاتين. هيطلع الحل بتاعها تلاتين نيوتن في متر. اخر حاجة او اخر درس الباب. التاني كان بيتكلم على اجهزة القياس القهرابي. والاجهزة دي شباب كانت اجهزة فكرتها مبنية برضو على عزم الزواج وعددهم اربع اجهزة. تلاتة منهم فكرتهم عزم الزواج. الجيلفانو. الاميتر. الفولتاميتر. طب الجهاز الرابع كان الاوم ميتر. وده ملوش علاقة بعزم للزواج. ده بيعتبد على قانون اوم. فكرته هي قانون اوم. تمام كده? طب الاجهزة دي بنعمل بيها ايه? بنستخدمها في القياس القهرابي. يعني بنقيس بيها شدة الطيار. بنقيس بيها فريق جهد. بنقيس بيها المقاومة. على حسب كل جهاز. اول جهاز كان الجيلفانو متر. الجيلفانو متر كان جهاز بدائي حبتين. الجهاز ده كان بيستخدم في اياس الطيارات الضعيفة جدا المستمرة. وبيعين شدتها وبيعين اتجاهها. الجهاز ده كان بيكون من ملف مقاومته بنسميها ار جي. بيتحمل طيارات ضعيفة جدا بنسميها اي جي. مؤشر الجهاز كان بيتحرك على تدريج غريب وعجيب. ليه يا عام? لان التدريج ده كان الصفر بتاعه في المنتصف مش عالشمال. احنا عارفين دايما ان الصفر عالشمال. لا انا الصفر كان في المنتصف. طب ليه? قال لك عشان يسمح للمؤشر انه يتحرك يمين ومشمال ويحدد اتجاه الطيار. يبقى لازمة الجهاز زي اهمته ايه? حاجتين. اول حاجة بيستدل على وجود طيارات مستمرة ضعيفة جدا وبيعين رقم واحد شدتها رقم اتنين اتجاهها. تكوين الجهاز زي ما انت شايف كده عبارة عن اطار مستطيل بيصنع من النحاس. يعني سلك من النحاس. بينتهي بيه? زود من الملفات الزنبروكية. ترتكز على حوامل من العقيق. حوامل من العقيق. وبنحط قلب من الحديد المطاوع جوه الاطار. اكتاب مغناطسية مكعرة. على شكل حزاء فرس او حزاء حصاب. وفوق عندنا تدريج وزي ما قلنا الصفر بتاعه في المنتصف والمؤشر طبعا بيتحرك على التدريج. طيب اه سريعا كده دور كل حاجة من من الاجزاء دي سريعا يعني. اولا دور الملفات الزنبروكية يا شباب تلات حاجات. اول حاجة تعمل كمدخل ومخرج للطيار. يعني الطيار يدخل من ملف وبعدين يمشي. ويطنع من ناحية تانية. مدخل ومخرج للطيار. اتنين. التحكم في دوران الملف. تلاتة. اعادة المؤشر الى الصفر بعد انقطاع الطيار. يعني بعد ما المؤشر يقيس الطيار. ونفس الجهاز بتاعنا. اللي بيرجع المؤشر التاني للصفر هو الملفات الزنبروكية. تلات حاجات للملفات. رقم واحد. مدخل ومخرج للطيار. اتنين. التحكم في دوران الملف. اعادة المؤشر للصفر بعد انقطاع الطيار. طب ايه لازمة حوامل العقيق? اولا بيرتكز عليها الملف. هي اللي شايلة الملف. تمام كده? الحاجة التانية. ان هي مصنوعة من العقيق عشان ملمسه نعم. فبالتالي هيقلل احتكاك اثناء الدوران وده هيسبب توازن او للملف. طيب ليه بنحط استوانة من الحديد داخل الجهاز بتاعنا او داخل الملف بتاعنا? لان الحديد معدن بيعمل على تركيز وزيادة كسافة الفيد او خطوط الفيد. الاكتاب تصنع مكعرة ليه? قال لي حتى تكون خطوط الفيد على هيئة انصاف اكتر. انا بقولي النظري لان النظري في ناس كتير بتهمله. طب انا بتكلم. في ناس فاكرة وعارفة وفي ناس هتحس اللي فيها غريبة. هو الكلام ده علينا? اه الكلام ده عليك بس انت اللي مش بيبص على النظر. بيسأل على النظر او بيسأل على النظر. فانا بقول اهو عشان تلحق ترجع ايه? ترجع النظري تاني. الاكتاب مكعرة او على شكل حزاء فرس او على شكل حدوة حصان. ليه? اقول له حتى تكون خطوط الفيد على هيئة انصاف اكتر. وبالتالي يكون الملف دائما موازي لخطوط المجال. ويكون العزم قيمة عزمة. يعني خطوط المجال دي بتطلع بالشكل ده انصاف اكتر. فالملف كده هتليه موازي لاحد الخطوط كده موازي الخط من الخطوط كده موازي الخط من الخطوط وبالتالي العزم دايما القيمة عزمة. سفر تدريك في المنتصف. يعلل او ليه? اقول له حتى يسمح للمؤشر بتحديد اتجاه الطيار. سواء الطيار في الاتجاه ده او في الاتجاه التاني. ايه اللي احصل لو الجهاز بتاعنا? عد عليه طيار متردد. هنا نعمل ستوب. الطيار متردد ده لو كان تردده ضعيف. قال لك هيتزبزب المؤشر يمين ويسار. سفر تدريك. يتحرك المؤشر يمين وشمال. لو كان الطيار متردد وتردده ايه ضعيف. طب لو كان متردد وتردده عالي. قال لك لا يتحرك المؤشر يفضل تثابت عنده السفر. لان القصور الزاتي سيمنعه من الحركة. طب لو كان الطيار مستمر. ضعيف يقيسوا الجهاز عادي. طب طيار مسمر وعالي. قال لك يسبب احتراك للجهاز او لملف الجهاز. ده بالنسبة لتركيب الجيل فانومتر. لو بصينا على التدريج هتلاقي طبعا فيه اقسام للتدريج. لحد اقصى حاجة اللي هي الاي جي. لو عايز اجيب قيمة الاي جي. فممكن نقول ان الاي جي بتساوي اللي هي اقصى طيار. بتساوي عدد الاقسام. عدد الشروط دي يعني. في دلالة القسم الواحد. عدد الاقسام في دلالة القسم الواحد. حاساسية الجيل فانو لو عايز احسبها بقسم سيتا على اي. مين السيتا? هي الزاوية اللي بيتحرك جاه المؤشر. سيتا. على الطيار اللي هو خلى المؤشر يتحرك بما كانه. يعني بنقسم سيتا على الاي ده بالنسبة لحاساسية الجيل فانو. طورنا الجيل فانو وعملنا منه اميتر وفولتاميتر واميتر وكل واحد فيهم عشان نحول الجيل فانو لي كان لازم نوصله بمقاومة. نشوف كده اول جهاز اللي هو الاميتر. عشان نحول الجيل فانو والاميتر. جيل فانو مقاومته ار جي وطيره اي جي. عشان نحول له الاميتر حطنا له مقاومة صغيرة على التوازي اسمها مجزء الطيار. فحولته الاميتر بيس صارت عليها. لو قلق احسب كيمة المجزء هتقول له والله ار اس بتساوي اي جي ف ار جي على اي ناقص اي جي. طب لو قلق يحسب مقاومة الاميتر كله على بعضه تقول له والله بتساوي. ار جي ف ار اس على ار جي زاد ار اس. حاصل ضربهم على حاصل جمعهم لان هما اتنين على التوازي. طب حاساسية الاميتر دي ليها تلات قوانين. اي جي على اي او ار اس على ار جي زاد ار اس او ار جي على ار توتل ار جي على ار توتل. اعلاقة مجزء الطيار بالحاساسية اعلاقة مجزء الطيار بالحاساسية علاقة طردية. الحاساسية ده تناسب طردية مع قيمة المجزء. طردية. يعني كلما قلت قيمة مجزء الطيار كلما قلت الحساسية. والعكس صحية. تمام عشان برضو ممكن يسألني على الحتة دي. طيب الفولتاميتر ازاي حولنا الجلفانو لفولتاميتر? رحنا جبنا جلفانو مقاومته ار جي وطياره اي جي. ووصلناها بمقاومة كبيرة على التوالي زي ما انت شايف كده. اسمها مضاعف الجهن. رمزها ار ام. بتحول ساعتك الجهاز لفولتاميتر. قال لك احسب قيمة الار ام. هقول له والله الار ام بيساوي. الفي نقص الفي جي على الاي جي. الفي هو اقصى جهد. هيقيسه الجهاز بعد ما حطنا له المضاعف. يبقى ده كده اقصى جهد. للفولتاميتر. اما الفي جي ده اقصى جهد كان ممكن يقيسه الجلفانو اللي هو الجهاز الاديم. والاي جي طبعا هو اقصى بيقيسه الجلفانو. طيب لو قال لك احسب اه فرق الجهد الكلي. فرق الجهد الكلي. يعني اقصى جهد اللي هو الفي ده. الفي ده لو حبينا نفكه بنفكه الايه? الاي جي في ار جي زاد ار ام. اي جي في ار جي زائد الار ام. طيب لو قال لك احسب اه مقاومة الفولتاميتر. الفولتاميتر هو عبارة عن مقاومتنا على التوالي. يعني المقاومة بتاعته بتساوي مجموعهم. ار جي زائد ار ام. حساسية الفولتاميتر لو عايز تحسبها لها قانونين. في جي على بي. او ار جي على ار جي زائد ار ام. طيب برضو هنا بالمرة ايه علاقة الحساسية بال ار ام? ايه علاقة الحساسية بال ار ام? العلاقة هنا ما بينهم هي علاقة عكسية. حساسية الفولتاميتر عكسية مع مضاعف الجهد. يعني كل ما بيزيد المضاعف الحساسية بتقل. وكل ما بيقل المضاعف الحسية بتزيد. اخر جهاز الاوميتر ازاي حاولنا الجيلفانو الاوميتر? هنا بقى موصلناش مقاومة. لا ده احنا هنا وصلنا دايرة كهربية كاملة. جبنا الجيلفانو بتاعنا اهو. وروحنا بوصلينه بدايرة كاملة. فيها ايه بقى? فيها اهم حاجة. الار سي اللي هي المقاومة العيارية. بنسميها المقاومة العيارية او المقاومة السابقة. دي اهم حاجة. الباقين شكليات. الباقين ممكن يكونوا موجودين او لا. طب الباقية ده عبارة عن ايه? ار في مقاومة متغيرة. وبطارية ممكن يبقى لها مقاومة داخلية كمان. مقاومة الاوميتر هي عبارة عن مجموعة المقاومات دي كلها. يعني ار جي اللي هي بتاعت الجيل فانو. زائد الار سي اللي هي العيارية زائد الار في لان وجدت زائد الار سمول ان وجدت. انما الااساس اللي اتنين دولها موجودين طبعا. يبقى مقاومة الاوميتر عبارة عن ار جي زائد ار سي. وزود ار في وار سمول لو كانوا موجدين. طيب. طبعا عشان احنا بنستدم عشان نقيس المقاومات المجمولة. اللي هي ار اكس. قبل ما نوصل الار اكس. قبل توصيل الار اكس. بيبقى القانون بتاعي اللي انا بحلي بالمسائل. اي جي بيساوي في بي على ار توتل. اي اي جي بيساوي في بي على ار توتل. والار توتل احنا فكناها هنا. طب لو قال لك وصلنا مقاومة خارجية بيبقى قانون ساعة اي بيساوي في بي على ار توتل زائد الار اكس. يعني بتزود بس في قانون الار اكس. حزسية الاميتر لو عاية استحسابها ممكن تقول اي جي على اي. على اي بيساوي. ار توتل زائد ار اكس. على ار توتل. ار توتل زائد الار اكس على الار توتل. في قانون مهم جدا عايزك تبع عارفه في الاميتر. لو قال لك ان احنا وصلنا مقاومة معينة مجهولة يعني. سببت الحراف للمؤشر. مقاومة سببت الحراف للمؤشر. لو عايز سيحسب كيمة المقاومة دي فكيمتها بتساوي. هتاخد الانحراف اللي هو هيقوله لك. نسبة الانحراف اللي هو هيديها لك. تطرح المقام فيها من البسط. وتقسم على البسط. وتدرب اللي هيطلع في الار توتل. يعني قال لك في مقاومة. لو وصلناها تخلي الطاري يقل للربع. يا ترى المقاومة دي كمتها كام? تقول له والله يا تخلي الطاري يقل للربع? ازا المقاومة دي بتساوي? بص بقى. تكتب كده ار توتل. وتم جاي حاسب بقى الحزبة دي. المقاوم ناقس البسط على البسط. يعني اربعة ناقس واحد على الواحد. تطلع لي تلاتة ار توتل. يبقى عشان الطاري يقل للربع? لازم احط مقاومة في الجهازة بتساوي تلاتة ار توتل. هنحقل طبعا الفكرة دي واحنا شغالين دلوقتي بامر الله. شوف كده كم مسال على الاجهزة? عندي السؤال الاولية بقول لي ازا كانت اقصى زاوية انحراف للجلفانو هي اربعة وستين درجة. بس لما جبنا الجلفانو حطناه في دائرة كهربية ومر عليه طيار ربعمية وتمانين مايكرو انحراف مؤشره بس بزاوية كام اربعة وعشرين درجة. يا ترى اقصى طيار ممكن يتحملوا الجهازة دي. الراجل بيقول لك اقصى زاوية اقصى زاوية ممكن انحراف بها جلفانو اربعة وستين درجة. بس انحراف بزاوية اربعة وعشرين درجة لما مر فيه طيار كام? ربعمية وتمانين مايكرو انبيد. السؤال هنا يا ترى قيمة الطيار بكام? اللي هتخليها نحارف باقصى زاوية. هنا ممكن واحد يقول لي حاسب الحاسية بتاعت الجلفانو اقسم سيتا على قل وبعد ما اجيبها اطلع اعود فيها تاني او اعود في القانون بتاعها تاني بالسيتا اللي هي اربعة وستين. واجيب الاي. ده صح. وممكن وده الاحسن نشتغلها نسبة. يعني ممكن نقول مسلا سيتا واحد على اي واحد بتساوي سيتا اتنين على اي اتنين وده هيكون افضل واحسن يعني. سيتا واحد وليكن دي كده واحد وهنا اتنين. سيتا واحد على اي واحد يعني اربعة وستين على اي واحد بتساوي سيتا اتنين على اي اتنين اللي اربعة وعشرين على ربعمية وتمانين. هنعمل من هنا مقص يطلع معنا اي واحد بتساوي آآ الف امتين وتمانين مايكرو امبير. طبعا دي مش موجودة في الاجابات لان الاجابات عندك بالملي. طب انا ازاي احولها من مايكرو لملي. من مايكرو الملي بنضرب في عشرة استسالب تلاتة. من مايكرو لملي بنضرب في عشرة استسالب تلاتة. لو ضربت الرقم ده عشرة استسالب تلاتة هيطلع واحد وتمانية وعشرين من مية امبير. السؤال الواحد يقول لي جيلفانوز وملفي متحرك مقاومة ملفه متين اوم. ده انا بيقول لك جيلفانو مقاومته تبقى ار جي. واعود نفسك دايما اول جهاز بيبدأ بيه المسألة مقاومته اسمها ار جي طياره اسمه اي جي. يدل قسم الواحد من تدريجه على عشرين مايكرو امبير ده كده الاي جي. فاذا اوصلها ملف بمجزء للطيار ده كده الار اس اربعة من مية اوم. يا ترى اقصى طيار ممكن يسوى الجهاز بكام. يعني عايز الاي. طبعا دي مسألة اميتر. لان احنا وصلنا مجزء يبقى احنا كده حولنا الجهاز لاميتر. انا بحب احل دايما بقانون النسبة. يعني بحب دايما اقول اي جي. على اي. بتساوي ار اس على ار جي زاد ار اس. لان بعد كده بعمل طرفين في وساطين وبتخلص المسألة. الاي جي عندك عشرين مايكرو. لازم يتحول. طب انا حولها من مايكرو امبير لامبير? ولا احولها من مايكرو امبيرل لملي? هحولها لملي لان الاجئات هنا كلها بالملي. يعني هقول عشرين في عشرة السالب زي مهم لتلك هنا من مول لي امبير. طب لو بحول من مايكرو امبير لامبير اضرب في جامب اضرب في عشرة سالب سبتة ما تنساش. انما هنا انا بحول من ميكرو الميل. على اي. الكلام ده بيساوي ار اس اللي هي اربعة من مية. على زايد يعني متين زايد اربعة من مية. اللي هي متين واربعة من مية. مقص كده جميل يالله ده في ده على ده. يطلع الحل بمية واتنين من مية في الشكل الموضح بيقول لك لما قفلنا المفتاح كي واحد فقط قلت حاسية الجهاز لايه? للربع. وقفنا. انت عندك مقاومته ار جي. لما قفلنا المفتاح فاحنا كده وصلنا مع مقاومة على التوازي. يبقى دي كده مجزق. صح كده يبقى كده المجزق. فقابت الحاسية قلت للربع. طب مش الحاسية دي اساسة عبارة عن ار اس. على ار جي زائد ار اس. قال لك تمام. الحاساسية قلت للربع يعني واحدة على اربعة. هتساوي ار اس اللي هي تلاتة. اه اللي هي ار ازي. على ار جي زائد ار اس اللي هي ار. هنعمل مقص يبقى من هنا اربعة ار. هتساوي واحد في ار جي زائد ار فهتنزل زي مية. ودي الار بعكس الاشارة. فيطلع لي من هنا ان الار جي بتساوي تلاتة ار. طبعا هتروح بالطرح. اربعة ار نا هيصار فيها التلاتة ار. ودي اهم خطوة انا عملتها ان انا اول حاجة بيكلمك على المفتاح كي واحد فانا اشتغلت على كي واحد الاول. جبت من هنا او استفدت من هنا في قيمة الار جي. بيقول لك لو قفلنا المفتاح كي تنين. الحاساسية هتبقى بكام? اقول له تعالى. لو احنا قفلنا كي تنين فقط. بص يا باش افلنا كي تنين بس. ساعتها انا كده. وصلت مع الجلفان والمقاومة اللي تحت. فده كده المجزء بتاعي. عايز يبقى يقلل عايز الحاساسية. يلا بي. الحاساسية بتساوي ار اس على ار جي زائد ار اس. ار اس في الحلقة دي اللي يعتبقى نص ار. على ار جي اللي احنا نسا كايبينك تلاتة ار. زائد الار اس اللي هي نص ار. هيبقى عندك فوق نص ار. وتحت تلاتة ونص ار. ار راح اتمعار يبقى لك نص على التلاتة ونص ودي فيها الواحد على السبعة. مقاومته. 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 يا مستر ده ما قالكش جلبان وتقاريتها غلط. ده هيلك مقاومة. ما انا عارف. اي جهاز بيبدأ دايما المسألة بيبقى مقاومته زي ما قلت لك ار جي. الطيار بتاع اي جي. بدأ هالك بقى بفولتاميتر باميتر بميلي اميتر بدأ هالك بالجن اللازرق اي مسألة يبدأ هالك. دايما الجهاز اللي بيبدأ بيبقى طياره اي جي مقاومته ار جي. مقاومته متين او الفين وخمسمائة جلال ار جي. بيستطيع اياس فرق جهد اقصار اتنين فلت ده كده الفي جي. وصله معه مضاعف للجهد. فزاد مداه بمقدار اربعة فولت خدعة معفنا في المسألة. زاد مداه بمقدار اربعة فولت في ناس ممكن انتفكر انه بقى بيس اربعة فولت. غلط. هو مقالكش زاد مداه الى اربعة فولت. قالك زاد مداه بمقدار اربعة فولت. حضرتك معاك خمسة جنيه. زادوا زادوا الى عشرة جنيه. يعني بقى معاك كم? يعني بقى معايا عشرة جين? طب لو قلت لك زادوا بمقدار عشرة جنيه. معناها ان انت زودت عليهم عشرة جنيه يعني بقوا خمستاشر. ففي فرق لما قول لك زادة الى يعني بقوا. او زادوا بمقدار يعني زودنا عليهم. فلو قال لك زادة مداه الى اربعة فولت يعني بقى بيس اربعة. انما زادها بمقدار اربعة يعني زودنا على اللي كان بيقاس اربعة. كان بيقاس اتنين لما زود عليها اربعة يعني بقى بيقاس كام? ستة. احسب قيمة الار ام. ممكن اشتغلها بقانون الحاسسية. في جي على في بتساوي ار ام على ار جي زاد او ار جي الاسب على ار جي زاد الار ام. الفي جي عندنا باتنين على الفي اللي هي ستة. بتساوي الار جي اللي هي الفين وخمسمية. على ار جي اللي هي الفين وخمسمية زاد الار ام. اقدر من هنا احسبها عادي بالالة. تمام? اه هشتغلها برضو معاك. اعمل مقص ستة في الفين وخمسمية. هتطلع الف وخمسمية. صح? او هتطلع اه خمستاشر الف. خمستاشر الف. واتنين في الفين وخمسمية فيها الخمس تلاف. زاد اتنين ار ام. ضربط الاتنين هنا في الالفين وخمسمية وضربطها في الار ام. هوادي بعكس الاشارة خمستاشر الف هشتغل منها خمس تلاف يبقى عشر تلاف. بتساوي اتنين ار ام. هقسم على الاتنين عشر تلاف على اتنين فيها الخمس تلاف. ازا كانت مقاومة قيمتها خمسمية اوم. تجعل المؤشر ينحارب. لنص ستة دي. واقف لحظة. الدك انحرافنا صح? يبقى على طول الار اكس دي بتساوي نقط ار توتل. نقط دي بجيبها ازاي? بطرح المقام. ناقص البسط واقس مع البسط. يعني اتنين. ناقص واحد فيها الواحد. على الواحد برضو فيها الواحد. ازا المقامة اللي اديه لك اللي هي الخمسمية دي. بتساوي واحد ار توتل. يعني هتستفد بالخطوة دي. تعال انكمل. بيقول لك فان المقاومة التي تجعل المؤشر ينحرف لربع التدريج. عايز المقاومة اللي تخلي المؤشر ينحرف للربع? تعال نشوفها على طبق كيف? مقام ناقص بسط على البسط. اربعة ناقص واحد على الواحد. اربعة ناقص واحد فيها التلاتة على الواحد فيها التلاتة. ازا المقاومة اللي هتخلي المؤشر ينحرف للربع لازم تكون بتساوي تلاتة ار توتل. طب ما انا لسه جاي من ار توتل بخمسمية يعني تلاتة في خمسمية. فيطلع الحل بتاعها الف و ايه? وخمسمية. تاني. الشغل المقابل يعبر عن اقسام متساوية تدريج او ميتر. فان النسبة بين ار واحد و ار اتنين. كام? الى كام? ار واحد في نص التدريج. يعني بتخلي الطيار يقل للنص? بتخلي الطيار يقل للنص? فده معناه او ار اتنين معلش. فده معناه ان هي بتساوي كام? ده معناه ان هي بتساوي. مقام ناقس بسط على بسط يعني تنين نقص واحد عليه. تنين نقص واحد في الواحد على الواحد في الواحد برضو. طيب ار واحد دي عند تلت تربع التدريجely ما اقلب لك ده الصفر. ربع نص تلت اربع اقسى حاجة. فالار واحد دي في تلت تربع تدريج. طالما هي عند تلت تربع التدريج? ازا ده عنه ان هي بتساوي تعالى نشوف كده? مقام ماقس بسط على البسط. يعني اربعة عنومة اسثلاتة عالتلاتة. اربعة عنومة اسثلاتة في هالواحد عالتلاتة. الله تavait dude in ya سهل هي. كده احنا جبنا قيمة الار واحد وجبنا قيمة الار اتنين هو عايز النسبة اللي منه. اقول له سهلة جدا. ار واحد على ار اتنين حساوي. ار واحد بالتلت ار تو تلت Riv يعني ار تو تلتل. طبعا درحمة عدا تبقى لك الاجابة ايه? الأولا هي واحدة على التلاتة. كده بفضل اللي خلصنا الفصل التالت هنبدأ او التاني هنبدأ دلوقتي ان شاء الله مع بعض في الفصل التالت. طبعا الفصل التالت عندنا اعتبر اهم فصل في المنهج. ليه بقى? مش لانه الاصعب. لا ممكن يكون فيه اجزاء في المنهج عندنا اه صعوبتها مسلا بتعدي اه اجزاء في الفصل التالت. ولكن اهمية الفصل التالت في كم لأسئلة اللي بتيجي عليه في الامتحان والدرجات بتاعتها. انت بتكلم على فصل لوحده لوحده يعتبر تلت الامتحانة او تلت الدرجات بتاعت المادة بشكل عام. تكلم على فصل تقريبا من عليه حوالي 18 درجة او 16 درجة من اصل 60 درجة تقريبا من التلت. اقل من التلت بحاجات بسيطة. فالاول مع التاني مع التاني طبعا التلاتة كده على بعض بسم الله ما شاء الله حوالي ايه حوالي 60% من درجة الامتحان يعني تقريبا عنهم 40 درجة. فيزا طبعا يا فصول مهمة مش 40 بالزبط يعني حاجة وتلاتين طبعا اكتر من النص فهي طبعا اول طلب فصولي اعتبر عندنا مسكين اه كم كبير من الملك بتاعنا. فعشان كده بقولك الفصل التالت من الفصول المهمة جدا. اللي لازم تخلي بالك منها وانت بتزاكر. وانت بتراجع المادة بتاعتك انك تديها اهتمام كبير جدا وتحل على الفصل ده. اسئلة كتير عشان بازن الله ده اللي حيفري معاك في درجة الامتحان. الفصل كان بيتكلم على ايه? بتكلم على ظاهرة اسمها ظاهرات الحس. القهرو مغناطيسي. الظاهرة دي عكس الفصل التاني. الفصل التاني احنا لرسنا فيه ظاهرة او رجعنا فيه على ظاهرة كان اسمها التأسير المغناطيسي للطيار. فكان في الفصل التاني فكرة الفصل بتقولك ان انت لو عندك موصل بيمر فيه طيار بيده مجال. موصل وطيار يدي مجال. هنا العكس. هنا الفكرة هنا العكس. هنا موصل زائد مجال يده طيار. بنسميه طيار مستحس. فتقدر طول كده ايه? ان يعتبر الفصل التاني. درسنا فعل ودرق للفعل. عكسه يعني معنا صح. الفصل طبعا عندنا بيتقسم معنا الاول كده مجموعة اجزاء. الجزء الاول كان بيتكلم على الحس كارب اغناطيسي وقلنا طبعا هو يعني اعتبر من مؤسسين الحس طبعا او من اول ما نحط يعني فروض وتفسير للزاهرة هو فردي طبعا. بعد كده درسنا حاجة اسمها الحس المتبادل ما بين ملفين وبعا كده الحس الزاتي. درسنا بعد كده مجموعة اجهزة كانت كلها تعتبر تطبيقات على الحس زي المولد اللي هو الدينمو والمحول واخيرا المحرك اللي هو الموتور. طيب تعال كده نفتكر مع بعض ايه هو الحس الكارب مغناطيسي وازاي نحسب الطيار او كوة الدفعة اللي بتتولد بالحس كارب مغناطيسي. اولا ظاهرة الحس كارب مغناطيسي هي عبارة عن ظاهرة الحصول على طيار كهربي مستحس. وقوة دفعة كهربية مستحسة. نتيجة قطع موصل لفيد مغناطيسي متغير. تاني تعريفة كده ايه? هي ظاهرة الحصول على طيار كهربي مستحس. وقوة دفعة كهربية مستحسة نتيجة قطع موصل لفيد مغناطيسي متغير. فهي ظاهرة تولد كوة دفعة مستحسة وطيار فيك مستحس نتيجة قطع خطوط فيد مغناطيسي متغير نتيجة قطع يعني موصل لفيد مغناطيسي متغير. وقلنا الفكرة في ان انت لو عندك موصل ومجال يدوني ايه? طيار مستحس. وقوة دفعة كهربية برضو ايه? مستحسة. فانا لو جبت موصل بالشكل ده وانا يكون ملف لو لابي ملف داعلي سلك مستقيم اي موصل بشكل عام يا شباب. وصلته بجلفانه. وبدأت ان انا اعرضه المجال. كده اصبح عندي الموصل وعندي المجال. هلاحظ ايه? هلاحظ انحراف مؤشر الجلفان ويعني هيتولد طيار مستحس. اهم حاجة في الموضوع ان يكون المجال ايه? متغير. قال لك يعني شرط الحصول على طيار المستحس ان الموصل بتاعك يكون بيقطع مجال متغير. مش مجال سابت. طب المجال يتغير ازاي استاذ? المجال يتغير باكتر من طريقة. الطريقة الاولى ممكن ان انا اجيب ملف وبعدين اجيب المغناطيس اللي هو المجال بتاعي. وابدأ ان انا حرك المغناطيس. حركة المغناطيس يا شباب بتعمل تغير في المجال. وانا ببعد مسلا المغناطيس هبتجي المجال يتسحب من الملف في المجال يقلب. ممكن اقرب المغناطيس من الملف فيبتجي المجال يزيد. كده انا عملت تغير في المجال. ممكن اثبت المغناطيس. وحرك الملف اقربه من المغناطيس او ابعده عنه. يحصل زيادة او يحصل نقص في المجال. ازا لازم الشرط الاساسي يحصل تغير في المجال وده ممكن يحصل بحركة المغناطيس او بحركة الملف. طب لو كانوا الاتنين سابتين ما بيتحركوش. في الحالة دي ما يتولدش طيار. ليه? لان ما بيش تغير في المجال. في مجال اه في مجال بس ما بيت ايه ما بيتغيرش. سابت المجال بمعلقة صح. ازا لو مجال سابت ما يعملش طيار مستحاس او ما يولدش طيار ايه مستحاس لازم يكون المجال متغير. فعشان كده احنا عندنا شوية حالان كده. تلخص الدنيا دي. لو عندك ملف سابت مغناطيس سابت ما فيش طيار زي منا. طيب ملف سابت بس المغناطيس بيتحرك يتولد طيار. سواء بقى بيقرب او بيباد. مغناطيس سابت والحلقة بتحرك يتولد طيار سواء كانت الحلقة بتقرب او بتباد. اللي اتنين بيتحركو يتولد برضو طيار خلي بالك. يعني لو اتنين بيتحركو يتولد طيار. طيب اه مغناطيس بيتحرك ببطء حيتولد طيار ضعيف مغناطيس بيتحرك بسرعة كبيرة يتولد طيار قوي تمام المهم لازم يحصل تغير في المجال سواء بحركة المغناطيس او بحركة الملف طيب لو الاتنين سابتين قلنا مش هيتولد طيار في عندي حالة ممكن يكون فيها المجال سابت والملف سابت ويتولد طيار هتقول لي ازاي مستر قال لي هنا والله بيحصل ساعتها تغير بس عن طريق مساحة الملف يعني ممكن نعمل تغير في المساحة ما تنساش ان اساسا الفيد هو عبارة عن البي في الايه فممكن يكون البي سابت يعني المجال سابت والملف هو كمان سابت في مكانه بس مساحته بتتغير المساحة متغيرة لو المساحة تغيرت يحصل ساعتها تغير في الفيد يبقى عندي حالة وحيدة ممكن يكون فيها المجال سابت والمغناطيس سابت او الملف سابت ومع ذلك يتولد طيار امتى لو كان مساحة الملف بتتغير? بتتغير ازاي بقى? سواء احنا ضغطنا الملف او شدنا الملف ووسعناه المهم بيحصل تغير في المساحة. عمدل احنا لمينا الحالات دي كلها في صفحة واحدة. قانون فردي طبعا اللي بنحسب بيه القوة الدفعة كاربية بيقول لك ايه مف. اللي قوة الدفعة كاربية بتساوي. سالب ان في دلتا فاي على دلتا تي. سالب ان في دلتا فاي على دلتا تي. اهم حاجة الان ده عدد اللفات وطي طبعا اللي هو الزمن. مين الدلتا فاي يا بصر? الدلتا فاي ده اللي هو التغير في الفيد. التغير في الفيد. وده ممكن يكون بسبب تغير في الكسافة. بسبب تغير في الكسافة. يعني يتفك ساعتها لدلتا بي في ايه? دلتا بي في ايه? ياما تغير في المساحة زي ما انا قلت لك. فيبقى ساعتها بي في دلتا ايه? بي في دلتا ايه? يبقى انا امتى اشيل الدلتا في وعوض عنها لما ايجي في المسألة يقول لك ان كسافة الفيت اتغيرت او المساحة تغيرت ساعتها اشيل الدلتا في واشوف لو تغير في الكسافة يبقى دلتا بيه في ايه طب لو التغير في المساحة يبقى دلتا ايه في بيه واضح كده الكلام ان شاء الله يكون موضح ممكن يكون التغير بسبب حركة الملف ساعتها بقى هيقول لك الملف تحرك ازاي في الغالب الملف حيدور طب حيدور من الوضع العمودي ولا هيدور من الواضع الموازي لان الموضوع يفرق. لو قال لك الملف دور من الواضع العمودي تعال ابدأ نشوف الحالات. لو قال لك دور ربع دورة. ساعتها. تشير الدلتافاي وتحط بعدها. سالب بي ايه. سالب بي ايه. طيب لو نص دورة ساعتها هتقول سالب اتنين بي ايه. طب لو تلات اربع دورة ساعتها هتقول سالب بي ايه. يعني الربع زي تلاتة اربع قلبيان. دورة كاملة بصفر. الدورة كاملة بتساوي سفر. تمام? يبقى لو قال لك ملف دار. ملف دار من الوضع العمودي. ربع دورة اشري الدلتا في وحط سالب بي ايه. نص دورة. سالب اتنين بي ايه. تلاتة اربع دورة برضو سالب بي ايه. وطبعا الدورة كاملة بصفر. طب لو دار من الوضع الموازي. ربع دورة الدلتا في هنا بتساوي بي ايه. بتساوي بي ايه من غير السالب. نص دورة بصفر. تلت اربع دورة بي ايه او سالب بي ايه. دورة كاملة برضو بصفر. الدورة كاملة برضو بصفر. خلاص? حالات الدلتة فاي حالاتها شباب مهمة جدا للمسائل بتاعتنا. للمسائل طبعا ايه بتاعتنا? تمام? طيب ده كده بالنسبة ليه قانون فردي وازاي ان انا اطبق القانون او ازاي ان انا اه اقدر ان انا اتعامل مع قانون. الحاجة التانية ازاي نحدد اتجاه الطيار في الملف? بنحدد اتجاه الطيار في الملف بقاعدة لنز. اتجاه الطيار المستحس في ملف بنستخدم له قاعدة لنز. قاعدة لنز بتقولك اه اه يكون اتجاه الطيار طبعا انت توله الطيار عن طليل حسن. يكون اتجاه الطيار بحيس يولد مجالا يعاكس التغير المسبب له او التغير في المجال الاصلي بمعنى اصح يكون اتجاه الطيار في الملف بحيس يولد مجال يعاكس التغير في المجال الاصلي او المجال المسبب له القاعدة دي كنا بنختصرها كده في جملتين جملة اخصمك اه اسيبك لا يعني ايه يعني يا باشا باختصار كده لو انت عندك ملف وفي مغناطيس بيقرب من الملف تطبق قعدة رقم واحد للاستاذ ان انسي اجرم اخصمك اه يعني اخصمك اه يعني انا مش عايزك تقرب فعشان امنعك من انك تقرب هعمل ايه انت مغناطيس فانا عشان ابعيدك عني محتاجة اعمل تنافر وعشان اعمل تنافر اعمل كدب مشابه لان الاكتابر متشابه تنافر ففي الحالة دي هيتولي الطيار يعمل كدب مشابه عشان يقاوم حركة المغناطيس وطبعا طرامة الكدب هنا ان يبقى الطيار عكس عقارب الساعة كده انا عرفت اتجاه الطبام بكل سهولة اما لو كان الحلقة بالشكل ده والمغناطيس بالشكل ده بيبعد عنها نطبق قاعدة رقم اتنين اللي هي اسيبك لا انت هنا بتبعد وانا مش عايز اسيبك عايز اقربك لحيتي يعني عايز اعمل لك اتجازه اقوم جاي اعمل لك كدب مخالف لان الاكتاب المختلفة تتجازب هنا اعمل له اس عشان خاطر اشده ناحيتي تاني وطبعا عشان يتعامل اس يبقى اكيد الطيار مع قارب اس يعني خلاص يبقى بنحدد اتجاه الطيار بقاعدة يا شباب لنز وتطبقها زي ما قولنا تطبقها ان شاء الله بيكون سهل طبعا مش لازم يكون ملف ده ايه ممكن يكون برضو ملف ايه لو لبي ونفس الكلام يقرر يعني لو هنا اس وهنا ايه مثلا وبقرب طبعا مش عايزك تقرب فهم جاي اعمل لك اس عشان يحصل تنافر وطبعا هناك هيكون انه ولو كان بيبعد اعمل كدب مخالف كده اتكلمنا على اه قوة دفعة او الطيار اللي بيتولد فيه ملف اه اه لو لبي او ملف دائري وقلنا طبعا لاستخدام هنا هو قاعدة اه فردي وبنحدد ان اتجاه بتاع الطيار بقاعدة لنز فضلي بس ان لو كان الموصل بتاعي سلك مستقيم لو كان الموصل بدأ حضرتك عبارة عن سلك مستقيم وبرضو بيقطع مجال متغير هيتولد فيه طيار وهيتولد فيه قوة دفعة كهربية بس هنا القوانين هي اللي مختلفة يعني قانون القوة دفعة مش هقوق بفرديه واتجاه الطيار مش هتشتغل بالنز قمت ايه قال لي هنا والله عشان تجيب القوة الدفعة اللي هتتولد في السلك بتقول ايه مف بتساوي بي ال في ساين سيتا بي ال في ساين سيتا لو كان عمودي يعني الزاوية تسعين يبقى ساين تسعين بواحد يبقى بي ال في طبعا القانون عمتا بي ال في ساين سيتا عمودي يبقى الزاوية بتسعين لو ميل بزاوية هتعوض عادي بالزاوية لو ما ديه لك موازي تبقى الزاوية بصفر طبعا السالب هنا شاباب هو وسالب اتجاه تبقى لقاعدة لنز فوسالب اتجاهي مش اكتر وسالب اتجاهي مش اكتر. اما بقى زي نحدد اتجاه الطيار بنستخدم قاعدة لليد اليومنا. قاعدة لليد اليومنا بنشتغل بيا عشان نحدد اتجاه الطيار المستحس في السلك المستقيم. زيها زي ليسرة بالزبط. هي هي. لكن لما قدقل لك حركة مجال طيار نفس الكلام برضو بس يمينك ان مين. حركة مجال طيار. حركة مجال طيار حركة مجال ايه طيار هي هي نفس القاعدة بس بايدنا اليمين برضو حركة مجال بقى الصابع طبعا بتعبر على اتجاه ايه الطيار وهنبقى برضو نحدد الاتجاه في مساء ده بالنسبة لأول موضوع اللي هو الحس القاهروميغناطيسي نحل عليك المسألة ونخش على اللي بعده الحس المتبادل والذاتي بيقولك الشكل اللي قدام منك ده بيبين ملف يتكون من عشرين لفة يعني عدد اللفة عشرين مساء حتى وجه الملف اللي قدام مني تلتمية خمسة وتمينين من الف دي كده الايه? مستوى عبودي على مجال كسفته اتنين من عشرة تسلة ايه دي البيه. فايزا تغير شكل الملف اللي حول اولا قدت له بالله. ايه اللي غير شكلك يا عم? قال لك والله شدناه من الناحيتين في اتجاه متضدين. فلما شدناه تغير شكله وبالتالي تغيرت مساحته. فاصبحت مساحته بتسوي كام? سبعة وسبعين من الف. خلي بالك هي كانت تلتمية خمسة وتمينين من الف ده في الاول. بعد كده بقت سبعة وسبعين من الف. اللي هي ايه اتنين? حصل امتى الكلام ده? قال لك والله حصل. في واحد واربعة من عشرة ثانية. ده الزمن او التغير في الزمن. احسب الكوة الدفعة اللي هتتولد في الملف. ملف يبقى فرد ايه? يبقى سالب ايه? في دلتا فاي على دلتا تي. اوقف هنا لحظة وشو بتدلتا فاي بقى? حصل هنا ايه? قال لك? حصل دوران الملف? لا والله ملف مدرش. يبقى اكيد حصل حاجة من اتنين. اما الكسافة اتغيرت يما المساحة اتغيرت. هنا المساحة يا الهاتغيرت! يبقى هضرب البي في دلتا ايه? البي في الدلتا ايه? يبقى سالب ان اللي هي سالب عشرين. في البي اللي هي اتنين منه عشرة. ايه? اللي هي اتنين ناص ايه واحد? مش الكب�� من الصغير لا? التاني ناص الاؤلاني دايما. سبعة وسبعين من الف. ناقص ثلاثمية خمسة وتمانين من الف. على الدلتا تين ليه واحد واربعة من عشرة. اللي جيه بقى بازن الله تطلع تمانية وتمانين من مية فولت. الشكل الباني المقابل يعبر عن التغير في المؤسر على ملف. يبقى يبقى قانون قانون فردية. سالب ان في دلتا فاي على الدلتا تين. في دقرة مغلقة خلال فترة زمنية معينة اي الاشكال البيانية الاياتية يمثل قوة الدفعة اللي تتولد في الملف خلال نفس الفترة. طيب. في الفترة الاولى من الاول هنا كده لحد هنا لو تلاحز الفيت كان عمال بيزيد. من الصفر لحد ما وصل الاتنين فاي الكلام ده خلال زمن واحد تين. لما اجحسب الايم مف هنا. هقول سالب ان في دلتا فاي. طيب هي كانت بصفر وبقت باتنين يعني اتنين نقص صفر اللي هي اتنين. على دلتا تي الزمن كان بصفر وبقى تي يعني تي. فيطلع هنا سالب اتنين ان في على تي. هنا بدأ الفت يقل معايا من اتنين فاي فضل يقل الحد هنا كده بقى فاي. الزمن كان تي وبقى هنا كده تلاتة تي. تعال ان جيب الايم مف. هنقول سالب ان في دلتا فاي. هي كانت اتنين فاي وبقت واحد فاي. باطرح ان هي نقص البداية. يعني اطرح واحد فاي ناقص اتنين فاي. فتطلع لك سالب فاي. سالب فاي. ليه? فاي ناقص اتنين فاي? يبقى سالب فاي. على الدلتا تي. الزمن كان تي وبقى تلاتة تي. لما اجيب الفرق تلاتة ناقص واحد فيها الاتنين تي. طبعا سالب في سالب بموجب يعني ده هيطلع لي ان في على اتنين تي. ان في على اتنين تي. الفترة الاخيرة كان الفيد كمتو فاي فضل يقل الحد ما بقى في السالب طبعا وصل للسفر ورجع تاني يزيد في الاتجاه السالب. المهم ان هو كان فاي وبقى سالب فاي. تعال نجيب في الحالة دي. هيبقى سالب في الدلتا فاي. فاي اتنين ناقص فاي واحد. يعني سالب فاي ناقص فاي يبقى سالب اتنين فاي. طب والدلتا تي. الزمن كان تلاتة تي وبقى اربعة تي. يعني الفرق واحد تي. سالب في سالب بموجب فيطلع الاجابة اتنين ان فاي على تي. تعالوا نشوف بقى اللي احنا قلناها ده يمشي معاني نرسم من الرسمات. لاحز ان انا في الاول كان الامف مقدرها سالب اتنين ان فاي على تي. بعد كده بقت موجب ان فاي على اتنين تي. وبعد كده موجب اتنين ان فاي على تي. فالاول كانت سالبة وبعد كده موجبة موجبة. الف عندك في الاول كانت موجبة. سالبة موجبة. لا هي سالب موجب موجب. سالب موجب بس رجع التاني سالب. موجب سالب سالب. هنا كانت سالبة. بعد كده موجبة. موجبة طبعا ده الرسمة او دي طبعا الرسمة الصفحة اللي هي جيم طبعا. واحدة بقى ايه? برضو ملف زي ما احنا ماشي. الشكل يوضح طار معدني مربع الشكل. موضوع مستواء اه في مستوى الصفحة. ويتحرك بسرعة فيه داخل مجال مغناطيس. هي عمودي على الصفحة. دون ان يخرج من المجال. دون ان يخرج من المجال. لذلك. هيتولى الطيار ولا لا يتولى الطيار. بص يا حبيب. الملف هنا بتحرك جوه المجال. والمجال ده مجال ايه? مجال ايه? منتظم. يعني مجال سابت. ما بيتغيرش. فطول ما المجال سابت ما بيتغيرش يا مش هيتولى الطيار. امتها يتولى الطيار? لو الملف ده بدأ يخرج من المجال. ساعتها وهو بيخرج من المجال حيبدأ المجال ليقل او يتناقص. تمام? فساعتها هيبتيجي يتولي الطيار. او لو كان هو خارج المجال. وبدأ يدخل جوه المجال ساعتها مجال كان حيزاد عليه وساعته كان حيتولد طير. انما طول ما هو بيتحرك جوه المجال فالمجال سابت. ازا في الحالة دي لقى تولى الطيار. طب مصر لو قال لي يعني جاء كده في السؤال ومحطش كلمة دونة. وحط بدلها كلمة ايلا او حرف ايلا يعني. وقال لك اه في مستوى الصفحة ايلا ان يخرج من المجال. كان الحال لا يختلف تماما. لو كان اقيل لك ايلا ان يخرج من المجال كان ساعتها الملف كده هو طالع من المجال يا شباب. بص كان بيتعرض لكم خط من خطوط المجال. يعني مسلا هنا في المربع ده مسلا ستاشر خط تقريبا. بص مسلا هنا ست ست خطوط ولا تامن خطوط. اي يعني يعني مهم انه على لدهم قل. ساعتها كان المجال بيقل. فكان الملف حيضطر يعمل طيار يزود المجال. يعني يعمل نقط. وعشان الطيار يعمل نقط. يعني مجال خارج. يعني كنت بشمالي. يعني الطيار لازم يتحرك لساعتها عكس عقارب الساعة. نقط يعني مجال خارج يعني كنت بشمالي. وبالتالي يعني ساعتها كان حيتولي الطيار يدور في عكس اتجاه دورانة عقارب الساعة. يعني من بي لاصل من سي لبي لايه لدي لسي مرة تانية. ساعتها كان حيتولى الطيار. من ا SmackLe ايه طبعا لا. اتولى الطيار في الضلع بي سي. طبعا هو كان وايتولى الطيار في ملف طبعا كله. ساعتها كنت هاختر مسلا ان هو يتولى الطيار طبعا ايه في الملف بشكل عام? اه او لا طبعا هنا في الحاج دي كان اللي بيقطع المجال بي سي وايه دي كانت هاختر ساعتها بي سي وايه دي? لو اه يعني زي ما قلنا في الضلعين بشكل عام واتجاة وعكسة عارب الساعة. ولكن طبعا هنا بميقول انه ما خرجش المجال يبالا يتولد اصلا طيور. طيب برضو لسه مع اه اه الملف بس هنا سؤال على قاعدة لنز بيقولك في الشكل المقابل تتولد قوة دفعة مستحسة في الملف بحيث تكون النقطة ايه? جهدها اعلى من النقطة بيه. فيترى قطب ويدة عبارة عن ايه? طيب. هنا هو ايه? بيتزئب عليك. الطبيعي يدي لك الاقطاب بتاعت المغناطيس ويقولك الاقطاب بتاعت الملف ايه? هنا هو ما عملش كده. هو عمل العكس. بل يعني الاكتر من كده انه هو مدكش حتى اكتب الملف. ده سبك انت يعيني اللي تحددها. بص واحدة واحدة. هو بيقولك النقطة ايه? جهدها اعلى من بيه. يعني الطيار ماشي من ايه? ما هو الطيار بيمشي من الجهد الاعلى للاقل. فالطيار امشي كده مع الطيار بتاعك? هتلاقي ده كده اتجاه الطيار صح? فمعنى ان ده كده اتجاه الطيار يبقى هنا القطب الشمالي بقاعدة امبير طبعا. صابع طيار ابهم شمالي. يبقى ده كده 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 الشمالي. عشان الملف ده يعمل كده شمالي يبقى ما فيش غير تفسيرين. يا اما المغناطيس كان بيقرب بكده شمالي. فساعتها ما تنساش وانت بتقرب ايه? اخصمك اه يعني اعيز ابعدك فاعمل ايه? اعمل شبهك عشان يحصل تنافق. يا اما المغناطيس ده كان بيبعد وكان الوي ده كده جنوبي. فساعتها الملف اضطر ان هو يعمل ان عشان يحصل تجازب ويرجع تاني المغناطيس ناحيته. ده التفسيرين. يا اما واي شمالي بيقرب. يا اما واي كان جنوبي وبيبعد. طبعا عندنا اول اختيار بيقول لك شمالي وتحرك مقتربا من الملف. طيب واحدة كده عالسلك بيقول لك يباين الشكل المقابل سلك طوله نص متر المفروض يبقى ده كده اقل. موضوع مدين على فتكة سفت وتلاتة من مية تسنة ده كده البي. فاذا تحرك السلك بسرعة منتظم وفي. طبعا خبه السرعة يبقى حيطلبها. في اتجاه معين فتاولدت في مستحسة خمستاشر من الف بولت دي كده بسبب وتسبب مروه طيار من بي الى اي. يعني فيه طيار كمان يتولد اتجاه من بي لاي. تمام. فميقول لك عايز السرعة وعايز اتجاه حركة السرعة او اتجاه اه حركة السلك يعني. طيب اولا عشان يجيب السرعة يا الله بينا نجيبها. الايم مف المفروب بتساوي البي في الال في الفي في صين سيتا وطبعا هنا السلك بتحرك عمودي على المجال. فصين تسعين طبعا بواحد. عندك الايم مف آآ بتساوي خمستاشر من الف. الكلام ده هيساوي البي اللي هي تلاتة من مية. في الال اللي هي خمسة من عشرة في السرعة اللي هي الفي. عشان اجيب الفي حقسم على تلاتة من مية في خمسة من عشرة. في الناحيتين. ده كده هيروح يبقى لك السرعة بتساوي واحد. يعني الاجابة واحد متر على الثانية. يبقى انا مسترح اختاري اما جيم اما دال. السبع اتخالص من الاجابات بتاعتنا. طب عايز احدد كمان اتجاه الحركة. الراجل اقل لك على ملحوظة مهمة اوية. ايه بقى هي? قال لك ان الطيار اللي تولد اتجاهه كان من بي لاي? اتجاهه من بي لاي? يعني ده كانت اتجاه الطيار. ماشي. عايزين بقى احنا نحدد اتجاه الحركة. حلو الكلام. انت عندك القاعدة بعدك في ده اليوم ده. قلنا ايه? حركة مجال طيار. حركة مجال طيار. اولا المجال اكسات يعني المجال داخل. الطيار لفوق. تمام كده? مجال لداخل اكسات. الطيار لفوق يبقى الحركة ناحية الايه? ناحية اليمين. خلاص? حركة مجال طيار. المجال داخل. الطيار لفوق يبقى الحركة اتجاه ناحية الايه? يمين. الصفحة يبقى بالتالي عن اختار الاختيار التالت. في الشكل المقابل ماذا يحدث لاضاة المصباح اثناء حركة القديم او السلك يعني ده في الاتجاه الموضح اللي هيحصل لاضاة المصباح. بص يا سيدي. اه حركة السلك هتولي الطيار. لو كان اتجاه الطيار ده نفس اتجاه طيار البطارية اقول له الاضاة هتزداد. عكس اتجاه طيار البطارية قبل الاضاة هتقل. طبعا ما تنساش ان الطيار البطارية طالع عملي قد بالموجب بالشكل ده. تعال اما نشوف السلك ده هيولي الطيار فقالي اتجاه بالزبط. هو الحدد الاتجاه بتاعه. هو هنا بدي لك اتجاه المجال وبيدي لك كمان اه اتجاه الحركة. تمام? بنفس القاعدة حركة مجال طيار. حلو. المجال هنا نقط يعني المجال خارج. بص صعب ان انا عملي ايه دي كده? فهعمل ايه? هاعتبره داخل وبعد كده هاكس الاجابة بتاعتي. هاكس الاجابة بتاعتي. يعني هاعتبر المجال داخل. والحركة ناحية اليمين. فالطيار طلع لفوق. اعكس الاجابة بتاعتك. يبقى الطيار نازل ايه? لتحت. امشي كده مع الطيار بتاعك شوفه هيكون ماشي مع اتجاه البطارية ولا هيكون يعني ايه? عكسها. اهو. هو نازل تحت اهو فهي امشي كده. اتجاه بقى الطيار اللي هو اتولف في السلك ده بقى. ايه علاقته باتجاه الطيار بتاع البطارية? هتلاقي ان الاتنين بتحرقوا في نفس الاتجاه. ازا ده معلن الاضاءة اللي هيحصل لها حتى ازداد طبعا اضاءة المصباح. لو كان العكسة او كان الطيار طلع اللي فوقه جاي كده. كان ساعتها هتقل اضاءة المصباح ولكن لا تنعدم طبعا. ما تنعدمش عمرها. لان طبعا في بطارية في مصدر. فحيولد طبعا طيار دايما هيخلي الاضاءة اشغال. ده بالنسبة كده لايه? لايه? الحس الكاهرو مغناطيسي. سواء في ملف او في سلك مستقيم يا رب نكون ما سقطناش حاجة. اه بالنسبة للزارة اللي بعد كده كانت الحس المتبادل ما بين ملفين والحس الزاتي. في التجربة دي او في الزارة دي هكالتجربة طبعا. ايه اللي حصل? اللي حصل ان احنا والله جبنا ملف بس ما جبناش مغناطيس. اما ليه? قال لي استبدلنا المغناطيس بحاجة تانية بداله. بايه? بملف. الملف ده بيقوم بدور المغناطيس. وسميناه الملف اللي ابتدائي. ده سميناه الملف اللي ابتدائي? كان عبارة عن ايه? عبارة عن ملف هو عادي بس متوصل معه بطارية ومفتاح وريوستان. والملف السانوي بتاعنا اللي فيه الجيلفانو زي ما هو. الفكرة كلها ان ده عشان يتولد فيه طيار لازم بيقطع مجال متغير. طب المجال ده هيجي من اين? هيجي من الملف الابتدائي. طب ده مش مغناطيس. اي اما هو مش مغناطيس بس هيتولد فيه مجال. ليه? لان انت حبيبيا اغدت في الباب التاني ان اي موصل زي الطيار بيده مجال. موصل وطيار يده مجال. طب البطارية دي بيلي قالك مش هتطلع طيار طبعا لما نقفل مفتاح هتطلع طيار. والطيار ده هيعدي في الملف. فاصبح طيار بيمر في موصل يبقى هيبدو مجال مغناطيسة. ماشا مستر فيه مجال بس انت قطيني لازم يبقى المجال متغير. يا عم والله عاملين حسابنا لكل حاجة. مع عشان كده احنا حاطين الريوستاد. الريوستاد دي مقاومة متغيرة. لما بغير المقاومة بيتغير معايا الطيار. ولما الطيار يتغير هيتغير معاك ايه? المجال. ازاي احنا عاملين حسابنا لكل حاجة. احنا عارفين ان عشان يتولد طيار في الملف السانوي لازم يقطع مجال في المغناطيس المتغييد. المجال هيجي منين? من الملف الابتدائي. لانه هيمر طيار بالملف فهيولد مجال. طب المجال يتغير ازاي؟ عن طريق. لو زودنا مقاومة الريوستاد هنقلل الطيار فيه يقل المجال. قللنا مقاومة ريوستاد يزيد الطيار فيزيد المجال. خلي بالك برضو ممكن نتحكم في حتة المجال عن طريق ان احنا نقرب الملفين من بعض او نبعدهم عن بعض. غلقوا فتح المفتاح نفس الكلام لما بنقفل المفتاح بيزيد المجال ولما بنفتح المفتاح بيقل المجال. وخلي بالك. في الحالات دي بيتولد عندك نوعين من القوة الدفعة في الملف الثانوي. قوة دفعة طردية وقوة دفعة مستحسة عكسية. العكسية بتتولد العكسية. الاي مف العكسية بتتولد لما المجال بيزيد. مجال بيزداد. والمستحسة الطردية بتتولد لما المجال بيقل. يعني اقدر اقولك ان لما بنقفل المفتاح او لما بنزود الطيار او لما بنقرب الملفين من بعض التلات حالات دول بيزودوا المجال فيتولد قوة دفعة عكسية في الملف الثانوي. طب امتى يتولد قوة دفعة طردية? لما المجال يقل. طب يقل ازاي? لما بنقلل الطيار او نفتح المفتاح او نبعد الملفين عن بعض. دي كلها حالات بتقلل المجال فبيتولد قوة دفعة طردية. سواء كانت طردية او عكسية نحسبها ازاي? ممكن تحسب القوة الدفعة بقانون فرضي العادي اللي احنا عارفينه طبعا من الاول اللي هو سالب ان دلتا في على دلتا تي. وممكن تشغل بالقانون ده اللي هو سالب ام دلتا اي على دلتا تي. في حالة انه يجي في مسألة ما يدكش اي مف ولا يطلبها منك. ممكن تقول ان دلتا في بتساوي ام دلتا اي قانون مهم جدا في المساء. في حالة مسألة حس متبادل. ما يدكش اي مف في المعاطيات ولا اصلا يطلبها منك. ساعتها بالمسألة هتتحل بالقانون ده. ان دلتا في بتساوي ام دلتا اي. وبنعود بعدد لفات الملف الثانوي مش عدد لفات الملف اللي ابتدائي. بنستخدم عدد لفات الثانوي هنا مش عدد لفات الاي اللي ابتدائي. التجربة اتطورت بعد كده بازن الله وبعد وبدل ما كانت ملفين اصبحت ملف واحد عشان كده سميناها حس زاتي. واحنا جبنا ملف يا شباب بالشكل ده. عدد لفاته كبير. وصلنا معاه مصباح نيون بيشتغل بمية وتمانين فولت عشان خاطر بس يعمل لك ضوء كده محتاج مية وتمانين فولت. وروحنا موصلينه ببطارية سبتة فولت. عملنا تجربة بسيطة. اول حاجة عفلنا المفتاح. واستنينا شوية كده. لقينا ان اللمبة بمتنورش. يعني لحظة غلق المفتاح لم يدي المصباح. طيب امتى بقى نور المفتاح نور المصباح. قال لي واحنا بنفتح المفتاح. لما جينا نفتح المفتاح لاحظنا حاجتين. اول حاجة حصل اضاءة لحظية للمصباح يعني نور كده الفترة والحاجة يمتوفي تاني. تاني حاجة حصل شرر كهرابي عند المفتاح. طب التفسير ايه? قال لك التفسير انت لما قفلت المفتاح اتولدت او تولد في الملف هنا كوة دفعة عكسية. حتولد طيار عكس اتجاه طيار البطارية. فده هيقاوم من مرور الطيار او من نمو الطيار بمعنى صاحب الدايرة. وده بالنسبة لي كان سبب عدم اضاءة المصباح. طبعا القوة دفعة للعكسية لتولد الكاردة صغيرة جدا. لانه طبعا الايميف زي ما احنا عارفين سالب ان في دلتا فاي. دلتا فاي على دلتا تي. فطبعا احنا قاومنا حركة الطيار. فخلينا الزمن اللي هو بيمر فيه عشان يوصل للمصباح زمن كبير. ولما الزمن طبعا يزيد الايميف هتكون قليلة لان هي علاقة عكسية. اما لما فتحنا المفتاح تولدت ايميف طردية. وتولد طيار طردي في نفس اتجاه طيار البطارية وده طبعا عمل على اضاءة المصباح بشكل ايه طبيعي. ازاي نحسب ايميف في الحس الزاتي? عدى القانونين برضو ممكن تقول سالب ان في دلتا فاي على ديلتا تي. اللي هو فارد ايه? وممكن تقول سالب اي في دلتاced على هو دلتا تي. الال ده حاجة اسمها معامل الحس الزاتي. الال ده اسمه معامل الحس الزاتي. انما الامة اللي كتبناها من شوية كانت معامل الحس ديه? المتبادل. الاتنين خلي بالك نفس واحدة الاياس وكانت وحدتهم اسمها الهينري وحدتهم اسمها الهينري. او في سانية على امبير فولت في ثانية على امبير. نفس الكلام برضو في المسالة شباب لو ما تدنيش ولو ما طلبهاش ممكن نقول ان في دلتا فاي بتساوي الل في دلتا اي. هنا طبعا مش هقول لك هنعوض بعدد لفات السانوي لان هنا لا فيه ابتداء ولا فيه سانوي ده هو اصلا ملف ايه في واحد. برضو من الحاجات المهم هنا ان انا لو عايز اجيب معامل للحس في قانون تاني ممكن اجيب بيه معامل للحس الذاتي اللي هو ميو في ان تربيع في ايه على ايل. ميو ان تربيع ايه? على ايل. القل الكبير اللي بره دي معامل الحس الذاتي. القل الصغيرة اللي تحت دي طول الملف طول الملف اللي هي الحتة دي كده. خلاص? طيب لو انا عايز اقارم ما بين معامل الحس ممكن اقول ايه واحد علي ايه اتنين? في ان واحد تربيع على ال اتنين تربيع في ال اتنين على ال واحد. ولو معاكش المساحة ممكن نحط بدلها ار تربيع نصر كتر ايه تربيع. تعال نشوف كده كام مسألة على الحس متبادل للحس ازاي. بيقول لك ملفان متجاوران اكس واي عدد لفاتهما خمس ومية والفين على الترتيب كده. ملفوفين حوالين الساق من الحديد المطوع. فازا تغير الطيار في الملف اكس بمقدار عشرة امبير. تغير الفيت في الملف اكس بمقدار اتنين في عشرة سالب تلاتة. وفي الملف واي بمقدار عشرة سالب اربعة. بص انت عندك ملفين اكس واي. عدد لفات اكس خمسمية. عدد لفات واي الفين. لو اتغير الطيار في الملف اكس يعني هنا الدلتا اي بمقدار عشر. هيتغير الفيت يعني هنا في دلتا في مقدارها اتنين في عشرة سالب تلاتة. والناحية التانية الدلتا في مقدارها عشرة واستسالة باربعة. بص يا حبيبي مبدايا كده الملف ده هو الملف ابتدائي. عرفت من هنا يا بيستر. لانه بيمر فيه طيار. اللي كان فيه بطارية وطيار كان الملف الابتدائي. وده استعنام. الراجل عايز معامل الحس الزاتي. معامل الحس المتبادل ما بين الملفين. طب تعالى الاول نجيب معامل الحس الزاتي. هل هنا في المسألة الداني ايه مف? هتقول لي لأ. هل طلب منك ايه مف? برضو لأ. يبقى طوله انت مغمض ايه. هتقول ان في دلتا فاي. بتساوي ال في دلتا اي. على طول. بتكلم على اكس هنا. يبقى الان خمسمية. في الدلتا فاي اللي هي اتنين في عشرة سالب تلاتة. هتساوي ال اللي هو عايزة في الدلتا اي اللي هي عشرة. هتحسب ده على الالة واللي يطلع تقسيمه على العشرة. فهيطلع معاك الاجابة واحد من عشرة. معامل الحس الزاتي واحد من عشرة هنا دي. يبقى انا كده هالسابع يجيب مدار. طب عايز اجيب معامل الحس المتبادل. نفس الكلام لديك اي مف ولا طلبة منك يبقى هتقول ان في دلتا فاي. بتساوي ام في دلتا اي. وفي الحالة دي قلت لك بتعود بعدد لفات السانوي. السانوي اللي هو هو ايه. يبقى الفين. في دلتا فاي بتاعته اللي هي عشرة سالب اربعة. الكلام ده بيتساوي الام اللي احنا عايزنا. في الدلتا اي اللي هي عشرة. هتحسب ده على الالة وتوم جاي يقسم على العشرة. الفين في عشرة سالب اربعة. واللي يطلع تقسمه على عشرة يطلع لك اتنين من مية هنري. بالتالي هتبقى الصحي طبعا قلنا الف او بيه. طبعا الصحي هنا نقطور الف. لان معامل الحس المتبادل طلع باتنين من مية. ندخل بقى على التطبيقات ودي من اهم الاجزاء اللي عندنا طبعا في الفاصل التالت. او تطبيق عندنا هو تطبيق على اول ظاهرة اللي هي الحس كاروميغناطيسي. طبعا خلي بالك الحس المتبادل والذاتي عليهم تطبيقات. الذاتي التطبيق اللي عليه تطبيق يعني نازل اللي هو مصباح الفلوروسيند. وحاجة اسمها الطائرات الدومية اللي بتدخل فيه افران للحس اللي بنستخدمها في صهر المعادل. انما المؤلد هنا اللي هو الدينمو ده تطبيق على ظاهرة الحس كاروميغناطيسي. ده اول حاجة فكرته. طيب الغرض منه ايه? قال لك الغرض منه تحويل الطاقة الحركية لطاقة كهربية. يعني بيحول حركة لكهرباء. تركيبه. قد بين مغناطيس عادين خالص. في القلب بيبع عندك ملف. بينتهي بحلقتين معدنيتين. وفرشتين سابتين من الجرافيت اللي هو كربون. خلاص كده او بيتوصل عادي بمقاومة او باي جهاز انت عايز تشغل بيه او تشغله بالدينمو. نوع الطيار الناتج من الدينمو ايه? قال لك الطيار الناتج منه طيار متردد. يعني طيار متغير الشدة والاتجاه زي ما انت شايف. طيب اه الطيار المتردد ده ممكن احنا نخليه مقوم يعني موحد الاتجاه. قال لك ينفع. وده بيتم عن طريق حاجة اسمها مقوم الطيار. كل اللي عليك بتشيل الحلقتين وتحط مدالهم استوانة مشكوكة نصفين. يطلع ساعتها منها الطيار مقوم او طيار موحد الاتجاه. طيب بالنسبة للدينمو. اه لو انا عايز احدد اتجاه الطيار مسلا في ملف الدينمو. بحدده ازاي? بستخدم فيليمينج اليومنا. وفي كتاب المدرسة قالين كمان قاعدة لنز وده صح مش غلط. يعني ممكن لنز وممكن فيليمينج لليد اليومنا. طيب ايه كمان? وضع البداية. يعني بيبدأ من الوضع الموازي ولا من الوضع العمودي? بيبدأ من الوضع العمودي. ده وكده كل حاجة نظرية بالنسبة للدينمو. طيب بالنسبة لقوانين الدينمو بقى ايه? اللهم بارك. عندك عدد لا نهاء من القوانين. قوانين كتير او في الدينمو. وده اللي بيخليه يعني ايه من الاجزاء اللي ممكن معظمنا مش بيحبها. بس هو لما تحفظ قوانينه هتلاقي ان شاء الله صحيح لك. بص يا حبيبي. الموضوع كله بيلف وبيدور حوالين حاجة اسمها اليميف اللي هي قوة دفعة المستحسة. القوة دفعة الكاربين المستحسة دي في الدينمو لها حالات كتير. في منها حاجة اسمها قيمة العزمة. عندك حاجة اسمها قيمة الفعالة. عندك حاجة اسمها قيمة اللحظية. وعندك حاجة اسمها قيمة المتوسطة. كل طبعا حالة من دول يا قوانين بتاعتها تعالى من خاصة كلها مع بعض. ونحفظهم سوا. اول حاجة لو طلب لو طلب مني الكوة الدفعة. العزمة لو طلب مني العزمة فالعزمة اللي قال ايه ميف ماكس. كان بتساوي بي ايه ان اوميجا. بنختصرها في ايه? في بانيو. وفي لازل تقول لك نابوي يا عم شغال ماشي. بي ايه ان اوميجا. البي اللي هي كسافة الفيد. الايه المساحة? الان عدد اللي فات. ومال مين الاميجا دي بقى? الاميجا دي حاجة اسمها السرعة الزاوية. السرعة الايه? الزاوية. لو خباها عندك في المسألة هتحط بدلها حاجة من اتنين. يما تو باي اف. يما تو باي اف. اتنين باي في اف اللي هو التردد. يما في على ار. في اللي هي السرعة. ار اللي هو نص الكتر او. نص عرض الملف. بالله قالك اكتب كل حاجة من الحاجات دي لانها مهم جدا. الار نص الكتر او نص عرض الملفية. يعني لو ده لاجت طوله العرض. تاخد العرض تقسمه على الاتنين. ده كده يعتبر نص الايه كتر. طب والتردد اساسا عبارة عن ايه? عبارة عن مقلوب الزمن الدول. يبقى اول حاجة كده ايه من في ماكس بتساوي ايه? نابوي. او بانيو. بي اي ان اوميجا. اللعب لو كان على اوميجا يبقى احط بدلة بنسبة تسعة وتسعين في المية او في مسائل نادرة ها. طيب لو طلب اللحزية اللحزية بتساوي العزمة في صين الزاوية. يعني كل اللي عليك انك هتضرب القيمة العزمة في صين سيتا. بس ما تنساش ان سيتا هنا لازم تكون الزاوية مع العمودي. بس الكلام ده ما شفت بكده. ايه ما شفت في الباب التالي لما خدنا عزم للزواج. ما هو عزم للزواج زي الدينمو بالزبط. مسائل العزم زيها زي مسائل الدينمو. بناخد الزاوية مع العمودي. يعني هنا مصر لما يكون الملف موازي هتبقى الزاوية تسعين اه. لما يكون الملف عمودي هتبقى الزاوية سفر اه. لو الملف ميل على المجال بزاوية ستين. آآ الزاوية اللي انا بشتغل بيها تلاتين ايوة تاخد الزاوية اللي مع العمودي مش الزاوية اللي مع المجال. خلاص ده في مسائل الدينمو. طب لو خبى الزاوية اساسا. آآ لو خبى الزاوية اساسا باشا هيعمل حاجة من اتنين. حيدي لك زمن او فترة. زمن او ايه? او فترة. لو ادى لك زمن ممكن تجيب الزاوي بالقانون ده. او تلتمية وستين اف تي. طب لو ادى فترة. هضرب الفترة اللي هو الديهاني. في تلتمية وستين. اضرب الفترة اللي هو الديهاني في تلتمية ايه? وستين. طيب لو كان عايز الفعالة. الفعالة بتسوي العظمى على جزر اتنين. ايه مف مقسومة على جزر اتنين. وممكن نكتبها طبعا. في مسلس. ايه مف فعالة. اختصارها طبعا اف فكتب اف فكتب. بتسوي ايه مف عظمى اللي هي الماكسمم. على جزر ايه? اتنين. كده اخدنا عظمى. فعالة لحظية. فاضل المتوسطة. بص بقى المتوسطة وشوف حالات المتوسطة وجمال حالات المتوسطة. لو طلب منك ايه مف المتوسطة فانت عندك اولا حالتين بس. يا اما الملف دار من الوضع العمودي? يما دار من الوضع الموازي. ماشي ملاحظة اش اكمل. لو دار من الوضع العمودي فانت عندك تحت منها اربع حالات. ولو دار من الوضع الموازي عندك برضو تحت منها اربع حالات. لو بدأ اتدوران من وضع العمودي فقال لك في المسألة ان هو دار من الوضع العمودي او من وضع الصفر. وقال لك احسب الايه مف المتوسطة خلال ربع دورة. خلال ربع دورة او خلال وسط دورة ابن اربعة اف. ابن اربعة افر. طب تلاتة اربع دورة ابن اربعة تلاتة افر. طب في الدورة كاملة صفر. في قانون تاني للربع ونص دورة خلي بالك. ممكن نقول المتوسطة بتسوي اتنين اتنين اي ام اف ماكس. اتنين اي ام اف ماكس على باي. ما تكتبوش لان كده كده موجودة عندك. يعني هيزهر كم شور. وهنا ممكن اقول برضو في التلاتة اربع دورة اتنين اي ام اف ماكس على تلاتة باي. طيب. ده لو قال لك احسب المتوسط في الربع او في النص او في التلاتة اربع بدءا من وضع العمودي. ربع او نص يبقى ابن اربعة اف او اتنين ام اف ماكس على باي. تلاتة اربع دورة يبقى اتنين ام اف ماكس على تلاتة باي او ابن اربعة تلاتة اف. طب لو قال لك الملف بدء من الوضع الموازي. بص نفس القوانين هي هي تقريبا في الربع دورة ابن اربعة اف بس بالسالب. سالب ابن اربعة اف. نص دورة سفر. تلت اربع دورة ابن اربعة تلاتة اف. ودورة كاملة برضو بصفر القوانين طبعا مهمة جدا جدا يا شباب. للمساء. في قانون اكتبوا عندك واحفظوا دلوقتي وبعدين هنحل عليه ان شاء الله. لو طلب منك المتوسطة في اي حالة او في اي فترة. غير الفترات دي. يعني غير الربع والنص والتلات اربعة. قال لك انا عايز المتوسط خلال تلت دورة. خلال تمن دورة. خلال اه تلاتة على الاربعة دورة اه او تلاتة مسلا على التمانية دورة. ايا كان. سبع دورة. لو طلب منك المتوسط عامة فعنده قانون. سالب اي ام اف ماكس. ساين سيتا اتنين ناقص ساين سيتا واحد. ساين سيتا اتنين ناقص ساين سيتا واحد. على اتنين اتنين باي اف تي. اتنين باي اف تي. ملحوظة هنا بشتغل بالزاوية مع المجال. في القانون ده بشتغل بالزاوية مع المجال. وان شاء الله انا بنحل على القانون ده بازنك يا رب مساء. خلاص يا جماعة لستاية ده مهمة جدا جدا جدا. في عندك بقى الحتة اللي انا كنت اقول لك موجودة اه ومتكتبهاش اللي هي من قيمة العظمة ازاي نجيب الفعالة ازاي نجيب اللحظة ازاي نجيب المتوسطة. بص يا باشا. من العظمة لو عايز تجيب اللحظية تضرب في صين الزاوية. لو عايز تجيب الفعالة تقسم على جزر اتنين. لو عايز تجيب المتوسطة في الربع دورة او في النص دورة. تضرب في اتنين وتقسم على باي. يعني اتنين ايم في ماكس على باي. في التلات اربع دورة اتنين ايم في ماكس على تلاتة باي. يعني تضربها في اتنين على تلاتة باي. تمام? ده بالنسبة من المتوسط. ازاي من العظمة اجيب اي قيمة من القيم دو. نكمل برضو جدا مع بعض. بالنسبة اه لو الكلام عالطيار فقوانين بتاعة الطيار زي اه زي كوة الدفع. يعني اقول لك انا عايز الكمال لحظيه للطيار هتقول له اي ماكس بساين سيتا اي ماكس بساين سيتا. في حاجات بقى تانية فنية برضو كيمال فعالة بالسقل كيمال عظمى على جهاز الاتنين مفيش مشكلة. في بقى حاجات تانية فنية يعني ايه ممكن ما نحتاجاش بس ايه يعني بتيجي كل فترة كده اسئلة عليها وتبقى برضو احيانا مهمة. اللي هي مسلا ممكن يقول لك عدد مرات وصول الطيار لكيمال عظمى كم مرة في الثانية الواحدة? الطيار بيوصل لكيمال عظمى عدد من المرات بيساوي ضاعف التردد في الثانية الواحدة. يعني لو تردد خمسين يبقى الطيار هيوصل ميت مرة لكيمال عظمى في الثانية الواحدة. طيب يوصل كم مرة للسفر? اتنين اف زاد واحد. يعني ضاعف التردد زاد واحد. يعني لو تردد مسلا خمسين فيبقى اتنين في خمسين بمية زائد واحد يعني مية واحد مرة. يوصل مية واحد مرة للسفر في الثانية الواحد. طيب يعكس التجاو كم مرة في الثانية? اتنين اف نقاس واحد. بمعنى ان التردد لو بخمسين يبقى اتنين في خمسين بمية اشين مينة واحد يعني تسعة وتسعين مرة. الملاحظات دي برضو مهمة جدا لحل الاسر. قلت لك طبعا ازاي نقوم الطيار بنحط طبعا المقوم اللي هو استوانة معدنية مشكوكة ينصفين بينهما مادة عازلة. خلاص دول طبعا بيخلوا طيار بتاعي مقوم يعني طيار موحد الاتجاه. نشوف كده شوية السيلة على الدينمو. السؤال بيقول لك هنا ملف دينمو متردد مكون من مية وعشر لفة. ده الان. مساحة كل منها اللي هي لايه? تسعين سنتيمتر مربع لازم تتحول. سنتيمتر مربع يبقى عشرة قصة سلب اربعة. السنتي سلب اتنين. بس لو مربع يبقى سلب اربعة. يدور بسرعة زاوية اللي هي الاميجا? تلتمية وتمانية راديا لكل سانية. في مجال مغناطيسي. فاذا كانت القوة الدفعة التأسيرية يعني المستحسن. المتولدة. خلال ربع دورة بتساوي الرقم ده. خلي بالك هنا دي الكوة المتوسطة اه اي ام ف المتوسطة. فاذا يعني ان كسافة الفيت بكام? طب انا وانت لسه كنا بنحفظ مشوية قوانين. قلنا الاي ام ف المتوسطة. خلال ربع دورة بتساوي ابن اربعة اف. ابن اربعة اف. راجل هنا بتدي لك الاي ام ف المتوسطة بمتين ستة او اربعة وستين وستة من عشرة. هتساوي المساحة تسعين في عشرة سلب اربعة. في البي اللي احنا عايزينها. في الان اللي هي مية وعشرين. فاربعة في اف. اف اللي هو مين? اللي هو التردد. بس يا مصر او ما جابليش سيرة التردد. بس في حاجة انا شايفهم ادي هالف المسألة انا بستفدتش بيها. لا يا مين? لا الامجة. ما دي بقى اللي انت هتجب منها التردد. ازاي يا مصر? عشان انت عارف يا ابني ان الامجة بتساوي تو باي اف. يبقى انت لو عايز تجيب الافة هتقسم مع تو باي. صح يا مصر عندك حق. اشيب من هنا تو باي مع تو باي. فيبقى لك ان الافة بتساوي اومجة على تو باي. يبقى عشان اجيب التردد حقس من الامجة على تو باي. الامجة اللي هي تلتمية وتمانية. على اتنين باي. وربنا معاك يا موحيد. عايز تجيب البي حتوم باي حاسب كل ده الاول. ثلاص. وبعد كده تقسم المتين اربعة وستين وستة من عشرة على اللي هيطلع لك من هنا اللي عارفه ان اللي اجابة تطلع واحد وربع تسلا. طبعا. محتاجة ايه لحزن. دي لامو طير متردد القوة الدفعة الفعالة. الايفكتف الايفكتف بتاعته بميتين فولت. فان القوة الدفعة المتوسطة خلال نص دورة هتبقى بكام بدءا من وضع السفر يعني بدءا من الوضع العمودي. طيب المتوسطة في النص دورة ابن اربعة اف. بس انا هنا مش عقرب اشتعل بالقانون ده لان انا لمعي المساحة ولا الكسافة ولا عدد اللفات ولا حتى التردد. صعب جدا. مستحيل. ففيه قانون تاني. اتنين اي ام اف ماكس. على باي. تمام? بس في برضو مصر عندك مشكلة ان انت اساسا ما عاكش الام اف ماكس. مش مشكلة انت معاك الفعالة. واحنا عارفين ان الفعالة بتساوي العزمة على جزر اتنين. يبقى انا لو عايز اجيبك القيمة العزمة حضرب الفعالة في ايه? في جزر اتنين. يعني متين يعني حضرب فيه متين جزر اتنين. خلاص? واحسب على الالة يطلع معي الاجامة تقريبا مية وتمانين فولت. ازا كان القيمة الفعالة لطيار تردده خمسين. بتساوي عشرة انبيل. دي قيمة الفعالة يعني اي اف اكتب. فان قيمة الطيار بعد. لما يقول لك بعد يبقى اهو بيسألك على قيمة لحزية خلي بالك. بعد يعني عايز كمه لحزية. بعد زمن واحد على تلتمائة وستين ثانية حتبق بكام? طيب اللحزية بتساوي العزمة بصين الزاوية. انا بقى هنا ما شاء الله لا معايا عزمة ولا معايا زاوية. بالنسبة للطيار انت معاكم قيمة الفعالة. فحنضربها في جز الاتنين زي ما احنا عارفين. هي عشرة فهتبقى عشرة جز الاتنين. طب بالنسبة للزاوية ما ادهليش يبقى يامل حاجة من اتنين. قدت لك هي حيديك زمن يا فترة. هنا هو قدت لك ايه? زمن. خلاص. يبقى الزاوية بتساوي او تلتمائة وستين اف تي. تلتمائة وستين اف تي. يعني تلتمائة وستين في اف اللي هو خمسين في الزمن اللي هو واحد عالتلتمائة وستين. تطلع من هنا الزاوية خمسين درجة. يبقى انا هنا هقول فصيل خمسين لجيابة بازن الله عشرة وتلاتة وتمانين من مية انبياء. مولد طيار متردد القيمة العزمة لقوة الدفعة بتاعته اللي هي الامف ماكس متين واربعين بولت. وصلناه بمصباح فكانت القدرة المستهلكة اللي هي البي دابليو في المصباح مية وعشين وط. عايز القيمة العزمة للطيار. عايز من الملاحظات يا شباب المهمة جدا. احنا عارفين ان القدرة بتساوي الاي في الفي. او ممكن نقوله الاي في الاي في الاي مف ما الفي تغطبها الاي مف. من الملاحظات المهمة جدا انه انا بحس بالقدرة لازم اشتغل بقيم الفعالة. يعني هو انت بتجيب القدرة. تمام? وكان المصدر متردد? لازم. لو هتقول اي مسلا تربيع في ار لازم تبقى الاي افكتف. لو هتقول في تربيع على ار لازم تبقى لو هتقول الاي في الفي يبقى لازم اي افكتف وفي افكتف. دي نقطة مهمة جدا خالبات. القدرة عندك بمية وعشرين. هتساوي الاي افكتف اللي هي عبارة عن اي ماكس. على جزر اتنين. في الاي امف افكتف اللي هي عبارة عن اي امف برضو على جزر ايه اتنين. وكده اصبح عندي المجول بتاع اي ماكس. انا هحلها برضو معاك دياضة وانت كده كده بالآلة بتاع سبعين. اي ماكس في متين واربعين يعني متين واربعين اي ماكس. جزر اتنين في جزر اتنين في اقل الاتنين. هتعم بقى مقص بقى يبقى مية وعشرين في اتنين على واحد في متين واربعين. فهيطلع معي الاي ماكس بواحد طبعا امبير. هيطلق الحل بتاع واحد امبير على الالب الجهاز التاني كان المحول الكهرابي فكرتك مبنية على ايه قالك مبنية على الحس المتبادل ما بين ملفين اذا التركيب بتاع الجهاز ملفين ابتدائي ملف طبعا ايه سانوي بيتكون من ملف ابتدائي وملف السانوي ملفوفين على قالب من الحديد المضاوع السيليكوني فكرة الجهاز او الهدف من الجهاز قالك يستخدم في رفع وخفض الجهد الكهرابي يعني ممكن يدخل له جهد عالي فيقلله او يدخل له جهد ضعيف فيزوده يعني يستخدم في رفع وخفض الجهد الكهرابي فعش كلا احنا عندنا نوعين من المحولات محول رافع للجهد ومحول خافض للجهد بنتحكم ازاي في نوع المحول قالك عن طريق عدد لفات الملف السانوي ده السانوي ده اللي ابتدائي والله لو خلينا عدد لفات السانوية اقل من الابتدائي هيبقى الجهد الخارج اقل وكمان. فيبقى خفض للجهد. خلينا عدد لفات الثانوي اكبر من الابتدائي ساعتها هيبقى الجهد بتاع الثانوي اكبر من جهد الابتدائي فده معنا ان هو هيكون رافع للجهد. عامتا احنا عندنا نوعين من المحولات محول مثالي وغير مثالي. لو كان المحول مثالي في القوانين بتاعته. بتساوي ان اس على ان بي. بتساوي اي بي على اي اس. وطبعا في اس اللي هو جهد الثانوي على جهد الابتدائي. ده طيار الابتدائي طيار الثانوي عدد لفات الثانوي على عدد لفات الابتدائي. ولو كان مثالي فده معناه ان القدرة بتاعة المصدر اللي هو الابتدائي بتساوي قدرة بتاعة الثانوي. اما لو كان غير مثالي يعني كفاءته كفاءته اقل من مية في المية فساعتها بنعوض في قوانين الكفاءة. الكفاءة بتساوي قدرة الثانوية على قدرة ابتدائي في مية او اس بي اس على اي بي بي في مية او في اس ان بي على في بي ان اس برضو مضروبة في مية وبتطلع دايما القدرة اه بتطلع الكافاة اقل من مية طبعا لان هو ايه غير مثال لان قدرة الثانوية هنا بيكون اقل من قدرة الابتدائي لو كان عندك المحول ليه ملفين سانوين مش ملف واحد وكل واحد فيه متوصل لوحده ساعتها بنتبق نفس القائونين للفوق يعني بنقول مسلا ان ايه? في اس واحد على في بي بتساوي انس واحد على ان بي بتساوي ai phi على اي اس واحد لها نفس القائونين وبي اس ال اتنين على في بي بتساوي ن اس اتنين على ان بي وهكذا اما لو الاتنين شغالين مع بعض ساعتها بيبقى قانون بتاعي بي مصدر بتساوي بي سانوية واحد زاد بي سانوية رقم اتنين لو كان غير مثالي. بنقول ساعتها الكفاءة في بي بداعة المصدر بتساوي بي سنة واحد زي بي سنة واتنين مضروبة في مية. في حالة انه يطلب منك القدرة مفقودة في محول فدي بتساوي اي تربيع في ار. طلب منك الهبوط في الجهد تضرب اي في ار من غير التربيع. لو قال لك ان عايز القدرة الواصلة. مسلا في محطة انتاج كهرباء في مصنع مسلا. قال لك العايز القدرة اللي بتوصل للمصنع. احسبها ازاي? اجيب القدرة عند المحطة. واطرح منها القدرة المفقودة في الاسلاك. اللي هي بنجيبها ازاي? اللي هي قلنا اي تربيع في ار. اي تربيع في ار. تمام? اجيب القدرة عند المحطة هو ما بتجيها لك وتطرح منها قدرة المفقودة. كفاءة النقل. تجيب القدرة اللي وصلت للمحطة. اللي وصلت قصدي للمصنع وتقسمها على القدرة اللي كانت عند المحطة. القدرة الواصلة على القدرة عند منطقة التوليد واضرب في مية. ده بالنسبة القوانين المحول. الجهاز الاخير كان المحرك. فكرته طبعا ملايش علاقة بالحسن. فكرة المحرك زي ما احنا قلنا قبل كده عزم الزواج. باعتمد في الفكرة على عزم الزواج. الهدف منه تحويل الطاقة الكهربية لحركية. عكس الدين امو خلي بالا. كان بيحول الحركية لكهربية. التركيب بتاع المحرك والمحول متشابه بالزبط. يعني الاتنين نفس التركيب. باختلاف حاجة واحدة. ان المحرك بدل ما في مكاومة برا بنخط بدلعة بطارية. ده اللي اختلاف ما بين تركيب المحرك وتركيب المحاول. تمام? اه طبعا لما بيدور المحرك ده داخل المجال. بيبتجي طبعا. اه يتولد فيه اه طيار برضو خلي بالك مستحس. وقوة دفعة مستحسة. اه عكسية. المفروض ان الكوة دي بتعمل على انتظام سرعة دوران. الملف بتعمل على انتظام سرعة دوران الملف. وضع البداية بالنسبة للمحرك هو الوضع الموازن. بيبدأ دورانه من الوضع الموازن. ولو وصل للوضع العمود يخلي بالك العزم بيضاب صفر. ومع ذلك هو بيكمل دورانه بفعل اه خاصية الكسور الزادي. بفعل خاصية الكسور الزادي. طبعا الجزئية دي كان فيها اه لك نظري شرح بس عمل الدينة ومش اكتر. ما كانش فيه قانونين تقريبا الا قانون واحد بس اللي هو طيار المحرك بيساوي طيار البطارية او الطيار المستحس. او بطريقة تانية ممكن نقول ان طيار المحرك طبعا هنا خلي بالك اه اه او هنا اه طيار المحرك بيساوي على لحظة التشغيل. ولو قال لك يحسب الطيار وما قالش عند لحظة التشغيل بتقول في بي نقص على الار. في بي نقص على الار. نحل كده السئلة على المحول والمحرك مع بعض. بيقول في الشكل المقابل محولان كهربيان مثاليا. عايزين نعرف قيمة الفيتنين بكان. فانها قيمة في تنين بكان. بص يا مسألة بتاعت محول مثالي. والفكرة بتاعتها حاليا معروفة. انما قبل كده اجاد في الامتحان في الفين واحد واشنو كانت فكرتها جديدة ساعت. انما هي حاليا مسألة عادي فكرتها معروفة يعني. بص يا باشا. ده المحول الاولاني. ده الملف الابتدائي وده الثانوي. معاك هنا جهد الابتدائي وعدد لفاته. ومعاك عدد لفات الثانوي. اه اقدر اجيب جهد الثانوي. مش قانون بتاعك في اس على في بي بتسوي ان اس على ان بي. جهد الثانوي اقدر اجيبه. على جهد الابتدائي اللي هو الخمسين. ده الابتدائي وده الثانوي. عدد لفات الثانوي تلاتة ان. يعني تلاتة. وعدد لفات بتلاقي واحد ان يعني واحد. طبعا دي هنا خمسين. لو عملنا مقص يبقى خمسين في تلاتة على الواحد يعني مية وخمسين. طبعا من الاول مرضيش اقولك ان طالما عدد اللفات زيب تلات مرات يبقى الجهد وكمان هيزيب تلات مرات لانه مثالي. المهم ان الجهد هنا هيبقى ايه? مية وخمسين. من اه ده لده مش محول. تمام يعني من الملف ده والملف ده على بعضهم مش عاملين محول. لا المحول لازم يكون ملفوفة على الال. فبالتالي هنا الجهد هيروح زي ما هو. الناحية التانية المية وخمسين تروح زي ما هي. هو هتقول لي ان عدد اللفات قل يبقى الجهد هايقل لي لأ ده مش محول. ده بقى على بعض هو اللي محول. ده اللي ابتدائي. وده السانو. طب عدد اللفات كان ن وبقى اربعة ن يعني عدد اللفات زيب اربع مرات يبقى الجهد هو كمان هيزيب اربع مرات. مية وخمسين لو ضرب الفاربعة تطلع لي كام? ست ومية. محول الكهرابي رافع كفاقته كفاقته تمانين في المية. دي كده الايتا كفاقة. الملف الابتدائي متوصل بمصدر ميتين واربعين فولت. جهد المصدر اللي هو جهد الابتدائي اللي هو الفي بي. فاذا كانت النسبة بين عدد لفات الثانوي وعدد لفات الابتدائي اللي هي ان اس على ان بي عدد لفات الثانوي على عدد لفات الابتدائي ان اس على ان بي بتساوي خمسة على واحد عايز فرق جهد بتاع الثانوي يعني عايز الكفاءة قلنا بتساوي قدرة السنوة على قدرة الابتداء وطبعا مش هشتغل هنا بالقدرة لان انا مش معي. على بس انا هنا مش معي الطيارات. خلاص يبقى على ده القانون اللي انا هشتغل ان شاء الله بي. الكفاءة عندك تمانين في المية. بتساوي في ان بي. على في بي في ان اس. طيب الفي اس هي مش معينا احنا عايزينا. على الفي بي اللي هي بمتين واربعين. طيب. مفروض برضو حاجر في ان بي على ان اس. انت معاك ان اس على ان بي بخمسة على واق. طب انا عايز اخليها ان بي على ان اس. يعني عايز اقلبها. لو انا بتاعها هتبقى كام? واحد على خمسة. طبعا ومتنساش هضرب في مية. يعني هضرب في مية فيبقى الرقم ده كلا مية. يلا بينا على على واحد ونعمل ماصر. عايز اجميل في اس هضرب طرفين فاصلين. تمانين في متين واربعين في خمسة على واحد في مية. تمانين في متين واربعين في خمسة على واحد في مية. يطلع ما الحال بيساوي تسعمية وستين فولت. الشكل المقابر بيعبر عن محول مثالي. ليه كان ملف سانوي ليه ملفين سانويين. كل واحد فيهم شغال على حيدة يعني لوحده. خلاص انا عرفت السكة كده. لو قل الاتنين شغالين مع بعض كنت هقول له خلاص يبقى قدرة المصدر بتسوي قدرة الاولاني السانوي الاولاني زي قدرة السانوي التاني. انما طالما كل واحد شغلوا واحده يبقى هشتغل بالقوانين اللي عداية بعد المحول اللي عاية. فهو عايز البي اس واحد وعايز البي اس نين. طيب. على بتسوي اني اس على ان بي. برضو. بتسوي اني اس على ان بي. طبعا هنا بي اس واحد على بي بي بتسوي ان اس واحد على ان بي. يلا فينا في اس واحد احنا عايزينه. على اللي هي تلتمية. الكلام ده بيساوي ان اس واحد اللي هي اربعين على الان بي اللي هي الستمية. هتعمل مقص تلتمية فاربعين تلتمية فاربعين على الستمية. هيطلع معك من هنا. الان آآ الفي اس واحد. الفي اس واحد هيطلع لك من هنا بساوي عشرين فولت. يبقى هاختار او داي. طيب نفس الكلام عشان هجيبي الفي اس اتنين. هقول الفي اس بتساوي ان اس اتنين على ان بي. يلا بي. في اس اتنين احنا عايزينها. على اللي هي التلتمية. كلام ده بيساوي ان اس اتنين اللي هي عشرين. على اللي هي الستمية. هعمل برضو نفس الكلام مقص. بس هيطلع معي المراضي الاجابة بعشرة فولت. هيطلع معي هنا اتنين بعشرة فولت. يبقى انا كده كنت بقول يا جيم يا دان. طبعا هنا هاختار جيم. هيطلع في اس اتنين بعشرة بالتالي اللي جاء الحل جيم. الشكل المقابل يوضح تركيب المطور. فان الذي يمد المطور بالطاقة هو ايه? المطور طبعا بيحاول زي ما قولنا الطاقة الكهربية لحركية. يبقى اه هو بياخد طاقة كهربية. الطاقة الكهربية جايله منين? جايله اكيد من البطارية اللي هي المكون اقام خمسة. الشكل المقابل يمثل احد اوضاع الاستوانة. بص يا حبيب. هنا الاستوانة رأسية يعني عمودية. في الوضع لما تكون الاستوانة عمودية بمساعتها الملف موازي. خلاص? ولو ملف موازي طبعا هيبقى العزم بقيمة عظمة. وطبعا هو بيسألك هنا على عزم فقول له قيمة ايه عظمة? اما لو كانت الاستوانة موازية يبقى الملف هنا عمودي. ولو ملف عمودي هيبقى العزم في الحالة دي بكام? بصفر. خلاص يبقى هنا عزم الزواج بصفر. بس هو مش بيقول لك بينا عزم الزواج ماله. هو انا بيقول لك ايه اللي هيسبب دوران الملف? من الوضع اللي اه فيه? ازاي هتتخطى الوضع اللي اه فيه? قلنا طبعا بيتخطى المحرك الوضع اللي هو فيه ده. اللي هو الوضع العمودي. على رغم ان العزم بيوصل لصفر. بس بيكمل دورانه. بفعلا حاجة قلت لك اسمها لايه? الكسور الزاتي. كده احنا خلصنا الفصل التالت. ندخل بقى بإذنك يا رب على الفصل الرابع. الفصل طبعا الرابع هو اخر فصول عندنا في الفيزياء الكهربية ويعتمر من اصغر فصول في الفيزياء الكهربية وهو فعلا اصغر فصل عندنا. سواء في عدد الاسئلة او حتى في المحتوى بتاعه او حتى كبيرة الدرجات العالية ولكن طبعا احنا يعني اه داخلين شاء الله بإذنك يا رب على التقفيل فبالتالي ايه? كل فصول عندنا مهمة طبعا. الفصل كان بيكلم على حاجة اسمها دوائر الطيار المتردد. احنا عرفنا ان احنا عندنا حاجة اسمها الطيار المتردد وده الطيار اللي بيطلع من الدينمو او الطيار اللي بيانتوك من الدينمو. الطيار المتردد ده لو انا اخدته كده وشبت الخواص بتاعته في الدوائر الكهربية. فايه هي الخواص بتاعته? وبعد كده عايزين نعرف ايه هي اصلا الدوائر الكهربية اللي بيكون فيها المصدر متردد وندرس الخواص بتاعت كل دايرة ان شاء الله مع بعض او نفتكر كده ونراجع مع بعض. نبدأ كده اولا بمحتوى الفصل اول حاجة هنتكلم على خواص الطيار المتردد. وبعد كده هنتكلم على الجهاز اللي بيقيس الطيار المتردد هو اسمه الاميتر الحراري او الاميتر زوء السلك الساخن. واخيرا هنتكلم عالدوار بتاعت الطيار المتردد. نبدأ كده الاول بخصائص او مميزات الطيار المتردد. بقول لك من مميزات الطيار المتردد انه هو يمكن رفع او خفض القوة الدفعة بتاعته او الجهد يعني بتاعه باستخدام المحولات. والمحول دا كان جاهز احنا عارفين هو بيستخدم في رفع وخفض الجهد المتردد. يعني ما ينفعش ان المحول نستخدمه في حالة مصدر مستمر. نخلي بالك المحول لو اتوصل المحول بمصدر طيار اه مستمر في الحالة دي المحول ما يشتغلش. لا يعمل المحول بمصدر طيار المستمر. لازم يكون المصدر ايه? متردد. تمام? دي اول ميزة بتميز الطيار المتردد ان احنا ممكن نرفع ونقلل قيمة الجهد بتاعها. يمكن نقلو المسافات بعيدة. ليه يا عم قال لك لان احنا والله بيجي عند اماكن الانتاج. لمحطات التوليد بتاعتك الاربة. بنرفع الجهد بتاع المصدر فبالتالي ده بيخفض الطيار. طيب لما نيجي نخفض الطيار ايه اللي هيحصل? في الحالة دي لما الطيار يمشي في الاسلاك? لمسافات بعيدة هيبقى الفقد في الطاقة الكهربية على الطاقة حرارية قليلة. لان الفقد ده عبارة عن قدرة مفقودة لأي تربيع فقر. فلا لما خلي الطيار صغير ده هيخلي القدرة مفقودة هي كمان صغيرة. يبقى يمكن نقلو المسافات بعيدة باستخدام محول رافع للجهد. لان لما هنرفع الجهد هنخفض الطيار فبالتالي نقدر نقلل الفقد في الطاقة الكهربية. على ايه الطاقة حرارية? ممكن نحوله الى طيار مستمر. وده طبعا شوفناه في الدين اقول لما حطينا مقاوم الطيار حول الطيار من متردد لطيار مستمر. انما العكس صعب. صعب ان انا حول مستمر لمتردد. لكل من الطيار المستمر ومتردد اثر حراري. يعني دي حاجة ما متميز الطيار المتردد قصدي. هي حاجة طبعا للطيارين. اثر حراري يعني لما بيمروا في اي موصل بيسخم يعني بيولد حرارة. الطيار المتردد بيصلح في بعض العمليات ولكن مش بيصلح في بعض العمليات الاخرى. بيصلح مثلا في الرضاء او التسخيد. لا يصلح في التحليل الكهرابي والطلاق الكهرابي. آآ يقدر يمر في دوائر المكسفات. انما المستمر طبعا كان لا يصلح استخدامه مع المكسفات. دي كلها تعتبر خواص او يعني بعد الملاحوظات كده على الطيار المتردد اللي احنا لازم برضو نكون عارفنا. وملحوظة طبعا التردد الطيار بيختلف من دولة للتانية. وعندنا طبعا في مصر التردد بتاع طيارنا خمسين هيرتز. ندخل بقى على اول حاجة كده الجهاز الاميتر. الجهاز الاميتر اللي حالي طبعا هو جهاز بيستخدم في اياس الطيارات بشكل عام سواء كده مستمرة او مترددة. انما الاميتر زي الملف المتحرك اللي هو اميتر اللي خدنا في الباب التاني ده كان بيسم مستمر فقط. الحراري بيقيس اي حاجة بيقيس الطيار المستمر والطيار المتردد. ليه? لان الجهاز ده من اسمه بيعتمد على الاصر الحراري للطيار. واحنا لسه مشوية قالين ان سواء الطيار المستمر او المتردد اللي اتنين عندهم اثر حراري. يعني الاتنين كده كده لو عدوا في مواصل بيسخم. فالجهاز ده بيعتمد على السخونية او الحرارة اللي بتطلع من اه المواصل بسبب مرور الطيار. فعشان كده طيار مستمر عدى في الجهاز هيعمل حرارة. طيار متردد عدى في الجهاز هيعمل برضو حرارة. ازا الجهاز يصبح لقياس كل من الطيار المستمر والمتردد. الجهاز زي ما انت شايف كده التركيب بتاعه. بيبقى عبارة عن سلك من سبيكة البلاتين مع السلك ده احنا بنشده او بنربطه على مصمارين. يتصل من منتصف بخيط رفيع من الحرير. يلف لفة واحدة حول بقرة. ويتصل باع ملف زنبورجي. تمام كده? يتصل الطرف التاني من الخيط بملف ايه? زنبورجي. المؤشر بتاع الجهاز طبعا زي ما انت شايف بتحرك على تدريج اقسامه غير متساوية. يعني تدريج غير منتظم. بص بتبقى المسافات كده في الاول ما بين الاقسام قريبة قوي. وبعد كده بتبتجي المسافات ان هي ايه? تزداد. وطبعا عندنا مجزق الطيار بالتواصل على التوازي. بقول لك سممها بحيث تكون اقسام اه الطيار الى فرعين. اه يتكون احد الفرعين من مقاومة تعرف اه تعرف اصده باسم المقاومة مجزق الطيار. والتانية اللي هي السلك البلاتين بشكل عام. المكون رقم اتنين طبعا هنا اللي هي رسمة دي المفترض ان هي رسمة الجهاز برضو. المكون رقم اتنين ده. عبارة عن ايه? قال لك ده عبارة عن سلك البلاتين. وده لما بيسخن لما بيمر فيه طيار بيسخن وبعدين بيتمدد ثم بيرتخي. وآآ طبعا المفروض ان بعد كده خيط الحريق ده بيشد سلك البلاتين مرة تانية. فده اللي بيسبب دوران البكرة وحركة المؤشر. ويتمدد عندما يمر خلاله الشحنة او طيار يعني. آآ طبعا بيبقى متصل بخيط الخيط طبعا غير موصل او غير موصل للطيار الكهربية اللي هو الخيط اللي بالاحمر ده. وده دور زي ما قلنا اللي هو يشد الخيط يشد السلك مرة تانية وده هيسبب دوران البكرة وحركة المؤشر. يؤثر الخيط بقوة شدة على السلك دون ان يغير من الشحنة طبعا بتاعته. آآ اللي هو بالنسبة لنا هنا المكون رقم تلاتة ده اللي هو اللي بالاحمر ده هو خيط الحرير. او موجودة عندك هنا رسمة اللي حتة الصغيرة دي هي عبارة عن خيط الحرير. يستخدم الاميتر الحراري في قياس الطيرات المترددة وطبعا المستمرة. يعمل الاميتر الحراري على الاصر الحراري للطيار. عندما يكون السلك في حالة اتزام حراري فان الاميتر يقرأ شدة الطيار وتدل على قيمة الفعالة. يعني لما المؤشر بيثبت عند قراءة معاناة. القراءة دي بتدل على قيمة الفعالة للطيار. يعني لو جال في وصول قال لي اميتر الحراري يقرأ خمسة امبير. فده معنا ان شدة الطيار بخمسة امبير. طيب شدة الطيار اللي انا طلعتها دي بخمسة امبير. دي عبارة عن ايه? اي ماكس ولا اي افكتف? اي افكتف. قراءة الاميتر الحراري بتبقى قراءة طيار متردد. او بتعبر عن طيار متردد. تدريج الاميتر الحراري تدريج غير منتظم. طب ده سببه ايه? قلنا الجهاز بيعتمد على الاصل الحراري اللي هو القدرة حرارية او الطاقة الحرارية ودي عبارة عن اي تربيع فقار. فهتلاقي ان مقدار الحرارة اللي بتتولد بيتناسب ترضيا مع مربع شدة الطيار. وليس مع الطيار نفسه. فعشان كده لو الطيار زادت مرتين هي يزيد اربع مرات. الطيار لو زادت تلت مرات هيزيد تسعة. هي تلاتة تربيع بتسعة. فعشان كده الطاقة الحرارية المتولدة فيه سلك البلاتين لا تتناسى ترضيه مع الطيار انما مع مربع شد الطيار وده بيخلي تدريج بتاعنا تدريج غير منتظم فاللي بالك في المالك بتاع كله ما عندكش غير جهازين تدريجهم غير منتظم الاميطة الحراري والاميطر في الباب التاني طيب مسألتين كده على السريع على الاميطة الحراري هو طبعا اه بياغلب يعلي علين نظري جزئية نظرية والسؤال اللي بيقول لك هي الاشكال بيعبر عن تدريج الاميطر الحراري طبعا اقسامه لازم تكون غير متساوية متقربة عند الصفر وبقى كده بتبعد عن بعضها هنا الاقسام متساوية عند بعضها هنا غير متساوية ولكن متبعدة عند الصفر وقريبة بعيد طبعا لا فالصح طبعا هيكون دال اه ده طبعا يعني حتى ما يعبرش عن جلفانور ان حتى الصفر في النص اه ولكن المسافات برضو اه الاقسام غير متساوية فده لا يعبر عن جلبان. طبعا هنا الاجابة هي ده. عند مرور طيار متردد قيم طول عزمة وسبعة امبير. ده كده الاي ماكس. في سلك الاميتر الحراري تتولد كمية حرارية. خلال فترة زمنية دلتة تي. فانه لانتاج نفس كمية الطاقة الحرارية في سلك في السلك خلال نفس الفترة الزمنية. يجب ان يمر طيار مستمر شدته بتسوي كامل. الحرارة اللي تولدت يا حبيبي ما تولدتش بسبب بسبب القيمة العزمة للطيار. هي تولدت بسبب القيمة الفعالة للطيار. تمام? الحرارة اللي تولدت في الموصل سببها القيمة الفعالة للطيار مش القيمة العزمة للطيار. فانت لو عايز صار مستمر يعدي لازم ويولد نفس الحرارة لازم تكون قيمته قد القيمة الفعالة مش القيمة العزمة. يعني لازم تكون القيمة بتاعته بتساوي اي افكتيب. ودي طبعا بتساوي اي ماكس على جزر اتنين. سبعة لما دي يسمع على جزر اتنين يطلع لك بالتقريب بتساوي خمسة امبير. هيطلع يعني ايه? اه ازياد من خمسة بحاجة بسيطة. طيب. بالنسبة لدوائر الطائر المتردد كان عندنا يعني حد سولة حركة. يعني عندنا تمن دوائر الطائر المتردد. كل دايرة عايزين نعرف رسمتها خواصها قواننا. الدايرة اللي اولا كانت ابسط دايرة اللي هي كانت دايرة الطائر المتردد ومقاومة اومية. دايرة تحتوي على مصدر متردد ومقاومة اومية. اه دي اهود دايرة مبتعك او المصدر المتردد مع المقاومة اومية. خواص الدايرة دي ايه? قال لي والله الخواص احنا عندنا بنتكلم او بن بنشوف العلاقة بين حاكتين. فرق الجهد وشد الطيار. هي دا المقصوم بخواص الدايرة. ايه علاقة الجهد بالطيار? هل اللي اتنين بيحصلوا مع بعض في نفس اللحزة? يعني هل تولد او نشأة فرق الجهد بتبقى مع مرور الطيار في المقاومة? يعني الطيار في اللحزة اللي بيمر فيها الطيار في المقاومة? بينشأ او بتولد فرق الجهد? ولا مسلا واحد فيهم بيزبق التاني. طبعا في دايرة المقاومة كان الجهد والطيار اللي اتنين متفقين مع بعض. متفقين مع بعض في التطور. يعني اللي اتنين مفيش اي اختلاف ما بينهم. مفيش حد فيهم متقدم عن التاني ولا واحد فيهم مسابق التاني. حتى كمان يقول لك زاوية التطور ما بينهم بيساوه صفر لان الاتنين منطبقين على بعض زي ما انت شايف كلا بالزبط. لو رسمناه حتى كمنحنة جاي بيه يعني ده اللي هتلاقي ان الاتنين شبه بعض بالزبط. يعني اللي تحت ده منحنة الجهد اللي هو هتلاقي المنحنة الجهد اخد الشكل ده كده او. ومنحنة الطيار زيه برضو بالزبط خلي بالك. لهو مسلا بدء من اه من هنا ولا بدء مسلا من عنده قيمة العظمى لا ده بدء معامل الصفر. بدأ مع بعض بالصفر. الاتنين كبروا مع بعض لحد ما وصلوا لقيمة العظمى. رجعوا تاني. يصغروا مع بعض لحد الصفر وبعد كده رجعوا تاني يكبروا عند قيمة العظمى السليبة واي كزا. يعني الاتنين بيتغيروا مع بعض. فالاتنين متفقين ايه في الطب. وطبعا هنا ما كانش فيه قوانين. تاني دايرة عندنا هي دايرة او مصدر متردد مع ملف حس عديد من مقاومة. ايه دايرة الملف ايه? دايمو متوصل مع ملف حس. الدايرة دي كان الخواص بتاعتها ان فرق الجهد بيتقدم على الطيار. الجهد بيسابق او بيتقدم على الطيار بتسعين درجة او بربع دورة. بربع دورة. تمام? بيتقدم على الطيار بربع دورة او بتسعين درجة. بمعنى انه في اللحظة اللي بيكون فيها الطيار بصفر. بيكون الجهد مسابقه بربع دورة يعني قيمة عظمى. ما هو خلي بالك. ايه دي الصفر اهو. و ايه دي القيمة العظمى اهو. اللي بينهم ربع دورة. المسابق اللي بينهم وربع دورة. فالطيار او الجهد بيتقدم على طيار بربع دورة يعني الطيار لما بيكون سفر بيكون الجهد ساعتها مسابقه. يعني بيكون ساعتها جهد قيمة عظمى. هتنال الاتنين مش بدقين طبعا مع بعض. خواص الدايرة دي احنا قلناها اما القوانين بتاعتها طبعا تعالى نفتقرها كده مع بعض. فاول حاجة اه في الملف من الحاسة يا شباب مش بيبقى عنده مقاومة يعني بيبقى عديم المقاومة ولكن عنده مديل المقاومة زي ما بقول لك. انه بيكون عنده حاجة اسمها المفاعلة الحسية. تمام? مفاعلة الحسية دي تعتبر بالنسبة لي مقاومة الملف. رمزها اكس ال. طيب بنحسبها ازاي? هقول لك. بس الاول افكرك ان معامل الحاس ده. ازاتي احنا عدى انها بريجرة في الباب التانت وكان بيساو ميو. ان تربيع ايه عليه? طب المفاعلة بقى الحسية نجيبها ازاي? مفاعلة الحسية اللي هي بتساوي اوميجا ال. او تو باي افل. اوميجا الاكس ال. مش ال بيه على الار. هنا ما يبهش ار. في اكس ال. يبقى بيه على. لو حقارن ما بين مفاعلتين حسيتين لملفين. بقول اكس ال واحد على اكس ال الاتنين. بالسوي. اوميجا الواحد او افل واحد على افل اتنين. في حاجة ان انا عندي اكتر من ملف. بتوصلين مع بعض على التوالي. او على التوازي. بنطبق قواني التوالي والتوازي اللي احنا حافظنا. يعني لو كانوا ملفات كلها مثلا مختلفة. حتقول اه ال L داش بتاعتهم بتساهم مجموعة لو عايز تجيب ال XL داش اللي المفعلة الحسية الكلية بتقول هنا X مجموعة XL بتاعت كل ملف XL واحد زيادتين 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 وتلاتة. والتوازي بتطبق قوانين توازي يعني بتقول مجموع المقلوب سواء بتجيب ال L داش او بتجيب ال XL داش. طب لو متساوئين يبقى هنا واحدة منهم فعددهم ونفس الكلام هنا تبقى واحدة منهم على عددهم يعني قوانين التوالي والتوازي اللي احنا عارفنا. عندي مسألة هنا على الجزء دي بتقول لك ملفة حساة. وصلها معنى على التوالي مع مصدر جهد متردد. جهده بيساوي سبعمية آآ مئتين وسبعين بول. فمرة طيار قيمته الفعالة اتنين من عشرة امبير ده كده الاي. وعندما وصلها معنى على التوازي مع نفس المصدر مر طيار في الحالة دي تسعة من عشرة امبير. يبقى ده كده اي ده كده اي اتنين. فان المفاعلة الحسية للملفين بتساوي كام. عايز اعرف المفاعلة حسية للملفين بكام. بص يا غالي لما توصلوا مع بعض توالي. في الحالة دي تبقى المفاعلة الحسية كلية بتاعتهم بتساوي مجموعهم. يعني اكس ال واحد زياد اكس ال اتنين. ساعتها كان الطيار باتنين من عشرة. والجهد بيساوي مئتين وسبعين. طب ما اساسا انا ممكن اقول من قانونه. الفي بتساوي اي في ار او اي في اكس ال. فانا من هنا ممكن اجيب الاكس ال داش. اقسم الفي على الاي يعني المتين وسبعين. على الاتنين. من عشرة. فيطلع معاك من هنا الاكس ال داش. بتساوي كام? بتساوي تلتمية. او هتطلع بتساوي الف تلتمية وخمسين. ايه? دا كده. لايه اصلا بيساوي مجموعة الاتنين دول يعني الف تلتمية وخمسين. المفروض بنساوي اكس ال واحد زياد اكس الان اثنين. في حالة التوصيل عالتوازي فالمفروض ان المفاعلة الحسية بتاعت الاتنين بتساوي ضربوهم على جماهم يعني اكس ال واحد في اكس ال اثنين على اكس ال واحد زاد اكس ال اتنين. وبنفس الطريقة برضو ممكن نجيب الاكس ال داش نقسم الفي على الاي الفي على الاي. في الحالة دي كان الفي بمتين وسبعين والاي بتسعة من عشرة حيطلع معاك النتج بتاعها تلتمية. يعني اقدر اقول ان ده كده بيساوي تلتمية. وده بيساوي اكس ال واحد في اكس ال اتنين. على اكس ال واحد زاد اكس ال اتنين. بص اكس ال واحد زاد اكس ال اتنين احنا قللنا اساسا بالف تلتمية وخمسين. يعني على الف تلتمية وخمسين. دلوقتي بقى انت وشدرتك. المفروض ان انا هشوف حاصل ضرب ده بكان. تمامي? انا هنخضرب دول فبقى تلتمية في الف تلتمية وخمسين. واشوف بقى من الاختيارات. انهي رقمية لما يتضربوا ببعض يدوني نفس الاجابة. يعني نفس الناتج اللي هيتلاعلي من هنا. تمام? لما اتجرب هتلاقي ان الاجابة الصحة تسعمية وربعمية وخمسين. لو اتضربوا ببعض هيتدوليك نفس ناتج التلتمية في الف تلتمية وخمسين. الدايرة التالتة معانا كانت دايرة المكسف. والدايرة دي شباب كان بيتوصل فيها مكسف وده كان عبارة عن لوحين. معدنين متوازين ومتجاورين غير متلامسين. بيفصل ما بينهم مادة عازلة. ممكن تبقى هوى او ممكن يبقى اي حاجة تانية غير الهوى. بيستخدم فيه تخزين الطاقة الكهربية على هيئة شحنات كهربية. بحيث ان احد الوحيب بيتراكم عليه شحنات مجابة والتاني بيتراكم عليه الشحنات السالبة. لا يصلح المكسف للتوصيل بمصدر مستمر. ليه? قال لك جربناها قبل كده وفشل. لما بنوصل المكسف بمصدر مستمر. ايه اللي بيحصل? قال لك بيبتجي المكسف ياخد اللي هو عايزه من البطارية. يتشحن. ياخد منه شحنات يعني. لحد ما يتشحن وجهده لو يزيد. في اللحزة دي اول ما بيتم الشحن بتاعه يقول لك شكرا لبطارية انا مش عايز منك حاجة تانية. طب يا عم يعني ابعت لك شحنات تانية. لا مش عايز. طب ما كده لو انا مبعت لش شحنات مفيش طيار هيمر. يقول لك ايو 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 انا 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 لو علي مش عايز الصار تاني يمر. انا بالنسبة لي الشحن. فتوصيل المكسف ببطارية قال لك بيعمل ايه? بيعمل مرور لحزي للطيار. يعني الطيار بيمر اللحزة معاينة فترة معاينة. لأي الفترة اللي بيتشحن كده المكسف وبعد كده بين عدم مرور الطيار عنده تمام شحن لايه؟ المكسف. عشان كده مش بيتوصل مع مستمر بيتوصل دايما مع مصدر متردد. وده بيضمن استمرارية لمرور الطيار. خواص الدائرة هنا قال لك بيبقى الطيار متقدم على الجهد تسعين دورة تسعين درجة او ربع دورة. يتقدم الجهد على الطيار او الطيار على الجهد. ربع دورة وتسعين درجة. يعني في اللحظة اللي بيكون فيها الجهد بيساوي سفر. بيكون سعادة الطير متقدم عليه. يعني قيمة عزمة. قوانين المكسف عندنا. اول حاجة كل مكسف قال لك لي حاجة اسمها الساعة بتاعته. يعني لو جيبنا مكسف ممكن يجيبكي مكسف مسلا اه ساعة قليل يعني بيخزن كم من الشحنات قليل في مكسف تاني الساعة بتاعته اعلى وهكزب. فعندك حاجة اسمها ساعة المكسف ودي بتساوي كيو على بي. سي بتساوي كيو على بي. السي لها ساعة المكسف بتساوي كيو اللي هي كمية الشحنات اللي يقدر يخزنها المكسف او الكمية الكهربية على اللي هو فرق الجهد ما بين لحين المكسف. ما انت عندك لوح موجب ولوح سالف ففي ما بينهم فرق في الايه? في الجهد. واحدة اسم الساعة هي الفارد. تقاس بواحدة الايه? الفارد. طيب. تاني حاجة. او نروح للتالتة الاول. لو انا عايز اجيب المفاعلة بتاعة المكسف. ليه مفاعلة? ليه مكومة يعني? قال لك اهو. ليه حاجة اسمها المفاعلة? السعوية. رمزها اكس سي. وبتساوي واحد على امجا سي. او واحد على اتنين باي اف سي. عايز تجيب الطيار هتقسم الفي على الاكس سي. لو بقارن ما بين المفاعلة السعوية لمكسفين. فساعتنا بقول اكس سي واحد على اكس سي اتنين بتساوي اومجة ال اتنين على اومجة ال واحد او اومجة سي اتنين على اومجة سي واحد او ممكن اقول اف سي اتنين على اف سي واحد. لو عندي اكتر من مكسف متوصلين مع بعض على التوالي او على التوازي اخلي بالي بالي علي. في حالة التوالي في حالة التوالي وطبعا هنا التوازي. في حالة التوالي بنعكس الحالة لو احنا بنحسب سعة كلية. تمام كده? بنعكس لو احنا شغالين بنحسب سعة كلية. يعني هم توالي. لو بحسب باشتغالها عادي توالي. بقانون التوالي العادي. انما لو بحسب السعة باشتغالها بقانون التوازي. اما في الحالة التانية لانا توازي. لو انا بحسب باشتغالها عادي. توازي عادي. انما لو بحسب السعة. بص راحز ان احنا عملنا ايه جمعناهم كأنها توالي. فaras بحسب السعة بعكس الحالة. يعني لو انا الحالة قدام مني توالي اشتغالها بقيونية توازي. ولا عكس لو هي توازي اشتغالها بقيونية توازي. لو هم متساويين. لو بجيب واحدة منهم في عدده. انما لو بجيب الس اشتغالها ك pirate توازي. اقول ما هو على عددهم. وكذا هنا برضه. في التوازي عادي بقول واحدة منهم على عددهم. بس لو بحسب السعة بتبقى واحدة منهم في عددهم كأنها تواب. نحل على الجزئة دي عندك هنا في الشكل المقابل بيقول لك انا عايز السعة الكلية. عايز السعة الكلية. طبعا هنا بيتكلم على السعة فخلي بالك. هتشوف طريقة التوصيل وتعكس ها? طيب انا جاي من ايه البي? اول حيقة كده الطيارة لما ييجي هيتجزق على هنا وهنا. طب الجزء ده اللي ما شافه ده. حيروح للمكسف اللي هو اربعة ده وبعدين يطلع عادي من عند بيه. انما الجزء اللي حيمشي هنا في التمانية حييجي هنا وحيتجزق. على فرعين. فرع في مكسفين تمانية وتمانية. صح الكلام? متوصلين مع بعض على التوالي. تمانية والتمانية دول توالي مع بعض. فانا عشان اجيب مكافئتهم هقول واحدة منهم على عددهم. يعني تمانية على الاتنين. فيها كام فيها الاربعة. طيب تعال انا نعيد الرسمة تاني. بص انا هشيل التمانية والتمانية واخدت بدلهم واحد بس بكام? باربعة. وهنا اربعة وهنا اربعة وهنا تمانية. يلا بينا. انا جلت جاي من هنا. الطيار قولنا هيتجزق هنا وهنا. وعرفنا ان ده خلاص هيعدى على الاربعة ويطلع من هنا خلاص. انما ده بقى هيعدى على التمانية وقولنا حيجي هناك الجزة. يعني دول كده مع بعض متوصلين ايه? توازي. وطالما هم توازي يبقى انا حاج معهم. لان انا اشتغلها كدنا توالي. فهيبقى اربعة واربعة كام? تمانية. يبقى تعال نشيل كده جزء اللي تحت ده. ونخلي ده بيساوي تمانية. اخر حاجة نعيد تاني بقى اخر حاجة. الطيار قولنا هيمشي هنا على الاربعة خلاص وهنا بقى هيعدى على تمانية وتمانية. تمانية وتمانية عالتوالي لو انا عايز اجيب مجافئتهم حاول واحدة منهم على عددهم. يعني تمانية على الاتنين فيها الاربعة. فاصبح هنا اربعة. وهناك اربعة. توازي. فحجمعهم في الاخر فيطلع اجابتهم تمانية في الاخر. طيب واحدة اه كمان يعني فيها برضو نفس الفكرة. بيقول لك هنا في الشكل المقابل او في دائرة الموضحة بالشكل. ازا كانت الشحنة على المكسف سي تلاتة تلتمية مايكرو. كولوم. فيطرع الشحنة على المكسف سي واحد بكام. طيب هنا الساعة بتلاتة. تعالي نشوف الساعة كده فوق هتبقى كم? دول توالي هشتغلها توازي. يعني هقول ضربهم على جمعهم. يعني تسعة. فاربعة ونص على تسعة زائد اربعة ونص. فهتطلع لك على الالة فيها التلاتة. تلاتة مايكرو فراد. فاصبح الساعة فوق مكدرها تلاتة مايكرو فراد. يبقى الساعة هنا تلاتة والساعة برضو فوق تلاتة. يعني طالما الساعة هنا قد الساعة هنا. يبقى اللي هيشيله ده نفس الكلام هيقدر يشيلوه برضو اللي ايه? اللي فوق. تمام? ده ساعة تلاتة بيقدر يشيل شحنة مكدرها تلتمية. طب ما فوق برضو الساعة تلاتة. فبردو نفس الكلام هيمر نفس الشحنة اللي هي برضو ايه تلتو مية يعني هيعدي نفس الشحنة. بعد كده بدأنا نعمل دمج للدوائل دي مع بعضها التلات دوائل اللي هو نعمل الار والال والسي. واول حاجة عملنا احنا دماجنا الار مع الال. الار مع الال المقامة مع الملف. فعملو لك دايرة اسمها دايرة الار ال. الدايرة دي دايرة الار ال دي. اولا الخواص بتاعتها. بيبقى عندك هنا جهد الملف متقدم على جهد المقاومة. بربع دورة او بتسعين درجة. الجهد الكلي الجهد الكلي بيبقى متقدم بزاوية حدة مجابة. بيبقى متقدم بزاوية حدة مجابة على الطيار. الجهد الكلي يتقدم بزاوية حدة مجابة على الطيار. طيب القوانين بتاعتها ايه? اول حاجة لو قال لك احسب الجهد الكلي. ما ينفعش اجمع جهد المقاومة على جهد الملف. ما يفقاش اقول في ار زي بي ال. هما ليه? بقول بقعد في سورس بالجزر يعني. جزر في ال تربيع زي ار تربيع. طب لو قال لك احسب المقاومة الكلية. هو مش هيقول لك كده. هيقول لك احسب لي المعاوكة. بنسميها في الحالة دي معاوكة ورمزها زد. ودي بتساوي ار زي اكس ال غلط. بالجزر. ار تربيع زي اكس ال تربيع تحت الجزر. طب لو قال لي احسب الزاوية الحد ده المجابل اللي بيتقدم بيها الجهد على الطيار. اه طبعا الاول لو قال لك احسب الطيار هتقول له في ار على ار او في ال على اكس ال او في كلية على المعاوكة الكلية. لو قال لك بحسب الزاوية هتقول له تان سيتا بتساوي. في ال على في ار او اكس ال على ار. وزي ما قلنا لازم تطلع تطلع زاوية حد ده مجابل. في حالة ان المصدر بتاعك المصدر مستمر. في الحالة دي بتلغي الملف كيانك مش شايفه. وبنعتبر المعاوكة هنا هي عبارة عن اه ار فقط يعني زد هنا بالساوي ار فقط. وبيبقى في الحالة دي الاكس ال بسفر طبعا والزد في الحالة هنا بالساوي الار بس. الاي هنا بيبقى عبارة عن الفي بي على الار الفي بي على الار. الجزء ما اللي بقى الكلام من باب الرابع شباب بدأ ان هو يعمل حاجة اسمها دمج لمكونات دوائر متردد في دايرة واحد. يعني ايه? يعني انت درست بكنا تلت دوائر في الفاصل ده درستنا تلت دوائر لحد دلوقتي او رجائنا على تلاتة لحد دلوقتي. عبارة عن دوائر فردية. يعني ايه دايرة فردية? يعني كل دايرة فيها مكون واحد. دايرة فيها مقاومة دايرة فيها ملف حاس دايرة فيها ايه? المكسف. هيبدأ بعد كده يعمل دمج للمكونات دي مع بعضها. يعني ادخال او يعني جمع للمكونات دي مع بعضها. في دايرة واحدة. مرة يحط لنا المكاومة مع الملف مرة المقاومة مع المكسف مرة يحطرنا التلاتة مع بعض اللي هي المكاومة وملف والمكسف طبعا الدوائر اللي هي بيكون فيها مكونين او اكتر بتختلف الخواص بتاعتها عن الدوائر اللي بيكون فيها مكون واحد فتعالنا نستقر كده هي الدوائر والقوانين بتاعت كل واحدة والخواص بتاعتها نبدأ كده باول واحدة دايرة اسمها دايرة الار ال من اسمها كده ار و ال يعني مكاومة وملف فشكل الدايرة بيكون بالمنزر اللي قدام منك ده. فيها مصدر متردد متوصل معه مكوة وملفة. طيب دلوقتي لما اوصل المكونين دولة مع بعض. ايه هي الخواص بتات دايرة وايه يا قواني? يعني اول حاجة لو انا عايز اجيب مسلا الجهد كلي. انا عندي هنا جهد للمكاومة اسمه وعندي هنا جهد للملف اسمه هل ينفع ان انا اجمع الاتنين دولة على بعض? يعني ينفع اجمع واجيب الكلية. قال لي ما ينفعش الجامع جبري. يعني ما ينفعش اقول ده زائد ده? غلط. طيب الصح ايه? قال لي والله الصح هنا ان احنا نشتغلها بقاعدة فيساورس يعني نشتغلها بالجزر. طيب ليه مصر مينفعش نجمعهم? هقول لك كمان شوية ان شاء الله. هنتكلم عنها كمان شوية. المهم ان انا عشان اجيب الجهد كل بجيبه بقاعدة فيساورس يعني بجيبه الجزر. فبقول الجهد كل اللي هو فيه بيساوي جزر تربيع زائد تربيع. طيب. تاني حاجة هنتكلم عنها المعاوقة بتاعة الدايرة. مصر يعني ايه معاوقة? قال لي والله الطيار لما بيمرن في الدايرة بيقابل ممنعة. يعني فيه حاجات بتحاول تعوج الطريق بتاعه وبتحاول ان هي تمنعه. ايه هي الحاجات دي? قال لي والله حاجتين. المقاومة القومية والمفاعلة الحسية بتاعة المنفع. فهو بيقابل حاجتين بيعملوا معه ممنعة اللي هي المقاومة والمفاعلة. طب اسمي المجموع بتاعهم ايه? اسميه مسلا اه اه مقاومة فعلية مسلا او مقاومة حسية طب ما فيش حاجة اسمها كده. طيب اسميه مسلا مفاعلة قومية برضو ما فيش حاجة اسمها كده. طيب مش هعرف ان انا اديها مصطلح يعني مسلا يعبر عن مقاومة والملف. طب فيه مصطلح تاني قال لي اه بندي مصطلح تاني اسمه المعاوقة. اسمه المعاوقة. يبقى انا الطيار بتاعي لو ماشي بدائرة فيها مقاومة خلاص هو بيقابل مقاومة قومية. دائرة فيها ملف بيقابل حاجة واحدة اسمها المفعلة الحسية. طب قامل الاتنين مع بعض في زائدة في الحالة دي بنسميهم على بعضهم كده المعاوقة. رمزاهر في الزد وعشان احسبها بعمل ايه? قال لي بجمع زائد برضو بالجزر يعني بقول جزر تربية زائد تربية. ازا من الاخر كده ما بنجمعش يا شباب. جمع جبني. بنجمع دايما بقاعدة فيسورس. عايز اجيب شدة الطيار اللي في الدايرة. ممكن اقسم الجهد الكلي على المعاوقة الكلية يعني في على زد. او اقسم جهد المقاومة على المقاومة او جهد الملف على المفعلة بتاعته. يعني في على زد او في ار على ار او في ال على اكس ار. اخر حاجة ممكن يسألك عليها في دايرة دي هي زاوية الطور. بص بقى يا سين. من شوية قلتلك ما بينفعش ان احنا نجمعهم الاتنين جمع جبري. السبب بقى ايه? السبب ان احنا عارفين يا شباب طبعا في دايرة المقاومة الجهد بتاع المقاومة بيتطفق مع الطيار في الطور. يعني اللي اتنين بيكونوا ايه? في اتجاه واحد زي ما احنا عارفين. طب في دايرة الملف? لا. قال لك جهد الملف بيبقى متقدم على الطيار بزاوية تسعين. يعني بيزبق الطيار بزاوية تسعين او بربع دورة. فانا لو طلعت الطيار برا موضوع. هيبقى لي ايه? هيبقى لي في الا على ال في ار بالشكل ده كده. هل الاتنين دولا متجهين في نفس الاتجاه? قال لك لا. لو كانوا في نفس الاتجاه كنا جامعناهم على بعض عادي. انما هنا هم متجهين متعامدين. ومحصلة اي متجهين متعامدين بتتجاب طبعا بقاعدة في صورس. والكلام ده انت اخطوا بكده فيه في اولى سنوي واعتقد اللي علم رياضة بياخد الكلام ده طبعا في الرياضة. معنا هنا بالتفاصيل المهم ان احنا ما بتجمعش خالص جامعة جابري بنشتغل بقاعدة في صورس. نيجي بقى لحطة الزاوية. زاوية الطاور هنا. قال لك والله الجهد هنا بيتقدم على الطيار بزاوية حد مجابة. زاوية حد مجابة. الجهد الكل بيطلع كده ما بين الجهدين دولا. ده كده الجهد الكل. بيتلاقي ان هو متقدم على الطيار يعني فوق الطيار مرسوم فوق الطيار بزاوية حد مجابة. نحسابها ازاي الزاوية دي بقى? قال لي عن طريق تان تان سيتا بتساوي VL على VR او XL على ال R. ده كده كل قوانين داية ال RL. فضي اللي بس ملحوظة كده تبع عارفة. طبعا احنا قلنا هنا الزاوية اتبقى زاوية حد مجابة. الملحوظة الاخيرة ان احنا لو وصلنا في الدائرة دي مصدر مستمر بدل المصدر المتردد. في الحالة دي اللي بيحصل. قال لي في الحالة دي بتنعدم بتنعدم المفاعلة الحسية. يعني اللي بتساوي زيرو. وفي الحالة دي بتبقى المعاوكة بتساوي ال R. في الحالة دي اللي بتساوي زيرو. والمعاوكة اللي هي زدها هتساوي لايه? ال R فبالتالي ساعتها لو انت عايز تجيب هتقسم على الار. لا اي هنا هتساوي على الار. طبعا الكلام ده في دايرة المكسف مش في الدايرة بتاعتنا دي خالصة. نيجي ليه الدايرة اللي بعدها? اللي هي دايرة الار سي. برضو من اسمها مصر هي فيها حاكتين. فيها مقاومة وفيها مكسف. وفعلا دايرة هنا مرسوم فيها مقاومة ومكسف. نفس الكلام بقى بيتقرر معنا ببقى الدواء. مصر لو انا عايز اجيب الجهد كلي هل هيجمع هل هينفع عجمع الفي ار زايد الفي سي طبعا لا بتجمعهم بقاعدة في صورس. يعني هتقول جزر. اه يلا في ار تربيع زايد الفي سي تربيع. طيب الطيارة مصر هنا هيقابل مقاومة. وحيقابل مكسف عنده حاجة اسمها مفعلة سعوية. فالاجمال بتاعه بالمحصرة بتاعته بنسميها ايه? برضو بنسميها المعاوقة. طب المعاوقة ديها مصر عبارة عن ار زايد اكس سي طبعا لا بنشتغلا بالجزر. يعني جزر ايه? جزر ار تربيع زايد الاكس سي تربيع. عايز تجيبي الطيارة باشا? يلا بينا. هتقسم ال في على الزد. الجهد الكل على المعاوقة. او في ار على ار. جهد المقاومة على المقاومة. او في سي على الاكس سي. زاوية الطور في الحالة دي بتبقى سالبة. ليه? لان بيكون جهد المكسف هنا متأخر عن جهد المقاومة بزاوية تسعين. فبيبقى الزاوية سالبة. ولو عايز تحسبها بتقول تان سيتا بتساوي سالب في سي على في ار او سالب اكس سي على الار. لو وصلنا مصر مصدر مستمر. ايه اللي بيحصل في الحالة دي? طبعا في الحالة دي لو وصلنا مصدر مستمر بيانعدم الطيار في الدايرة. وبالتالي الاي بيبقى بصفر. المفاعلة السعوية بتبقى مالة نهاية. المعاوقة برضو في الحالة دي بيكون لانهائية. ده بالنسبة ليه لو وصلنا مصدر مستمر. الدايرة التالتة والاخيرة من دوائر المكونات اللي هي اه التغارير المتردد. هي دايرة اسمها دايرة الار اللي سي. الار اللي سي. فيها كم مكون? فيها تلاتة. فيها تلاتة مكونات. المكاومة والملف والمكسف. ار والو سي. نفس الكلامة باشا نفس الكلام. طب مصدر هنا لو عايز اجيب الجهد كلي. هقول ايه بقى? طبعا انت خلاص فهمتها? مش هنقول في ار زاد في ال زاد في سي. هما ليه? هنشتغلها بالجزر. بس ارى فيه تركاية صغيرة. التركاة هنا ان احنا بقول جزر في ار تربيع زائد في ال ناقص في كل تربيع. طب ليه? هقول لك انا دي. في دايرة المكاومة احنا عرفنا ان في ار بيطفك مع الطيار. وفي دايرة الملف عرفنا ان جهد الملف بيبقى متقدم على الطيار بتسعين درجة. وفي دايرة المكسف لوحدها عرفنا ان جهد المكسف بيكون متأخر. ال في سي بيكون متأخر. فحتلاقي عندك على محور السينات ال في ار. لوحدها. طب على محور الصادات ال في ال وال في سي. وعكس بعضها في الاتجاه فبنترحل من بعض الاول قبل بنشتغلها في قاعدة في صورس. عشان كده بنقول جزر في ار تربيع زائد. في ال ناقص في سي. كل تربيع. تمام? يبقى انت اللي عايز تجيب الجهد الكل بنقول يا شباب جزر في ار تربيع زائد في ال ناقص في كل تربيع. قستاذ عايز اجيب المعاوقة. اعمل ايه? نفس الكلام. هتقول جزر ار تربيع زائد اكس ال ناقص اكس سي كل تربيع. عايز اجيب شدة الطيار. ممكن اقسم ال في كل على زد. او اقسم في ار على ار او في ال على اكس ال او في سي على الاكس سي. يعني اتطوره وده اخر قانون هنا. الزاوية هنا ممكن تكون مجابة او سالبة. هقول لك امتى? طبعا في الحالة دي مسلا الزاوية هنا زاوية مجابة. وممكن تكون زاوية طبعا زي المتلك سالبة. امتى تبقى مجابة? لو كان الاكس ال اكبر من الاكس سي تطلع معاك الزاوية بالمجاب في الحالة دي. ولو كانت الاكس ال اصغر من الاكس سي هتلاقي الزاوية في الحالة دي وانت بتحسبها بتطلع معاك بالسالب. عادي طبعا تطلع بالموجب او السالب عادي خالص. بجيبها ازاي بقول تان سيتا بتساوي بي اللي ناقص بي سي على ار او اكس اللي ناقص الاكس سي على الار. علاقة مكونات بقى الدائرة كلها بالتردد رسمة طبعا من الرسومات المهمة اوي. انت وحظك ممكن يجيبها لك بالمنظر البشعة لو دعمك ده. وممكن يجيب لك مسلا مكون او مكونين بس يا شباب. مع التردد. احنا هنا عندنا علاقة الاكسل والاكس سي والار والزد وزود كمان عليهم بالطيار. علاقتهم كلهم بالتردد. ناخدها كده واحدة واحدة. علاقة الاكسل بالتردد. علاقة ايه? واحد حافز هيقول لي علاقة تردية يا مستر. طب ليه? لان الاكسل اللي بتساوي تو باي اف ال. تمام? ده كده واحد فاهم. فعرف ان الاكسل اللي علاقتها بالتردد علاقة تردية. عشان كده بتتمثل بخط الازرة ده. ده كده الاكسل اللي بيمثل الاكسل. علاقتها بالتردد تردية. طيب. الاكس سي يا مصر. علاقتها ايه? بالتردد. هل اقول لك. اكس سي بتساوي واحد على تو باي اف سي. اه يبقى علاقتها بالتردد علاقة عكسية. عشان كده بتتمثل بالمنحنة العكسي اللي هو لون واسود ده. يبقى انت كده عندك علاقة الاكس اللي بالتردد تردية. علاقة الاكس سي بالتردد عكسي. طب المقاومة مصر. قال لك لا. خلي بالك. المقاومة اللي هي الار بتساوي رو اي. في الا على ايه? هو هتنسى القانون بتاعها من باب الاول. فلا تعتمد على التردد. لو التردد زادة وقال هي سابتة. ملاش علاقة. ازن تتمثل بعلاقة سابتة. اللي هي هنا عندنا الخط اللون واخدر. ده بيمثل اللي هي المقاومة. طيب. يبقى لك علاقة المعاوقة وعلاقة الطيارة. سواء المعاوقة او الطيارة شباب علاقتهم مش بيكون طردية ولا عكسية. يبتبقى علاقة مترددة. شباب الطيارة المتردد كده ايه? بتلاقيها يعني رايحة جاية. بالنسبة للمعاوقة. قال لك والله بتبقى في الاول عند الترددات الصغيرة. بتبقى المعاوقة كبيرة جدا. وتفضل معاوقة دي تقل 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 لحد ما توصل لاقل قيمة ليها. امتى بتوصل لاقل قيمة ليها? خلي بالك بعشن حتة دي مهمة. بتوصل المعاوقة لاقل قيمة ليها لما بيكون المفعلة الحسية بتاعت الملف. قد المفعلة السعوية بتاعت المكسف. تمام? امتى تصل المعاوقة الاقل قيمة? اقول له والله عندما تتساوى المفعلة الحسية مع السعوية. ساعتها معاوقة الدايرة بتبقى بتساوي الار. ليه? ما انت لو رجعت لقالون بتاع المعاوقة هتلاقي ايه? هتلاقي ان هي فيه اه بتساوي جزر ار تربيع زي اكس ال ماقس ال اكس سي كل تربيع. طب ما لو ال اكس ال لقد ال اكس سي يبقى ناتج الطرح بتاعه بصفر. فيبقى لك جزر ار تربيع اللي هي ايه? اللي هي هتساوي ار. تمام? يبقى امتى تصل المعاوقة الاقل قيمة? قال لك والله لما تتساوى المفعلة الحسية للملك مع المفعلة السعوية للمكسف. كلام جبيل. ساعتها بتوصل للمعاوقة الاقل قيمة وبيكون قصادها زي ما انت شايف كده الطيار اكبر قيمة. بص الطيار بالعكس. طيال بيبدأ ضعيف وبيوصل ليه القيمة العظمة بتاعته? لما المعاوقة بتبقى اقل حاجة. على فكرة عند النقطة دي بنسمي الوضع ده وضع الرانين او حالة الرانين. حالة الرانين. حالة من حالات دائرة الار انل سي بيتساوى فيها المفعلة الحسية مع السعوية. فبالتالي بيكون المعاوقة اقل ما يمكن وبتساوي الار ويكون الطيار اكبر ما يمكن في الحالة دي. تمام? ويرجع بعد كده المعاوقة بقى تزيد والطيار يرجع بعد كده. اللي الرسمة دي خلي بالك من رسمات المهمة اوي. بيقول لك في الترددات المون خافضة. الجنب على الشمال ده كده او بتبقى ساعتها مفعلة الحسية او بيكون فرق ما بين المفعلة الحسية ومفعلة السعوية كبير وده اللي بيخلي المعاوقة كبيرة جدا. فبالتالي بيكون الطيار صغير. بزيادة بقى التردد بيبتجي الفرق ما بين اكس ال والايكس سي فبتقل مع المعاوقة بيزيد الطيار. طيب. لما بنوصل عند نقطة معينة اللي هي قلت لك بتسميها حالة بتبقى ساعتها المعاوقة اقل ما يمكن لان عندها بيكون اللي بيساوي اللي فالفرق ما بينهم بصفر. فالمعاوقة بتبقى اقل ما يمكن والطيار ساعتها بيكون اكبر ما يمكن. ودي من خواص حالة ممكن نسألك عليها في حالة تبقى المعاوقة اقل حاجة وطيار اكبر حاجة. في الترددات بقى لعالية اللي هو جنب اللي هو بعد بقى يعني بعد النقطة جي كده جنب العليمين ده كله? بترجع تاني المعاوقة تزيد لان بيرجع تاني الفرق ما بين والايكس سي يزيد. يزاد التراضي التدريجيا وبالتالي بيزاد الفرق ما بين والايكس سي فتزداد المعاوقة ويقل الطيار. الجزئية دي اخدتنا بعكلها الجزئية اسمها اتكلم فيها على دايرتين او على دايرة يعني النظرية الدايرة المهتزة وحالة الرانية. نبدأ كده بالدايرة المهتزة. دايرة المهتزة طبعا من الدوائرة شباب للنظرية. داير المهتزة. اولا نسمى بالاسم دا ليه هنعرفه ان شاء الله. بنستخدمها في ايه? بنستخدمها في اجهزة الارسال والاستقبال. الدايرة دي زي ما انت شايف بتتكون من مكسف وملف حس بالشكل ده. متوصلين مع بعض ببطارية عن طريق مفتاحية. طيب. بيقول لك هنا عندنا طبعا مقاومة في الاسلاك اللي بتصنع منها الملف. في جزء من الطاقة بتاعة المصدر بيتحول لطاقة حرارية. تمام? فده اللي بيخلي الطيار يقل بمرور الوقت. لانه ممكن يجيب لك علاقة مسلا ما بين الشحنة. اللي هي بتمثل اعتبر الطيار. مع ايه? مع الزمن. وقل لك مسلا ليه الشحنة بتقل بمرور الوقت? اقوله طبعا بسبب وجود مقام من الاسلاك. فده بيسبب طبعا فقد جزء من الشحنات القاربية على ايه الطاقة حرارية. طبعا اللي بيحصل هنا في الدايرة دي ان احنا بنقفل الاول المفتاح ده. طبعا انت كده الملف برا الموضوع لان المفتاح مفتوح. بيبدأ او بتبقى البطارية ان هي تشحن المكسف بشحنات معينة. وليكن هنا شحنات مجابة وشحنات سالبة الناحية التانية. طبعا هيبتجي المكسف ان هو جهده يزاد لحد ما يتشحن. فيتساوى جهده مع جهد البطارية. ساعتها حينعدم مرور الطايرة في الدايرة بتاعت الايه بفاقي المكسف. لما المكسف يتشحن. كده انت خزنت جوه المكسف ده خلي بالك شحنات كهربية. شحنات كهربية. طيب يبقى كده الطاقة الكهربية تحولت لشحنات كهربية. بديجي بعد كده نفتح المفتاح واحد ونقفل المفتاح رقم اتنين. ايه اللي يحصل? قالك بتجي المكسف يفرغ الشحنات الكهربية بتاعته. فالشحنات دي لما تعدي على الملف طبعا الشحنات دي عبارة عن طيار. واحنا عارفين ان مواصل بيمر في طيار هيبتجي ينشأ مجال مغناطيسي. فيبدأ يا باشا يتحول معاك الطاقة الكهربية تتحول معايا الطاقة مغناطيسية. يبتجي يحصل تحول للطاقة الكهربية الى طاقة مغناطيسية. والعكس بقى لحد ما المكسف ده يفرغ الشحنة يبتجي الملف ده بالحس الذاتي يبتجي يولد طيار. طيار ده من شأنه ان هو حيبتجي يشحن تاني المكسف. فترجع تتحول تاني الطاقة المغناطيسية. اللي كانت مختزر في الملف لطاقة كهربية تختزم مرة تانية في المكسف علي الشحنات. عملية تبادل الطاقة دي بتسبب حدوث اه تزازات في الدايرة عشان كده تسمت باسم الدايرة المهتزة. قلنا طبعا ان الشحنات بمرور الوقت بتقل. قال لك نحل الموضوع ده ازاي? قال لك يجب شحن المصدر اللي هو البطارية من وقت لاخر وتزويده بالشحنات للتغلب على مشكلة ضعف الشحنات اللي بتحصل في الدايرة بسبب مقاومة الاسلاء. تمام كده? طيب اه طبعا هنا ده الشرح بقى بتاع اه بتاع اللي بيحصل في الدايرة احنا قلنا طبعا جزء من الطاقة بيتحول لحرارة. وبالتالي بيقل الطيار. وهي كل فرق جود بين الوحايا المكسف تدرجيا لحد ما ينعدم ويتوقف شحل المكسف. كده المكسف الشحل. ابتجي يعمل ايه بقى? اه بيقولك ان لو احنا قدرنا ان احنا نغزي المكسف به شحنات اضافية او نغزي المصدر بشحنات اضافية تعود النقص المستمر. هتستمرها عملية الشحنة والتفريغ. والرسمة طبعا بتعبر عن هنا اه اه ادمحلال او النقص في الشحنة مع مرور الزمن في دايرة المهتزة او في الدايرة المهتزة. الرانين في الدوار المهتزة شباب لو عند حالة الرانين لازم تبعرف اولا الخواص بتاعت حالة الرانين. في خواص حالة رانية يا شباب احنا قلنا الخواص دي نظرية كده او قلناها بشكل شافوي. عندها كده مكتوبة ضمنها. خواص حالة رانين بيكون فيها المفاعلة الحسية السعوية. فرق جهد عند الملف بيساوي فرق جهد عند المكسف يعني اللي بيساوي الجهد الكل ساعتها بيساوي جهد المصدر او جهد المصدر ناسف بيساوي ساعتها جهد المكاومة. بيبقى عندنا اقل معاوقة في الحالة دي زد بيساوي ار. اكبر طير في الحالة دي ولو عايز سيجيب بتقسم البي على الزد او فيه على الار. الجهد كل هنا بيتطفق مع الطير في الطور. يعني بتصبح للدائرة خواص او مية. يعني ممكن يقولك في حالة رانين يكون للدائرة لدائرة خواص نقط اقوله خواص او مية. طيب الرسمة اللي فاتت اللي هي بتاعت العلاقة ما بين الترددات ما بين التردد والمكونات. خلي بالك في الترددات المنخفضة في الترددات المنخفضة بتبقى الدائرة لها خواص سعوية. وفي الترددات العالية بيبدأ يليها خواص حسية. اما عند الرانين لسا قيلنا بتبه يليها خواص ايه ومية عشان ما نبقاش ساقطنا بس اي حاجة في القوص ايدي. لو قل لك عند الرانين احسبني تردد الرانين. كيف تردد الرانين يا سيدي? عشان تجبها بتقول اف بالساوي واحد على طوباي جزر ال سي. واحد على طوباي جزر ال سي. عايز اقارن ما بين ترددين بقول اف واحد على اف اتنين. ترددين رانين طبعا. بيسوي جزر ال اتنسي اتنين على جزر ال واحد سوا. طب مسا لو انا عايز اجيب ال 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 يا سيدي بيتساوي واحد على اربعة بي تربية. اف تربية سي. طب قال لي في حالة رانين احسب ساعة المكسف اللي هي سي يعني. هقول له واحد على اربعة بي تربية اف تربية في ال خلاص. برضو ده هيسهل عليك شوية لو طلب منك ال ال او ده بالنسبة لحالة رانين وده كان اخر جزء طبعا في الفاصل الرابع. تعال نحل بقى شوية كده اسئلة على الدوار اللي احنا لسه مرجانة. الدائرة اللي قدامك انا بيقول لك في الدائرة الموضاحة بالشكل تتكون من عنصرين نقيين. مقاومة ملف زي ما احنا عارفين دائرة او زي ما احنا شايفين. فايزا كانت قراءة الفولتاميتر اربعين بولت. باشا قراءة الفولتاميتر هنا. الفولتاميتر محتوى على المقاومة. ازا انت معاكل ايه? بتساوي اه اربعين. بقول لك في الا زوية الطور بتساوي كام? عايز يعرف زوية الطور بكام? كلام جميل. هي مش دائرة ار ايل? قال لك اه. ايبقى انا عشان اجيب زوية الطور. بقول تان سيتا بتساوي في ايل على في ار. مصر انا معايا الفي ار. لسه انت اقل لي ان يابا اربعين. طب الفي ايل بكام? مش معايا. بس ممكن اجيبها. ليه بقى ان انت معاكل جهده كلي جهد المصدر معاكل جهده كلي. وانت عارف ان الجهده كلي بيساوي جزر في ار تربيع زائد في ايل تربيع. قوانين بقوا بنعود. الجهده كلي عندك بخمسين. هيساوي جزر. في ار تربيع يعني اربعين تربيع. زائد في ايل تربيع. طبعا ممكن هنا بالالة على طول تطلع معاك الفي ايل بتلاتين. يا اما لو انا مش معايا الالة هعمل ايه? هربع على الطرفين. هربع هنا هيبقى خمسين تربية. اربع هناك الجزر هيروح فيبقى لك اربعين تربية. زائد في ايل تربية. هو تتزاكى وترجع تاخد الجزر. هترجع لك تاني زي ما كانت فوق. لا. ودي الاول ده بعكس الاشارة وبعدين اخد الجزر. يعني هتقول جزر خمسين تربيع نقص اربعين تربيع. فهيطلع برضو ان شاء الله معاك بتساوي تلاتين فولت. طبعا في ناس حافظها تقول لك ايه لو عايز حاجة تحت الجزر تعمل ايه? تود التانية بعكس الاشارة. تود التانية بعكس الاشارة وتاخد الجزر. يعني تقول تربيع نقص تربيع وتاخد الجزر. طلعت معنا بتلاتين نعوض هنا ونعمل شيف تاني يلا. شيف تاني تلاتين على الاربعين تطلع معاك الاجابة ستة وتلاتين وسبعة وتمانين من مية. اللي هي تقريبا سبعة وتلاتين درد. في دائرة موضحة مصدر تردده خمسة ستين هرتز. اه دي الاف. والقيمة العزمة لجهده متين وعشرين جزر اتنين. اول حاجة حبيبي احنا في مسائل الطائر المتردد ما بنشتغلش بالقيمة العزمة نهائي. في مسائل الطائر المتردد ما بنشتغلش بالقيمة العزمة نهائي. بنشتغل بالقيمة الفعالة. طب الفعالة بتساوي ايه مصر? بتساوي العزمة على جزر اتنين. يبقى اول خطوة كده? حاجة هنا على جانب اقول له والله لازم الاول اجيبي الفعالة. بتساوي العزمة اللي انت الدتالي دي. على جزر اتنين. طبعا جزر اتنين هروح مع جزر اتنين. فيبقى لك المتين وعشرين فولت. ده اللي انا هشتغل فيه. بيقول لك فيزا كالد زوية التطور بين الجهد الكل والطيار تلاتين درجة. ادى لك السيتة. عايز قيمة المقامة. عايز قيمة المقامة. طيب واحدة واحدة ان شاء الله سهل. الدايرة بتاعتنا دايرة ار. وسيهات بقى من السي واحدة. فاحنا عايزين نخليها مكسف واحدة او نخليها سي واحدة. تعال نجيب السي كلية. المفاعلة يعني السعوية كده بتاعت التلاتة دول. يالله بنخلي بالك هنا مدي لك السي والسي والسي هل? فبالتالي انت عندك دول توازي. واحنا قلنا واحنا بنحسب السيعة اللي هي سي بنعكس القوانين. دول توازي. فانا هنشتغلهم اكونهم توالي. انا هجمعهم على بعض. تلاتة زائد ستة فيها التسعة. طب التسعة مع الستة على التوالي. بنشتغل احنا توازي بقى. نقول ضربهم على جمعهم. يعني تسعة في ستة على تسعة زائد ستة. فتقوم تطلع معاك ان شاء الله تلاتة وستة من عشرة مايكرو فراد. تعال ما عليش بالمرة نجيب. واحد على اتنين باي اف سي. واحد على اتنين باي. اف اللي هي بدي لك بستين. في السي اللي هي تلاتة وستة من عشرة. بس استاذ جيب المايكرو يبقى حبيبي في عشرة اوسسال بستة. فيطلع معاك من هنا بسبعمية ستة وتلاتين وتمانية من عشرة اوم. كده انت جبت. هو كان عايز ايه? كان عايز طيب معايا ايه تاني في المعطيات? معاك زاوية التطور. وزاوية التطور هنا المفروض ان هي بتساوي اكس ال او اكس سي هنا قدارت اه اه ار سي هنا. او سالب اكس سي. على الزاوية هنا بكام? الزاوية هنا قلي بتلاتين. يبقى اقول تان تلاتين. والصحة تقول تان سالب تلاتين. ده الصحة. لان احنا قلنا في دايرة الار ار سي تبقى الزاوية سالبة. تبقى الزاوية سالبة. هو هنا اديك مقدرة تلاتين. الصحة تكتبها سالب تلاتين. بس انا هكتبها هنا تلاتين وبعدين هعمل ايه? مش هحط السالب بره. يعني هقود بالايكس سي اللي ايه سبعمية ستة وتلاتين. وتمانية من عشر. لان في الاخر ما ينفعش اجيب مقاومة بالسالم. تمام مش هنجيب كده كده المقاومة بالسلم. يلا بينا نعمل طرفين في وسطين. هقولوا واحد في سبعمية ستة وتلاتين وتمانية. على تان تلاتين. يطلع ما هي الحل بتاعها بيساوي الف متين ستة وسبعين. قوم الف متين ستة وسبعين. اللي هي تالت اختيار. في الشكل المقابل يوضح داير الطير متردد تتعين قيمة الجهد اللحظية. للمصدر من العلاقة فيه بتساوي اربعين صين اوميجا تين. وكانت قيمة اوميجا بتساوي الف. فانها القيمة العزمة للطيار. عايز هنا قيمة العزمة للطيار. هنا طلب مني القيمة العزمة للطيار فلازم اجيب القيمة العزمة للجهد. انما لو ما قالش لو قالك انا عايز قيمة الطير وسكت. لازم تشتغل بالفعالة حبيب. تمام? عشان بس ما احصلش لغباط عندك. ما بين السؤال ده? والسؤال اللي قابل لقابله. اللي قابله كنت انا بقول لك ايه? بقول لك ان لازم في مسائل الباب الرابع او في مسائل الطير المتردد تعود بقيمة الفعالة. لازم. انما هنا هو طالب القيمة العزمة للطيار. فلا لازم اجيبه القيمة العزمة للجهد. هجيبها من ايه من المعادلة دي? هو مش اقال لك ان المعادلة دي بتجيب لك القيمة اللحظية? وانت عارف ان في لحزي بيساوي فيه ماكس ساين سيتا اللي هي ساين يعتبر اوميجا تي? فهينا بيقول لك في لحزي بيساوي اربعين في ساين اوميجا تي. طب ما ده معنا ان الفي ماكس بتساوي اربعين? الفي ماكس بتساوي اربعين. هو عايز بقى طيب الاي بتساوي على. خلي بالك بقى لو هتقسم الجهد كلي فتقسمه على المعاكمة. ممكن تقول في ار على ار. ممكن اجيب ال في ار وقسمه على ال ار بس هتبع صعبة حبيتين. ممكن اقول في ال على الاكس ال برضو صعبة ممكن اجيب برضو الفي سي وقسمه على الاكس سي وبردو هيبقى صعبة. الاسهل تقسم الجهد الكلي على المعاكمة. الجهد الكلي احنا قلنا اربعين. فاضل ان انا اجيب المعاكمة. تعال هنجيب مع بعض المعاكم. مبدأ يا دايرة ار ال سي خلي بالا. الار بكام? تقريبا معظمنا هيقول بثلاتة. عينينا ما شافتش ان الملف هو كمان عنده مقاومة? الملف خلي بقى لك عنده مقاومة وكتب لك ار ال. فالمقاومة بتاعت الملف هنزود على المقاومة اللي فوق. فتبقى المقاومة بخمسة مش بتلاتة. طيب تعال انجيب ال اكس ال. يلا بين? اكس ال بتساوي اوميجا ال. الاميجا بالف. طب والل بكام? معامل الحس بكام? باربعة ميلي هنري. اربعة ميلي يبقى لازم اقول في عشرة واستسالب تلاتة. تطلع معنا بازن الله اربعة اوم. كده احنا بقى معنا الاكس ال. تعال انجيب برضو الاكس سي. يا الله بين? واحد على اوميجا سي. يعني واحد على الف. في سي اللي هي ميتين. بس خلي بالاك مستر جيب المايكرو. فلازم اقول في عشرة واستسالب. ستة. طيب الكلام ده هيطلع بكام? هيطلع معي ان شاء الله بخمسة. نجيب المعاوقة. دايرة ار ال سي بقى المعاوقة بتاعتها جزر ار تربيع زائد. اكس ال ناقس اكس سي كل تربيع. يبقى يا باشا. جزر ار تربيع لها خمسة تربيع. زائد. اكس ال ناقس اكس سي. يعني اربعة ناقس خمسة. اربعة ناقس خمسة. طيب ما دي فيها ستالب واحد. الكل تربيع بقى. فهيطلع لك ان شاء الله جزر ستة. وعشرين اوم. تطلع المعاوقة بجزر ستة وعشرين اوم. تعالوا ما انا اخدها انا عاوبي هنا. اربعين على جزر ستة وعشرين. يطلع معي الحل بتاعها سبعة وتمانية من عشرة. سبعة وتمانية من عشرة. في الدائرة الكهربية المقابلة لكي يكون الجهد الكل والطيار متفقين في الطور. انا لحظة واحدة انت عايز الجهد يطفق مع الطرف الطور. قال لك اه. عشان الجهد يطفق مع الطرف الطور لازم تبقى دايرة ليها خواص اومية. وده ما يحصلش الا بطريقتين. اما دايرة بتاعتك يبقى فيها مقاومة وبس. اما دايرة بتاعتك تبقى دايرة. ار ال سي. ار ال سي. بشرط ان يكون في حالة رانين. امتى الدايرة يبقى ليها خواص اومية? يعني يبقى الجهد والطاير متفاكين في الطاور. الزاوية بصفر بمعنى صح. في حالتين. ياما تبقى دايرة مقاومة وبس. ياما دايرة في حالة رانين. فهنا الجملة دي معناها ان الدايرة بتاعتك في حالة رانين لان هي دايرة بيسألك على سعة المكسب. قلنا في حالة رانين لو عايز تجيب السعة بتقول واحدة على اربعة. بي تربية. اف تربية في ال. طيب. خلي بالك انت معاك هنا ال ال هي باربعة من عشرة معاك ار معاك اف. يبقى اقول واحدة على اربعة بي تربية. في اف تربيع اللي هي خمسين تربية. مضروبة في ال 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 اللي هي عندك باربعة من مية. هحسب على الالة يطلع الحل بتاعها بيساوي اتنين ونصف عشرة اساسية لباربعة فرادة. ندخل بقى بعد كده مع بعض على الفاصل الخامس. الفاصل الخامس هو اول فصول الفيزياء الحديثة معنا. الفيزياء الحديثة طبعا من الاجزاء. المهمة طبعا في الامتحان. اللي ما تقلش اهمية طبعا عن الفيزياء كاربية ومغناطسية. صحيح هي ممكن اسئلتها اقل. والدرجات اللي عليها اقل بس متنساش ان هي عليها تقريبا تلت الامتحان. بنتكلم في حوالي سبعتاشر او تمنتاشر درجة. فده يعتبر تلت اللي امتحان بتاعنا. ايز ان هي جزء ايه طبعا ايه? مهمة ما تقلش اهمية خالص عن اللي قبل منها. يعني لازم اديها برضو حقها في المذاكرة. ما تتعملش معاها ان هي نظرية. ان هي اجزاء نظرية. لا لان هي طبعا فيها قوانين. وفيها مسائل ممكن تحتاج مننا شوية تفكير. فعشان كده ما يعني حاول انت بتذكرها اه اه تتعامل معاها مسلا ايه? الاجزاء النظرية تتعامل معاك انها مسلا ايه? اه قصة مسلا او حدوتة بمعنى صح. بتشوف مسلا هنا فيزيا كلاسكية عملت ايه? طب الحديثة ردت عليها ازاي? وتحاول ان انت ايه تطلع كده ايه? النوات العريضة او النوات المهمة. في الاجزاء النظرية. اما قوانين فطبعا دي لازم ان احنا نحفظ القوانين ونعرف القانون ده بتاع اني جزئية. عشان ان شاء الله نعرف نحل عليها في الامتحان. بازنك رب هنحاول برضو قادر الامكان ان احنا ايه? نلم الدنيا في الفيزيا الحديثة. وان شاء الله يعني ايه? تستفد مننا. فصل طبعا الخامس كان اول فصل عندنا وكان يعتبر من اتقل الفصول بتاعة الحديثة. كان بيتكلم على ازدواجية الموجة والجسيم. موضوع الفصل هو ازدواجية الموجة وجسيم. في البداية طبعا كان في البداية كان لازم يعرفك يعني اصلا فيزيا حديثة وايه هي الفيزيا اللي قابل مناه? فاول حيات كده دخلنا في الفصل ازدواجية الموجة وجسيم. كان عندك تلات مواضيع. اول مواضيع اسمه اشعاع الجسم الاسود. تاني حاجة الانبعاث الحراري والتأسير الكهروضوي. وتالت زاهرة عند لك اسمها زاهرة كومتون. كل زاهرة من التلاتة دولة شباب حصل خلاف عليها ما بين مدرسين. مدرسة اسمها فيزيا كراسيكية ومدرسة التانية اسمها الفيزيا الحديثة. الكراسيكية طبعا هي مش معناها ان هي قديمة وان هي ملاش لازمة. لا طبعا هي عبارة عن مدرسة من مدرسة الفيزيا قوانينها بنستخدامها لحد النهاردة. يعني ده مش معناها ان هي ملاش لازمة. قوانينها صحيحة. يعني الناس دي ناس جامدة برضو في الفيزيا خلي براك مش ناس ضعيفة. بس كل ما في الموضوع ان هم كانوا بيدرسوا الظواهر ممكن تكون يعني بسيطة حبيتين بالمقارنة بالحاجات اللي بيدرسوها لايه بتوع الفيزيا الحديثة. فيزيا كراسيكية بتعتمد على تفسير المشاهدات اليومية. تمام? والظواهر الطبيعية. حاجات اللي انا وانت بنشوفها بعينينا. حاجات اللي انا وانت ممكن تحصل معانا. كانت الفيزيا الحديثة او فيزيا كراسيكية عندها تفسير الحاجات دي. ليه الدق لما بينزل مسلا على كوباية بلاقي مسلا لو في معلقة مكسورة. قال لك بسبب مسلا الانكسار. اه مسلا الجاذبية. كلام دا كله. فسلت طبعا فيزيا كراسيكية بشكل صحيح. انما الحديثة طبعا درست حاجات اعلى اوقاتها من كده. حاجات ما بتشافش بالعين. لانها بيكون على مستوى الزرات والالكترونيات. حاجات عمرك ما تشوفها بعينك. بدأ يتفسرها الفيزيا الحديثة. يبقى الفرق ما بين الاتنين كده في البداية ان الكراسيكية تعتمد على تفسير الظواهر الطبيعية. والمشاهدات اليومية التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة. او الشعور بأثر. انما الفيزيا الحديثة بتفسر الظواهر التي لا يمكن رؤيتها. لانها تكون على مستوى الالكترونات او مستوى الزرات. زي مسلا التفاعلات الكيميائية. عمرنا طبعا ما نشوف. اللي بيحصل ما بين الزرات وبعضها. بس الحديثة قدرت ان هي ايه تتوصل للحاجات دي. اول الظواهرة كان عندنا اسمها الظواهرة اشعة الجسم الاسود. وفي البداية كده افكرك ايه هو الجسم الاسود ده. الجسم الاسود ده كان جسم منتص مثالي وباعث مثالي. يعني ايه. قال لك هو جسم بيمتص كل الاشعة اللي بتسكت عليه. وبعد كده بيرجع ان هو يبعث يعني يشعل اشعاعات دي مرة تانية. للوسط المحيط بي. هو جسم يمتص كل الاشعة اللي ساقط عليه. ثم يعيد ابعثها او اشعاها للوسط المحيط بي. شبع كده بالزبط ايه? لما تجيب مسلا قماشة ولا تجيب مسلا منديل. وتمسح بيه مسلا ترابيزة ما تجيب عليها مية. انت كده عملت عملية امتصاص للمية. لو جبها كده مساكت المنديل ده وعصارته هيبتدي ينزل المية. فده الجسم الاسود. بيمتص الاشعة اللي ساقط عليه. وبعد كده بيرجع يشععها مرة تانية للوسط المحيط. الاكسام طبعا عندنا بتختلف على حسب الاشعاعات بتاعتها. عندنا اكسام متوهجة بتشعع دق وحرارة. زي مسلا الشمس. زي مسلا اه اه فيتيلة المصباح. اللي هو المصابيح اللي مبضت عزمان اللي مبضى الصفرة دي. كان فيها فيتيلة كده سلك رفياه هالس. او السلك ده لما بيسخن بيطلع طبعا ضق وحرارة. وكان عندك كمان مسلا حتة فحمة مسلا مولعة دي تعتبر جسم متوهجة. اما الاكسام الغير متوهجة دي بتشعع حرارة فقط. زي ايه? قال لي زي جسمك انت جسم الانسان. انت لما بتشعع بتطلع ايه? حرارة. تي حد بيطلع ضق? كده لا طبعا ما فيش حد بينور صح? طيب نفس الكلام برضو الارض بتعتبر برضو من الاكسام الغير متوهجة. اللي هي بتشعع حرارة بس. السؤال هنا بقى. الاشاعات اللي بتطلع مننا. سواء مسلا الحرارة اللي طالع من جسمي. لما مسلا بتحرك او لما بعمل مجود. او الحرارة مسلا من الملدوق اللي طالعين بالشمس دول. الاشاعات اللي بتطلع من الاجسام بمختلف انواع يا شباب. عبارة عن ايه? الفيزياء الكلاسيكية قالت لك ان الاشاعات اللي طالع من جسمك او اللي بتطلع من اي جسم باشاع هي عبارة عن موجات قهر ومغناطيسية شدتها بتختلف شدت الاشاعات دي بتختلف على حسب الطول الموجي والتردد بحيث ان شدة الاشاع تتناسب طرديا مع التردد وعكسيا مع الطول الموجي يعني يا باشا كل ما الطول الموجي زاد كل ما شدة اشاعك قلت ومع التردد طردية يعني كل ما التردد زاد شدة الاشاع زادت وبدأوا يصنفوا لك الموجات قهر ومغناطيسية كالتالي طبعا الناس ما احنا عارفنا من زمان بدأ هالك بموجات الراديو الموجات اللي بقى كده ودي احنا بسميها موجات دقيقة وفيه اللي بيسميها موجات الرادار خلي بالك موجات الرادار وفيه اللي بيقول لك عليها مايكرو مترية دي كلها نفس الاسامي بعد كده عندك الاشعة تحت الحمراء اللي هي الانفرارد او الضوء المرقي ومهمة قوي تبقى عارف المدى بتاع الضوء المرقي ضوء المرقي من ربعمية لسبعمية نانو متر من ربعمية لسبعمية نانو متر ترتيب الالوان محتاجينه ما تقوليش دي حاجات قديمة لا محتاجينها احمر برتقالي اصفر اخضر ازرق نيني بنفسي يجيب فاكرنا من من عامل بتداية واحنا حافظينه الاشعة فوق بنفسي بعد كده اللي هي بعد كده السينية او اشعة جاما او جاما زي ما احنا بنقولها عادي مش فرق خلاص ترتيب الموجات طبعا لازم تكون عارفة وانت ماشي من الراديو رايح لاشعة جاما التردد بيزيد الطول الموجي بيقل طبعا وانت رايح كده الناحية دي مفروض ان السهم كده وانت بتتحرك ناحية اشعة الجاما التردد بيزيد والطول الموجي بيقل العكس بقى لو انت رايح ليه الراديو الطول الموجي حيزيد والتردد حيقل تمام طيب برضو انت مصر ما قلت ليش يعني رأي فيزياء كلاسيكية ايه قلنا طبعا رأيها ان هي عبارة عن بتشوف الاشعاع ان هو عبارة عن موجات كهرومغناطسية تتناسب شدتها طرديا مع التردد اي عكسيا مع الطول الموجي فبالتالي يا باشا قال لك يبقى العلاقة ما بين شدة الاشعاع وليكن مسلا رمزها اي شدة الاشعاع وليكن رمزها اي علاقتها بالطول الموجي علاقة عكسية عكسية يبقى حنرسم المنحنة بالشكل ده ده اسمه التصور الكلاسيكي يوم يطلع بعد كده واحد من الفيزياء الحديثة ويدرس العلاقة ما بين شدة الاشعاع مع الطول الموجي فيكتشف ان الناس دي كلامة كله هاري وكلامة كله ملوش اي علاقة بالصحة. مين يا عم الراجل ده? بلانك. عمنا ماكس بلانك ده بدأ يدرس تأثير الطول الموجي على شدة الاشعاية. فقام بدأ يطلع له المنحنيات اللي قدام منك دي. يعني مثلا الراجل يا شباب جاب الاشعاية بتاع الشمس لدرس العلاقة بين الشدة والطول الموجي يلاقي المنحنة يطلع له بالشكل ده. قال لك يمكن صدفة. اجرب تاني. فجاب المصباح مسلا ودرس الاشعا بتاع المصباح. يلاقي برضو انه بيطلع له نفس المنحنة. الله. يروح يجيب جسم تاني متواهج مسلا يلاقي نفس المنحنة. يجيب جسم غير متواهج زي الارض. يطلع له برضو نفس المنحنة. فقال لك لأ يبقى الموضوع من الصدفة. الموضوع بيتكرر مع جميع الاجسام اللي بتشاعها شباب. اي جسم بيطلع اشعاعات بتلاقي ان الاشعاع بتاعه. اخد المنحنة اللي قدام منك اللي هو بيسميه منحنة بلانك. ما ظهرش لي خالص اي حاجة اخده لعلاقة العكسية اللي هي بتاع تلفزياء الكلاسيكية. طبعا كلها بتاخد الايه? المنحنة اللي قدام منك اللي هو منحنة بلانك. فبدأ يطلع كده بشوية ملاحظات. قال لك رقم واحد انا لاحزت. انه رقم واحد. المنحنة يتقرر مع جميع الاجسام المشعة. كل الاجسام اللي بتشاع بيتقرر معها نفس المنحنة. ايه كمان يا عمو بلانك لاحزته? قال لك لاحزت كمان ان شدة الاشعاع شايف كده الحتة دي? هنا شدة الاشعاع ايه? عند الصفر تقريبا. فقال لك شدة الاشعاع تقترب من الصفر. عند الاطوال الموجية الصغيرة مش بس كده. ده بتزيد وبترجع تاني تقرب من الصفر عند الاطوال الموجية الايه? الطويلة. ازا تاني خواص المنحنة شدة الاشعاع تقترب من الصفر عند الاطوال الموجية القصيرة جدا او الاطوال الموجية الطويلة جدا. طب مثل لو قال لي عند الترددات الضعيفة جدا والترددات القوية جدا او كبيرة جدا ينفع او ينفع. شدة الاشعاء بتقترب من الصفر عند الاطوال الموجية الصغيرة يعني الترددات العالية. وعند الاطوال الموجية كبيرة يعني عند الترددات الضعيفة. تمام كده? فمش فرق. المهم ان هي بتقترب من الصفر في البداية وفي النهاية. تالت خواص منحنة بلانك. هتلاقي حبيبي ان كل ما الحرارة بتزيد. ركز بقى في الجيش المهم قوي. كل ما الحرارة بتزيد. ده منحنة حرارته تلات تلاف. اربعة تلاف خمس تلاف. كل ما الحرارة بتزيد. ان لي بيحصل لارتفاع المنحنة? هتقول لي بيزيد. يبقى كل ما زادت الحرارة. زاد ارتفاع المنحنة. وفي ناس تقول لك زادت المساحة اللي تحت المنحنة. انت بص تحت المنحنة اللي احمر ده. نظللنا لحتة دي. طب لو هنظلل تحت الاخضر هتلاقي حتة اكبر. ولو هنظلل تحت الازرة هتلاقي ان هي اكبر. يبقى كل ما زادت الحرارة زاد ارتفاع المنحنة. او زادت المساحة تحت المنحنة. او زادت شدة الاشعاع ما انت كل ما بتطلع لفوق الشدة بتزيد او بتعلم. يبقى كلما زادت الحرارة زاد ارتفاع المنحنة زادت المساحة تحت المنحنة زادت شدة الاشعاع زادت طاقة الاشعاع كل دي حاجات بتزيد. الطاقة كمان بتزيد. تمام? والطاقة لو زادت فده معنى ان التردد هو كمان بيزيد والطول الموجه بيقل. ست حاجات بيحصلوا لما الحرارة بزيد. تاني الحرارة لما بزيد بيحصل كم حاجة? ستة حاجات. رقم واحد. بيزاد ارتفاع المنحنة. يعني بتزيد المساحة اللي تحت المنحنة. يعني بيزيد شدة الاشعاع. بتزيد طاقة الاشعاع. بيزيد التردد. بيقل الطول الموجي. بيقل الطول الموجي. دي كلها حاجات بديحصل بزيادة درجة الحرارة. تمام كلام? تمام. في ان طبعا اخد الملحوظة الاخيرة اللي احنا لسه قال لها ان كلما الحرارة بيزيد الطول الموجي بيقل? قال لك خلاص يبقى العلاقة اللي بينهم مع علاقة عكسية. يبقى لمضة عكسية مع درجة الحرارة. فعم فن قال لك خلاص سنعطلع كده بقانون. يعني ايه? يعني كده ايه? سيب لي حاجة بقى ايه? تتذكر لي كده في التاريخ. فقال لك ايه? آآ فن قال لك لاحظت انه الطول الموجي المقابل لأقصى اشعاع يعني بيجي جدا عند اقصى اشعاع وصاد من هنا تحت الطول الموجي ده. لاحظت ان الطول الموجي المقابل لأقصى اشعاع بيتناسب عكسية مع درجة الحرارة الكلفينية. قال ايه? الكلفينية. اللي لازم تعود عن الحرارة بالكلفين. سيغض القانون لامضة واحدة على لامضة اتنين بتساوي تي اتنين على تي واحد ان العلاقة عكسية. حبيبي لو ادي لك الحرارة بواحدة غير الكلفين. حيدي لك بواحدة السليزيوس. انا بنشغل بالكلفين. طيب هل الحرارة بالكلفين بتساوي الحرارة بالسليزيوس? طبعا لا. بتساويها بس زائد متين تلاتة وسبعين. يعني تزود عليها متين تلاتة وايه? وسبعين. يبقى لو قال لك مسلا درجة حرارة الانسان سبعة وتلاتين درجة. تمام? واحتاجت ان ان تتعود بالحرارة بتاعته في المعادلة دي او في القانون ده. هل ينفع تعود عنها بسبعة وتلاتين درجة سليزيوس? طبعا لا. تزود عليها متين تلاتة وسبعين? تمام? ويطلع لك مسلا تلتمائة وعشرة وتاخدها وتعود بيها. تمام? يبقى لو داني الحرارة بالسليزيوس احاولها لكيلفن. بزود زي ما قلنا متين تلاتة وسبعين. من منحنة للاكسام الساخنة او الاكسام يعني المشاعة. لقينا. انه طبعا الحرارة طبعا كلما كانت ازيد الحرارة كلما كان زي ما قلنا ارتفاع المنحنة اكبر. اه الطاقة برضو ترضيها مع الحرارة يعني كل ما الحرارة بزيد قلنا الطاقة بتزيد. ترده ده كمان بزيد. انما طول يتم saying A 금 A L هتلاقي ان الطول الموجة طبعا علاقة عكسية. الطول الموجة بتاع X اصغر من الطول الموجة بتاع Y واصغر من الطول الموجة بتاع Y, بتاع Z. ده طبعا شكل منحنة بلانك وده التوقع الكلاسيكي او التفسير الكلاسيكي. طبعا كتافيص للمنحنة اللي عندنا تفسير طبعا بلانك اه لما جاي فسر المنحنة قال لك والله احنا اعتمدنا على ان الاشعاعات التي تطلعة من الاجسام مش موجات زي ما الكلاسيكي قالت وما ليه عم قال لك والله الاشعاعات اللي طلع من جسمك او من اي جسم بيشاء هي عبارة عن كمات صغيرة من الطاقة اسمها الكمة او كوانطم او الفوتون. الفوتون ده حبيبي بيجي من اين? قال لك بيجي من زرة من زرة مصارة. طب والزرة المصارة دي بيحصل لها اصالة ازاي? لما بتكنسب طاقة. الطاقة دي لازم تكون بتساوي الفرق بين طاقة المستوين المستوى اللي هي فيها والمستوى الاعلى منه. لو اكتسبت الزرة طاقة بيحصل لها اصارة. فبتهتز بيحصل لها اصارة تطلع للمستوى الاعلى. بعد ما بتطلع للمستوى الاعلى بتتخلص من طاقة اصاريتها وبترجع تاني. فالطاقة اللي بتطلع منها اللي بتتخلص منها بتطلع على هيئة ايه? فوتونات. بتطلع على هيئة فوتونات. كل فوتون من دول طبعا الطاقة بتاعته بتساوي اتش في نيو. كل فوتون طاقته بتساوي الاتش في الاتش ده كان اسمه سابب بلانك بيديو لي في المسألة والنيو طبعا اللي هو التردد. عندي كده سؤال على منحنة بلانك سؤال بيقول لك الشكل يباني المقابل يمثل منحنة بلانك الاشعاء جسم اسود ساخد. فاذا انخفضت درجة الحرارة. لو الحرارة قلت. اه خلي بقى لك بقى. لو الحرارة قلت يعكس الكلام. خمسة هيقل له واحدة زيد. مين اللي هيزيد تولي الموج. وبقى حيقل له. الطول الموجي بس هو اللي هيزيد. تمام كده? يبقى ايه اللي هيحصل قال لك لو كيمية واي ولو كيمية اكس. واي ده مين? ده طول موجي. يبقى حيزداد. لانه عكسي مع الحرارة. وده طبعا الشدة هنا هتقل. يبقى اكس تقل وي تزاد. يبقى على الترتيب كده اكس تقل وتزاد يعني الاجابة تبقى اخر اختيار. تقل وتزاد. من المنحنة اللي قدام بينك منحنة بلانك عايزين العلاقة بين لامضة واحد ولامضة اتنين. طبعا العلاقة ما بينهم بنجيبها بنقالون فين. يعني هنقول تيه اتنين على تيه واحد. طيب تيه اتنين بكام مصر بربعة تلاف ومتين. طب ويتيه واحد بكام بتامن تلاف وربعمية. اقسم على الالة بتاعتي اطلع معي الحل واحد على الاتنين. تاني زارة كده عندنا اسمها زارة الانبعاث الحراري والتأسير القارو دوي. في الجزئية دي عرفنا ان علماء الفيزي الحديثة وصلوا بفكرهم لحاجة عالية اول. قال لك احنا كلنا عارفين ان الموصلات جواها الكترونات حرة. بتتحرك جوا الموصل. يعني مش شايفاها طبعا. بس انا عارف ان هي موجودة بدليل ان فيه طيار كهرابي. طب انا انفع اخلي الالكترون بدل ما هو بيتحرك جوا الموصل. يبقى خارج الموصل يعني ايه اتحرر? تعالى نسأل الالكترون يا عم الالكترون. هو انت ليه ما بتعرفش تطلع برا الموصل اللي انت موجود جواه. قال لك والله جربت بس فشلت. طب ليه? كل ما باجه اتحرر او اطلع من سطح المعدن بلاقي حاجز بيمنعني. في حاجة منعاني من ان انا من ان انا اخرج من ايه سطح المعدن ده? طب الحاجز ده عبارة عن ايه? قال لك انا بحس كده زي ان فيه تجازب بيحصل. حاجة بتجذبني تاني لداخل سطح المعدن وبتمنعني من التحرر. يعني حاجز السطح ده ممكن نقول ان هو عبارة عن قوة تجازب بتجذب الالكترون لداخل المعدن وتمنعهم للتحرر قال لك قابل الزبط كده. طيب حاجز السطح ده سكته ايه? يعني مسلا احنا ممكن ندينه مسلا فلوس فيحرر الكترون? قال لك لا. وما ليه السكة بتاعته? ادينه طاقة. لو اديت الالكترون طاقة هيعرف يرشي بيا حاجز السطح ويخليه خربه. ازا انت عشان تحرر الكترون لازم تكسبه ايه? طاقة. الطاقة اللي هيخدها الالكترون هيتغلب بيا على حاجز جهود السطح ويتحرر من سطح المعدن. ويا سلام بقى كل ما تدينه طاقة اكبر كل ما الالكترون يتحرر ويبقى معاه باقي كمان من الطاقة. يعني يدي جزء من الطاقة بتاعته الحاجز السطح ويتحرر وهو معه جزء من الطاقة. الطاقة اللي هيبقى له اولا هتبقى معاه تتحول بعد كده الطاقة يتحرك هيقدر بقى بعد كده الالكترون يتحرك بيا خارج المعدن. طب لو قدته الطاقة على الاد. ايه اللي هيحصل? هيتحرره بس. حيدي الطاقة اللي معاه لحجز السطح يقوله بفضل عدي يتحرر بس ايه لا يتحرك ما يتحركش. طب لو كانت الطاقة قليلة اقل من حجز السطح في الحالة دي اصلا مش هينفع ينبعس الالكترون. المهم ان انت لازم تدي الالكترون ده طاقة. الطاقة دي نوعين. ممكن تبقى طاقة حرارية او ضوئية. بدأتا كده الطاقة الحرارية بنسمي الانبعاث في الحالة دي انبعاث حراري او انبعاث كهر وحراري. هو عبارة عن ايه? قال لك هو عبارة عن امبعاث الكترون من المعدن نتيجة تسخنها او نتيجة اكسابها طاقة حرارية. النوع التاني الانبعاث الضوئي هو عبارة عن امبعاث الكترونات من سطح المعدن. نتيجة سكوط عليها لايه? ضوء. طردده مناسب. طردده مناسب. الظاهرة الاولى ما كانش عندنا تفسير لها بس كان عندنا طبعا تطبيق عليها حاجة اسمها امبوبة اشعة الكسود. امبوبة اشعة الكسود اولا كده فكرتها او تعتبر تطبيق علي ايه? تطبيق علي الانبعاث الحالي. بنستخدمها في ايه? قال لك تستخدم في صنوعة تل شاشات. سواء كانت شاشات التلفزيون او الكمبيوتر. المكونات بتاعتها يا باشا. اول حاجة عندك هنا فتيلة ودي تعتبر مصدر التسخين. فتيلة ودي مصدر التسخين. بعد الفتيلة بنحط كسود. بنحط الايه? الكسود ده. والكسود شحنته سالبة. بعد الكسود عندك حاجة اسمها شبكة. ودي بردو شحنتها سالبة. يعني هي عندك هناك كسود سالب. وعندك برضو هنا الشبكة اللي بعد منه ده. برضو هي كمان شحنتها سالبة. ودي نقطة مهم. بعد الشبكة بيجي حاجة اسمها القنود والانود هنا شحنته ايه مجبب. طيب اولا دور الفتيلة ايه? الفتيلة احنا قلنا هي مصدر التسخين. يعني دورها ان هي لما بيعدي فيها طيب اربع تسخن. طب حرارة اللي هتطلع منها هتكتسبها الالكترونات اللي في الكاسود او الكاسود. زي ما انتم بتولها في الكيمي. فلما تكتسب الالكترونات الطاقة الحرارية تبتجي ان ايه ايه? تتحرر من سطح المعدن. لما تتحرر من سطح المعدن هيتحرر عندك الكترون ولا عشرة ولا الف? لا ده هيتحرر عندك اعداد كبيرة جدا من الالكترونات بالمليارات. الالكترونات دي المفروض ان هي رايحة للشاشة. عشان الشاشة تنور. بس الشاشة مش محتاجة كل الالكترونات دي فاحنا لازم نتحكم في عددها عن طريق ايه قال لك عن طريق الشبكة يبقى ايه هو دور الشبكة قال لك التحكم في اعداد الالكترونات طب ازاي الشبكة بتتحكم في عدد الالكترونات يعني بتعدي مسلا جزء وتحجي بالباية ازاي قال لك عن طريق ان احنا بنوصلها بجهد سالب جهد الشبكة جهد سالب فالشبكة جهدها سالب والالكترونات اللي رايحالها سالبة فبيحصل ما بينهم تنافر. نظرا لان عدد الالكترونات كتير فبيه عدد منها بيعدي. جزء منها بيعدي يروح للشاشة اه ينورها. وجزء الباقي بسبب التنافر ما بيعديش. لو احنا زودنا السالبية لو السالبية زادت قوة التنافر اللي هتحصل ما بين الشبكة والالكترون هتبقى كبيرة. فالشبكة هتعرف تحجب عدد كبير جدا من الالكترونات فيعدي عدد صغير. فتبقى الاضاءة صغيرة. يبقى اذا زادت سالبية الشاشة. فان اضاءة الشاشة تزداد ولا تقل? اقول له تقل. ان السالبية لو زادت. هيحصل تنافر قوي مع الالكترون. فحيبنى عدد كبير ويعدي عدد صغير. فالاضاءة بصغيرة. طب لو قلت السالبية. ازا اعطينا السالبية او ازا اعطينا ناسف الشبكة جهد موقع. او قللنا السالبية ايه اللي هيحصل? والله في الحالات دي التنفر هيقل? فعدد كبير او من الالكترونيات هيعدي والاضاقة هتزيد. يبقى ازا اتصرت الشبكة بقوة دموقع بيه اللي يحصل? قل له تزداد جدا اضاقة الشاشة. دور الانود ايه? الانود هو المسؤول ان هو يودي الالكترون للشاشة. وده عن طريق ان هو بيدي له طاقت حركة. يبقى دور الانود ايه? قال لك اكساب الالكترونيات طاقت حركة. او تعجيل الالكترونيات. بيديها طاقت حركة رمزها كي اي. وبتساوي الاي في الفي. شحنة الالكترون في فرق الجهد. او ممكن تحسبها بالقانون ده نص ام في تربية. نص الكتلة في مربع السرعة. يبقى هنا عندك ده فرق جهد. والفي اللي هنا اللي مع كتلة دي عبارة عن ايه سرعة? بعد كلا الالكترون هو ماشي في سكته بيعدي على الواح ودي بنسميه نظام التحريك. حبيبي من غير نظام التحريك ده? لو مش موجود الالواح دي الالكترونات كلها هتروح لنص الشاشة زي ما انت شايف? فهيتكون بقعة مضيقة في نص الشاشة. وبعد حبة حلوين هتكتمل الصورة. وده اللي كان بيحصل في التلفزيونات القديمة قوي اللي معظمكم احضرهاش. تمام? كان التلفزيون طبعا اول ما بيتشغله. بتلاقي كده ايه? بقعة كده في النص. اه منورة في الشاشة. وبعد كده تبتيجي الشاشة تبتيجي تكبر شاشة. حد في الاخر مسلا تكتشف ايه? ان ده مسلا اه منخير الموزيع مسلا اي حاجة يعني انت مؤمن ان انت ايه الصورة مش بتكمل مرة واحدة. الالواح هنا كان دورها ان هي توزع الالكترونات على الشاشة. دي الشاشة المفروض الالكترونات لو توزعت كلها على الشاشة في وقت واحد الاضاءة اه هتوصل للشاشة كلها في نفس الوقت فهتنور الشاشة او هتشتغل الشاشة كلها في وقت واحد. الصورة هتكتمل بمعنى صح في وقت واحد. فعشان كده عملوا الالواح اللي قدام منك. في عندك الواح تمام? افقية بالشكل ده. والواح رأسية. في الواح رأسية تمام? في وضع يعني رأسي والواح تانية افقية. محطوطة بالعرض بالشكل ده. الالواح الافقية اللي هي دي بتتحرك لفوق والتحت. لفوق والتحت. فدي بتحرك الالكترونات لفوق والتحت. اما الالواح الرأسية بتحرك الالكترونات يمين وشمال. يبقى لو سألك الالواح الافقية بتوجي الالكترويز ازاي? اقول له الفوق والتحت. طب اكتب له ازاي دي? اكتب له بتوجيها بشكل رأسي. الافقية بتوجي الالكتروينات بشكل رأسي. طب والالواح الرأسية بتوجي الالكترون يمين وشمال يعني بشكل افوقي. يبقى دور الالواح الافقية تعمل على توجيه الالكتروينات بشكل رأسي. طب دور الالواح الرأسية تعمل على توجيه الالكتروينات بشكل افوقي. يعني بالزبط كده لو انت عندك الواح افقية بس. افقية بس. الافقية احنا هنا بتحرك الالكترون لفوق التحت. فهتلاقي الالكترونات مرصوصة في بعضها بالشكل ده. طب لو عندي الواح رقسية بس. رقسية بس سامستر يعني رقسية بتوجه افقي فهيتبقى عندك الالكترون بالشكل ده. طيب عندك الراقسية والافقية. هتلاقي الالكترون موجودة عندك في كل حتة في الشاشة. طب ما عندش الواح اساسا. هتلاقي في الحالة دي نقطة واحدة كده في نص الشاشة. الشاشة طبعا عندنا شاشة مطلية بمدد الفلوروسينت. في شاشة فلوروسية. ودورها طبعا ان هي بتنور لما بيسقط عليها الكترون. تاني تطبيق عندنا كان الخلية القاهروضوئية. ودي بتعتمد على الامبعاث الضوئي. والخلية القاهروضوئية بنستخدمها في الالات الحزبة. بنستخدمها كمان في فتح وغلق الابواب اليا. وموجودة في حاجات تانية طبعا زي اعمدة الانورة او اعمدة الكهربا اللي موجودة في الشوارع. اللي اعمدة الجديدة دي. دي بتنور بالتواقق طبعا ايه? تمام? بس عندنا في المنهج قال لك ايه? الالات الحزبة وفتح وغلق الابواب الياه. في عندنا برضو حاجات تانية زي اه مسلا اه المكنة اعدد نقود اعدد الفلوس يعني المصابيح اللي في الشوارع زي ما قلت لك بس دي مش موجودة في المنهج يعني. بتتكون من تكون من مهبط اللي هو الكاسود او الكاسود. لما بيسكت عليه طبعا الدوق بيبتجي تحرر منه الالكترونات وتتحرك فيه الدايرة بتاعة الجهاز. الخلية كار ضوئية كان لها تفسير عندنا من الفيزياء الكلاسيكية وفي ناس فسرت الموضلة من الفيزياء الحديثة. الفيزياء الكلاسيكية اول حاجة ما انكرتش ان يمكن يحصل انبعاست الالكترون لما يسكت عليه دوق. ما قالت لكش ان مسلا مش بيحصل كده. تعليمه بقى الدرس بق? قال لك لا بيحصل. هم عارفوا خلاص ان بتقول الحديثة لما بيقولوا حاجة? بيبقى كلامهم صح. فقال لك فعلا بيحصل امبعاث لما بيسكت دوق على المعدن. طيب سبب الانبعاث اي عمل حاج? قال لك رقم واحد. سبب الانبعاث هو شدة الدوق. امبعاث الالكترون من المعدن يعتمد على شدة الدوق الساقط. شدة الدوق الساقط. يعني على كلامهم لو انت جبت معدن. بالشكل ده. في هنا الالكترونات. واسقطنا على الالكترونات دي او على المعدن ده دوق شدته عالية. يحصل تحرر او انبعاث للالكترون. طيب لو كانت الشدة ضعيفة. مش هيحصل يعني انبعاث ما عندهمش حاجة مستحيلة. قال لك لا هيحصل انبعاث. بس يعني ايه بعد حبة حلولة. يكون بس الدوق او يكون الالكترون. اتعرض للدوق لفترة طويلة. فياخد من الدوق الشدة اللي هو عايزها. وبعد كده يمبعث. يعني ازا كانت الشدة كافية يحدث انبعاث لحظي. الالكترون هيطلع في نفس اللحظة. اما لو كانت الشدة ضعيفة. قال لك سوف يحدث انبعاث. ولكن بعد فترة اطول. يعني ايه? قال لك يعني بالزيادة زمن تعرض المعدن للدوق. تسيب المعدن شوية في الدوق. الالكترون يجمع الشدة واحدة واحدة. لحد ما هيبقى عنده الشدة الكافية. فينطلق. طب هالي الكلام ده صح. الناس بتاعت الحديثة طب بقية الكلام ده لقيت ان هم مش مزبوط. جربوا الناس يا جماعة ان هم يشتغلوا بمصادر دوق. شدة ضعيفة والشدة عالية. لقيت الموضوع ملوش علاقة بالشدة. في دوق بيبقى شديد قوي بس ما كانش بيعمل انبعاث. وسبحان الله دوق تاني ممكن يبقى ضعيف. يعني لمبة ضعيفة جدا او مصدر ضعيف جدا. ويعمل انبعاث. فلما دوروا وراء الموضوع لقوا ان الانبعاث ملوش علاقة بالشدة. ليه علاقة بتردد دول ايه? الساقط. يعني ممكن تبقى مصدر ضعيف قوي بس التردد بتاعه قوي. فيعمل انبعاث. ولمبة تانية او مصدر تاني شدته عالية. بس تردد ضعيف. فما يعملش ايه امبعاث. يبقى الفيزة كراسكية قالت الامبعاث يعتمد على شدة الضوء. انما التفسير بقى بتاع الفيزة الحديثة او التفسير العملي. ايه اللي حصل قالك الامبعاث بيعتمد على التردد. كمان قال لك طاقة حركة الالكترون. الالكترون اللي هيخرج من المعدن وهيتحرك فيه الدايرة بعد كده. ما انت هتوصل المعدن ده بتبقى موصله بيه دايرة ولا يكون لمبة مسلا. الالكترون اللي هيتحرر ويتحرك ويعد على اللمبة او على المزوعة ده. طاقته دي بتيجي منين? قال لك بتيجي من شدة الدوق. ده مين? ده الكلاسيكية. انما فعليا طاقته بتعتمد على طاقت الدوق الساقط او تردد الدوق الساقط ونوع المعدن نفسه. طيب لو كانت الشدة ضعيفة طبعا قال لك هيحتاج الامبعاث لفترة اطول ولكن طبعا هيحصل. انما الفيزياء الحديثة والتغارب العملية اثبتت ان الانبعاث هيحصل في نفس اللحظة بشرط ان يكون طبعا التردد بتاع الدوق اكبر من او بيساوي تردد المعدن اللي احنا بنسميه التردد الحرك. تردد المعدن اللي احنا بنسميه التردد الحرك. العلاقة بين شدة الطيار وشدة الاضاءة. هي اولا كده لازم تبقى اخذ بالك من حاجة ان عشان يحصل انبعاث ويبقى عندك طيار لازم يكون تردد الدوق اكبر من التردد بتاع المعدن اللي احنا بنسميه التردد الحرك. فلو كان تردد الدوق اصغر من تردد المعدن اساسا مش هيحصل انبعاث. فمهما حضرتك زودت الاضاءة. هيفضل شدة الطيار بصفر. سابتها عند الايه عند الصفر. اما بقى لو كان التردد بتاع الدوق اكبر من التردد الحرك. ساعتها هتزيد شدة الطيار بزيادة شدة الايه? الاقضاء. يعني العلاقة اللي بينهم تردية بس بشرط. الشرط يكون تردد الدوء. اكبر من من التردد بتاع المعدن اللي هو اسمه التردد الحريق. او تبقى طاقة الدوء اكبر من طاقة المعدن اللي احنا كنا بنسميها دلة الشغل. العلاقة ما بين طاقة الحركة وما بين التردد بنرسمها بالشكل ده علاقة تردية بتبدأ من عند السالب والسالب هنا بيعبر عن دلة الشغل بتاعة المعدن. القانون اللي انا بستخدمه بتساوي اي ناقص اي دابليو. اي كي اللي هي طاقة حركة الالكترونات. بتساوي اي اللي هي طاقة الدوء ناقص ال اي دابليو اللي هي طاقة المعدن اللي بنسميها دلة الشغل اسمها دلة الشغل. الميل طبعا هو سابت بلانك. في القاونين بتاعتنا اولا في انبوبة اشياء الكاسود لو عايز سيحسب طاقة حركة الالكترونات بتحسبها بالقانونين دولة اي اي في والفي ناقص لك فرق جهن. اي اي اما نص امي في تربيع والفي هنا سرعة. في الخلية قاهر دوئية لو عايز يجيب طاقة الدوء طبعا طاقة الدوء بالساوي اي دابليو زي اي دابليو اللي هي دلة الشغل والكي اللي هي طاقة الحركة. طاقة الحركة احتاج تفكها فهممكن تفكها لنص امي في تربيع. طب دلة الشغلة لو خبها عنك تفكها حاجة من اتنين يهم في في ون يو دا هنا اسمه التردد الحرج. يهم على لامضة سي اللي هي هنا الطول للموجي الحرج. تمام? اما الاي نفس قوانين اي دابليو ما دي طاقة ودي طاقة دي طاقة المعدن ودي طاقة الدوء. دي اسمها ده اللي تشغل ده اسمه طاقة الدوء او طاقة الفتون. فنفس القوانين هي 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 بس بنقول اتش النيو. النيو هنا اللي هو تردد الدو او اتشي سي على لامضة اللي هو التولي الموجي بتاع الدو. في نقطة هنا برضو مهم اوي. لو عايز تجيب السرعة. السرعة لو قال لك احسب السرعة فدي ديها قانونين. يا اما جزر اتنين اي في على ام. والفي هنا اللي براه السرعة زي ما قلت لك واللي جوه اللي جنب الاي دايما بيبقى فارق الجوه. يا اما جزر. اتنين كي اي اللي يعتقد الحركة على ام. حبيبي لو حقري ما بين سرعتين سرعة الكترونين ممكن تقول جزر. كي اي واحد على كي اي اتنين. لو معاك تطاقة الحركة. او جزر في واحد على بي اتنين لو معاك فارق الجهد. تمام القوانين دي برضو مهمة اوي خلي معرك اللي هي خاصة قوانين نسبة. بتيجي لحتة دي نسبة بتيجي عليها كتير. خلاص ده بالنسبة لقوانين الجزء اللي هي اللي فاته طبعا ما تنساش الرسمة البيانية بتاعة المعادلة دي. اللي هي طبعا كي اي على محور الصادات. والتردد على محور الصنات. الرسمة بتطلع من عند سالب اي دابليو. الميل بتاعها سابت بلانك. ونقطة التقاطع دي بتعبر عن التردد الحرج. التردد الحرج. تمام? لو اداني الطاقة او لو انا عايز اجيب الطاقة بالجول هيديني هو الطاقة في المسألة بوحدة اسمها الالكترون فولت. طبعا مش بنشتغل بالالكترون فولت. اداني الطاقة بالالكترون فولت لازم احاولها للجول. ازاي? بضرب في شحنة الالكترون. بضرب في شحنة الالكترون. لا واحد وستة من عشرة. فعشرة قصة سالب تسعة عشر. هنحل بقى دلوقتي السئلة على الجزئية دي. دلوقتي بقى نحل مع بعضها السئلة على الجزء ده. السؤال الاوليان هنا بيقول لي سقط اضوء احادي اللون على كاسد خلية قهر ضوئية. فازا كانت طاقة الدوق او طاقة الفطرون الساقط بتساوي دلت الشغل. هيحصل الانبعاث ولا لا? طبعا هيحصل. شرط الانبعاث ان يكون طاقة الدوق قدي طاقة المعدن او اكبر منه. قدي دلت الشغل او اكبر منه. انما لو قال مفيش طبعا الالكترونتها تنبعث. هي طبعا هيحصل الانبعاث. قال لك وكان فرق الجهد بينك كاسد ولا الانض. تسعة فولت. ده كده فرق جهد. عايز ايه? قال لنا عايز اقصى سرعة ممكن ينطالك بيها الالكترون من الخلية قارضة وهي. طلب السرعة وانا قلت لك السرعة بتساوي جزر اتنين كي اي على ام او جزر اتنين اي في على ام. طبعا هنا انا معاقي فرق جدا فانا هشتغل بالقانون ده. يعني هقول جزر اتنين فيه. طبعا الحبيبي السوابت ما ما تقلقش يعني وما تقلقش عمال ان كده كده في اذنك يا رب حيديه لك في السؤال. يعني موجودة موجودة ايه. فهنقول جزر اتنين في الايه اللي هي شحنة الالكترون واحد وستة من عشرة في عشرة قص سالب تسعة عشر ده سابت. الفي طبعا هو مديولك بتسعة. طب والام كتلة الالكترون سابتة برضو هيديلك في السؤال ما تقلقش. تسعة واحد من عشرة في عشرة قص سالب واحد وتلاتين. على الالة هنحسبها وشو ما يطلع معنا الحل بكام? هيطلع اللي ان شاء الله اللي هو تاني اختيار واحد وتمانية وسبعين فعشرة قص ستة متر على السنة. طب مستر انا طلع معايا رقم كبير قوي. بس مش مش شبه اللي انت اختارته. اضغط على الزرار اي ان جي. الزرار دعت ليه? بالزبط فوق رقم تمانية في الالة عندك. هيقرب بك الحل بازنك يا رب ويخلي لك شبه ده. السؤال اللي بعده يقول لك فوتونان يعني انت عندك هنا فوتونين غالبا مسألة نسبة. غالبا مسألة نسبة. فوتونان طاقت الاول تلاتة الكترون فولت يجي كده اي واحد اما طاقة التاني اربعة ونص الكترون فولت يجي كده اي اتنين. سقطوا كلا على حدة كل واحد فيهم سقط لوحده على سطح معدن دلت الشغل بتاعته اللي هي ال اي دابليو. بتساوي اتنين ونص الكترون فولت. عايز النسبة ما بين السروعتين. تمام? احنا قلنا في واحد على في اتنين بتساوي. يا اما جزر في واحد على في اتنين اللي هو فرق الجهد. وانا هنا ما اجاب ليس سيرة عن فرق الجهد. يا اما جزر كي اي واحد على كي اي اتنين. طاقة الحركة. ما برضو ما اجاب ليس سيرة عنها. تمام بس انت انفعت حسابها. مش طاقة الحركة بتساوي الاي ناقص الاي دابليو. قال لك اه. يبقى انا ممكن اجيب كي واحد. هطرح اي واحد اللي هي تلاتة. ناقص الاي دابليو اللي هي اتنين. ونص. فيطلع هنا بخمسة من عشرة او بنص الكترون فولت. طاقة الحركة بتاعت التاني كي اتنين برضو نفس الكلام الاي ناقص اي دابليو. اي اتنين اللي اربعة ونص. ناقص الاي دابليو اللي هي اتنين ونص فيطلع اتنين الكترون فولت. واحد يقول لها مستر الطاقة هنا بالالكترون فولت احولها والله ينتنى براحتك. في مساءل النسبة براحتك. يعني التحويلات يا شباب في المساءل العادية لازم. انما في مساءل النسبة دي حاجة بترجع لك. عايز تحول حول مش عايز براحتك. في مساءل النسبة بس ممكن ما نحولش. فانا هنا مش هحول هشتغل عاجي بالالكترون فولت. هقعد هنا عن طاقة بتاعت الاول بنص. وطاقة حركة التاني باتنين. طبعا نص على اتنين فيها الربع تحت الجازل يطلع واحد على الاتنين. بل حل ده على الايل ان شاء الله يطلع معاك بنص. الظاهرة التالتة والاخيرة في الفصل الخامس كان اسمها ظاهرة كونتون. ظاهرة كونتون طبعا دي باسم عالم اللي هو كونتون. كونتون هنا كان عايز يعمل ايه? وصلنا في الفصل ده ليه? ان الخناقة بقى وصلت ليه? اه يعني اقصى بقى حاجة فيها ما بين الفيزياء الكلاسيكية والحديثة. الكلاسيكية لسه متمسكة برأيها ان الاشعاعات اللي بتطلع من الاجساء الموجات وان ما فيش حاجة اسمها فتون. اما الحديثة العكس. الحديثة متمسكة ان الاشعاع عبارة عن كمات من الطاقة اسمها الفطون. طيب يا عم هل الفطون بتاعك ده? في دليل على وجوده اساسا يعني قبل ما تكلمني على الفطون. هو اساسا الفطون ده انت عندك اثبات ان هو موجود. فهنا كونتون كان بيفكر ازاي يثبت ان الفطون موجود. قال لك انا عشان اثبت وجود الفطون لازم اثبت ان هو عنده كتلة. ما هو دلوقتي انا اخد حيز معين. فاي حد هيدخل هيشوفني. لان انا ليه حيز معين. الحيز ازاي اسمه الكتلة? تمام كده? طيب او الحجم بمعنى صح حجمه كتلة يعني. طيب اه لو انا قدرت اثبت ان الفطون لي كتلة. هقدر اثبت ان هو ليه وجود. وبالتالي اقدر بعد كده اتكلم بقى في خواص الفطون وبتدي ان انا اناقش الموضوع. انما الاهم دلوقتي يثبت وجود الفطون. مين اللي عايز يثبت بقى وجود الفطون او وجود صفة جسيمية ان الفطون ده عبارة عن جسم او جسيم حتى صغير كومتون هو اللي كان عايز يعمل كده. فاول حاجة كومتون لازم تبع عارف ان الزاهرة بتاعت وهي الزاهرة تثبت الخاصية الجسيمية للفطون. تمام يبقى صغير كومتون تثبت ايه? او له تثبت الخاصية الجسيمية للفطون. جابة قبل كده في الامتحان. وكان حط في الاختيارات. تثبت زاهرة كومتون الخاصية الموجية للفطون ولا الموجية للالكترون? الجسيمية للفطون ولا الجسيمية للالكترون? طبعا اجابة جسامية للفوتون. فاثبات ان الفوتون له خواص جسامية يعني له كتلة له مقدار حركة او له كمية حركة. ده المقصوب بالكلام. عمل ايه كمتون عشان يزبط الكلام بتاعه. الراجل راح جاب الكترون. واسقط عليه فوتون. طب اشمعنا الكترون? قال لك والله لانه ما ينفعش اسقط الفوتون بتاعي الفوتون ده حاجة زارة جدا. ما يفعش ان انا اسقطة على حاجة كبيرة. ما هي لو سقط على حاجة كبيرة مش هتحركها? صح? تقدر تحرك مسلا عربية نقل كبير? اكيد لا. بس تقدر تحرك عجلة. يبقى انا لو انا عايز ازبط ان انت موجود. حاجة اقبطك في حاجة. لو الحاجة دي تحركت من مكانها يبقى انت موجود. طب لو الحاجة دي ما تحركتش. حاجة من اتنين. اما انت ما قادرتش تحركها اما انت اساسا مش موجود. صح الكلام? فهنا اللي اثباته طبعا كومتون او اللي كان عايز اثبيته كومتون ان الفوتون موجود. فكان من اللازم ان هو يخليه يسقط على حاجة صغيرة. في نفس الحجم بتاعه او اكبر منه حاجة بسيطة. فمين يا عام? قال لك الالكترون. وعشان يضمن ان الفوتون بتاعنا اكبر ما يمكن او قوي يعني ان هو يقدر يحرك الالكترون. فجاب اكبر الفوتونات من حيث الطاقة. وهي فوتون اشعة جامع. وفيه اللي قال فوتون اشعة سينية. مش فرقة. يبقى هي ظهرت سكوت فوتون طاقته عالية جدا او تردده عالي جدا. مثل فوتون جامع او الاشعة السينية. على الكترون ساكن. في اللي حصل? قال لك تشتت كل من الفوتون. وقل تردده. يعني قلت طاقته. يعني زاد طول الموجي. ما دي كلها نفس الكلمات. طاقة لما بتقل? يعني التردد بيقل? يعني الطول الموجي بيزيد. وتشتت الالكترون وزادت سرعته. لقينا سرعة الالكترون بدأت نهاية زيد لانه طبعا كان ساكن وتحرك فالسرعة بتاعته زادت. ازا طرح ما حصل تشتت? يعني حصل تصادم. ازا الفوتون له صفات جسعة مية. التصادم اللي حصل ما بينه من نوع تصادم مارن. تصادم اللي بين الفوتون والالكترون مارن. يعني مارن قال لك يعني ده معناه ان مجموع طاقت الفوتون قبل التصادم زاد طاقت الالكترون بيساوي مجموعهم بعد التصادم. طاقت الفوتون بعد التصادم زاد طاقت حركة الالكترون بعد التصادم. طب الالكترون قبل التصادم كان ساكن يبقى سرعته بسفر وبالتالي طاقت حركته بسفر. اقدر من اقول ان طاقت الفوتون قبل التصادم بتساوي طاقته بعد التصادم او هنا مجموع معلش يعني زاد زائد طاقة الحركة بتاعت الالكترون ومنها لو انا عايز جيب طاقت حركة الالكترون حوالي ده بعكس الاشارة فيبقى طاقت حركة الالكترون بتساوي اي قبل اي فوتون قبل ناقص اي فوتون بعد يبقى قانون او قانون زيارة او قانون تجربة بيقول لك ان طاقت الالكترون بالساوي الفرق بين طاقت الفوتون قبل التصادم وبعد التصادم خواص الفتون او قوانين الفتون عندنا اول حاجة لو سأل لك على الطاقة الطاقة بتاعت الفتون عندها اكتر من القانون تلوبا اربع قوانين لو معايا تردد. على لامضة لو معايا الطول المون. تربية وخل بالك القانون هو تربية ده. اللي حط القانون ده اينشتاين. والقانون ده كان اساس عمل القنبلة الزرية. فممكن اسألك على حتة دي خلي بالك هي موجودة في الكتاب على هيئة معلومة اسرائية. ولكن المعلومة دي عليك. تمام كده? فلازم تبقى عارفة. اللي فاكرة عمل القنبلة الزرية تعتمد على معادلة اينشتاين. اللي هي اي بالساوي ام سي تربيع. طيب وممكن برضه نقول بي ال في سي بي ال هنا اللي هو كمية التحرك. كمية التحرك. طيب ده لو سأل على على الطاقة. طيب لو سأل على التردد. التردد بيساوي. حاجة من اتنين. ياما اي على اتش. اي على اتش. اقسم الطاقة على سبب بلانج. ياما سي على لمدة. السرعة على طول المهم. طيب لو قال لك العائز كتلة الفتون. كتلة الفتون. هنا في معلومتين خلي بالك. لو كان الفتون ساكن. الكتلة بتاعته بصفر. لو كان الفتون قال لك ساكن يبقى كتلته بصفر. كتلة السكون للفتون تساوي نقطة له تساوي سفر. طب الفتون المتحرك الكتلة بتاعته بالساوي ايه? ممكن اقول والله اي على سي تربيع. او اتش نيو على سي تربيع. او اتش على لمدة في سي. اي على سي تربيع او اتش نيو على سي تربيع او اتش على لمدة في سي. ده لو كان متحرك. كتلة الفتون المتحرك. سألك على كمية التحرك فيجيب الساوي الكتلة في السرعة. يعني الام في السي. او ممكن اقول اي على سي او اتش نيو على سي او اتش على اللمدة. انا عارف كم قوانين كتيرة جماعة بس معلش لازم نبقى حافزنا عشان مش كل حاجة هروح اجيبها من كتاب المفاقين. هتضيع وقتك. فلازم تحفظ. احفظ من دلوقتي عشان تريح نفسك. طيب لو سألك على اخر حاجتين بقى. القدرة والقوة. لو قال لك احسب القدرة بتاعت اه شو اعمل الفوتونات. تحسب القدرة ازاي? القدرة بالساوي. ال اي في الفاي ال. ال اي طبعا ليه الطاقة? الفاي ال اللي هو تقدر تقول عليه عدد الفوتونات اللي بتطلع من المصدر في الثانية الواحدة. عدد الفوتونات في الثانية الواحدة. عدد الفوتونات في الثانية الواحدة. ممكن تفك ال اي في بقى اتش في نيو في بقى اتش نيو في ال. وممكن تفك ال اي ل اتش في سي على لمضة في بقى اتش سي على لمضة في ال. وممكن تفك ال اي ل بي ال في سي. في بقى بي ال سي في ال. يعني القانون اه كتير بس كلها ممكن تبقى انت حافز مسلا قانون واحد. يعني انا حافز مسلا قانون الطاقة. القدرة بتساوي الطاقة في في خلاص فك بقى الطاقة. ما مسلا اتش في نيو في ال. اتش سي على لامضة في ال. وهكزا. اخيرا القوة فدي بتساوي اتنين بي دابليو على سي. يعني اتنين في القدرة على سرعة الضوء. الشيل القدرة بقى ممكن تعوض عنها مسلا في بال اي في الفي ال. ممكن تحط بدلها اتش نيو في ال. اه اتش في ال على لامضة وهكزا. تمام كده? دي كلها قوانين القوة. طيب. ودي كده قوانين طبعا الفوتون كلها على بعضها. سرعة الفوتون طبعا يا شباب سابتة. يعني مش هيسألك عليها بس لازم تكون عارفة هي بتساوي تلاتة في عشرة قص تمانية متر لكل ايه ثانية. كده اعتقد اتكلمنا على كل حاجة بالنسبة للفوتون. نيجي بقى لجزائل بعد كده اللي هي آآ النموذج الماكروسكوبي والنموذج المايكروسكوبي. عندنا حاجة اسمها النموذج الماكروسكوبي وكلمة ماكرو في اللغة يعني كبير. وممكن تقول عليها النموذج الموجي. وماكرو ودي معناها صغير. ودي النموذج الجسيمي. في النهاية بعد ما اثبتنا الفوتون ليه صفات جسيمية. لقينا بعد كده ان الفوتون في بعض التجارب بيعمل صفات موجية. زي مسلا ان الضوء لما بيسكت مسلا على مراية بين عكس. ولانها كزة من الصفات الموجية. لما بيسكت مسلا ما بين وسطين بينكسروا. ودي طبعا صفات موجية. ودرسنا الكلام ده في تانية سنة. فايزا الفوتون ليه صفات موجية وصفات جسيمية. اللي فسر بقى الكلام ده نموذجين. نموذج المايكروسكوبي والنموذج الماكروسكوبي. الماكروسكوبي اللي هو بيفسر لك ازاي الضوء او ازاي الفوتون ليه صفات موجية. المايكروسكوبي بيفسر ازاي الفوتون ليه جسيمية. نبدأ كده باول حاجة. النموذج الماكروسكوبي طبعا بيدرس حزمة من الفوتونات كموجة. بيدرسها كده على بعضها كموجة. والموجة دي بتتكون من مجال مغناطيسي ومجال طبعا كهرابي متعمدين على بعض. وعلى اتجاه الامتشار بتاعهم. يعني بيدرسها كموجات كهر ومغناطيسية مستعرضة من الاخر يعني. اما النموذج الماكروسكوبي بيدرس الفوتون لوحده. مش في حزمة مش كشوعيع. ده هنا بيدرسه كشوع او كموجة. هنا بيدرسه منفرد. كجسيم. تمام? وبنشبه في الفوتون او بنوصف في الفوتون على انه عبارة عن كرة ظهرة جدا. نص كترها بيساوي الطول الموجة بتاع الفوتون. طيب. امتى اقول ان الفوتون او ان الضوء هيعمل صفة موجية? في حالة من اتنين لو سقط على حاجة كبيرة مش هيعرف يحركها. فهيعمل ايه? هيخبط يا وحينعكس. ولي نعكزها صفة ايه موجية? يبقى امتى تحصل صفة موجية للضوء? ازا سقط على حاجز ابعاده كبيرة. او كان الطول الموجي بتاع الدوء اكبر من ابعاد الجسم اللي هو حيسكت عليه. يعني ايه? لو انت عند الجسم فيه مسافات بين ايه? يعني الجسم ده بالشكل ده? تمام? دي الزرات بتاعته? ففي مسافات ما بين الزرات. لو الدوء قدر يعدي منها خلاص. انما لو ما قدرش هيعمل ايه ما? هيخبط وحيرتد تاني. حينعكس تاني. فدي صفة موجية. يبقى يحصل امتى الانعكاس يا شاب? او يحصل امتى الصفات الموجية في حالتين? لو سقط الدوء على حاجز كبير عائق كبير مش هيقدر يحركه فهينعكس. او سقط على حاجز المسافات البيانية بتاعته صغيرة. اصغر من الطول الموجي. يعني الطول الموجي بتاع الدوء اكبر منها. ساعتها مش عارف يختاركها. فهينعكس وبتعتبر دي صفة موجية. طيب امتى يحصل اه اه صفة جسيمية للدوء او للفتون. العكس بقى لو سقط على جسم صغير ابعاده صغيرة. او جسم المسافات البيانية اللي فيه كبيرة. يعني كان الطول الموجي اقل من او مقارب على الاقل للمسافات البيانية. في الحالة دي الفتونات زي ما قلنا بتتعامل مع السطح كا اه جسم كده اه او كموجة منتصلة وبتنعكس تاني وبتعمل صفات موجية زي الانعكاس ممكن يحصل انكسار وتدخل وحيود. اما هنا طبعا الفتونات بتنفذ من خلال المسافات البيانية ودي تعتبر صفة طبعا ايه جسيمية. من اشهر الفتونات اللي بتعمل الكلام ده هي اشعة اكس عندها قدرة عالية على الاختراك. طاقت الفتون او طاقت الدوء هنا بساوي طاقت الحزم كلها. اما هنا طاقت الدوء بساوي مجموعة طاقت الفتونات. شدة الموجة بتدل على عدد الفتونات او تركيزها في مكان معينة. وبيقول لك مكاس شدة الموجة هو شدة المجال الكهرابي او المغناطيس. شدة الموجة هنا بتدل على تركيز الفتونات برضو في مجال معين او في حيز معين. الخاصية الموجية والجسيمية اللي اتنين بيبقوا متلازمتين يعني اللي اتنين صفات موجودة للفتون بيتحرك بيهم وبيختار امتى هيتعامل كجسيم وانت هيتعامل كموجة على حسب طبعا العائق اللي هيقابله في الطريق بتاعه. عندنا معادلة بقى. دي براولي طبعا استغل النموزاجين دول وقال له خلاص سلامة انتوا بتقولوا ان الفتونات اللي هي كنا بنعتقد ان هي موجات ليها صفات جسيمية. ازا اكيد العكس. الاجسام ليها صفات موجية. تاني. زي ما الفتونات اللي احنا كنا نفكرينها ليها خواص موجية كفيزيا كلاسيكية. وازبطتوا ان هي ليها صفة جسيمية. يعني الموجة اثبتنا ان هي ليها صفة جسيمية. العكس صح ممكن نسبة برضو ان الجسيم ليه صفات موجية. واشتغل على الموضوع ده دي براولي واثبت فعلا شباب ان الاكسام المتحركة بيصاحب حركتها موجات. يعني انا وانت لما بيتحرك الحركة بتاعتنا دي بيصاحبها موجة. تمام? اي جسم متحرك بيصاحب حركته موجة. الموجة دي ممكن نحسب طولها من معادل الدي براولي اللي هو لمضة بتسوي اتش على بي ال او اتش على ام في بي. بي ال اللي هي كمية التحرك. ممكن نفكها لكتلة في سرعة. ولو عايز سيحسب الطول الموجة بتاع فوتون او المصاحب لحركة فوتون بتقول برضو نفس القوانين اتش على بي ال او اتش على ام في سي. هنا السي اللي هي سرعة الدوق. لو جسم عادي بتضرب في السرعة بتاعته اما لو كان دوق تضرب في سرعة الدوق. منه عادل طبعا دي براولي اخترعوا حاجة اسمها المايكروسكوب الالكتروني. وقابل منه كانوا بيعتمدوا على حاجة اسمها المايكروسكوب الضوئي. الفرق ما بين الاتنين سريعا. اولا المايكروسكوب الالكتروني بيعتمد على الطبيعة الموجية للالكترون. اما المايكروسكوب الضوئي بيعتمد على الطبيعة الموجية للضوء. يعني للفوتون. خلاص يبقى الالكتروني بيعتمد على الطبيعة الموجية للالكترونات. اما التاني طبيعة موجية للفوتونات او للضوء. الشعاع اللي بيستخدمه في الميكروسكوب الالكتروني طبعا شعاع من الالكترونات. اما هنا شعاع ضوئي. العدسات هناك عدسات كهربية او الكترونية. كهرومغناطيسية. اما الناحية التالية بيستخدم عدسات زجاجية. قدرة التحليل في الميكروسكوب الالكتروني عالية جدا وكبيرة جدا وبتقدر تجيب ادقة تفاصيل للاجسام اللي احنا بنحللها واللي احنا بنحطينا تحت المايكروسكوب. اما هنا قدرة محدودة. التكبير طبعا هنا بيقدر يكبر ويعمل زي ما سميها كده زوم على العينة. توصل لعشرة قص خمسة مرة من حجمها. يعني انت لو اجيب حاجة حجمها صغار جدا ممكن تقدر تكبر حجمها لحد مية الف مرة. فقدرة طبعا تكبير عالية جدا. نما هنا طبعا قدرة تكبير ضعيفة توصل لالفين مرة فقط. الاستخدام طبعا هنا تكبير الاجسام الدقيقة زي الفيروسات. هنا برضو تكبير الاجسام الدقيقة بس طبعا مش بتكون في حجم الفيروسات. بتبقى اكبر من الفيروسات شوية. اه بنستقبل هنا الصورة بتاعة الاجسام دي اللي احنا بنكبرها على شاشة فلوريسية. اما هنا بنستقبلها على العين بشكل مباشر. اه ينفع طبعا نتحكم هنا في قدرة التكبير وقدرة التحليل بتاعة المايكروسكوب الالكتروني. انما ما نقدرش نتحكم في قدرة التكبير في المايكروسكوب الضوئي. هنا بنتحكم ازاي قالك عن طريق سرعة الالكترونات اللي احنا بنستخدمها. كل ما بنزود فرق الجهد بتاع المايكروسكوب. كل ما بيزيد سرعة الالكترون. فبالتالي بيقله طول الموجي. وده بيخليه قادر على انه يعمل او يشوف اجسام طبعا ايه متنهية في الصغر. بالعكس طبعا هنا المايكروسكوب الضوئي ما يقدرش يعمل حاجة زي كده. طبعا ده كان اخر جزء عمدالي في الفاصل الخامس. هنحل عليه برضو كم مثال. السؤال هنا بيقول لك الصدمة فوتون اشعة سينية طوله الموجي. واحد واتنين من عشرة فعشرة قس سالب اتناشر متر. ده اللامضة. بالكترون فتشتة الفوتون بتردد واحد ونص فعشرة قس عشر هيرتز. ده الطول الموجي بتاع الفوتون الساقط يعني قبل التصادم. ده تردده بعد التصادم يعني ده كده تردده بعد التصادم. يقبل وهنا بعد. عايز طاقط حركة الالكترون. طبعا في ظاهرة كومتون قلنا طاقط الالكترون بتساوي الفرق ما بين طاقط الفوتون قبل التصادم. وطاقطه بعد التصادم. هتقول لي وانعرف ان ان السؤال هنا على قال لك هنا استضام فوتون اشعة سينية. بالكترون. مين الزاهرة اللي بيحصل فيها تصادم فوتون مع الالكترون? ما هي زهرة كومتون? طاقط الفوتون قبل التصادم مش معايا بس انا معايا الطول الموجي. فانا ممكن اشيلها وحط بدلها على لمضة. طيب طاقطه بعد التصادم مش معايا بس انا معايا التردد. فممكن اقول اتش في نيو. وابدأ بعد كده اعود بالاركام. يلا بينا. اتش سي على لمضة اتش طبعا اللي هي ستة علامة ستة اتنين خمسة في عشرة قصة سالب اربعة وتلاتين وده سابت في المسألة. سي اللي هي سرعة الضوء تلاتة في عشرة قصة تمانية. على اللمضة اللي هو مديها لك في المسألة واحد واتنين من عشرة في عشرة قصة سالب اتناشر. ناقص اتش في نيو الاتش برضو اللي هي سابت بلانك سبت علامة ستة اتنين خمسة. في عشرة قصة سالب اربعة وتلاتين. في التردد اللي هم بتجولك واحد ونص في عشرة قصة عشرين. نحسب على الآلة يطلع معانا طاقة حركة الالكترون ده بتساوي ستة وستمائة خمسة وعشرين. في عشرة قصة سالب اربعتاشر جول. بفرض ان الفوتون المشتت في زهار كومتون سقط على سطح معدني. فمبعثة منه الكترون واي. الفوتون اللي اتشتت هنا في فوتون ساقط. اتشتت هنا. لما خبط في الالكترون اتشتت. وساقط على معدن. دلت الشغل بتاعته. اربعة من عشرة اتش نيو. فمبعث منه الكترون اسمه واي. فان النسبة بين طاقة حركة الالكترون. او اللي يكتسب عن الالكترون. اكس واي بتساوي كام الى كام. بسألة هنا جميلة ليه? فيها ربط ما بين الباب الخامس. تمام? في اوله مع اخر. يعني فيها حتة من كومتون وحتة من الخلية كاردوية. ازاي? اقول لك انا ازاي? انت في الاول هنا سقط فوتون على الالكترون فتشتت الايه? الالكترون. لو عايز تجيب طاقة الالكترون المشتت. اللي هو اسمه هنا اكس. احنا قلنا بيتساوي الفرق ما بين. طاقة الفوتون قبل. وطاقة الفوتون بعد. قبل التصادم حيبقتش في نيو. بعد التصادم حيبقتش في تسعة من عشرة نيو. لانه لما تشتت قالك تردده بقى تسعة من عشرة نيو. يعني تسعة من عشرة نيو. لما ترحب من بعض ده كام نيو? ده واحد بس. واحد نيو. اشب منه تسعة من عشرة يبقى لي واحد من عشرة نيو. طيب الجزئية اللي بعدها بقى. هنا عندك فوتون سقط على معدن. هيحصل انبعاث ضوء. طب عايز اجيب طاقة الحركة. في الخالية كارو دوية. طاقة الحركة بتاعت الفوتون بتاعت الالكترون اسمه اي. بقول اي نقص اي دابليو. في الخالية كارو دوية قانون كان اي نقص اي دابليو. طاقة الفوتون اللي سقط على المعدن بتساوي اه التردد في سبب بلانك. يعني هضرب هنا. اتش في تسعة من عشرة نيو. لها تسعة من عشرة اتش نيو. نو ازلت الشغل هو اقيل لك بالساوي اربعة من عشرة إتش نيو. فيطلع الفرق بينهم خمسة من عشرة. كده قدر بقى يجيب النسبة اللي هو عايز. هو عايز الفرق او نسبة بين طاقة حركة اكس على طاقة حركة ي. بالنسبة لاكس واحد من عشرة اتش نيو. اما واي اربعة من خمسة من عشرة اتش نيو. طبعا اتش نيو راحت مع اتش نيو يبقى لك واحد من عشرة على خمسة من عشرة يعني واحد على الخمسة. فوتون كمية تحركه واحد وتلتمائة خمسة وعشرين من الف في عشرة قصة سلب سبعة وعشرين. ده مين? كمية التحرك اللي قال بيقل. عايز ايه يا عام? قال لك انا عايز الطاقة بتاعته. دي حفزة قوانين بقى. احنا قلنا طاقة الفوتون بتساوي بي ال سي بي ال سي. كمية التحرك في السرعة بتاعته. كمية التحرك هو ما اديه لك في المسألة? طبعا سؤال تعويض مباشر محتاج بس منك تكون حافز القانون. في السرعة اللي هي تلاتة في عشرة قصة تمانية. وده خلق على الالة زيمية يطلع معايا في الحالة دي الطاقة بالساوي تلاتة وتسعمية خمسة وسبعين من الف عشرة قصة سالة تسعة عشرة. ازا زادت طاقة حركة جسيم خمسة وعشرين مرة. فان نسبة التغير في الطول الموجي. المصاحب لحركة الجسيم ده هتبقى كام? مسألة جمدة جدا وفيها فكرة حلو. بيقول لك هنا ازا زادت طاقة الحركة كم مرة? خمسة وعشرين مرة. فان نسبة التغير في الطول الموجي المصاحب لحركة الجسيم ده قد ايه? اولا الطول الموجي المصاحب لحركة الجسيم عشان تجيبه بتقول اتش على بي او اتش على ام في. ده رقم واحد. طيب طاقة الحركة لما تزيد خمسة وعشرين مرة. هو ايه اللي زودها اساسا? فكر كده بالعب. طاقة الحركة بتسوي نص ام في تربيع. نص الكتلة في مربع السرعة. هل ممكن تكون الكتلة زادت? فعشان كده طاقة الحركة زادت? طبعا لا لان الكتلة سابتة. فدي كده هنستبعدها. ازا اللي زود طاقة الحركة ان السرعة ايه? زادت. طب السرعة تزيد كم مرة? عشان طاقة الحركة تزيد خمسة وعشرين مرة. واحد اقول لي تزيد خمسة وعشرين مرة? اقول له لا. لان القانون بتاعك انا مش فيه. ده فيه تربيع. فكام تربيع يديني خمسة وعشرين? طبعا خمسة تربية. لو السرعة زادت خمس مرات هتتربع فتبقى خمسة وعشرين مرة. تمام? ازا معنا ان انتقد الحركة زادت خمسة وعشرين مرة فده معنا ان السرعة زادت كم مرة? خمس مرات. اجي هنا بقى. لو السرعة دي زادت خمس مرات. زادت خمس مرات. الطول الموجي هيزيد ولا هيقل? العلاقة اللي بينه معاكس ايه? يبقى هيقل. لايه? يقل للخمس. لو زادت خمس مرات هيقل هو ايه? للخمس. يعني لو كان مية في المية? هيبقى عشرين في المية. اسمت على الخمسة على طول. فحبص بالاجابات هلاقي عندي عشرين في المية اخر اختيار. تخيل انا اصلا فكرت في المسألة بالشكل ده. وصلت للاجابة فعلا وضعت مية عشرين في المية. وروحت اخترتها واختشبت ان انا كلام اخترت غلط. ليه? مقاريتش السؤال صح. هو قال لك فان الطول الموجه هيقلت دي ايه? ولا قال لك نسبة التغير رد ايه? عايز نسبة التغير. هو كم مية في المية? وبقى كم في المية? عشرين في المية. هو بيسألك بقى تغير رد ايه? حتقول له تغير تمانين في المية. تغير بنسبة تمانين في المية. فالصح ان انا اختار اول اختيار. طبعا مسألة ايه? قوية وفيها طبعا فكرة جميل. سؤال تاني افسد ده منه شوية بيقول لك انا ازا تم تعجيل الالكترون بفرق جهد. ستة في عشرة قصة ثلاثة فولت ده كان فرق الجهد. يا ضرط طول الموجي المصاحب لحركة الالكترون ده حيباب كام? احط القانونة باشا. الطول الموجي بيساوي. المصاحب لحركة الالكترون بيساوي اتش على ام في. خلاص اميسك. انت بتلي اتش سابت. وكتلة الالكترون سابت. والفي معايا. لا يا حبيبي الفين اللي هنا سرعة. لما الفين اللي هناك فرق ايه? جهد في خلي بالك. ايه بيبقى انا محتاجة اعمل ايه? اشيلي السرعة واقعد عنها. فاكن لما قطي لك السرعة بتسوي جازر اتنين اي في على ام. تمام كده? يلا بيناقوا هتودي الام مع الام ها? دي تحت الجازر. غلط. يلا هتعود بقى زي ما هي كده يلا. السابت اللي هو الاتش سبتة علامة سبتة اتنين خمسة في عشرة قصة ثلاثة اربعة وثلاثين. الام اللي لها كتلة الالكترون. تسعة واحد في عشرة قصة سالب واحد وتلاثين. في جازر. اتنين اي لها شحنة الالكترون. في الفي لها فرق الجهد لها ستة في عشرة قصة ثلاثة. على الام اللي هي تسعة برضو واحد من عشرة. في عشرة قصة سالب واحد وتلاثين. ولو قطي لك بالاول ان هي سهلة فانا هيسة معلش. يعني جلت مني. طبعا هي محتاجة ربعا نتعويض والن نحن نفك بس قانون الصرعة وبعد كده نعوض بالارقام. هيطلع معاك بقية بالكلام ده حليقة. هيطلع معاك الكلام ده. او طول بنوجه بالمتر. هو عايزة بالان جسUT روم. تمام? عايزة بالان جسرو عشان احولها من متر العاصرة من متر بتقسم على عشرة قص سالب عشرة. بتقسم على عشرة قص سالب عشرة. تم تقسم ان شاء الله على عشرة سالب عشرة. يطلع معاك الاجابة. الاولى اللي هي ستاشر من مية انجسروم. ستاشر من مية انجسروم. تمام? ده كان اخذ طبعا مسالة عندنا في الفصل الخامس. ندخل بعد كده مع بعضنا على الفصل السادس. بيتكلم عليه الفصل? بيتكلم على حاجة اسمها الاطياف الزرية. الاطياف الزرية او الطيف الزرية. في البداية عرفنا الفصلة اساسا يعني ايه زرة? وبعد كده بقى نتكلم على الطيف بتاع الزرة. بالنسبة اولا كده للزرة طبعا الزرة تعريفها هي اصغر وحدة بنائية في المادة. عاملة كده زي العمارة. بتبانى من ايه? من توبة صح? مجموعة اه اه احجار او مجموعة توب بيتبانى منها العمارة. اهي الطوبة دي تعطيبها الوحدة بنائية بتاعة العمارة. نفس الكلام اي مادة في الدنيا بتتكون من مجموعة الزرات. هي الوحدة البنائية تحت المادة. واصغر جزء في المادة طبعا هو الزرة. وقال لك هو جزء لا يقبل التقسيم. يعني ما ينفعش ان انت الجزء اصغر من كده لان هو اعتبر اصغر حاجة. الزرة طبعا لها وصف او كتير او يحابوا ان هم او حاول ان هم يوصفوا الزرة. ولكن احنا بديتكلم كلام علمي. ما نجعله طبعا بوصف الفلسيفة لها. احنا بديتكلم كلام علمي. في عندنا علماء كتير او وصفوا الزرة. وطبعا وصفهم وصفها بشكل غلط. وكان في عندهم حاجات صح بس بالغالب كان عندهم افترضات غلط. اعتبر اكتر الناس اللي وصفت الزرة بشكل يعني نوعا ما. اه دقيق مسلا واحد زي رازرفورد. رازرفورد شابه الزرة ايه? المجموعة الشمسية. فعمل ايه الراجل? الراجل قالك الزرة تشبه في التكوين بتاعها المجموعة الشمسية. زي ما انت عندك المجموعة الشمسية مسلا بيبقى عندك الشمس وحوالين منها الكواكب نفس الكلام. الزرة عندنا بتتكون من نواة تدور حولها الالكترونات. يبقى رقم واحد يوجد في مركز الزرة ايه? نواة مجابة الشحنة. نواة مجابة الشحنة. يبقى النقطة اللي في النص دي تعتبر ايه? النواة. وشحنتها مجابة. تدور حولها الالكترونات تدور حولها الالكترونات في مدارات. اسمها ايه عام من المدارات دي? قالك اسمها اغلفة. في الكلمة بنقول عليها مستويات طاقة. الاتنين واحد تمام كده? يبقى تدور حولها الالكترونات في مدارات وسمى اغلفة او مستويات الطاقة. تلاتة قالك الزرة متعدلة كهربية لان عدد الشحنات المجابعة قد عدد الشحنات السليمة. ده نموذج رازرفورد. كلام صحيح كلام سليم. بدأ بعد كده يبني عليه. يعتبر بقى اهم عالم في الفصل بور. بدأ يبني الفروض بتاعته على فروض رازرفورد. وبدأ ان هو يكمل عليها. رازرفورد او بور قالك هزوت بقى عندي كمان. قالك كمان احنا نقدر نطبق قوانين القوى القهربية وقوانين القوى الحركية. على الزرة. يعني ايه? قوانين القوى الحركية المقصوب بها قوانين وخاصة قانون الجزب العام. وده قانون تقاط بكده في قولة سنوي. قوانين القوى القهربية المقصوب بها قوانين كلهم اللي اتنين خلي بالك متشابهين قوي. يعني قانون الجذب العام وكلام ده مش عليك. كان في قولة سانو باستحلمش علينا. كان بيقولك ان الاف بتساوي جي في ام واحد في ام اتنين على ار تربية. الجي هنا كان رقم ثابت. والام واحد وام اتنين كتلة الجسمين. على ار تربية. طيب. قانون كلوم برضو مش علي. اف بتساوي في كيو واحد كيو اتنين على ار تربية. والكي هنا برضو ثابت. والكيو واحد وكيو اتنين شحنة الجسمين. الفكرة شباب ان في قوة حركية بنسميها قوة التجازب المادي ما بين الالكترون وما بين النواة. باعتبرهم اجسام نيوتن كان قيل في القانون ده ان اي جسمين في الدنيا في ما بينهم بين بعضهم قوة تجازب. فبما ان الالكترون جسم عنده كتلة والنواة نفس الكلام برضو ففي ما بينهم قوة تجازب فينفع نطبع عليهم قانون نيوتن. وبما انهم مشحونين النواة مجابة والالكترون شحنته سالبة. فبما بينهم قوة كهربية. قوة تجازب كهربية ممكن نطبع عليها قانون كلهم. طبعا الكلام ده موجودة عندك في الكتاب. اه كنص كلا صوير اللي هو يمكن تطبيق قوانين القوة الحركية ما بين قوسين نيوتن والكهربية ما بين قوسين كلهم في مجال الزر. ده اللي موجودة عندك. انما كتفسير طبعا مش مطالب بالتفسير بس هلحة بتعرفك المقصوب بالكلام ده. خلاص ده اول فرض كلا من فروض بور وده فرض نظر. ندخل بقى على فروض اللي فيها القوانين. رقم اتنين بور قال لك ايه كمان? قال لك ممكن احسب نص كتر المدار اللي بيدور في الالكتروب. حوالين النواة من العلاقة. ان لامضة بتساوي تو بايار. ان لامضة بتساوي تو بايار. ان ده رقم المستوى. ما انت عندك مستويات حوالين النواة? اول تاني تارت لحد المستوى السابق. ممكن برضو نقول ان ان ده هو عدد الموجات. طب انا ازاي مصر اجيب عدد الموجات اللي بيعملها الالكترون في المدار بتاعه. عدد الموجات ممكن تجيبه من على الرأس ما زي ما انت شايف تعد الموجات كل موقع موجة واحدة واكذا. بس الاسهل عدد الموجات ده تجيبه ازاي? قالك تقسم القطاعات على الاتنين. القطاعات دي. القطاعات اللي هي الدوائر اللي قدام منك دي. تعدها وتقسمها على الاتنين. يبقى انت عندك هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. لما يتقسموا على الاتنين فيها كام فيها التلاتة. وفعلا هنا ان بتلاتة. وهكذا تعد هنا الدوائر واحد اتنين تلاتة اربعة لحد ايه? هتلاقيهم عشرة على الاتنين فيها الكام فيها الخمسة. يبقى ان هو رقم المستوى. او رطبة المستوى او عدد الموجات اللي ايه الموقوفة. اللامضة اللي هو الطول الموجود. المصاحب لحركة الالكترون. والار طبعا هو نص ايه الكتر. هو نص الكتر. ابقى ممكن من هنا نقول ان الار بتساوي. ان رمضة على ممكن نقول كده. ان رمضة على كمان قال لك ممكن تحسب او ممكن احسب طاقة المستوى في زرعة الهيدروجين من العلاقة طاقة المستوى الواحد بتساوي سالب تلاتاشر وستة من عشرة على ان تربية. الان احنا قلنا رقم المستوى. والطاقة دي الكام يا عام قال لك بواحدة الالكترون فولد. بواحدة الالكترون فولد. طاقة المستوى بالالكترون فولد. يعني خدها مني نصيحة يفضل تحفظ طاقة المستوى بتاعة زرعة الهيدروجين هتفرق معك كتير جدا في الحلة. هتوفر عليك وقت كبير جدا وانت شغال وبتحل المساء. هكتبلك عن متى تحفظها. طاقة المستوى الاول. التاني. تالت. وطاقة الرابع وطاقة الخامس. زود هناك كده طاقة السادس. وبعد كده بقى ايه مش بنقول السابع بنقول المالة نهاية. طاقة المستوى المالة نهاية. طاقة الاول بسالب تلاتاشر وستة من عشرة. التاني سالب تلاتة واربعة من عشرة. تالت سالب واحد واحد وخمسين من مية. اللي بعده سالب خمسة وتمانين من مية. الخامس سالب خمسمية اربعة واربعين من الف او عايز تقول سالب اربعة وخمسين من مية ماشي. بس الافضل تحفظها بالرقم ده. السادس سالب تمانية وتلاتين من مية. لو تلاحز الطاقة عمالة كل ما ده بتزيد خلي بالك. السالب تلاتاشر بقى السالب تلاتة. فكده زيادة تخلي بالك. كل ما الرقم بيقل هو سالب بيبقى قيمته اكبر. بعد كده بقى السالب واحد ونص سالب خمسة وكزا. بتزيد لحد ما توصل لاكبر حاجة اللي هي الصفر. طاقة المالة نهاية تعتبر اكبر حاجة اللي هي الصفر. خلاس. فالافضل تبحافظ طاقة المستوى. بحنا قلنا ممكن نجيب نص كتر المدار من العلاقة ون رمضة بالساوي تو باي ار. وممكن نجيب طاقة المستوى من العلاقة سالب تلاتاشر وستة من عشرة على الن تربية او نحفظها زي ما احنا ايه كتبناها كده مع بعض على الشاشة. الجزء اللي بعد كده بدأ الراجل يتكلم على الطيف بتاع زررة الهيدروجين. قال لكم الله ايو انا بحلل زررة الهيدروجين اكتشفت حاجة. اكتشفت ان احنا لما بنعمل اصارة لزرات الهيدروجين. تطلع المستوى الاعلى. وبعد كده وهي راجعة بتطلع طاقة. الطاقة اللي طلعت من زررة الهيدروجين او من اصارة زرات الهيدروجين دي. لقيت ان هي بتختلف عن بعضها في الحيز او النطاق بتاعها. يعني لقيت مسلا في انتقالات بتحصل بتديني مسلا اشعة تمام فوق بها نفسي جاية. يعني الطاقة بتاعتها بتبقى في حيز الايه لاشعة فوق بها نفسي جاية. في مسلا اشعة تاني يحصل فيديني طاقة طاقة دي تبعة الضوء المرقي. لاشعة تحت الحمراء وهكذا. فسماها متسلسلات زرات الهيدروجين. وهم خمس مجاميع او خمس متسلسلات. ليمن بلمر باشن براكت وفوند. ليمن بتنتج من ايه? قال لك بتنتج من عودة زرة او من عودة الكترون. من المستويات اللي فوق اللي هي العليا? للمستوى الاول. يبقى اي فطون او اي ناسك الكترون جاي من المستوى اللي فوق وللاول يبدأ طبعا مجموعة اسمها مجموعة ليمن. مجموعة ليمن دي بتتميز بان هي اعلى الموجات او اعلى الاشعاعات من حيز الطاقة. وبطاقع فيه الاشعاء فوق بنفس جاي. بلمر امتى يحصل عندي اه اشعاع او انبعاث تبع بلمر. قال لك لما بيرجع الكترون من المستوى العليا للمستوى التاني. لو رجع للمستوى التاني في الحالة دي بيعمل مجموعة بلمر او بيكون طبع مجموعة بلمر. والاشعاع بتاعها بيكون في نطاق الاشعة المرقية او دول مرق. باقي الاشعاعات كلها في الاشعة تاعت الحمراء سواء باشن او براكت او فند. باشن بتحصل لما بترجع الكترون او بينطق الالكترون من المستوى اللي فوق للمستوى التالت براكت لو رجع على الرابع فند لو رجع على الخامس. طيب ازاي نحسب? طب احنا قلنا هنا اعلى طاقة. اه وبالتالي اعلى تردد وقل تلموجي وهناك طبعا العكس. هناك اقل طاقة او اقل تردد وبالتالي اكبر تلموجي. ازاي نحسب بقى اكبر طاقة مسلا في مجموعة ليمن? واقل طاقة. يعني لاحظ مسلا انت عندك فيه الالكترون جاي من المستوى اللي فوقه خالص للاول. وفيه اللي جاي من التاني للاول. فاكيد طاقة ده ازاي ده? اكيد ده طاقته اكبر. في بالمر نفس الكلام فيه اللي جاي من المالة نهاية للاول. للتاني ازاي. وفيه اللي جاي من التالت للتاني. اكيد طاقت ده ازاي ده? ازاي ان نجيب اكبر طاقة في اي مجموعة? واقل طاقة في اي مجموعة? تعال نشوف. اولا احنا قلنا عشان نجيب طاقة المستوى نفسه بنعيد القانون تاني فطاقة المستوى بساوي سالب تلاتاشر وستة عمال عشرة على ان تربيع. لو عايز تجيب اكبر طاقة او فرق الطاقة بشكل عام بتطرح طاقة المستوى الاكبر من الاقل. نص الكتر احنا قلنا ان لامضة على تو باي. وكمان لو ما ادكش في المسألة لامضة. وادلك بدلها السرعة. يعني بدل ما ادي لك التون الموجي ادي لك سرعته. بنقول ساعتها ان اتش على تو باي ام في. ان اتش على تو باي في في الفينة اللي هي السرعة. ده القانون بيربط ما بين نص الكتر وسرعة الالكترون. عايز تجيب اقل طاقة اقل طاقة. او اقل طاقة او اكبر تو الموجي. قال لك انا عايز اقل طاقة. او اقل طاقة او اكبر تو الموجي. تعمل ايه? تجيب اقل طاقة ازاي? تطرح طاقة المستوى اللي هو هيقوله لك من اللي فوق منه على طول. يعني قال لك انا عايز مسلا اقل طاقة في مجموعة بالمر. بالمر انت عارف ان هي المجموعة التالية? عايز تجيب اقل طاقة في المجموعة التالية? تطرحها من اللي اعلى منها. يعني تطرح ايه ناقص اي اتنين. بلاش? عايز اقل طاقة في فند. فند يجيب مجموعة الخمسة. اقل طاقة في فند انك تطرح طاقة المستوى الخامس من اللي اعلى منه اللي هو السادس يعني اي ستة ناقص اي خمسة. كده انت بتجيب اقل طاقة تقدر منها تجيب اقل تردد واكبر تلموت. طب امسا لو انا عايز اجيب اكبر طاقة اعمل ايه? قالك تطرح طاقة المال نهاية. لها صفر يعني من طاقة المستوى. بمعنى صح اكبر طاقة بيساوي طاقة المستوى بالموجب. يعني ايه? عايز اكبر طاقة في ليمن. ليمن المجموعة الاولى. المجموعة الاولى او المستوى الاول طاقته كان بسالب تلتاشر وستة من عشر. تحطها بالموجب. تمام? يعني اكبر فرق طاقة. في مجموعة ليمن بيساوي موجب تلتاشر وزيط. طيب اكبر فرق طاقة في مجموعة مسلا اه باشن. باشن دي لها التالتة. الطاقة بتاعت المستوى التالت كانت سالب واحد واحد وخمسين من مية. يبقى اكبر فرق طاقة هيساوي واحد واحد وخمسين من مية اللي هي بالموجب. من اكبر طاقة تقدر تجيب اكبر تردد او اقل طول موجي بمجرد بس انك تساوي الطاقة بـ H&U او HSC على اللمضة. يبقى لو احنا عايزين نجيب اكبر فرق طاقة هنقول ايه ما ناسيه المستوى. ولو انت عايز تجيب اه وبالتالي تقدر تجيب منها اكبر طردد ازي ما قلنا او اقل طول موجي. لو عايز تجيب العكس بقى اقل طاقة في مجموعة او في اي مجموعة من مجموعة الهيدروجين بتدرح طاقة المستوى بتلك من المستوى اللي اعلى منه على طاقة. عبدالله هنا سؤال بيقول لك زرة هيدروجين في المستوى الارضي الذي طاقته سالب تلاتاشر وستة من العشرة طبعا هنا بيتكلم على المستوى الاول. وصيرت بواسطة الفوتون. الفوتون ده طول الموجي بيساوي الف متين وتمنتاشر انجلسروم. طبعا اولا نخلي بالك ان هو هنا ادي لك اللمضة. وبالانجلسروم فلازم تحولها للمتر. ازاي? قال لك بتضربها في عشرة افصال بعشرة. فعايزين نعرف الفوتون ده لما يسقط على الظرة. الظرة هيحصل لها اصارة لاني مستوى. وهي رجع هتعمل لك كم من بعض. ده السؤال. طيب. اولا لازم تفهم نقطة مهمة قوي. ان لو فيه زرة زرة في مستوى معين. سقط عليها فوتون. عشان يحصل لها اصارة. لازم تبقى طاقة الفوتون بتساوي الفرق بين طاقة المستويين. المستوى اللي هي فيها. والمستوى اللي هي تطلع له. يبقى تاني عشان يحصل اصارة. ايه هو شرط الاصارة? ان يكون طاقة الفوتون بتساوي الفرق بين طاقة المستويين. المستوى اللي هي فيه المستوى اللي اعلى. يبقى انا من هنا حبني الحل بتاعي. هقول له ازان ايه فوتون? بتساوي الفرق بين طاقة المستويين. المستوى اللي هي هتطلع له اللي انا معرفش هو ال اي واحد لان انا مش عارف هيحصل له اصار ال اي مستوى. ناقص المستوى اللي هي فيه. هي في المستوى الكام يعني الاول. يعني ناقص اي واحد. طيب. طاقة الفطون اجيبها ازاي? انا معي الطول الموجي. فاشالا احطي بدلها ايه? على لمضة. السبب اللي هو ال اتش انا باعود على طول بقى بالاركام. في سي اللي تلتة في عشرة قص تمانية اللي هي سرعة الدوق على اللفظة اللي هي اتناشر تمانتاشر. فعشرة قص سالب عشر. الكلام ده بيسوي الفرق بيه انطاقة المستوى اللي انا معرفش انه واحد. ناقص طاقة الاول طاقة الاول اللي هي سالب تلاتاشر وستة. فسالب وسالب هتبقى موجب تلاتاشر وستة امان عشر. فيه بس تعليل صغيور انطاقة المستويات بتكون دايما بالالكترون فولت. حتى وم ادي لك هنا بالالكترون فولت. فلازم حضرتك تضربها في واحد وستة من عشرة. في عشرة اسسالب تسعتاشر. نصر هنحعمل يدي الوقت. بص يا حبيبي هتحسب ده على القرى بتاعتك اللي على الشمال ده. واللي هيطلع تعمل شرط الكسر. تكتب الرقم انطلع لك هنا فوق. وتحت تقسم على شحنة الالكترون واحد وستة من عشرة في عشرة اسسالب تسعتاشر. تمام كده? الحل اللي هيطلع لك ودي بس التلاتاشر وستة من عشرة بعكس الاشارة يعني وديها بالطرح. يعني اللي هيطلع قول مائس تلاتاشر وستة من عشرة. فحيطلع معاك. الاجابة سالب تلاتة واربعة من عشرة. تمام? تحديدا لما تحسب ده وتقسمه على ده هيطلع لك عشرة واتنين من عشرة. ودي بقى التلاتاشر وستة بعكس الاشارة يعني عشرة واتنين من عشرة. انه هو السلاتاشر وستة هيطلع معاك. سالب تلاتة واربعة من عشرة. سالب تلاتة واربعة من عشرة. لو انا حافز الطاقة دي بتاعت اني مستوى انا بالنسبة رايحة نفسي. لان انت لو مش حافز لطاقة اني مستوى هتضطر يتاخد الطاقة دي تسويها بسالب تراتاة عشر وستة اممان عشرة على ان تربيه عشان تجيب الان. انما لو انت حافز هتبع عارف ان دي طاقة المستوى التاني. فبالتالي اجابتك هتبقى مليون في المية ان شاء الله يا امه الاولى امه التانية. طب انت لو عندك مستويين. هيحصل بينهم كم انتقال? هو انتقال واحد. انما لو عندك اكتر من مستويين هيبقى عندك اكتر من انتقال. فطبعا هنا عدد الانتقالات هتبقى ايه? واحد. فبالتالي الصح هاختار بهم. الشكل المقابل بيبين موجة موقفة مصاعدة على حركة الكترون في زرة الالجين في احد المستويات. طبعا المستوى ده كم? تعالوا كده اولا نحدد دقاني مستوى. هتعد القطاعات عالتانية اربع دوائر على الاتنين في الاتنين. دي اول نقطة. فازا كان نص الكتر اللي هو الار بيساوي اتنين وتلاتاشر من مية. فعشرة قس سالة بعشرة. متر. عايز سرعة الالكترون. عايز الفي. طيب. احنا قلنا ار بتساوي. ان لامضة على تو باي. طب ويف ده مصر معيش اللامضة? فقلنا هيديني السرعة في الحالة دي. في الحالة دي القانون بتاعي. هيبقى ان. في اتش. على تو باي. في ام في في وفي هنا اللي هي السرعة. على تو باي ام في. ان احنا قلنا باتنين. والاتش اللي هو سابت بلانك. على اتنين باي في الام اللي هي كتلة الالكترون ده سابت تسعة واحد من عشرة في عشرة. قصة سالة بواحد تلاتين. في السرعة اللي هو مدي هالي. او هو انا مدي لي نص الكتب. ده هو انا عايز السرعة عايز الفي. طيب لو كنت ختم عليه كنت ممكن أبدل السرعة مع العار يعني كنت ممكن ابدل ال v مع العار كان يبقى أحسن بس ماشي. العار هو مديالك باتنين وتلاتاشر في عشرة قصة سالة بعشرة. تمام? المجهولة عندك هنا ال v هتعمل طرفين باصلين. يعني هتمسك الاقة تدرب ده في ده. تعمل شرط كسر تدرب واحد في الرقم ده. على الطرف التاني هو اتنين وتلاتاشر في عشرة سالة بعشرة حدربها في الاتنين باي في تسعة واحد فعشرة سالب واحد تلاتين. على الايرة بتاعتي طبعا هكتبها عم المؤسط ده في ده. على دف ده. يطلع بازن الله. اللي جابة واحد وتسعة ممية فعشرة قسو ستة متر على السليم. الشكل المقابل يمثل عدة انتقالات. عندك اربع انتقالات. اه اي العبارات غير صحيح. يعني كلهم صح معادة واحدة غلط. خلي بالك انا بيتكلم على العبارة غير صحيحة. كله صح معادة واحدة غلط. الانتقال بي بي. يعطي طيب في منطقة الاشعة تحت الحمراء. تعالى نرجع مع بعض. عشان يبقى تحت حمراء لازم يكون تبع باشن او براكت او فند. دون اللي كانوا اشعة تحت حمراء. باشن يبقى لازم الانتقال ده يكون عبارة عن زرة جاي من المستوى فوق للتالت. براكت يعني جاي من فوق للرابع. فند جاي من فوق للخامسة. طبعا انت عندك انا ده المستوى الاول. التاني التالت الرابع. بي جاي من المستوى الرابع للتالت. التالت يعني طبعا مجموع بباشن. لما بالتالي فعلا اشياء تحت حمراء. طيب سي اقل طول موجي. اقل طول موجي يعني اكبر طاقة. هل سي اكبر طاقة? هتلاقي فعلا سي هو اكبر فرق طاقة في الانتقالات كلها فدي برضو صح. طيب دي اعلى تردد. اعلى تردد يعني اكبر طاقة. طبعا ما ينفعش لان احنا لسه قليم شوية ان سي هو اكبر طاقة. ازا دي عبارة عطول غلط من غير ما كمل باقي الاختراف. طبعا عندك يقول لك ايه? ضوء مرقي فلازم يكون صح. هتلاقي ان ايه جاي من المستويات اللي فوق رايح للمستوى الكام التاني. والتاني يعني بالمر. والمر فعلا ضوء مرق. عند انتقال الالكترون في صارة الهيدروجين من المستوى او. او ده اللي هو كام. الام ان او. يبقى ده المستوى الخامس. اللي تقطب الساوي الكلام ده. واحنا حفظينا بقى المفروض. الى المستوى ايه من اللي هو التاني اللي تقطب الساوي الكلام ده. هينبعث فوتون كتلته بالساوي ايه? احنا قلنا كتلة الفوتون? او طاقة الفوتون هلازم بالساوي الفرق بين طاقة المستوى ايه? هطرح طاقة الفوق ناقس اللي تحت. الاعلى ناقس اللي اصغر يعني. طاقة ده. سالب خمسمائة اربعة اربعين من الف. ناقس. التاني يعني ناقس سالب فهتبقى زائد بقى. واحد واحد وخمسين من مية. دي كده طاقة المين? الفوتون. طبعا انا هحسبها لك. طاقة الفوتون دي هو عايز كتلته. الكتلة بتساوي الايه على السيه تربية. ارجع انا بقى القوانين بتاعة الكتلة بتاعة الفوتون كانت ايه على سيه تربية. يبقى انا هحسب الطاقة دي واقسمها على تلاتة فعشرة قصة تمانية لها سيه تربية. طب الفرق يبقى ما بين دول بكام? هتحسبها على القلة بتاعتك تيبي الفرق هيطلع طريبا اه اقل من واحد بحاجات بسيطة. طبعا هيطلع اقل من واحد بحاجات بسيطة. اللي هيطلع طبعا ده فرق الطاقة بالالكترون فولت. فلازم اخد الرقم اللي هيطلع من هنا اضربه في واحد وستة امان عشرة في عشرة قصة سالب تسعة عشرة. شوف فرق الطاقة دي ايه? واضربه في شاحنة الالكترون على السيه تربية. يطلع لك الكتلة ان شاء الله. وهيطلع الحل اول اختيار واحد وسبعة فعشرة سالب واحد وتلاتين كيلو جرام. الجزء اللي كان بيكلم على الاطياف الزرية وبيكلمك على انواع الاطياف. عرفنا هنا شباب ان احنا عندنا الطيف بتقسم ليه انواع? عندك طيف مستمر وطيف خطي وطيف حاجة اسمها طيف الامتصاص. صرت انواع من الطيف? هنتكلم عنهم بس الاول نعرف احنا بنشوف ازاي الطيف ده او ايه اللي بيحلل الطيف بمعنى صح? جهاز كان اسمه المتياط. جهاز المتياط. اولا اه من جزء بيستخداد في تحليل ضوء المرئي. لمكوناتهم مرئية ورغ różnych مرئي. او ضوء ابيض لمكونات المرئية وغınız مرئية. بتاستخدم كمال المتياط عشان نيعرف مكونات الغازات. يعني بنقدر من خلال نعرف او مكونات النجوم او الغازات الموجودة داخل النجوم. نقدر مسلا نعرف الغلاف الشمس ده بيتكاون من ايه? عرفنا من خلال تحليل ضوء بتاع الشمس ايه هو نوع الغلاف بتاعها? وعرفنا انوا وهيليم وهيدروجين طبعا. نقدر نعرف بقى اي كوكب او اي نجب الغلاف اللي هو متحوط به عبارة عن انهي غازين بالزبط او اي غازات بمعنى صح بالزبط. بيستخدم فيه اولا تحليل الدو. بيستخدم كمان زي ما قلنا فيه معرفة مكونات النجوم. وما بيها من غازات. وكمان درجة الحرارة بتاعتها نقدر ان احنا نعرفها بالمتيور. اه التكوين طبعا بتاعه بيكون عبارة طبعا عن اه مصدر دو بنجيب مصدر دو طبعا اه ابيض. المصدر دو ده اما في النهو بيسقط على نشوف بس الرسمة كانت تعيتنا بيسقط على حاجز ليه فتحة مستطيلة. وبعد كده بيسقط على المجمع. المجمع ده عبارة عن عدسة محدبة. بتجمع الاشياء الضوائية لان الدو طبعا الابيض بيبقى اشياءته مشتتة. فبيتجمعها المجمع اللي هو العدسة المحدبة. وبعد كده بيسقط الدوء على منشور سلاسي لازم منشور ده يكون في وضع نهاية صغرى للانحراف. دي اهم النقاط خلي بالك هنا. لازم المنشور يكون في وضع نهاية صغرى للانحراف. موضوع على مندادة قابلة للدوران. بيبدأ الدوء ان هو يتحلل لالوان مختلفة وليكن هنا الدوء ده تحلل للونين اللي هم الاحمر وبنفسجي. بيسقطوا على العدسة الشيئية. تعملي العدسة الشيئية. قالك بتجمع كل حزمة من الالوان المتشابهة في بقرة واحدة. يعني تاخد الخط الاحمر اللي فوق واللي تحت تجمع عملك مع بعض. والبنفسجي اللي فوق واللي تحت تجمع عملك برضو مع بعض. يبقى تعملها تجميع كل حزمة من الالوان المتشابهة في بقرة خاصة بها عند العدسة ايه العينية? عند العدسة الايه? العينية. ده تكوين او تركيب الجهاز. عينك بقى هتشوف ايه? هتشوف شكل الطيف اللي هينطق. لما ليجي بقى تشوف الطيف اللي بينطق. هتلاقي ايه قالك هتلاقي عندك تلات انواع من الطيف. عندك حاجة اسمها طيف الانبعاث. وده بيتقسم لنوعين مستمر وخطي وعندك حاجة اسمها طيف الامتصاصر خطي. امتى الطيف يكون انبعاث مستمر? قالك والله الطيف الانبعاث المستمر ده بينتج من حاجات معينة زي ايه? زي لما بتحلل الدوق الابيض او بتحلل الدوق بتاع جسم ساخد او جسم اسود. يبينتك من تحليل دوق ابيض او جسم اسود او كمان جسم ايه ساخد. لو اخدت اي جسم من الاجسام دي وحللت الدوق بتاعها هتلاقي ان هو بيحتوي على مجموعة الوان متصلة وورا بعضها. يعني ايه? يعني هتلاقي مسلا اه واحنا بالحلل مسلا دوق ابيض بالشكل ده هتلاقي عندك سبع الوان هم الوان الطيف وورا بعضها. احمر برتقالي اصفر اخضر واحد كزا. ممكن تحلل مسلا. الدوق مسلا اللي ناتج من اه جسم مسلا ساخد. وليكن مسلا اه فتيلة مسلا مصباحة. مش شرط يكون ابيض. اي مصباح مسلا اصفر مسلا. او مسلا الدوق بتاع الشمس. جسم ساخن برضا. حللنا الدوق بتاعها هتلاقي مهم ان انت عندك الوان وورا بعضها. يعني مسلا هتلاقي احمر برتقالي اصفر. انما ما ينفعش هلاقي احمر وبعد كده اصفر. طب والبرتقالي مش موجود. غلط ما ينفعش. لازم تبع الوان كلها وورا بعضها مترتبة وورا بعضها. احمر برتقالي اصفر اخضر. ما ينفعش هلاقي احمر برتقالي اخضر من غير الاصفر. تمام? بتبقى الوان كلها متصلة يعني مترتبة وورا بعضها. طيب النوع التاني اللي هو طيف الانبعاث الخاطي. طيف الانبعاث الخاطي ده عبارة عن ايه? اه لك هو عبارة عن طيب. بينتج عنه بعض الالوان او بعض الاطوال الموجية. يعني مش بنلاق كله. لا بنلاقى ممكن لون او لونين. في الغالب بيطلع من ايه الطيف ده? بيطلع من اصارة زرات منفصلة عن بعضها او غازات. لو جبنا غازات او ابخرة او زرات منفصلة او ممكن يقول لك مكمة مكمة يعني مفصل. جبنا مجموعة الزرات عملنا له اصارة او جبنا غاز عملنا له اصارة. ايه اللي هيحصل? قال لك هيطلع للمستوى الاعلى وبعد كده هيرجع يشاع طاقة. الطاقة اللي هتطلع منه دي طاقة محددة. فبيكون لها اطوال معينة او اطوال محددة. وبالتالي الوان اطوال موجية اصد يعني محددة وبالتالي الوان محددة. فمسلا ده عبارة عن غاز. لما جينا نحلل الدوق بتاعه او الطيف بتاعه لان ان هو مسلا بيدي تلات الوان احمر واخدر وفي نفسك. مسلا. طيب فين البرتقالي وفين الاصفر? وفين الازرق? مش موجودين. ليه? لان الطيف بتاعه مش مستمر. مش شرط يكون كل الالوان موجودة. بعض الالوان بس بيكون موجودة والباقي طبعا بيكون مختلفة. طبعا ده بيزهر على عقيد خطوط ملونة على خلفية زي ما انت شايف معتمة. النوع التالت هو طيف الامتصاص الخطي. ده بيحصل انت قالك لما بنجيب ضوء ابيض نعديه على غاز. لو جيبنا ضوء ابيض. وخلنا يمر على غاز. ايه اللي بيحصل? قالك هنا والله الغاز بيمتص الطيف. بيمتص الطيف. المميز له. يعني مسلا لو كان الغاز مسلا وليكن. الاولين ده كان بيشاع ايه? احمر واخدر. وبنفسيج. لو جبنا الغاز زاعدين عليه ضوء ابيض. هيمتص الاحمر والاخدر وبنفسيج. فيظهر عندك على الشاشة الالوان كلها معدل احمر والاخدر وبنفسيج. يبقى انا بيحصل ايه? قالك بيحصل اختفاء لبعض الاطوال الموجية او لبعض الالوان. نتيجة ايه? نتيجة امتصاص الغاز للطيف المميز له. يبقى امتى يحصل طيف امتصاص? قالك والله لو عدى. لو عدى على الغاز ضوء ابيض. عدى على الغاز ايه? ضوء ابيض. هيحصل ايه? قال لك هيمتص بعض الالوان اللي هي الطيف المميز بتاعه. اللي هو الطيف المميز ايه بتاعه? بتظهر على هيئة خطوط سودة او خطوط معتمة على خلفية ملورة. خلي بالك في عندك عائلة باسمه فرن هوبر. العالم ده قدر يعرف تكوين الغلاف الشمسي. لما جاي حل للدوب بتاع الشمس. لأ ان الدوب بتاع الشمس يا شباب. اه اه شبيه بالزبط ليه? او الطيف بتاع الشمس شبيه بالزبط ليه? الطيف بتاع غازين. الهيليم والهايدروجين. فقدر يعرف ان مكونات الغلاف الشمسي هو الهيليم والهايدروجين. الجزء اللي بقى كده كان بيكلم على الاشعة السينية او اشعة اكس. اولا الاشعة السينية عايزين نعرف تعريفها ايه? بلما نعرف ازاي بنحصل عليها. تعريف الاشاعة السنية هي عبارة عن موجات كهروميغنطيسيه زات طاقة عالية. طولها الموجي قصير جدا. طولها الموجي قصير جدا. بيتروح من عشرة استسالب تلتاشر لعشرة استسالب تمانئة متر. تمام كده? تقع بين الاشاعة فوق بنفسكية واشاعة جامع. يبقى هي عبارة عن موجات كهروميغنطيسيه زات طاقة عالية طول موجي قصير تقع بين الاشاعة الصينية تقع بين الاشاعة فوق بنفسكية واشاعة جامع. الاشاعة الصينية دي بنعمل بها ايه? قال لك تستخدم فيه كشف عن اه العيوب الصناعية. تستخدم فيه الطب عن طريق كشف على كسور العظام. تمام? بتدخل فيه تركيب او اه او دراسة التركيب البلوري للبلورات. طيب الاشاعة الصينية دي بنحصل عليها ازاي? قال لك والله بنولدها او بنحصل عليها باستخدام حاجة اسمها انبوبة كوليج. انبوبة كوليج دي عبارة عن ايه? عبارة عن انبوبة زي ما انت شايف زجاجية مفرغة من الهواء يعني مفاش هوا. الانبوبة دي بيتوصل معاها في تيلة. دي مصدر حرارة. والكترونات في نفس الوقت. فوق عندك هنا الانود. وده بيبقى عبارة عن سلك من النحاس. سلك رفيع من النحاس. عندك انا حاجة اسمها ريش التبريد. ووظيفيتها ان هي اتبرد الانبوبة لان هي بترتفع حلواتها بشكل مبالغ فيه. شكل كبير جدا. كمان عندك هنا مصدر جهد عالي. مصدر جهد عالي. يعني الجهد بتاعي بيكون عالي جدا. اعلى من الجهد بتاع ايه? بتاع الفيتيلة. وهقول لك في يدته ايه? وايه بنستخدم عنصر معين بحيس نحصل منه على الاشعة الصينية بنسميه الهدف. والهدف ده في الغالب بيكون مصنوع من التنجستين. في الغالب بيكون مصنوع من التنجستين. طيب الفكرة هنا ايه? قال لك والله لما بنسخن الفيتيلة بتبتجي الالكترونات تكتسب الطاقة الحرارية فيبدأ الالكترون من دول ينبعث. طيب الالكترونات المنبعثة دي. بيحصل لها ايه? بعد كلا الخطوة اللي بعد كلا اللي بيحصل لها. اللي بتكتسب من مصدر الجهد الخارجي ده. مصدر الجهد العالي ده بتكتسب منه طاقة حرقية. تكتسب طاقة ايه? حرقية. فتزداد سرعتها. وبتالي هتزيد طاقتها. فتبتجي تنطلق او تتحرك ناحية الهدف. وهنا بيحصل حاجتين. مجموعة من الالكترونات. وهي ماشية في طريقها. وبتزنق على بعضها. فبيحصل تصادمات وتشتتات ما بينها وبين بعضها. ده بيسبب فقد لجزء من الطاقة بتاعتها. تبدأ تفقد الطاقة بتاعتها على دفعات. طول ما هي ماشية عمالات خبط في اللي جنب منها. الالكترونات اللي جنبها. يحصل تصادمات ما بينهم وبين بعض. بيحصل تشتت. فبالتالي طاقتها بتبدأ انها تقل على دفعات. فقال لك تبتجي تفقد الطاقة بتاعتها واحدة واحدة. وكل مدى كل ما بتدي لك طاقة او كل ما تفقد طاقة بتتحول الطاقة دي لاشعاية. فالطاقة اللي بتطلع لك دي بتطلع على دفعات. فمش بتدي لك طول موجي محدد. لا بتدي لك مجموعة اطوال موجية. ورا بعضها. يعني ورا بعضها. قال لك يعني متاصي له. او مستمرة. فده بينتج عنه طيف مستمر للاشع السينية اللي هو الرسمة دي كده. ده كده طيف مستمر. شايف المنطقة دي فيها اطوال موجية قديه? ده طبعا لطول موجي. بص فيها مجموعة اطوال موجية. بالشكل ده. طيب بقي الالكترونات اللي بيحصل قال لك بتكمل في سكتها لحد ما بتوصل لمادة الهدف. فبتختاركها. المشهد اللي بيحصل جوه مادة الهدف. لو عملنا زوم ودخلنا جوه مادة الهدف هنلاقي ان هي بتحتوق على زرات. والزرة بتاعتها عبارة عن نواة حوالين منها الكترونات. فيقوم بالكترون من الالكتروات اللي حوالين النواة. يجي الالكترون ده اللي طلع من الفتيلة. يختارك مادة الهدف. فهو ماشي يصطدم في الالكترون اللي جنب النواة. فلما يحصل تصادم هيكتسب الالكترون ده طاقة. الطاقة دي تخليه اما يغادر الظرة او يطلع لمستوى اعلى. يعني اما ان يغادر الظرة او يطلع لمستوى ايه ينتقل لمستوى ايه اعلى. فيسيب مكانه فراغ. فعشان نسد الفراغ هنعمل ايه? قالك تبتجي الظرة. تستدعي الالكترون من المستويات العليا يجي يحل محل اخوه. ساب مكانه فراغ. فلازم الالكترون تاني يجي يسد الفجوة او يسد المكان بتاعه. طبعا الالكترون اللي في المستوى اللي فوق ده لما يجي ينزل للمستوى الاقل. هيطلع طاقة. هيتخلص من طاقة. الطاقة اللي هتطلع دي طاقة محددة. ليه? لان هي يستوي الفرق بين طاقة المستويين. يعني مسلا جاي من التالت للاول. هيطلع طاقة بالساوي الفرق بين التالت والاول. طاقة محددة. فبالتالي هنتجوا عنها طول موجي محدد. مش مجموعة اطوال موجية. لا هو طول موجي واحد. فعشان كده بيعمل لك حاجة اسمات طيف الخط اللي هو الخط اللي قدام منك ده. بص هنا الخط ده. تقريبا قصاد منه مفيش اطوال موجية كتير. يعني طبعا هنا مدى زوائر خالص من الاطوال الموجية. فعشان كده قال لك العشاعة السينية طيف بتاعها بينقاسم لنوعين. طيف مستمر. وطيف ايه? خطي. طيف مستمر وطيف خطي. ده بيعتمد عليه وده بيعتمد على ايه? حنتكلم عنها وافكرك بيها ان شاء الله وحنشغالي. تعالوا كده نكمل معها. الطيف المستمر بتاع الاشاعة السينية وبرده بيسمى بطيف اشاعة الكابح او الفرمالة او الطيف اللي او الطيف النعم دي كلها نفس الاسامة. والنوع التاني اللي هو الطيف الخطي او المميز وبيه اللي بيسميه الحاد او الشديد. اولا الطيف المستمر الطيف بيحتوي على مجموعة من الاطوال الموجية في مادة معين. انما هنا بيحتوي على اطوال موجية محددة زي ما قلت لك ومميزة للمادة. بيحصل امتى الطيف المستمر? قالك عند مرور الالكترونات من اه المنبعثة من الفتيلة قرب الالكترونات مادة الهدف. فبتبتجي تقل طاقة الالكترونات دي نتيجة التصادم والتشتت زي ما قلنا. وتبقى لنظرية ماكسول هيرتز قالك فقد الطاقة ده بيظهر عليه اشاعات كاهرومغناطيسية. بتحتوي على جميع الاطوال الموجية. فده اللي بيعمل لك طيف اشعة سينية مستمر. اما الناحية التانية بيحصل تصادم احد الالكترونات المنبعثة من الفتيلة. مع احد الالكترونات القريبة من النواة في مادة الهدف. فيكتسب الاخير طاقة. مين الاخير? اللي هو الالكترون بتاع مادة الهدف. هيكتسب طاقة. يعمل ايه? قلنا اما هيغادر الزر اما هيطلع لمستوى اعلى. تجعله ينتقل الى مستوى اعلى? او يغادر الزر. في اللي يحصل? يجي اخوه. يحل محله. فيحل محله الالكترون اخر من المستويات العليا. بس عشان يجي من المستوى الاعلى للاقل اللي لازم يفقي الطاقة. فقال لك يظهر الفرق في الطاقة مبين المستويين دول على هيط اشعاية له طول موجي محدد. وده بنسميه الطيف الخطي. طبعا هنا القوانين هنبقى نرخصها في الاخر. طيب بيعتمد عليه الطيف المستمر او طول الموجي بتاع الطيف المستمر قال لك بيعتمد على فرق الجهد. ولا يعتمد على نوع مادة الهدف وخلي بالك علاقصه بفرق الجهد علاقة عكسية. اما الطيف الخطي طول الموجي بيعتمد على نوع مادة الهدف تحديدا بيتناسب عكسيا مع العدد الزري بتاع المادة ولا يعتمد على فرق الجهد. آآ موجي احنا نسألنا الترموجينة يتناسب عكسيا مع فرق الجهد هنا بيتناسب عكسيا مع العدد الزري. طبعا هنا ده بيوضح لك هنا الكترون سريع. طبعا هنا فيه الكترون بيجبح السرعة بتاعته. فما بيختاركش مادة الهدف وده بيعمل طيف مستمر. وهنا ده بيوضح لك ان فيه الكترون هنا سريع ماداش ان هو يقلت سرعته فاختارك مادة الهدف تصادم مع الكترون وطبعا ده اللي سبب آآ او اللي حصل بسببه امبعاث خطي. فان بو بدخلت لو عايز جيب اقصى طاقة للالكترونات طاقة حركة يعني فالكوانين هي هي قوانين الفاصل الخامس. يما حتقول نص امي في تربيع يما حتقول الاي في الفي. ما تنساش ان دي كانت السرعة. ودي كانت قلت لك اللي جنب الشحنة دايما بيكون فرق ايه جهد. لو عايز جيب اعلى طاقة للطيف المستمر برضو بتحسبها بال اي في الفي او 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 ايه على رمضة اللي هي قوانين الطاقة العادية. و اه اه لو عايز جيب بقى اا اعلى تردد ممكن بحقية تقسم الطاقة على سبب او اي في الفي على سبب بالنك. بالنسبة للطول الموجي اتش سي على اي او اتش سي على اي في في. يعني من اخر الاي في الغالب بتتفك الاي في فيه. الاي بتتفكت الاي في في. السؤال بقى او الاسئلة اللي على الجزء دي او السؤال بيقول لك اي الاشكال يعبر عن طيف الامتصاص? طبعا طيف الامتصاص بيظهر على قيط خطوط ماطمة على خلفية ملونة. وطبعا عندك هنا ده طيف الامتصاص. ده طيف المبع detail. مستمب. وده طيف مبعث خط. يعني فيه بعض الالوان بس مش كلها. يبدأ ده طيف مبعث خط. بيقول لك الشكل البان يمثل طيف الاشاعة الصينية المنبعث او المنبعثة من الانبوبة كوليج. اي الاشكال التالية يمثل مقارنة هذا الطيف? والطيف اللي حينطق من الانبوبة لما نزود ايه? فرق الجهد. هو الطيف الاول كان كده? فبيقول لك لو زودنا فرق الجهد ايه اللي هيحصل? بص يا حبي اولا احنا قلنا. لو فرق الجهد زاد. في حاجة هتتأثر وحاجة مش هتتأثر. مين مش هيتأثر? الطيف الخطي. يعني الخط ده كده هو? مش هيتغير من مكانه. انما اللي هيتأثر مين? الطيف المستمر. الطول الموجة بتاع الطيف المستمر ده. لو طول لو فرق جهد زاد فده هيقل. هيقل لي يعني ايه? يعني هيقرب من الصفر. هيزاح ناحية الشمال بمعنى اصلا. تمام كده? يبقى لو قال او زاد فرق جهد هيقل الطول الموجة المستمر. فبالتالي هيزاح ناحية الصفر. يبقى لازم الرسمة الجديدة يبقى فيها الخط الجديد هنا قريب اكتر للصفر. من الادين. طيب بص هنا الخطين هنا على نفس النقطة. وعند نفس النقطة فمش هينفع لانا اختارها. بص هنا الجديد هتلاقي الخط اللي بالاخضر اقرب شوية للصفر. الصفر هنا هو. فدي تنفع. هنا الاتنين على نفس الخط ما تنفعش. هنا اقرب للصفر. الخط الاخضر الجديد اقرب للصفر. فدي تنفع. طب انا اختار دي ولا دي مسر. الاتنين ينفعها تقطري. بس فيه حاجة. فرق جود برضو لما بيزيد خلي بالك شدة الاشعب تزيد. فرق جود لو زاد شدة الاشعب تزيد. يعني ارتفاع المنحنى لازم يزيد. فبالتالي الصح ان انا اختار طبعا الاختيار الايه الرابع? او اللي هو دال. ازا كان فرق جود بين الفتيلة ومادة الهدف في انبوبة كوليج بيسوي ستة كيلو فرق جود اللي هو الفي بيسوي ستة كيلو يعني لازم تضربها في عشرة قس ثلاثة لان انا بشتغل بالفولد مش بفرق مش بالكيلو فولد. وكانت شدة الطيار اللي هي الاي. ستة واربعة من عشرة ميلي امبير. طبعا لازم احولها للامبير. فحضرها في عشرة قس ثلاثة. عايز عدد الالكترونات المنباحسة في الثانية. طبعا هي المسألة تبين باب سادس انما هي اساسة باب اول. وعايز عدد الالكترونات اللي هي في الثانية الواحدة يعني الزمن بواحد سانية. طبعا هنا القانون بتاع هيبقى اي بيساوي ان في اي على تي. ومش هنستخدم فرق جود في اي حاجة. الاي عندك ستة واربعة من عشرة في عشرة قس ثلاثة تلاتة. هتساوي الان اللي احنا عايزينها في شحنة الالكترون واحد وستة من عشرة فعشرة سالب تسعتاشر. عالزمن اللي هو طبعا بواحد. مقص صبعا هنا برضو على واحد وتاعي مقص صبعا ممكن اشيل واحد مع الواحد. وبعد نقسم ده على شحنة الالكترون او اعمل مقص اضرب ده في ده. على ده في ده. في جميع الاحوال هيطلع معي الاجابة بالساوي اربعة في عشرة والسستة واشر. الكترون. وده كان ختام الفصل السادس. دلوقتي ان شاء الله هنبدأ مع بعض في الفصل السابع. الفصل السابع طبعا هو اظهر فصل عندنا في الماناك بتاعنا وتحسوا كده جاي بالغلط في وسط فصول الفيزياء بتاعتنا. الفصل طبعا كان كله ماشي على نغمة معينة وهي نظر. يعني هو الفصل بتاعنا تقريبا الفصل السابع مبخوش قوانين تقريبا خالص اه عدت علينا. او ممكن هو قانون واحد ومش بيجي عليها السئلة كتير ولكن طبعا هنبقى ايه نقوله. الفصل السابع بيتكلم على الليزر. في الفصل ده هنعرف مجموعة نقاط مهمة زي مسلا ايه هو الليزر او ايه هو تعريف اه الليزر. الخواص بتاعت الاشيات الليزر ايه? اه بيتكون من ايه العناصر بتاعته? وبعد كده هناخد مسال على الليزر اللي هو ليزر الهيليم نيون. وفي الاخر هنعرف استخدامات الليزر. سريعا كده تعالى نستعرض مع بعض كده الخمس نوع دول. اللي ابدأ اولا بتعريف الليزر. لقال لك والله بداية كده تعريف الليزر يا شباب هو عبارة عن تجميعة حروف كلها بتبدأ او كلها بدايات لكلمات طبعا بالانجليزي. ال ال طبعا هي ال اي اس اي ار. ال 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 اي ال اس ال اي ال ار. طبعا الكلام ده مش مطالب به. خلاص بس يععمة اختصار لكلمة لايت امبليفيكيشن باي السيميوليتد امميشن اوف رادياشن. يعني ايه الكلام ده? يعني والله اللي هو طبعا الضوء. عملية او دي عملية تكبير. للضوء او للاشعة الضوئية. بواسطة. رادياشن طبعا اللي هو الاشعة. اللي هو انبعاث. دي معناها مستحس. يعني ترجمتها كده بالعربي يا شاباب عبار عن عملية تكبير او تضخيم الاشعة الضوئية او الاشعاع الضوي الناتج بالامبعاث المستحس. طبعا مش هيجي يقول لي اعرف. ولكن طبعا ايه? نبقى عارفين التعريب بتاعه. تكبير تضخيم الاشعة الضوئية بواسطة الامبعاث الاشعاعي المستحس. طيب يعني ايه امبعاث مستحسه? ده اول سؤال هيجي بالك. يعني مسلا تكبير او تضخيم الاشعاع الضوئية ممكن نفهمها. يعني بنزود شدة الدوق. انما يعانيه امبعاث مستحسه. وهل فيه نوع تاني من الامبعاث? قالك اوه. قالك انت عندك نوعين من الامبعاث يا شباب. عندك حاجة اسمها الامبعاث التلقائي والامبعاث المستحس. تعال نجيب الموضوع من اول. لو انا جبت زرة في المستوى الارضي. بتبقى الزرة دي حالتها ايه? قالك بيكون زرة مستقرة. وطالما كانت الزرة مستقرة بتبقى في حالة الاستقرار بتاعتها بتبقى مش عايزة تسيبه المستوى اللي هي فيها. يعني اللي هي محتاجة طاقة ولا هي محتاجة تفقد طاقة هي في حالة استقرار. از ان طالما كانت الزرة مستقرة فهي لن تحتاج ان تكتسب او ان تفقد طاقة وبالتالي هتفضل في المستوى اللي هي فيه. طب لو احنا جينا على الزرة واكسبناها طاقة بالعافية. ادينا الزرة دي طاقة. معينة. تمام? الطاقة دي بيستوي الفرق بين طاقة المستويين. المستوى история اللي هي فيها والمستوى تاني? عبرها عن المستوى الاعلى. ايه اللي هيحصل? اللي في الحالة جي هيحصل للزرة حاجة اسمها القصارة. لما تكتسب او او لما تمتص طاقة بيحصل لها عملية اصارة. يبقى في البداية كده احنا بيجي على زرة مستقرة في حيالة تاسترار مش محتاجة طاقة. بنعمل ايه? بنقسبها طاقة بالعافية. يحصل ايه? او يحصل ايه للزرة قالك لما تمتص الطاقة جي. بيحصل لها عملية اصارة. يعني بننتقل من المستوى الاعلى للمستوى الاقل وهنا يحصل حاجة من التالية. يا اما ان احنا نستلنا على الزرة بتاعكنا دي شوية. والشوية دول بيكونوا عبارة عن عشرة استسالب تمانية ثانية. يعني عشرة نانو ثانية. الفترة دي بيكون كافية ان الزرة شباب تتخلص لوحدها تلقائيا من طاقة الاصارة اللي انت ديتها وتعود مرة تانية لمستوى الارضي. طبعا وهي تطلعها بيكون جاية ايه? تطلع الطاقة اللي هي امتصتها على هيئة فوتون. فده بتسمين بقاست القاي. ليه يعمل? ان الزرة هنا لوحدها بعد ما قاعدت اه الفترة بتاعتك كاملة في مستوى الاصارة اتخلصت لوحدها من طاقة الاصارة ورجعت للمستوى. اللي قال فعملت انبعاز بنسمين بقاست القاي. ايه اللي انبعاز التلقاي? قال لك والله هو عبارة عن انطلاق فوتون. او انطلاق اشعاع. من زرة مصارة? تنتقل من المستوى الاعلى للمستوى الايه? الاقل. بعد انتهاء فترة العمر. بنسميها فترة العمر الفترة دي. بعد ما تخلص فترة العمر? دون اي مؤسر خارجي يعني تلقائيا. يبقى هنا الانبعاث التلقائي هو عملية بيعود في الالكترون او الزرة من الحالة المصارة للحالة الاقل اللي هي الحالة المستقرة بعد انتهاء يا شباب فترة العمر. فبينبعث منها فوتون طاقته طبعا بتسوي الفرق من طاقت المستويين. وده بيحصل بعد انتهاء فترة العمر تلقائيا يعني بعد عشرة سالب تمانية سنة. اما الانبعاث بالمستحس وده اللي بيعتمد عليه الليزر. او انتقشوا على الليزر. فده بيحصل لما بيجي على زرة. مصارة. وما نستناش ان هي هتتخلص لوحدها من طاقت الايه? قال لك وهي في حالة الايه نسقط عليها كمان فوتون طاقته برضو بتسوي الفرق من طاقت المستويين. فان لك ترجع الزرة تاني لمستوى الارضي وينبعث منها فوتونين. مين الفوتونين اللي حينبعثوا بالنها? الفوتون الاولاني اللي هي كانت انتصته اساسا اللي كان سقط عليها وانتصته عشان نحصل لها الايصارة. وهي رجع حتطلع الفوتون ده. اما الفوتون التاني اللي هو سقط عليها وهي في حالة ايه? الايه? الاسارة. يبقى في الانبعاث التركائي بيطلع كم فوتون? فوتون واحد. في في سؤال متكرر يقول لك في الانبعاث المستحاس هل يعتبر الانبعاث المستحاس خارق او بيخرق قانون بقاء الطاقة? قانون بقاء الطاقة اللي هو الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. فانا دلوقتي اديت الزرة فوتون ام اتميطلعة فوتونين. فده معناه ان هي بتطلع طاقة الزيادة. جابتها منين من العدم? طبعا لا. الفكرة كلها ان الفوتون الزيادة ده هي كانت قبل كده اساسا اه اكتسبته. وهي في الحالة المستقرة عشان يصلى حالة الاسارة. يبقى احد الفوتونين دول اقوله طبعا الاجابة. لا? لان احد الفوتونين المنبعثين هو الفوتون المسبب لاسارتها. اما الفوتون الاخر فهو الازي سقط عليها في حالة الاسارة. عشان كده هي سقط عليها فوتون. فطلع منها فوتونين وده يعتبر مش خارجي طبعا لقانون بقاء الطاقة. هنا طبعا اللي بيحصل انطلاق فوتونات من زرة مصارة. تنتقل من المستوى الاعلى للمستوى الاقل قبل انتهاء فترة العمر. ازاي يا عم? قال لك عند سقط فوتون عليها طاقته بالسقوى الفرق من طاقة المستويين. يبقى الانبعث المستحصة هو حالة بيعود فيها الالكترون او الزرة من الحالة المصارة للحالة الاقل قبل انتهاء فترة العمر. امتى يا عم? قال لك لما بيسقط على الزرة المصارة. فوتون طاقته بالسقوى الفرق من طاقة الايه? المستويين. بينبعث منها فوتونين. الفوتونين دولة بيكونوا شبه بعض بالزبط. نفس الاتجاه. نفس التردد. نفس الطول الموجي. نفس الطور. بنقول عليهم فوتونين. مو ترابطين. وده اللي بيحصل فيه اشعة الليزر. اما اللي بيحصل في ة امبعاثت القوي هو مصادر الدء العادية. زي المصابيح اللي وحبا بنشمل بها في البيت او اللي بنعتامد عليها في البيت. دي انبعاثها بيكون في الغالب كله تلقائي. اما الليزر بيكون غالب انبعاثه مستحس. بيحصل طبعا انبعاث القوي في الليزر بس بنسبة بسيطة جدا. ده كده بداية التعريف خلانا ندخل على حدة الانبعاث اللي هي مستحس ونعرف الفرق بينها وبين التلقاء. طيب انا دلوقتي عرفت يعني انبعاث مستحس. عايز اعرف ايه هي مميزات اشعة الليزر. الليزر بيتميز الشوع بتاعه باربع حاجات. اربع حاجات. ترابط الفوتونات. توازي الحزمة الضوئية. النقاء الطايفي. والشدة الضوئية. نخدها كده واحدة واحدة ونفتقرها مع بعض. اول حاجة ترابط الفوتونات. بيقول لك الفوتونات المنبعثة من الليزر فوتونات مترابطة. زي ما قلت لك من شوية. الفوتونات اللي بتنتارك من الزرة. اللي بيحصل لها بعاس مستحس. بيكون كلها لها نفس الاتجاه. ونفس التردد. ونفس الطور. يعني فوتونات متشابهة مع بعضها فبنقول عليها فوتونات مترابطة. فبيقول لك بنلاحظ ان الفوتونات كلها ليها نفس الطول الموجي. وبالتالي نفس التردد. نفس الساعة يعني ما فيش واحد شدته اعلى من التانية. الاتنين نفس الشدة او التلاتة نفس الشدة هنا في الرسمة دي. اللي هو نفس الاتفاع يعني. وبالتالي الفوطونات دي بنقول عليها فوطونات متفق في الطور يعني فوطونات ايه? متربطة مع بعضها. ده طبعا اللي بيحصل فيه اغلب اه الامبعاسات اللي بيحصل جوه الليزر او اسناء انتاج الليزر. تاني حاجة برضو بيتميز بيها شوعاء الليزر هي المقائد طايفي. تلاقي دايما الليزر تقريبا بيكون احادي اللون. وعشان كده حبيبي لما يسقط لما يجي يقول لك في مسألة اسقطنا شوعاء الليزر على منشور اللي هيحصل له? حينكسر داخل المنشور وبعدين يخرج من الناحية التانية. بس لما يجي يخرج الناحية التانية هيخرج نفس الشعاء. من غير ما يحصل له تحليل. يعني دون تحليل. لان هو اساسا عبارة عن ايه? لون واحد. فهيتحلل ازاي? احنا بنحلل مسلا بضوء الابيض. فيطلع له سبع الوان. لان هو اساسا عبارة عن سبع الوان. انما الليزر لون واحد. فمش هيتحلل ل اكتر من لون اكيد يعني. فيحصل ايه? قال لك يحصل انكسار. يحصل مسلا انحراف انما ما يحصلش تحليل او اه او تفرقة مسلا للشوع بتاع الليزر. الرسمة اللي بتوضح النقاء الطايفي هي الرسمة دي. اللي هي اللي بالاحمر بتوضح لكن شوع الليزر بيكون تقريبا اه 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 الاطوال الموجية او مدى الاطوال الموجية بتاعه صغير جدا فتقريبا بيكون كله عبارة عن نفس اللون يعني اوحادي اللون. تمام? وده بيميز او مميزات الليزر. فوتوناتو بتبقى في مدى ضائق جدا او مدى ضائق جدا من الاطوال الموجية وبالتالي اعتبر اوحادية الطول الموجي يعني اوحادية اللون. تالت حاجة توازي الحزمة ضوئية اشعة الليزر بتتميز بان هي بتكون متوازية. بعكس المصادر العادية. الاشعة بتطلع منها عشوائية. وبتتشتت في جميع الاتجاهات. والدليل ع الكلام ده ان انت لما بتعلق لما بالسقف مش بتنور تحت منها بس. ده بتنور القودة كلها. ليه? لان الاشعة كلها عشوائية بتحرك في كل الاتجاهات. اما الليزر لو انت مسك ليزر وبتوجهه على مكان معيد بتلاقي ان شوعده رايح للمكان ده بس. مش بينتشر في كل حتة. ليه? قال لك لان الحزمة الضوئية اللي بتطلع من الليزر بتكون متوازية مع بعضها. وبالتالي كتر الحزمة بيكون سابت. كتر الحزمة بيكون سابت. انما في المصادر العادية كل مدى بتلاقي كتر الحزمة بيزيد اكتر. لو مسكت كشاف وقربت بيه من الحيطة هتلاقي دايرة هتتكون في الحيطة صغير. والشدة تبقى قوية جدا. لما تبعد بالكشاف لورا هتلاقي الحزمة الضوئية دي. كترها بيزيد يعني المساحة بتاعتها بيزيد. بس شدتها بتقل. فالمصادر اللي عادية طبعا بتتميز بالعشوائية. فبالتالي نص الكتر بتاع الحزمة او الكتر بتاعها مش بيكون سابت. بعكس طبعا الليزر. بقول لك لو بصينا ليه المصدر العادي اللي هو مصواح يعني. هتلاقي انه جميع الفوتونيات بتتحرك كلها ناحية المين بس في اتجاهات مختلفة. اللي طلع فوق اللي نازل تحت. يعني بشكل عشوائي. انما لو بصينا على الدوق اللي صادر من الليزر هتلاقي ان كلها تتحرك في نفس الاتجاه. وبيكون موازية طبعا لجهاز الليزر. وده معنا ان الحزمة الضوائية في الليزر مش بتتسع. يعني كترها بيكون سابت. طبعا ده بيأثر على الشدة. لما الفوتونات تبعد عن بعضها. ولما تشتت تركيزها بيقل فشدتها بتقل. ولسه كنت بقول لك من شوية لما بتقرب كشاب بتبقى الدائرة قوية جدا ضوءها قوي. بس كل ما بترجع على ورا كل ما الدوق بتاعها بيبقى اضعف. بعكس الليزر طبعا اللي بيكون مختفز بالشدة بتاعته فبتبقى شدته سابتة. يبقى لو قال لك ايه علاقة شدة الشوعة بتاعت الليزر هنا مسلا بشدة شوعة الليزر هنا? اقول له طبعا نفس الشدة شدة الدوق في الليزر مش بتتغير. نفس الكلام هنا بيقول لك هنا طبعا عندك مصباح. والمصباح ده ممكن اه لو لاحظت لو بصيت على اسمها تلاحز ان الفوتونات طبعا بتحرك في اتجاهات مختلفة. وده معنا ان هي اثناء انتقالها او انتشارها. بيحصل لها تشتيت. وده بيأثر على الشدة الضوئية. والكلام ده طبعا مش بيحصل زي بقولنا في الليزر. اي الليزر في الدنيا عشان تكونه بتحتاج لتلات حاجات. وسط فعال او مادة فعالة. مصدر طاقة عشان تعمل اصارة عشان يحصل انبعاث مستحس. وكمان لازم يكون عندك وعاء. او بنسميه التجويف الرنيني. الوسط الفعال او المادة الفعالة لها انواع. ممكن تبقى صلبة. صلبة شبه صلبة. سائل او اصباغ سائلة. وممكن تبقى غزية. ممكن تبقى صلبة شبه صلبة. اصباغ سائلة. وممكن تبقى في صورة غزية. صلبة زي يقود صنوعي. صلبة زي يقود صنوعي. صلبة زي يقود صنوعي. شبه صلبة كمان عندنا زي السيليكون شبه صلبة زي السيليكون. اصباق سائلة زي الاصباق العضوية المزامة في الماء. اصباق سائلة زي الاصباق العضوية المزامة في الماء. طيب ولو كان في صورة غازية عندك لها اكتر من شكل. ممكن تبقى جزيئات غاز. وممكن تبقى زرات. ممكن تبقى خليط من غازين زي الهليام والنيوم. غاز متأين زي الارجون. جزيئات زي ساني اكسيد كربون. جزيئات زي غاز ساني اكسيد كربوني. بل وسط الفعال لانواع كتير صلبة شبه صلبة اصباقة عضوية او او اصباق سائلة وكمان عندك الغازات الغازات ممكن تبقى اه اه خليط غازات او ممكن غاز متأين او يبقى جزيات صلبة زي الاقود صنوعي شبه صلبة زي السيليكون اه السائلة زي الاصباقة العضوية المزمن في الماء طب والغازات عندك لها تلات حالات خليط غازين هليامنيون غاز متأين زي الارجن جزيات زي سيلي اكسيد الكاربو طيب بنعمل اصارة ليه الوسط الفعال ده ازاي قال لك بمصادر الطاقة هي المسؤولة عن اصارة الزرار ودي عندنا ليها انواع ممكن تبقى كهربية او تبقى ضوئية او كيميائية او حرارية. القهربية بنستخدمها دايما مع الغازات. الضوئية بنستخدمها مع الصلب او السائل. الصلب بيحتاج شوقع لايزر. السائل بيحتاج مصادر ضوء عادية مصابيح عادية. بس بنقول عليها مصابيح هو هاجة بتبنشددنا بتاعتها عالية شوية بس زي اللمبة العادية لفي البيت عندنا. طيب التجويف الرانيني اللي هو بيحتوي على المادة الفعالة ده عبرها عن ايه? قال لك دليل وعين. هو طبعا الوعية اللي بيحتوي على المادة الفعالة ودليل وعين. يا اما خارجي. يا اما داخلي. خارجي في حالة الغازات. بنستخدم التجويف الخارجي في حالة الغازات. بيبقى عبارة عن مرايتين. تمام? المرايتين دولة واحدة منهم عاكسة. والتانية بيكون شبهة منفزة. الداخلي بنستخدمه في حالة المادة الصلبة. زال يقود. بنيجي عن مادة الصلبة. بنطليها من احد الاطراف بيحس بقى كأنها مرقاة عاكسة. وبنطليها من الناحية التانية بمادة تعمل كانتها مرقاشب. مفزل. ممكن اقول لك نوع التجويف فيه بلورت السلاكول. آآ او �امل في بلورة الصلبة. او او في влиعوت الصلبة. اقول له تجويف داخلي. نوع التجويف. ابن سenta. مسلا. في ليزر اقول له لخارجي. او في ليزر هليم نغيل اقول له برضو تجويف ايه? خارجي. يبقى غازات خارجي. الصلب ميبقى تجويفه داخلي. ندخل بقى على ليزر ونفتكر كده كانت بيكو من ايه? وازاي بنحصل فيه شو عليه. ازا الاول حاجة ليه بنتستخدم الهليوم والنيون? مش معنى يعني الغازين دول? قال لك والله لان الاتنين متقاربين اوي في مستوى الطاقة شبه المستقر بتاعهم. لتقاربهم في مستوى الطاقة الشبه المستقر. فسهل جدا ان انا انقل الطاقة من الهليوم للنيون. انقل الطاقة من الهليوم للنيون. ليه? لان طاقة المستوى الشبه المستقر في الهليوم قريبة اوي من طاقة المستوى ايه? اللي في النيوم. فسهل انتقال اتقام بينه. طيب اولا تركيب الجهاز عبارة عن انبوبة زجاجية من الكوارتز. فيها خارج من غازين هليم ونيوم بنسبة عشرة لواحد. الهليم اكتر من النيوم. تحت ضغط منخفض. تمام? ضغط منخفض. بيوصل لكام? قال لك لستة من عشرة مليمتر زيبك. العرقام دي حفزة عليه خلابات. طيب. مصدر الطاقة بتاعنا زي ما قلت لك مصدر كهربي. يعني بيحصل اصارة هنا باستخدام مصدر كهربي. التجويف خارجي ما احنا قلنا ايه غازات تجويفة خارجي. عمارة عن برايتين. واحدة عكسة والتانية شبه منفزة. العكسة بتبقى عكسة تقريبا بنسبة تسعة وتسعين ونص في المية. التانية عكسة بس اقل شوية تمانية وتسعين في المية. فتقدر تقول ايه? بيعدي منها شوية فتونات فتبقى شبه منفزة. بنقولها على شبه ايه? منفزة. ومصدر طاقة زي ما قلت لك مصدر آآ كهربي بيبقى مصدر متردد تردد بتاعه عالي وده طبعا المسؤول عن اصارة الزرات. وممكن يبقى مصدر مستمر بس يبقى الجهد بتاعه عالي برضو ده المسؤول عن اصارة الزرات. اما بقى الخطوات اللي بنعمل بيها شوية عليزر. ازاي تعمل شوية عليزر? في عشر خطوات. خطوة رقم واحد هي خطوة الاصارة. بتيجي على الوسط الفاعل بتاع حضرتك اللي فيه نوعين من الغازات هليم. وشوية كده سويرين من انيون. احنا قلنا النسبة عشرة الى واحد. بتبتجي تعمل عملية اسمها عملية تفريغ الكهرابي. وفي عملية التفريغ الكهرابي دي بتفرغ آآ باستخدام طبعا جهد عالي بتفرغ شحنات داخل الامبوبة. الشحنات دي بتعمل اصارة لزرات الهليم. يبقى زرات الهليم كيف تصار? قلنا تصار باستخدام مصدر الجهد. بالتفريغ الكهرابي. اول ما تعمل تفريغ كهرابي تبتجي الزرات الهليم. تاخد الطاقة الكهربية دي. ويحصل لها عملية الاصار. طيب لما تصار زرات الهليم. اللي بيحصل لها تبتجي انها تنشط. تهتز. فهيحصل تصادم ما بينها وبين زرات النيون اللي لسه ما حصل لاش اصار. تصادم ايه غير مرن. فلان التصادم غير مرن. قال لك زرات الهليم بتفقد كل الطاقة اللي اخدتها. وتديها المين? للنيون. طب ليه الطاقة انتقرت من الهليم من النيون? زي ما قلنا لتقارب هما ايه? في مستوى الطاقة. شو بيه مستقر? يبقى لك تصادم زرات الهليم المصارة بزرات نيون غير مصارة. تصادم ايه? غير مرن. فتنطلق الطاقة او التاقا من الهليام الى النيون نتيجة تقارب ايه قيم مستويات الطاقة اه الشب المستقرة ما بين الزرتين الهليام والنيون. لما زرة النيون تاخد الطاقة الا هيحصل لها هتصار. ولما تصار هيبتجي نها تنتاقل لمستويات اعلى. طيب بيقول لك عند انتقال الطاقة من زرات الهليام الى زرات النيون تنتاقل من مستوى الطاقة الاقل الى مستوى الاعلى. اللي هي مستويات الاصارة. فتيجي بعد كده تعمل انبعاث سلقائي. او الاول هنا عدد الفوتونات او عدد الزرات طبعا هتجي ان هو يزيد. باستمرار للتصادم يبتجي يزيد عدد الزرات اللي موجودة فيه مستويات الاصارة. فبنوصل ساعتها الحالة اسمها حالة الاسكان المعكوس ودي لازم تحصل طبعا. بعد الضغط على طول عملية الضغط الضوي او عملية الضغط الراسج. بيحصل على طول بعدها الاسكان المعكوس. بيزاد عدد زرات النيون المصارى في مستوى الطاقة الاعلى. ودي بنسميها عملية الاسكان المعكوس او حالة الاسكان المعكوس. المستوى اشيء بالمستقر ده زمنه بيكون طويل شوية او فترة زمانية بتاعته طويلة شوية بتوصل لعشرة او استسالة تلاتة ثانية. بعدها تبتجي زرات النيون دي تفقد او تفقد بقى الطاقة بتاعتها. قال لك بيحصل ان في مجموعة من زرات النيون اللي حصل القصارتها بتبتدي تعمل انبعاث تلقائي. فخلي بالك برضو دي نقطة مهمة يقول لك اه احدى خطوات النيزر حدوث انبعاث تلقائي صحة ولا غلط اقول له طبعا صحة. بيحصل انبعاث تلقائي. فبتلاقيها رجعت من المستوى الاعلى للاقل تلقائيا فبينبعث منها ايه? الفوطون اللي بيطلع من الاشعة او من الامبعاث التلقائي فوطون عشوائي. فدلوقتي دي كده مراية هنا عكسة. والتانية مسلا مراية شب المنفزة. فيجي زرات نيون راجع من المستوى الاعلى للاقل فيطلع منها الفوطون. الفوطون ده ممكن تلاقيه يتحرك لفوق يتحرك لتحت. هنستنى لحد ما فوطون منهم يكون بيتحرك بشكل موازي كده. بشكل او موازي اللي ميحور المراية. او اللي ميحور التجويف يعني. فإن اللي هيحصل? قالك هيغبط في احد المرايتين. وينعكس. لما يجي انعكس الفوطون ده. احد الفوطونات الملعكسة مش شرط هو ده يعني ممكن فوطون تاني غيره. لما يجي انعكس. هيسقط على احد الزرات اللي في النيون اللي ملاحقتش تعمل انبعاث القوي. كانت لسه هتنزل. فاولا حقها قبل ما تلجع وتعمل انبعاث القوي. سقط عليه وهي في حالة الاصارة. سقط عليه وهي في حالة الاصارة. فده هيسبب ايه? قالك هيسبب انبعاث مستحس. يبقى قبل ما يحصل انبعاث مستحس بيحصل الاول التلقائي. زر عادي بتنتقل من المستوى الاعلى للمستوى الاقل. وبالتالي بالشعع فوطون آآ بالانبعاث التلقائي طاقته بالسوى الفرق بانتقل المستوين. وده طبعا فوطون ايه? عشوائي. بيتحرر في كل الاتجاهات. نتيجة كده واحد من الفوطونات دي بيصادم طبعا بيه آآ باتجاه طبعا زي مطلق محور الانبوبة. فبيصادف احد المرأتين بيغبط فيها وبعد كده بيرتد. بينعكس يعني. في الاتجاه المضاد داخل الانبوبة. اسناء حركته ما بين المرأتين هيصادم ببعض الزرات المصورة. اللي هي لسه ما راجعتش بها وعملت انبعاث القوي. فده طبعا هيسبب ايه? قبل انت فاطلت العمي. فده هيعمل لها بعاس ايه? مستحس. فالزرة الواحدة هينطلق منها فوطونين مترابطين. الزرة الواحدة خلي بالك هيطلع منها فوطونين ايه? مترابطين. نفس الكلام الفوطونين دولا هيتحركوا يخبطوا في احد المرأتين ويرجعوا يسقط الفوطونين على الزرتين. فكل زرة هتطلع فوطونين فيبع عندك اربعة. الاربعة برضو نفس الكلام هيصادموا بالمراية ويرجعوا تاني يسقطوا على اربع زرات. فالاربعة هيكونوا تمانية والتمانية ستاشر. ويبتجي يحصل عندك تدخيم يعني زيادة في عدد الفوطونات بقى. فلحد ما يوصل عدد الفوطونات لعدد معين يسمح او تسمح بقى المراية الشيب المنفذة ان هي تخرج العدد ده. فبيبتجي يخرج من المراية على هي تشعيع ليزا. فهم يقول لك يتضاعف العدد بتدريج. لحد ما يوصل لعدد ضخم او عدد معين. يبتجي يحصل بقى ايه? خروج للعدد ده من المراية الشبه المنفذة على هي الشعيع ليزا. خروج الشعيع ده بيقول لك لما توصل شدة الشعيع بتاع ليزا بداخل الابوبة لحد معين يخرج خلال المراية الشبه المنفذة. اما باقي الفوطونات طبعا مش هتخرج هترجع تاني تكمل عملية التضخيم. بالنسبة لزرات النيون اللي بتفقد الطاقة بتاعتها بالانبعاث التلقائي وبترجع لوحدها المستوى الاقل. او حتى اللي فقدت طاقتها بالانبعاث مستحاس ورجعت تاني للمستوى الاقل بيحصل لها اصارة تاني عن طريق تصادم تاني بيحصل ما بينها وبين زرات الهليام. قال لك بتعود للمستوى الاقل فتصادم بزرات الهليام مرة تانية تبدأها بالطاقة فترجع تعييد الموضوع من اوله. اما زرات الهليام بقى اللي بتدي تقطع النيون بترجع تاني تعمل اصارة عن طريق طبعا مصدر الجهد ايه الخارجي اللي احنا موصلينه. زرات الهليام اللي بتفقد تصادم تصادم مع زرات النيون وبتعود للمستوى الاقل بتعمل ايه قال لك بتعود تاني وتصار بالتفريغ الكهرباء. وكده انت حصلت على شواء ليزر في تسع خطوات مش عشرة بس. اخر حاجة بنستخدم الليزر في ايه طبعا? عندنا استخدامات للليزر كتير جدا. منها التصوير المجسم. بنستخدمه في التصوير المجسم. قبل اختراع الليزر كان التصوير عندنا اه الصورة عندنا كان صورة مستوية او مسطحة. يعني ايه? يعني لما كان حد بيلقوا صورة الحاجة معينة كانت الصورة دي بتظهر بس من غير ابعاد. يعني من غير مش بيكون مجسمة. تمام? زي مسلا الوصول المتحركة. تمام? زمان كان الكارتون مسلا تحس ان الصورة ايه? ملاش ابعاد. ما تحسش ان اللي انت شايفه ده جسمة حقيقي. انت عارف ان هي رسمة. انما حاليا ممكن تفرج على حاجة تحس ان هي بنائها ده بحقيقي. تحس ان هي في الحقيقة طبعا اه يعني مصنوعة طبعا. بابعاد معينة بحيس ان هي تحسها ان هي مجسمة. فقبل الليزر ما كانش فيها عندنا حاجة اسمها التصوير المجسم كان تصوير مستوي او صور مستوية. صور مستوية طبعا دي كانت عبارة عن صورة اه ما فاش ابعاد الجسم او ما فاش تدريس الجسم بنعنى صح. كانت يا دوب بس بتسجل اختلاف شدة ضوئية اللي بتسقط على الجسم. بعد اختراع طبعا الليزر او بعد اكتشاف الليزر. بقى عندنا حاجة اسمها التصوير المجسم او بيتسمى باسم الوروغراف. وفي الحالة دي بتتكون الصور طبعا بتاعت الاجسام. اه اه نتيجة سكوت اشعة على الجسم. يعني بيكون عندها الجسم معين. تمام? ايا كان يعني. خلاص. الجسم ده. بتسقط عليه اشعة. تنعكس منه. الاشعة المنعكسة دي. الاشعة المنعكسة من الجسم. بنسقط عليها حاجة اسمها اشعة مرجعية. الاشعب مرجعية دي بيحصل تداخل ما بينه وبين الاشعب منعكسة عن الجسم. نتيجة التداخل بيبتدي يحصل عندك حاجة اسمها هدب التداخل. هدب التداخل. طبعا الهدب دي انت رستها في تانية سنة واللي هي كانت عبارة عن اماكن موضية او اماكن تانية مصدمة. الاماكن دي اه او الهدب دي هدب التداخل دي بنسميها باسم الهولو جراف الهولو جراف. ودي بقى بعد كده بتعمل لها عملية اسمها مريد التحميد. بنعمل لها عملية تحميد. فبتبتدي تظهر الصورة بالابعاد بداتها الحقيقة. الاشعب منعكس على الجسم قالك بتسجل اختلاف الشدة ضوئية. تمام? واختلاف السعة حيسؤلنا خلي بقى لك معلومة جمع قوي. السعة تتناسب طرديا مع مربع او الشدة ناسب تتناسب طردية مع مربع السعة. شدة ضوء بتتناسب طردية مع مربع السعة. وكمان بتسجل اختلاف التدريس او اختلاف طول المصار وده سبب وطبعا وجود التدريس اللي على الجزء. القانون الوحيد اللي عندك في الباب بيقولك ان فرق الطور ما بين الاشعة بيساوي اتنين باي على لمضة في فرق المصار. فرق الطور بيساوي اتنين باي على لمضة في فرق المصار. في الطب برضو بنستخدم الليزر في علاج اه 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 انفصال الشبكية. لان بيقولك في بعض الحالات لما بيحصل انفصال للشبكية ممكن الشخص يفقد البصر. وعشان نلحقه لازم نعمل الالتحام للشبكية بتاعته. ازاي? عن طريق طبعا الليزر. الليزر لما بيصوب عالشبكية بيسبب حرارة اه درجة حرارة عالية تقدر تعمل عملية التقام مرة تانية للشبكية. اه الحرارة اللي تجاه طبعا الليزر بتعمل الالتحام. طيب اول الالتقام يا. اه كمان بيعالج حالات اسره وبعد النظر طبعا باستخدام الليزر. اه برضو اه بنستخدم برضو الليزر مع الالياف الضوائية في العلاج بالمناظير. استخدام في الجراحة طبعا. اه في برضو بعض التطبيقات تانية زي مسلا في الصناعة بنستخدم اشاعة الليزر في صجب الماس وصهر المعادن. اه بنستخدمه برضو في الاتصالات ان احنا بااا نستبدل الكابلات النحاس بالفايبر والفايبر ده طبعا بيبقى اه فيه طبعا اشاعة الليزر. اه اه او الالياف الضوائية يعني ما اصبح اللي هي الفايبر. وده طبعا اسرع من الاستخدام النحاس في مجالات العسكرية باستخدموها طبعا استخدموه الليزر اشاعة الليزر في توجيه الصواريخ. وتدمير الطائرات. اه في الفضاء بنقيس بين مسافية الفلكية مسلا ما بين النجوم او ما بين الكواكب. الطبيعات الحديثة طبعات الليزر. وكمان عندك اللي هي الاقراس يعني المدمجة اللي هي السيدي. اعتقد ما بيش فيه حد بيستخدمها حاليا. في اعمال المساحة برضو بنستخدمها في تحديد المساحات والابعاد بدقة. طبعات الليزر بنستخدم فيها شواء الليزر في نقل المعلومات من الكمبيوتر للصوانة اللي هي السيديهات. تمام بدل من استخدام طبعا ايه? وبعد كلا ممكن ان احنا نتبعها بقى بالطبيعة العادية. بالورق والحبر. طبعا يعني ايه? نبقى عارفين الحاجات دي احنا عارفين طبعا ممكن في الابتحان مش بتبقى الحاجات دي هي الاهم. يعني بس طبعا هي لازم تكون عارفة. عندنا شوية كده السيئة على الليزر ويبقى كده ان شاء الله ندخل على الفاصل التامي. الشكل قدامك بيقولك البيعي بيمثل علاقة بين شدة الاشعاع بتاعة الليزر والمسافة. اي الرسم اي رصوبان بتعبر عن العلاقة بين شدة الشعاع في الليزر والمسافة. طبعا هنقولنا شدة الاشعاع في الليزر من اهم مميزاته ان شدته بيكون سبتة. مهما زادت المسافة شدة سبتة. فما بتأثرش طبعا بالمسافة وبالتالي الصح طبعا اخطار ده. اي الاشكال يمثل اه او اشكال البيانات تالي يعبر عن مفهوم النقاء الطايفي. طبعا النقاء الطايفي معناها ان شوية الليزر بيكون مدى بيحتوي على مدى ضئيلة او مدى صغير من الاطوال الموجية. وطبعا ده بيمثله بشكل صح الرسمة التالتة. واحد يقول لك طبو دي تنفع بس دي اضاك دي اضاك طبعا هنا المدى اقل بكتير طبعا من هنا. الشكل المقابل يوضح سطحين متماثلين مستويين متماثلين اكس وواي. اه محطوطين على بعضين مختلفين من مصدر دوق. اه اه دي واحد ودي اتنين. فاذا كانت شدة الاضاءة عند اكس اتنين وربع مرة من شدته عند وي. عايز النسبة بين المسافتين. في الليزر لو كان السؤال في الليزر كنت هقول له شدة ثابتة. الليزر شدة ثابتة. اما في المصادر اللي عادية شدة الضوء بتتناسب عكسيا خلي بيليك شدة الدوق تتناسب عكسيا مع مربع المسافة. وده اسمه قانون التربيع الاكسي. قانون التربيع الايه? العكسي. بيانص على ان شدة الدوق تتناسب عكسيا مع مربع المسافة. اللي بين المازر والسطح. فهنا لو انا قلت لك الشدة عند coal على الشدة عند واي. دي هتساوي ايه? هتساوي بعد واي تربيع على بعد اكس تربية. طيب هو بيقولك ان الشدة عند اكس بتساوي اتنين وربع مرة. يعني اتنين وربع. مرة بالنسبة للشدة عند واي. يعني لو عند واي بواحد فالتانية اتنين وربع. لو هنا اتنين وربع اي فهنا واحد اي. من الاختي. الكلام ده هيساوي دي واي تربيع على دي اكس تربية. طبعا الاي هتروح مع الاي. هيبقى لك اتنين وربع على الواحد اللي هي اتنين وربع. خد بقى الجزر بتاعها. خد الجزر بتاعها. لما تاخد الجزر بتاعها. هيطلع لك ان طبعا لان هنا تربية. عشان كده هاخدت الجزر. هيطلع لك من هنا ان بعد واي على بعد اكس. بيساوي تلاتة على الاتنين. هو عايز بقى دي واحد على دي اتنين. دي واحد دا اللي هو بعد اكس. ودي اتنين دا اللي هو بعد واي. يعني انا بس هشقلب عشان هجيب بعد اكس عن بعد وي فهيطلع اتنين على التلاتة. الخاصية التي تسمح باستخدام الليزر في ترابط الفروتونات. لان الفروتونات المتربطة بنستخدمه في كمان لان الفروتونات المتربطة باستخدمه برضو في آآ توجيه الصواريخ. والترابط اعم واشمل من التوازي عشان برضو في ناس يقولك ايه؟ بتستخدم الليزر في توجيه الصواريخ لان الاشياء بتاعته متوازية. فهتديني دكة وانا بصوب على الهدف بتاعي. اه صح. بس التوازي اساسا بسبب الترابط. تمام? فلو موجود في الاختراض الترابط وتوازي اختار الترابط. مش موجود ترابط اختار ساعدة التوازي. اذا علمت ان الطول الموجل الليزر بيساوي. ستمية اتنون وتلاتين اه واتنين من عشرة نانو متر. ده كلا لامضة. على فكرة ده ليزر هليا منيون. ومن غير ما يقول لي هبقى عارف ان هو هليا منيون. ليه? لان هليا منيون الدوق بتاعه بيبقى دوق مرقي. والدوق المرقي نازم يكون الطول بتاعه. الطول الموجي بتاعه من ربعمية لسبعمية. فطلع عليه رقم ما بين الربعمية والسبعمية يبدأ على طول دوق مرقي. تحديدا بيكون لون احمر. طبعا? لون الليزر اه اللي بيطلع شوية الليزر بيطلع من هليا منيون احمر. يقول لك فانه معدل انبعاث الفوتونات اللي هو الفاايل. اه ازا كانت قدرة الحزمة الضوئية اللي هي البي دابليو. اتنين ونص ميلي واط. لازم احولها واضرابها في عشرة قسس سالب تلاتة. يلا بي. هقول له قدرة. لو فاكر اخدنا قانون لها في الفاصل الخامس كان بتساوي اي في في اي او اي اتش نيو في في اي ال. بس هنا مسا لو مش مديني النيو هو مديني. الطول الموجي لامضة. فتعمل ايه? شير يا باشا نيو حط بداله سي على لامضة. شن يو بتساوي سي على لامضة. فيبقى شكرا كده ده القانون بتاعك. بي دابليو بتساوي اتش سي في اي ال على لامضة. الكدرة هو عايز ايه بس الاول هو كان عايز الفاي ال. تمام. اه عايز الاول تعمل مقص جيب الفاي ال في طرف لوحدها هيكون احسن. هيبقى لامضة في دابليو. على واحد في اتش سي يعني على اتش سي. وده الاحسن عشان تعود مرة واحدة وتحسب اللي هو عايزه. اللامضة عندك بستمية اتنين وتلاتين وتمانية من عشرة. نانو متر فلازم اضربها في عشرة قص سالب تسعة. في ال بي دابليو اللي هي قدرة اللي هي اتنين ونص في عشرة سالب تلاتة. كلام ده مقسومة على اللي هو سابب بلانك. مدروة في سي لسرعة الضوء تلاتة في عشرة قصة ايه? قصة تمانية. على الالة بتاعتنا هنشوف كده يطلع لي كم فتون في الثانية. هيتطلع معايا سبعة وستة وتسعين. فعشرة قصة خمساشر فتون لكل ثانية. وده كان اخر مسال في الفاصل السابع. وكده هندخل على الفاصل التامن ان شاء الله واخر الفصل عندنا. الفاصل ده كان بيتكلم على علم الالكتروميات الحديثة من الفصول المهمة وفصول اللاذيزة اللي عندها في الملك بتاعنا ان شاء الله. علم الالكتروميات طبعا الحديثة يعني بنتكلم فيه على خواص هو علم مبني على خواص الالكترون. وفي البداية بيقولك ان الالكترون خلي بالك انواع. طيب ايه هي انواع الالكترون? عندك مثلا في حاجة اسمها الالكترونات الحرة. دي الكترونات طبعا مش بتبقى متأيدة باي قوة ما بينها وبين النواة. وفي عندك الكترونات بتبقى حوالين النواة. في منها الكترونات المستوى الداخلي بتبقى قريبة او من النواة. وفي الكترونات المستوى الخارجي بعيدة عن النواة. طبعا المستوى الداخلية بتبقى الكتروناتها مترابطة اوي او مرتبطة او في قوة ترابط قوية بينها وبين النواية. اما طبعا اللي في المستوى الخارجي بتبقى كوة الطرابة الضعيفة شوية. ودي سهل ان انا احررها. اكثر ربطا اللي بينها وبين الالكترون فتبتيج ان هي تتحرر. فانا بشغل على المستوى الخارجي. في الفصل ده بيتكلم على علم الالكترونية وبيقول لك ان الاجهزة الالكترونية في الاساس بتعتبت على نوع كده من المواد اسمه اشباه الموصلات. شبه الموصل عبارة عن مادة متوسطة التوصيل للطيار الكهرابي. وبطاقة ما بين المواد الموصلة والمواد العزلة. انت عندك المواد عندنا نوعية. او تلات انواع من حيث التوصيل عندك مواد موصلة. يعني جيدة التوصيل عندها الكترونية حرة زي المعادل. وفي مواد عازلة زي ما احنا عارفين اللي هي ما عنداش الكترونية حرة او عندها عد قليل اوي زي اللافل الزيت الخشب والبلسة كل حاجات دي. فيه ما بينهم بقى اشباه الموصلة. دي مواد متوسطة التوصيل للطيار الكهرابي. وعشان تزود توصيلاتها طبعا بتحتاج اه ظروف معينة هنتكلم عنها في الفصل لها. من اشعر اشباه الموصلات طبعا هو السيليكون. اشباه الموصلات بنعرفها ازاي? قال لك بنلاقي انه في المستوى الاخير عندها اربع الكترونات. الموصل خلي بالك بيكون عنده اقل من اربعة يعني واحد اتنين تلاتة. موصل. طب العزلة خمسة ستة سبعة. يبقى اقل من اربعة واحد اتنين تلاتة ده موصل. ده بيعمل ايه ده بيوصل للطيار الكهرابي? في الظروف العادية بتاعته دايما بيوصل للطيار. طب المواد العزلة غير موصلة للطيار الكهرابي في الظروف العادية. يعني عمر ما بتوصل الطيار. بيبقى عندها خمسة ستة سبعة. طب اربعة بالزبط. اربعة بالزبط قال لك بيكون شيء بموصل. يقدر يوصل الطيار بس بزروف خاصة حاليا بنا نتكلم عنها. خلي بالك برضو من نقطة آآ كمان مهمة. انه المواصلات طبعا بتوصل الطيار عن طريق الالكترونيات الحرة. اشبال مواصلات بتوصل الطيار بالالكترونيات الحرة وحاجة تانية اللي هيكن اسمها الفجوات المجابة. ودي هنعرفها لما ليجي نتكلم طبعا على ايه? على البلورة. طيب. بيقول لك مسلا كمثال زرة السلكون دي تعتبر من اشهر نوع آآ اشبال مواصلات. عددها الزر واربعتاشر يعني الزرة حوالين منها اربعتاشر الالكترون زي ما انتشاهل. منهم اتنين وتمانية يعني عشرة دول اسمهم الالكترونيات المستوى الداخلي. بليش دعوا بيهم? انا بشتغل على الالكترونيات المستوى الخارجي. يعني الزرة الواحدة من دول يعتبر متحوطة كده من بره باربع الالكترونيات. طب بتعمل ايه? قال لي والله لما يكون اقل من اربعة بتفقد. اكتر من اربعة بتكتسب. طب لو اربعة بالزبط. لتفقد ولا تكتسب. ام الايه? قال لي تشارك بالالكترونيات بتاعتها مع الزرات تانية عشان توصل لحالة الاستقرار. شرط الاستقرار خلي بيليك ان يكون المستوى الاخير في تمن الالكترونيات. لو انت عندك خمسة ستة سبعة بتكتسب. لو هم خمسة هتكتسب تلاتة. لو ستة تكتسب اتنين وها كزا. اقل. يعني مسلا عندك في المستوى الاخير الالكترون. اكيد مش هتكتسب سبعة. هتفقد واحد. طب لو اربعة. لا تفقد ولا تكتسب. تشارك زي ما قلنا بالاربع الالكترونيات مع اربع زرات. فاللي بيحصل ان احنا لو بصينا على المستوى الاخير هتلاقي زي ما قلت لك فيه اربع الالكترونيات. طبعا دول مش مخاليني الزرات تعيتنا مستقرة وعشان توصل للاستقرار لازم تبقى عندها كمالكترون تمانية. عشان كده بتبتجي ان هي تشارك بالالكترونيات بتاعتها مع اربع زرات اه حوالين منها برضه زرها للسيليكون عشان توصل لحالة الالاستقرار. فعشان كده بيقول لك بيحصل تداخل بقى ما بين الالكترونيات بتاعة الاربع زرات مع الكترونيات الزرات اللي كانت عندنا. هتلاقي لنا بص الزراء اللي في المص projecting بقى حاولين من دي هنا الكترونين. اربعة ستة تمانية. كده هي وصلت لحالة الاستقرار. طب دي عشان توصل للاستقرار هتحتاج برضو نيت شارك مع زر اتنين تلاتة ودي طبعا الرابعة عشان توصل للاستقرار. فكل بس زرات هتمشي بنفس الطريقة دي تكون رؤوبة ما بينها وبين زرات تانية تساهمية احدية. فهتلاقي في الاخر حصلنا على الشكل اللي قدام من هنا اللي هو البلورة. خواص البلورة دي ايه? قال لي والله يا خواص البلورة ان هي بتكون في درجات الحرارة المنخفضة درجات الحرارة المنخفضة توصليتها ضعيفة. كل ما الحرارة تكون قليلة كل ما التوصيل بتاعها بيكون ضعيف. وتصبح عازلة. تماما يعني ما بتوصلش اصلا. لما بنوصل بالحرارة بتاعتنا لسالب متين تلاتة وسبعين سليزيوس. اللي هو بنسميه صفر كيلفن. او اللي بيساوي يعني صفر بوحدة الكيلفن. الحرارة دي طبعا خلي بالك مش بنوصل لها عمليا. الكلام ده نظريا تمام? عمليا صعب توصل للحرارة دي سالم متين تلاتة وسبعين. صعب ان احنا نوصل لها عملية. ما فيش مكان على سطح الكرة الارضية دي بتوصل في الحرارة للرقم ده. ولا حتى نوصل الرقم ده. يعني اعتقد اكتر مكان منخفض في الحرارة. سالب مية تقريبا وسبعتاشر حاجة زي كده. اه انما سالم متين تلاتة وسبعين دي ما فيش مكان في الارض بيوصل للحرارة دي. عشان كده مش هتلاقي اي شيء بموصل عازل على سطح طبعا الارض في الظروف الطبيعية. ولكن بيقول لك لما لا او لو يعني وصل للحرارة دي بيصبح عازل تماما. طب ايه السبب اللي بيخليه عازل? قال لي والله ان طول ما الحرارة منخفضة بتبقى البلورة سليمة زي ما انت شايف كده. فكل الالكترونات اللي عندك مكونة روابط. والروابط دي كلها روابط سليمة. وطالما الروابطة سليمة. يبقى الالكترونات متأيدة. مربوطة. فما عندك شوالة الكترون حر. يقدر ان هو ينقل طيار كهرابي. ما احنا الطيار احنا عارفين ان هو سيل من الالكترونات الحرة. طب ايه الحل يعمل حاج? قال لك عشان تخليها موصلة. انت محتاج تخلي كده فيها شوية الكترونات حرة. طب دي يحصل ازاي? بطريقة من اتنين. الطريقة الاولى اما تكسر الروابط. فلما تكسرها تحرر الكترونات. الطريقة التانية ان انت تحافز على بلورتك سليمة زي ما هي ويجيب لها عنصر خارجي يديها الكترونات. وانت عندك الطريقتين. زيادة التوصلية بتتم بحاجة من اتنين. اما برفع درجة الحرارة او بعملية اسمها عملية التطايم. لو كلمنا على رفع الحرارة. قال لك والله رفع درجة الحرارة. لو زيادة درجة الحرارة. الطاقة الحرارية دي بتنتقل للالكترونات. فبالتالي بتتحرر. بيحصل كسر الروابط. فبالتالي بتتحرر الالكترونات. وده طبعا بيعمل زيادة في التوصلية القربية. ما تنساش ان لما بنكسر الروابط. مش بس بيتحرر الكتروه. يعني انا لو كسرت رابطة هنا. مسلا دي كده ايه? جزء من البلورة بتاعتنا. فاحنا جينا مسلا انكسرنا هنا ربط. في اه يقوم اللي يحصل. هنا مسلا انكسرنا ربط. تمام? ايه اللي يحصل? قال لك يتحرر منه الالكتروه. فاصبح الالكترون ده ايه? الالكترون حر. اصبح الالكترون حر. اهو. هيتحرر. طيب بعد شوية ايه اللي هيحصل? تنكسر ربطة تانية. لما تتكسر ربطة تانية. وليكن مسلا ربطة هنا هتتكسر. في ايه اللي يحصل? قال لك يظهر مكان الربطة دي فجوة. او مكان الربطة ما تكسرت. هيتحرر الالكترون. فهيظهر مكانه فجوة مجابة. هتعمل الفجوة دي? الالكترون شحنته سالبة. هيشوف هناك شو حنة مجابة. فهينجازب ليها. فاتلاقي الالكترون اللي مشى ده جا واحد تاني بداله. يحل ما حاله. فترجع تانية الربطة تتكون. طب الالكترون ده لما يجي يسد الفجوة. ايه اللي هيحصل? هيسيب مكانه هو فجوة. فالالكترون ده هيروح يحل ما يحل الالكترون اللي مشى. فترجع تانية الربطة سليمة. العملية دي بيحصل فيها كسر وتكوين الروابط. يعني طول ما انت قاعدة تلاقي ايه? روابط بتتكسر والروابط بتتكون. وكل ما يحصل كسر يتحرر ايه? الكترون ويتحرر ايه كمان? فجوة. يتحرر الكترون وفجوة. اللي اتنين شحنات والاتنين بيتحركوا فالاتنين بينقلوا الطيار. بس الطريقة دي مش مفضلة لسبب. لان قطرة ما بتكسر وبتكون الروابط تاني. ده بيقدي الى تفكيك او يعني اه تهشم او ضطعيف الشبكة البلورية. بتضعف. بتبقى هشة. فبالتالي الطريقة دي طريقة طبعا مش مفضلة. فعشان كده في الغالب بنلجأ للطريقة تانية لرفع التوصلية وهي طريقة التطعيم. بيقول لك لما بيكون الالكترون اه مقيد في الزرة. اه في في الزرة يعني شبل الموصل. اه بيتحرر بيبتدي ان هو يترك او يسيب مكانه فجوة. الالكترون مقيد لما بيتحرر بيسيب مكانه فجوة. الفجوات دي بتملقها الالكترونات. فبترجع تانية تكون الروابط. عملية التطعيم طبعا هي العملية الاهم بقى لان هي بتحافز على الشبكة البلورية. التطعيم المقصوب بي اضافة عناصر للبلورة. اه غير ربعية. بتبقى يا اما خماسية يا اما سلاسية التكافؤ. يعني حاجة من اتنين يا اما سلاسي اما خماسي. لو اضافنا عناصر خماسية التكافؤ زي الفوسفور. او الزرنيخ. او الانتيمون. لازم تكون حافزهم. دي عناصر خماسية. فوسفور زرنيخ انتيمون. لما بتضيفهم ليه البلورة? هما خماسية عندهم كم الكترون? خمس الكترونات في المستوى الخارجي. الخمس الكترونات دولة انت كل زر الفوسفور من دول متحوطة باربع زرات سيليكون. فهي مش محتاجة غير بس اربع زرات عشان تعمل ترابط مع الاربع. او اربع ا poles عشان تعمل ترابط مع الاربع زرات. يعني بص انت هنا الكترون ويلكترون من السيليكون عاملوا ربطة. الكترون والكترون عاملوا ربطة. نفس الكلام برده هنا ربطة وهنا ربطة. طيب لسا حيفضل لك الكترون زيادة لان انها كان عندها خمسة مش اربعة. فالالالكترون زيادة ده بيتحول لحاجة اسمها الكترون حر. يبقى كل ما حضيف عنصر خماسي كل ما هيحصل تكوين لاربع رقابط والالكترون الزيادة يتحول لالكترون حر. حطيت زر الفسفور واحد هيبقى عندك الكترون حر واحد. حطيت الف زر الفسفور هيبقى عندك الف ايه? الف الكترون. يبقى اضافة عناصر خماسي يعمل على زيادة الالكترونيات الحرة وبالتالي زيادة التوصيلية. زرة الفسفور لانها فقدت الكترون بتتحول لايوم موجب الرمز بتاعه ان دي. ايون موجب ايون موجب تمام? طيب يبقى في الحالة دي اولا بتحصل على اشباه موصلات من النوع ان. ليه? لان بيكون فيها الكترونات ورمز الالكترونات عندنا ان. زرة الشائبة بتبقى خمسية التكافو بتتحول ليه ايون موجب? الرمز بتاعه زي ما قلت لك ان دي? وبيكون تقريبا تقريبا بيكون الان دي قد الان. يعني تركيز الالكترونات قد تركيز الشواب اللي انت حطيتها. تمام? اما لو حطينا عنصر سلاسي زي البورن او الجليوم او الالمونيوم. وده عناصر عندنا سلاسية. فدي بقى بتعمل العكس دي بيبقى عندها تلات الكترونات. فبتشارك مع تلات زرات. يعني ادي ربطة ما بينها وبين الزرة دي. والزرة دي والزرة دي. طيب هنا بقى هنا الربطة غير مكتملة. في هنا فجوة. يبقى دي كده بيحصل ايه? العناصر السلاسية دي بتسبب بوجود ايه? فجوات. الفجوات خلي بالك برضو بطي ينقل الطريقة عربي. يبقى كل ما هتزود العناصر السلاسية كل ما هيزيد الفجوات وبالتالي هيزود او هتزيد التوصلين. نوع البلورة هنا بتبقى من النوع ان. وان وبيه قضي وبيه ده طبعا رمز الفجوة. رمز البيه ده هو رمز الفجوة. بتتحول زرة الشعيبة لايون سالب. لان هي بتتطر تتطر باكلها ان هي تكتسب الكترون من اي زرة جنب منها. عشان تكون الرابطة بتاعتها. فلما بتكتسب الكترون بتتحول لايون سالب الرمز بتاعه ان ايه? يبقى بتتحول الى ايون سالب رمزه ان ايه. بيكون تقريبا تركيز الفجوات مساوي او بيساوي تقريبا تركيز العناصر اللي انت اضفتها. يعني البي تقريبا بيكون قد الان ايه? اما هنا الان بيكون قد الان دي. يبقى تركيز الشوائب الشوائب الخماسية بيساوي تركيز الالكترونات. تركيز الشوائب السلسية بيساوي تركيز الفجوات. بنتبق قانون فعل الكتلة سواء على البرلورة بي او البرلورة ان. قانون فعل كتلة كان بيقول لك انه حاصل ضرب. حاصل ضرب بنص القانون او بسيطة القانون. حاصل ضرب بتركيز الالكترونات في الفجوات بيساوي مربع تركيز الالكترونات او الفجوات في البالورة النقية. الان اي ده هو تركيز الالكترونات او الفجوات في البالورة النقية. يعني قبل ما نعملها تطعيم كان تركيز الالكترونات او الفجوات قد بعض ولمزوم اسمه ان اي. بعد التطعيم ياما الان بتزيد ياما البي بتزيد. بشكل عام تركيز الان في البي بيساوي الان اي اللي هو تركيز الالكترونات والفجوات في البالورة قبل التطعيم تربية. لو كانت البالورة من النوع ان. خلي بالك بقى. لو هي من النوع ان قلتلك بيكون الالكترونات بتساوي الشواء. طب لو قال لك عايز تركيز الفجوات تقول له اي تربيع على ان دي. اي تربيع على ان دي. عايز ترجعها تاني زي حالتها قبل التطعيم تحط لها عناصر ثلاثية بنفس تركيز العناصر الخماسية. طيب البلورة اللي منوع بيه اللي هي بيحصل فيها تطعيم بعنصر ثلاثي ايه اللي بيحصل? قالك بيكون فيها تركيز الفجوات قد تركيز الشواب يعني البي بيساوي الان ايه? الانكترونات بتساوي ان ايه تربيع على ايه? طب عايز ترجع زي ما كانت تحط لها عناصر خماسية بنفس تركيز العناصر السلاثية اللي انت كنت اضبتها. طيب ده كده بالنسبة ليه عمالة التطعيم? وعرفنا ان احنا من التطعيم ممكن نزود التوصيلية فبنحصل على نوعين من البرلورات يا اما من النوع ان يا اما من النوع البي. الجزئية دي دخلنا بعدها حاجة اسمها النباقت الالكترونية والنباقت كتا عندنا حاجتين كتا عندك حاجة اسمها الضيود وحاجة اسمها الترانزيستور. النباقة اللي هي المكونات? كلمة نباقت يعني مكونات. المكونات اللي موجودة في اي جهاز الكتروني من اهمات ضيود اما او الترانزيستور. الضيود بالاعربي يعني وصلة صنائية. ومعنى ان هي وصلة صنائية يعني بتتكون من بلورتين. فاكيد مش هجيب بلورتين من نفس النوع. مش هجيب مسلا بي واحدة تانية بي. فاللي على بعضهم كده هيعملو لك ايه? بلورة بي كبيرة. ولا ان وان في عمل لك ان كبيرة لأ. بنجيب واحدة ان واحدة بي. يبقى الضيود هو احد مكونات الدوائر الكهربية. بيسمح بمرور الطير في اتجاه ولا يسمح بمروره في الاتجاه المعاكس. الرمز بتاعه بيبقى بالشكل ده. او ممكن نرمز له بالشكل برضو ده. بس بالغالب في المسال بيجيبوا لي بالمنزر ده. سهم وحاجز. السهم ده هو اتجاه مرور الطيار. لو الطيار بيمر في الاتجاه ده يعدي من خلال الضيود. اما لو طيار جاي في الاتجاه ده عكس السهم ما يعديش. عشان كده بيقول لك الضيود بيستخدم في مرور الطيار في اتجاه ولا يسمح بمروره في عكس الاتجاه. اتركب من وصلتين صنائيتين او من نوعين يعني من الوصلات الصنائية واحدة من النوع B والتانية من النوع N متلامستين او متجاورتين. المنطقة B بيبقى فيها فجوات او نسبة فجوات عالية اما المنطقة N طبعا بيكون فيها نسبة الكترونات حرة عالية. لو عملنا تلامس للبلورتين دولة N و B عندك N فيها الكترونات والتانية فيها فجوات. الطبيع اللي هيحصل الطبيعي ان الالكترونات هتبتجي ان هي تروح تملى الفجوات فهتنتشر الالكترونات من المنطقة N للمنطقة B. وطبعا لما الالكترونات يمشي هيجيب مكانه فجوة فهتنتشر الفجوات من المنطقة B للمنطقة N. يبقى عند بدقة التلامس اللي هيحصل قالك هتنتشر الالكترونات من المنطقة N لB. والفجوات هتحل محلها من المنطقة B لN. فحينشأ عن انتشار الالكترونات والفجوات طيار كهرابي اسمه طيار الانتشار. طيار الايه الانتشار. وهتبقى قيمته كبيرة. قالك بعد شوية نتيجة انتشار الالكترونات والفجوات. بدأ يحصل هنا مشكلة. بدأ يظهر على جانبي موضع التلامس. منطقة. فيها ايونات سالبة. ناحية B. وايونات موجبة ناحية N. الايون شحنة بس غير متحركة بتهتز بس مش بتنمشي ممكانة مش بتحرك ممكانة فما بتنقلش طيار كهرابي. فيبدأ انتقال الشحنات يقل ومع الطيار حيبتجي ان هو يقل. فقال له بعد فترة يبتدي يظهر على جانبي موضع التلامس منطقة خالية من حاملات الشحنة المتحركة. يعني خالية من الالكترونات والفجوات. بيبقى فيها ايونات موجبة وايونات سالبة. ساكنة او مهتزة يعني بمعنى صح بس ما بتتحركش ممكانة. لا يمكنها نقل الطيار. فبنسمي المنطقة دي في الحالة دي باسم المنطقة القاحلة. دي بتعمل زي حاجز كده بيمنع انتقال الالكترونات ما بين الان والبي او الفجوات من البي للان. المنطقة دي كل فترة بيززاد السمك بتاعي. يعني كل ما يحصل انتشار اكتر من الالكترونات يزيد اكتر عدد الايونات فيززاد سمك المنطقة القاحلة. طبعا كل ما هيزيد عدد الايونات هيبقى هنا في جهد موجب. الايونات الموجبة هتعمل لك هنا جهد موجب. والسالبة هتعمل الناحية التانية جهد سالب. فممكن يسألك جهد البلورة السالبة. اقول له موجب. جهد البلورة الموجبة هقول له سالم ما بلورة بيه دي موجبة. والبلورة ايونا دي بلورة سالم. فبسبب جهد موجب والسالب حينشأ فرق في الجهد. فده هيولد طيار كهربي. طبعا ده جهد داخلي للوصلة. هيولد طيار كهربي اسمه طيار الانسياب. اتجاه طيار الانسياب عكس اتجاه طيار الانتشار. يعني الانتشار كان ماشي مسلا من ان البي. من ان البي. هنا من السالب للموجب يعني من الان. يعني هنا ماشيت بالاتجاه مسلا الفعلي اللي هو اتجاه حركة الالكترونات. الالكترون ماشي من البي. هنا الشحنة السالبة للشحنة الموجبة. يعني من الجنب بي للجانب التاني اللي هو ان. فطائر الانسياء انسياء بعكس اتجاه طائر الانتشار. ده هيضعف اكتر من طائر الانتشار لحد ما هي العدم. لما يزاد سمك المنطقة القاحلة ويزاد الجهد الحاجز بتاعها. ويوصل لقيمة معالة. بين عدم طيار الانشاء. بيقولك عندما تكون الوسطى الصينية موصلة عكسيا. آآ يكون الحاجز او جرد الحاجز في الحالة دي كبير او في المنطقة حيلة يعني. بيكونصمكها كبير فلا يسمح بمرور الطيار. عندما تكون الوسطى الصينية موصلة اماميا حالفتكر حيث التوصيل امامي. والعكس دلوقتي ساعتها بيكون الحاجز او جرد الحاجز صغير. وبالتالي ده بيسمح بمرور الطيار. هنا طبعا ده منظر المنطقة كحيرة وبعد ما زاد السمك بتاعها لحد ما وصل لقيمة معينة اللي هي قيمة الجهد الحاجز ساعتها حينعدم او يتوقف انتشار الطيار. الطيار في الاول زي ما انت شايف كان قيمته عالية وفضل تقل تقل لحد ما انعدم التقريبا. بنعمل ايه بالضيود احنا هنا بنستخدمه في اه اه دوائر الكهربية كمفتاح. لان هو بيسمح بمرور الطيار في التواصيل الامامي ولا يسمح بمرور في التواصيل العكسي. فبنشتغل بيه كمفتاح. بحيس ان مثلا هنا الطيار طلع من الموجب. فهينا اتجاه الطيار نفس اتجاه السهم. ده اسمه توصيل امامي. فبالتالي يمر الطيار ويشتغل هنا ضيود كأنه مفتاح مغلق. من شروط خلي بلك التواصيل الامامي ان انت لما تيجي توصل البطارية توصل الاقطاب بتاعتها. على حسب شحنة الكتب توصله بيه? البلورة لشبه. يعني ايه? البلورة بيجي احنا قولنا بلورة مجابة. فلازم توصلها بالكتب الموجب. ان دي سالبة. لازم توصلها بالسالب. ده اسمه توصيل امامي. ساعة هيمر الطيار. ما يمرش طالع لو كانت توصيل عكسي زي ده كده هو مسلا. هيطلع الطيار هنا من الموجب. فهتلاقي ان انتجاه الطيار هنا عكس انتجاه السهم. ما يمرش في الحالة دي الطيار. فبالتالي هنا يشتغل الضيوت كأنه مفتاح مفتوح. يبس استخدامه كمفتاح بيعتمد على ايه? بيعتمد على ان الضيوت بسمح بمرور الطيار في حالة توصيل امامي. ولا يسمح بمروره في عكس الاتجاه عندما يكون التوصيل عكسي. كمان الضيوت بيستخدم في تقويم الطيار المتردد. يعني بيخلي الطيار المتردد موحد الاتجاه. طيب احنا عملناها بل كده دي بس باستخدام مقاوم الطيار في الدينامو. لما استبدلنا الحلقتين باستوانة مشخوكة نصفين. ده خل الطيار بتاعنا طيار موحد الاتجاه. بس الاستوانة المعدنية خلت لنا الطيار بتاعنا موحد الاتجاه بالشكل ده. الضيوت بما موحد الاتجاه بالمنزر ده. ايه الفرق بين الاتنين? هنا انصف موجات. هنا موجات كاملة. فده اسمه تقويم موجي كامل. مين اللي بيعمل التقويم الموجي الكامل? الاستوانة اه المعدنية مشخوكة النصفين. اللي اسمها مقاوم الطيار. اما ضيوب بيعمل تقويم ايه? نصف موجي. تقويم نصف ايه? موجي. ده بالنسبة ليه ضيود وبالنسبة لاستخداماته. عندنا كم مثال على البلورة وعلى الضيود. بقول لك هنا اثناء عملية تبريد البلورة في السيليكون من درجة حرارة تلتمية لمتين. ايه اللي بيحصل? كل ما بنبرد الحرارة ايه اللي يحصل للبلورة? اولا هنا بيتكلم طبعا على تركيز الالكترونات. وتركيز اه وعلاقتها بتركيز الفجوات. حبيبي لو بنسخن فاحنا بنقصر روابط. فكل رفط بتتقصر بتديك الكترون وفجوة. يعني انت وانت بترفع الحرارة بيزاد تركيز الالكترونات والفجوات بنفس المقدار. طب لو احنا بنبرد بيحصل الالتقام للروابط. فبيقل تركيز الالكترونات والفجوات بنفس المقدار. يعني مفيش واحد فيهم بيكون اكبر من التاني او اقل من التاني. ازا الاجابة لا موجودة في الف ولا بيه. هنا الكلام على معدل الكسر والتكوين. الفكرة لو احنا بنسخن هيزيد معدل الكسر عن معدل التكوين. لو احنا بنبرد هيقل طبعا معدل الكسر وهيزاد معدل التكوين. لان الروابط بتتقصر بالحرارة العالية. طبعا هنا بخفض الحرارة يبقى هنا هقلل معدل الكسر وهزود معدل التكوين. قال لك معدل كسر الروابط هيزيد طبعا لا. معدل الكسر طبعا هيقل ده الصحة. في اه او ازا كان تركيز الالكترونات الحرة والفجوات في بعلور السيليكون مطعمة. بشوائب من الزرنير. اه الزرنير ده عنصر خماسي. ولما اطعم بعنصر خماسي بيكون ساعتها تركيز الالكترونات بيسوي تركيز الشوائب اللي احنا حطناها للزرنير. فهنا اولا قال لك تركيز الالكترونات ده كده الان دي. وتركيز الفجوات ده اللي هو البي. فإن تركيز كل من الالكترونات الحرة والفجوات في بلورة السيليكون النقية. تركيز الالكترونات او الفجوات في البلورة النقية اسمه اي زي ما قلت لك. طيب هنا طبعا تطعيم بعنصر خماسي. في الحالة دي قلت لك الان بتساوي الان دي. والبي ساعتها بتساوي ان اي تربيع على ان دي. طب البي هو ما اديها لك عشرة قصة قصة تمانية. هتساوي ان اي تربيع اللي احنا عايزينه على ان دي اللي هي عشرة قصة كام عشرة قصة عشرة. هتعمل مقص وتاخد الجزر. عشرة قصة تمانية فعشرة قصة عشرة على الواحد واللي يطلع اخد الجزر بتاعه ويطلع لجيبها عشرة قصة تسعة لاول اختيهم. وصلتان صنائيتان الجهد الحاجز لهم في حالة عدم التوصيل تلاتة من عشرة. ده جهد الوصلة في وصلة. بيساوي تلاتة من عشرة. مقاومة كلها منها واحد ونص اوم ده كده ار وصلة سنائية او ار دايود. في التوصيل الامامي ولا نهاية في التوصيل العكسي. لو وصلناهم في دارة موضحة كم تكون شدة الطيار? مسألك انها ببقى اول عادية خالص. اول حاجة يطلع حاجة بطيار بتاعك من الموجب وشوف اللي هيصل. هيطلع الطيار من الموجب. هيجي هنا. واحد يقول لها بصر هيتجزق الطيار. اقول له تمام. بس خلي بالك ان الجزء اللي حيمشي فوق ده مش هيعدي. يبقى بالتالي الفرع اللي فوق ده اكنك ما شفتهوش. لانه مش همر عليه طيار. فاصبح دلوقتي الدايرة بتاعتك اللي هي البطارية بالجزء اللي تحت ده. هو ده كده الدايرة بتاعتي. حل اللي بقى مسألتك كان نبقى باول عادية خالص. اول حاجة هنجيب المقاومة. الخالي جاي. يلا بيد. عندك هنا مقاومة واحد ونص. وعندك المقاومة بتاعت الضيودة وقال لك برضو خلي بالك واحد ونص. يبقى كنا تلاتة. وتلاتة يبقى ستة. طيب هل في مقاومة داخلية? قال لك لا. اروح اجيبي الطيار بقى. حقسم الفي بي على الار. طب الار احنا قلنا بكام? قلنا بستة. الفي بي بي بكام? الفي بي هو متجالي على الرسمة. بستة وتلاتة من عشر. في بقى تعالية صغيرة قد كده بقى اللي يميز واحد مركز عن واحد تاني مش مركز. لو انت عملت كده هيطلع معاك الإجابة مش عارف موجودة في الإجابات ولا لأ? واتمنى ان هي ما يكونش موجودة. ليه بقى? لانه في المسألة هنا اديك معلوم مهم قوي اللي هو جهد الواصلة الصنوعية. طب مصر هو لما يديني جهد واصلة صنوعية. اعمل في ايه? هل ازوده على جهد البطارية ولا اطراحه منه? قال لي لا تطراحه منه دايما يعني ما بيش حالة مسلا بيبقى فيها جامعة. لا دايما بنترح جهد الواصلة الصنوعية من جهد الايه? البطارية. يعني دايما تقول في بي ناقص في ضيود. تمام? لازم. فاي مسألة يدين. فبالتالي طبعا ستة وتلاتة من عشرة. لما شين منها تلاتة من عشرة يطلع لستة. على الستة طبعا يطلع لاجابة واحد الانبير اللي هي تاني اختيار. فيها فكرة مهمة جدا نخلي بالك الحتة دي. لما يديك جهد ضيود راحوا من جهد البطارية. تاني انواع النباط بقى عندنا كان الترانزيستور. الترانزيستور طبعا اه هو عبارة عن واصلة سلاسية. بعكس الضيود كان واصلة صنوعية. كان واحدة ان واحدة بي. هنا واصلة سلاسية. يعني فيه ثلاث باللورات. اتنين ان واحدة بي او اتنين بي واحدة ان. فعشان كده كان عندنا نوعين من الترانزيستور. ترانزيستور بيقول لك بيتكون من اتنين من اجباب موصلات من النوع ان ما بينهم واحدة من النوع بي. وفي الحالة دي اسمه ان بي ان ده اول نوع. يقيمة اتنين بي ما بينهم واحدة ان. ففي الحالة دي بيكون نوعه بي ان بي. ايا كان نوعه ايه ان بي ان او بي ان بي? احنا بنقسم التلات باللورات بتاعتنا سواء هما زي مؤتلك ان بي ان. او بي ان بي بنقسم التلات باللورات لتلات اجزاء. الجزء الاول اسمه الباعث. اللي في النص اسمه القاعدة. وجزء الاخير اللي هو المجمع. الباعث اللي هو الاي بقاعدة اللي هي البي والمجمع رمز بتاعه حرف اسي. طريقة التوصيل في الترانزيستور لديكم عندك طريقتين للتوصيل. اما بنوسل الترانزيستور بتاعنا والقاعدة مشتركة اما بنوصلف وبيكون الباعث فيه هو اللي مشترك وهنتكلم طبعا على النوعين وهنتكلم علي الخواص بتاعته. باقول لك. في لن بي ان بيبقى عندك القاعدة موجبة. والباعث والمشترك من النوع ان اللي هو سالب. اما لعكس ما بيكون القاعدة سالبة له ان يعني. والباعث والمجمع بيكونوا من النوع بي اللي هو النوع الموجب. طريقة توسيل الترانزيستور عندنا طريقتين. طريقة التوصيل الاولى هي طريقة التوصيل والقعدة مشتركة. وطريقة التوصيل التانية هي طريقة التوصيل والباعث المشترك. كيف انت عندك باعث مشترك وقعدة مشتركة. لو وصلنا بحيس يكون القعدة مشتركة زي الرسمة دي كده او. انت عندك هناك قعدة ايه. طلع منها طرف رايح للباعث. وطلع منها طرف تاني رايح للمجمع ازان هي مشتركة بين الباعث والمجمع. في الحالة دي قالك بنوصل القاعدة مع الباعث توصيل امامي. يعني انت عندك هنا القاعدة من النوع بيه بتوصل ايه? بالموجب. وهنا الباعث ان بتوصل بالسالب. يبقى الدائرة دي فيها التوصيل امامي. اما الجزء اللي بيتوصل من القاعدة مع المجمع بيبقى التوصيل فيه عكسي. المجمع هنا بيتوصل عكسي. المجمع هنا ان يعني سالب. بتوصل بكل الموجة بيبدأ توصيل عكسي. يتم توصيل القاعدة مع الباعث توصيل امامي. اما المجمع في الحالة دي بيتوصل توصيل عكسي. بيبدأ ساعتها يمر طيار داخل الترانزيستور. فقال لك بينشأ طيار من مرور الشحنات او الالكترونات. جوه الباعث انت عندك الباعث هنا من نوع ان. فعنده الالكترونات. بيحصل تنافر ما بين الالكترونات دي معقود بالسالف فتبدأ انه تتحرك. فتعمل طيار اسمه طيار الباعث ورمزه اي اي. جزء من الالكترونات هو ما عدي في سكته على القاعدة بيقابل شوية فجوات لان هي من النوع بي فيها فجوات. ففي جزء من الالكترونات بيستقر جوه الفجوات دي. جوه القاعدة فبينشأ طيار في القاعدة اسمه اي بي وده طيار ضعيف جدا. اما بقى الالكترونات بتروح عند المجمع فبينشأ طيار في المجمع اسمه اي سي. اللي بيربط ما بين التلاتة دول القانون اللي فيه ده. طيار الباعث بيساوي طيار القاعدة زي الطيار المجمع. التلاتة التانية اسمه طريقة التوصيل والباعث مشترك. هنا بنوصل الباعث بتاعنا بجزء منه بيتوصل مع القاعدة زي ما انت شايف والجزء التاني بيتوصل هناك مع المجمع فهنا الباعث يعتبر توصيله مشترك. في هنا حاجة بقى. المجمع كده كده بيتوصل عكسي. يعني انت عندك هنا المجمع ان يعني سالب بيتوصل توصيل عكسي. اما الباعث مع القاعدة هنا خلي بالك بقى. ممكن لوصلهم امامي ممكن يتوصلوا عكسي. لو توصلوا الاتنين توصيل امامي زي الرسمة اللي قدام منك دي هنا هو الباعث ان متوصل بالسالب. والقاعدة بينه يتوصله بالمجم. في الحاجة يقال لك بيمر طيار بيمر طيار في الترانزيسور بتاعك. يعني يسمح ساعتها بمرور الطيار. اما لو كانت توصيل عكسي ساعتها مش هيسمح بمرور الطيار. فعشان كده بيستخدموا الترانسسور او ممكن يستخدموه كمفتاح زي وزي الديوت بالضبط لانه ممكن يسمح بمرور الطيار وممكن ما يسمعش. انت يسمح قالك لو مر طيار او لو توصلت القاعدة اللاسب توصيل امامي. ساعتها هيمر طيار يبقى كأنه مفتح مغلق. اما لو توصلت القاعدة توصيل عكسي ساعتها ما يمرش طيار فيشتغل الترانسسور هنا كأنه مفتاح مفتوح. بيقول لك يوصل هنا الباعث مع القاعدة توصيلا اماميا. ده بحيث ان انت عايز طياري مر يعني. بس الباعث مع المجمع بيتوصل في الحالة دي توصيل عكسي. في الحالة دي لو كانت توصيل امامي قال لك بيبتجي يمر طيارة على القاعدة. والطيار لو مر في القاعدة. فده بيسمح بمرور يعني بيكسر كده الحاجز. فبيسمح بمرور الطيار من الباعث للمجمع. فمرور شحنة كهربية ضعيفة في القاعدة بيكون اثارها ان في طيار بيمر للمجمع وبيكون طيار كبير جدا. فعشان كده عندك حاجة اسمها نسبة التكبير وده رمزها بيتا اي. ملقاش واحد القياس. والبيتا بتساوي اي سي على اي بي. اي سي على اي بي. يعني طيار المجمع على طيار القاعدة. عندي حاجة كمان اسمها نسبة التوزيع وده رمزها الفة. وبرده ملقاش واحد القياس. والالفة دي بتساوي اي سي على اي اي. طيار المجمع على طيار البعث. خلي بالك نسبة التوزيع بيكون اصغر من الواحد الصحيح. نسبة التجميل بيكون اكبر من الواحد الصحيح. ممكن اربط ما بين الالفا والبيتا. بيقول لك البيتا بتسوي الفا على واحد مقص الفا. اما الالفا بتسوي بيتا على واحد زائد بيتا. قول لك نستخدم الترانزيسل كمفتاح. ممكن نشتغل بيه كمفتاح مغلق. يعني في وضع او مفتاح مفتوح في وضع او فعلى حسب التوصيل. قلت لك لو توصلت القاعدة توصيل امامي. يبقى في الحلقة دي حيمره طيار فكأنه مفتاح مغلق. ولو توصلت القاعدة توصيل عكسي في الحلقة دي مش هيمره طيار فكأنه مفتاح مفتوح. الدايرة دي لما بيجيبها لي لها قانون سابت دايما. لما بيدي الدايرة دي في المسألة بالرسمة القدامي بيبقى دايما لها قانون سابت. القانون بيقول لك ان في سي بيساوي VCE زائد ICRC. ال VCC اللي هو جهد البطارية دي. وده بيساوي VCE اللي هو فرق الجهد بتاع الترانزيستور اما بين الباعث والمجمع بتوع الترانزيستور. زائد IC اللي هو الطيار بتاع المجمع. في ال RC اللي هي المقاومة المتوصلة مع المجمع. في حالة ان احنا وصلنا القاعدة بجهد موجب. يعني توصيل امامي. حيمر طيار في القاعدة. فساعتها حيمر طيار في المجمع. ساعتها هيكون في ال RC قيمته كبيرة. تمام? وده بنسميه خلي بالك الدخل بنسميه الدخل. في الحلقة دي قال لك الخارج اللي هو ال V اوت بيكون صغير. وطبعا هنا بالشهر كان مفتاح مقفول. اما لو كان التوصيل عكسي ساعتها مش هيمر طيار يعني هيبقى المفتاح مفتوح. في الحلقة دي لو ممرش في القاعدة مش هيمر طيار. في المجمع وبالتالي هيبقى قيمة الدخل الصغيرة. فالخرج ساعتها هيكون كبير. نلاحز من هنا ان لما بيكون الدخل لشباب كبير بيكون الخارج صغير. ولعكس لما يكون الدخل صغير بيكون الخارج كبير. يعني الترانزيستور زي ما بيشتغل مفتاح. بيشتغل عاكس لقيمة الجهد. يدخل له جهد صغير يخرج منه جهد كبير. ولعكس صحية. عشان كده الرسمة دي بتوضح ان في علاقة عكسية ما بين جهد الخارج وجهد الايه الدخل. لما يبقى الدخل جميل بيكون الخارج صغير ولعكس صحيح. اخر حاجة عندنا الالكترونيات التناظرية والالكترونيات الرقمية. طبعا الاجهزة الالكترونية اللي ترجم مسلا في القناوات الارضية مسلا بيترجمه صوت والصورة لاشارات كهربية. تمشي في اسلاك. تتحول بعد كده لموجات كهربية مغناطيسية. تبعت من الازاعات للبيوت عندنا. لاطباق الدش. تستقبلها. تمشي بعد كده الموجة دي جوه الطبقة بتاعنا. تتحول مرة تانية لاشارة كهربية. تمر في الاسلاك. تدخل على التليفزيون. فتترجم له صوت والصورة. طبعا الموجات اللي هي او صوت والصورة لما بتتحول لاشارات كهربية وبعد كده اتحول لموجات وترجع تاني الموجة ترجع اشارة كهربية وبعدين تترجم تالي لصوت وصورة دي كلها قال لك بتسبب حدوث حاجة اسمها التشويش. والتشويش ده بيأثر على الصوت وبيأثر على الصوت. عشان كده عشان نتجنب التشويش قال لك احنا مش هنعتمد على الاجهزة التنزلية هنستبدلها بحاجة اسمها الاجهزة الرقمية. الاجهزة الرقمية دي بيحصل فيها تحويل للصوت والصورة لارقام او اكواد او شفرات رقمية. شفرة دي يا شباب مش بيحصل فيها تشويش نهائي. فبالتالي ده بيحافز على جودة الصوت والصوت. فبيقول لك عندها طريقين لنقل المعلومات زي مسلا في عمليات الرسال والسابيل الصوت والصورة. اما ان احنا نتعامل معاهم زي ما قلت لك كاشارات كهربية اما نتعامل معاهم طبعا. كآآ شفارات رقمية. الاشارة طبعا الكهربية دي بتبقى في الاجهزة التنظرية اما الالكتوريات الرقمية بتعتمد على الشفارات الرقمية او الاكواد. الجزئية دي مهم جدا فيها تبقى عارف ازاي تحول من رقم عشري لكود رقمي. وازاي تعمل العكس ان انت تحول كود لرقم عشري او رقم تنظرية. عشان احول الرقم العشري لكود بعمل ايه? اول حاجة بتاخد الرقم داك الهو على جنب. تمام? بتاخد الرقم داك الهو على جنب. وتكتب اتنين قصة سفر. من اليمين بقى. نفضي طب مساحة. ويا ريت كون انت حافز القيام بتاعتها. اتنين قصة سفر بواحد. طب وبعدين اضرب الرقم دا في اتنين يبقى اتنين. في اتنين كمان يبقى اربعة. في اتنين هتبقى تمانية. في اتنين كمان تبقى ستاشر. كمان واحدة تبقى اتنين وتلاتين. كمان واحدة تبقى اربعة وستين. باضرب في اتنين. افضل اضرب في اتنين لحد ما اوصل للرقم بتاعي او اكبر منه. اقل منه ما ينفعش. يعني لحد الاتنين وتلاتين ما كانش ينفع وقف. ازود. اضرب في اتنين طيب وبعدين شوف الاعداد اللي انت كتبتها دي شوف من فيها لو جمعتوا على بعضه يدي جي التلاتة واربعين. اكيد الاتنين وتلاتين طب عدد اشتب بقى الاربعة وستين دي خلاص. دي اكبر من الرقم بتاعي فبشتوبة. يبقى لك اتنين وتلاتين مع تمانية يبقى كلا اربعين واتنين وواحد يبقى كلاه تلاتة واربعين. الارقام اللي انا اخترتها دي بقى كتب مكانها واحد. طب والباقي صفر. واحد. صفر واحد. كده انت عملت كود سنائي بيعبر عن الرقم تلاتة واربعين. طب بصر العكس لما ادي كود ازاي ارجعها تاني لرقم سنائي. نفس الكلام بتيجي برضو من معليمي تكتب واحد. اتنين اربعة تمانية. بس كلا خلاص هم اربع ارقام فكتبت تحت منهم اربع ارقام. طيب وبعدين. اللي تحت السفر بتشتب عليه. وتجمع الباقي. يعني لما اجي اجمع ده كده. تمانية واربع يبو اتناشر. واحد يبقى تلاتاشر. يبقى اللي جاب هنا تلات اشر. اللي بيترجم العمليات طبعا او اللي بيترجم الشفرات او الاكوايت دي طبعا اه جاء داخل الاجهزة الرقمية حاجة اسمها البوابات المنطقية. دي طبعا مسؤولة عن اجراء طبعا الاعمليات الايه الرقمية. البوابات عندنا ليها اربع او تلات انواع. عندنا بوابة العاكس اللي هي بنسمها بوابة نوت. وعندك كمان بوابة الاختيار اللي هي الاور. وبوابة التوافق اللي هي بوابة الاند. يعني عندك نوت واند اور. كل بوابة من دول هي الخواص بتاعتها. نبدأ كده باول حاجة بوابة العاكس. اولا شكلها اشان بقى الضيوت شوية بس ما فيش الحاجز اللي بيبقى قدام. بوابة دي ليها مدخل واحد وليها مخرج واحد. بتعمل ايه? قالك بتاع كس قيمة الدخل. يعني داخل لها صفر يخرج منها واحد. طب داخل لها واحد يخرج منها ايه? صفر. الواحد يطلع صفر والصفر يطلع واحد. يبقى دي بتعكس الدخل. تشبهها شبه بالزبط زائرة كهربية. فيها مصباح متوصل معها على التوازي مفتاح. تشبهها مصباح متوصل معها التوازي مفتاح. ديها مدخل واحد ومخرج واحد وبتعكس زي ما قلت لها قيمة الدخل. بوابة التوافق اللي هي بوابة الان? دي بوابة لها اكتر من مدخل بس لها مخرج واحد. بوابة الاند بتحب الصفر. يعني لو شابت الصفر في اي دخل من الدخل الدخل للبوابة بتختاره دايما. يعني صفر وصفر يطلع صفر. صفر واحد يطلع صفر. واحد وصفر يطلع صفر. ما تطلعش واحد الا لو كان داخل لها ايه? واحد واحد. يبقى الاند بتحب مين? بتحب الصفر. بتختاره دايما. لها مدخلين او اكتر وببقى لها مخرج واحد دايما بيكون الخارج بتاعها بصفر. الا لو كان كل داخل لها ابو واحد يطلع ابو واحد. تشبهها بيكون دايرة فهربية فيها مصباح. متوصل مع مفتحين على التوالي. مفتحين على التوالي. بقابة الاخيرة وبقابة الاختيار بقابة اور. ودي بقابة برضو لها اكتر من مدخل بس لها مخرج واحد. ودي بتحب رقم واحد. يعني لو داخل لها في اي دخل من الداخلين دولة واحد بتختاره. يعني صفر وصفر طبعا صفر. صفر واحد تختار الواحد. واحد وصفر اخترت الواحد. واحد واحد طبعا هيطلع بواحد. تشبهها بيكون بدايرة فيها مصباح ومفتحين بس على التوازي. مفتحين على التوازي. خلاص شباب ده بالنسبة لاتبابة التالتة. خلي بالك فيه بس معلومة بتقول لك ان عدد الاحتمالات عدد الاحتمالات بيسوي اتنين قص عدد المداخل. عدد الاحتمالات بيسوي اتنين قص عدد المداخل. يعني انت عندك مسلا دي لها مدخلين. عدد الخارج هيبقى كم مرة? اربع مرات ليه? اتنين قص اتنين. فيبواب ليها تلات مداخل. يبقى ليها كم خارج? تمانية. ليه? اتنين قص تلاتة. تمام? فعدد الخارج او عدد الاحتمالات بيبقى اتنين قص عدد المداخل. تعالي نشوف كده كم سؤالة على بتنزيزه ربواد. في الشكل القدام منك عايز نزمة التوزيع. قلت لك لما يجيب لك الرسمة دي دايما بنطبق القانون بتاعنا بي سي سي بيسوي في سي اي زائد اي سي فى ار سي مسألة ترانزيز سرعة دية. في سي سي عندك بواحد ونص. في سي اي عشرين ميلي يبقى عشرين فعشرة قص سالب تلاتة. زائد امسر الاي سي مش معايا. طب الار سي اللي هي المكامل متوسلة مع المجمع بكام? بخمسمية. هوادي ده بعكس الاشارة. هوادي الناحية التانية بعكس الاشارة. واحد ونص هطرح منها عشرين فعشرة قص سالب تلاتة. فيطلع معاك واحد وتمانية واربعين من مية. الكلام ده بيساوي اي سي في خمسمية. في الخمسمية. اقسم بقى على الخمسمية. هيطلع معاك من هنا قيمة الاي سي بتساوي كام? لما تقسم على الخمسمية هيطلع بيساوي اتنين وستة وتسعين من مية فعشرة قص سالب تلاتة. ده كده قيمة الاي سي. هو عايز الالفا. طيب الالفا. يا ام هتقول بيتا. على واحد زائد بيتا. يا ام هتقول الفا بتساوي اي سي. على اي اي اللي انت عايزه. اي سي على اي اي اللي انت عايزه. طب انا بسطر معايا. ممكن اجيب اي اي اي? ممكن. لان انت عندك على اسم الطيار اللي داخل الطيار اللي داخل للقعدة. ده كده الاي بي خلي بالك. فممكن تجيب الاي اي ازاي تجمع الاي سي زائد مين زائد الاي بي. تجمع الاي سي زائد الاي بي. طيب لو جمعت الاتنين دولة على بعض الاي سي زائد الاي بي. كده انت جبت الاي اي. يبقى لو ممكن اقول الاي سي اللي هي لسه جابنا باتنين ستة وتسعين فعشرة سالب تلاتة. على الاي اي اللي هو عبارة عن ايه? عبارة عن اي بي زائد الاي سي. خطوة واحدة بقى لان انا معيش الى فانت هتحسبك. اي بي اللي هي اربعة في عشرة اقصى سالب خمسة. زاد الاي سي اللي هي اتنين ستة وتسعين في عشرة اقصى سالب تلاتة. والدخلها مرة واحدة على الالة. يطلع معاك الحل بتاعها بتسعمية سبعة وتمانين من الالة. العدد اللي قدامك ده بيكافئ كم بالعداد العشرية? تعال نشوف. يلا بيروت لك من العليمين تكتب واحد. اتنين باتنين. اربعة. امانية ستة عشر بفضل اضرب اتنين. اللي تحت السفر وشتبه يعني اشتب الواحد وشتب الاربعة. هيبقى لك اتنين وتمانية وستة عشر. اتنين وتمانية عشرة ازود على ستة عشر تبقى ستة وعشرين. في الدائرة المنطقية الموضحة ايا من المدخلات الاتية هيخلي الخارجي بتاعي بواحد. صلي عنك. انت ما بتطلعش واحد الا لو كانت خليها واحد واحد اساسا. لان ايا لو شوف السفر هتختاره. ولفس الكلام ينطبق على الاندية دي. دي برضو ما اتطلعش واحد الا لو كانت خليها واحد واحد. يبقى انا كده بص بنسبة مليون في المية. لازم اختار ان بي و سي يكونوا بواحد. انا بقول لك الطرق الاسر. او الطرق اللي تختصر بها الوقت بدل ما تجرب الاختيارات. لازم بي و سي يكونوا بواحد. فهنا بي وصفر اه بصفر. تمام? والسي بواحد ما يفعش. صفر وصفر. صفر واحد وصفر طبعا هنا واحد واحد ازا الحل قولا واحدة ان شاء الله هيكون ده من غير ما تحتاج تجرب الاختيارات. عشان تتأكد برضو هنا عندك الاي بواحد الاي بواحد هيطلع من النطة هيبقى زيرو. وعندك البي بواحد ففي واحد هيروح للاند وواحد هيروح للقور لان البي متوصله خلي بلك مع الاتنين. فالواحد ده هيطلع من واحد هنا واحد هنا. طبعا اور شايف السفر واحد اختارت الواحد ده كلام مزبوط. الاند هنا داخل لها واحد ومن هنا واحد فهتختار طبعا او يطلع منها واحد. وفعلا واحد واحد يطلع ايه بواحد. الحمد لله ان ربنا يعني قعدنا وقدرنا ان احنا نحاول نلم المنهج بتاعنا كله. في اه يعني الحلقة دي. انا عارف ممكن تيبقى المدة طويلة شوية او شويتين. بس ما عليش تعرف منهجك طبعا كبير. حاولنا والله بقدر اليمكن احنا نلم كل حاجة. حاولنا ان احنا يعني ما نكرويتش وان احنا نحاول على قد ما نقدر نقول كل تفصيلك هتعندنا في المنهج. جزوية دي او الحلقة دي حلقة طبعا اه يعني ان شاء الله هتبقى مهمة جدا لان احنا هنبني عليها الجزء تاني. في جزء تاني لسه ان شاء الله هيكون عبارة عن حل تدريبات. فانا كان لازم ان انا اعمل الاول الجزء الخاص بالشرح. وان انا قلم معاك المادة بتاعتنا نفتكر كب تتكلم على ايه? عشان ان شاء الله بعد كده اسيب لك طبعا بفرصة تزاكر. ونبقى بعد كده نقدر نحل اسئلة او كم ان شاء الله محترم من الاسئلة. اسئلة بقى اللي احنا ايه? اه يعني ان شاء الله نتوقع ان هي ممكن تيجي في الامتحان. بس طبعا الاهم ان انت يكون ايه محدة لها كويس. فانا كده عملت اللي عليها مش فاضل بقى غير الجزء اللي ايه? اللي انت مفروض تعمل. فشد حيلك. وافتكر ان انت ربنا عمره سبحانه وتعالى ما هيحطك في حاجة معاينة الا وهو عارف ان انت قدها. وصدقني لو انت بيتفكر انت مش قد حاجة فابقى عارف خليك عارف ان انت السم مش عايز تعملها. يعني انت لو شايف ان ان الموضوع صعب عليك او ان الموضوع كبير عليك فخليك عارف ان انت زيت نفسك اللي مش عايز زاكر. انت اللي مش عايز تسعى وارحل مك. انما ربنا حطك في الحتة جيلة ان هو عارف ان انت قدها. ربنا كده معاكم ان شاء الله ويوفاكم. شوفك بقى ان شاء الله على خير في الحلقة اللي جاية لحالية التدريبات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.